يعني انت متيجي تبص المدير الفني دان بصمة دي من أول الموسم يعمل فترة إعداد ويشوف لعبته ويعمل كذا ماتش ودي بعد كده تسيبه الموسم كله وبعد كده تحزبه في الآخر هو ده المدير الفني لكن غير كده يبقى انت كده بتهجس من الآخر كريستين جروس سنادي ويمكن ده شكل جديد لنادي الزمالك انه من سنين طويلة جدا نادي الزمالك لا يحافظ على كدر فني حتى نهاية الموسم الزمالك السنين ده حافظ على كريستين جروس وبالتالي الجزئية بتاعت التوظيف شايف ملامح الأدانة للزمالك؟ شايف انه فيه شخصية الأدانة للزمالك؟ جدا في البداية كريستين جروس مدرب عنيد لما حتى كان طوله أمره مع تاتنام مع شتوتجرت الألماني كان مدرب عنيد النهاردة إبراهيم وانا بتفرج على المباراة حسيت انه مدرب عنيد وعندي إحساس كده لما شفت على مدار المباراة اللي فاتت والتقلق اللي ظهر في فرجاني ساسي وبالتحديد النهاردة كمان عرفت ليه الراجل ده متمسك وغير طريقة اللعب بتاعت نادي الزمالك لأن تغيير طريقة اللعب بتاعت نادي الزمالك إبراهيم فيها خطورة كبيرة جدا عارف ليه فيها خطورة كبيرة بصرف النظر عن إنه طريقة جديدة بتحول الزمالك من 4 إلى 3 إلى 2 إلى 1 أو 4 إلى 3 إلى 4 إلى 2 طريق حامد وفرجاني ساسي والتلاتة اللي صنع اللعب اللي هم بيلعبوا تحت المهاجم إبراهيم حسن أو مصطفى فاتحي اللي بدأ يدخل في الفترة الأخيرة يوسف أوباما المتقلق وكهرباء وأيا كان مين المهاجم كان كسونجو لغاية لما دخل ماشي ورح السعودية وبقى عمر السعيد طيب سيبك من لعبة نادي الزمالك مش لعبة صغيرة علشان طريقة اللعبة تخدوهم ويدربوا لخمة ومعرفوش ينفزوها لكن فيها خطورة بالنسبة لي من وجهة نظري أهم إيه هي؟ إن انت بلغة الكورة كده الطريقة دي بتعري الأطراف بتاعتك ملعب إبراهيم كان بيبقى راس مسلس طريق حامد لورا وجر العرف أن معروف يوسف كان بيبقى لعيب نص ملعب بيمين ناحية الشمال وأيا كان ده بقى كان أحيانا بيبقى عمر جابر أحيانا كان بيبقى أحمد توفيق أحيانا كان بيبقى إبراهيم صلاح لكن دول كان بصفة كبيرة أوي بيبقوا سبتين لأن دول كانوا بيغطوا أطراف نادي الزمالك اللي لا تجيد النواحد دفاعية يعني مثلا المعروف يوسف بيغطي حتة كهرباء لما كان في الزمالك قبل ما يمشي واللي في الطرف اليمين إبراهيم صلاح أحمد توفيق عمر جابر كان بيغطي مثلا أي منحفني أو أي لعيب بيلعب في الطرف اليمين معنى أنت تلعب باتنين فيها خطورة ليه؟ أولا حمد النجاز هجوميا أقوى من دفاعيا وبانت جدا النهاردة عبدالله جمعة بعدما فتوح اتصاب وبعدما بهاء مجدي اتصاب وبقى بيلعب باكليفت هو في الأساس زي ما كابتان أحمد قال أصلا مش باكليفت هو رجل بيلعب في نص الملعب أشوال وبيلعب في الطرف اليمين عشان يدخل برجله الشمال لجوه ضيف عليها أن الأطراف بتاعة نادي الزمالك الهجومية لا يجيدوا قوي النواحد الدفاعية سواء كهرباء أو إبراهيم حسن أو حتى مصطفى فاتحي ومش سبب في كده؟ أفندم؟ إيه سبب في عدم إجادتهم لكده؟ هي سبب كتيرة أن ما عندهمش حتة هي بتبقى ثقافة على الفكرة يعني مثلا لمسألك كامير بس أنت ما أرجع لا أقول لك الثاني إيه؟ ما فيش مدير فن بيوات سنة كاملة يخليه يحفظه أو يعرفه تدفع وخلي بالك رداً على الكلام بتاعك الطريقة دي مش تنفع لما تعمل ضغط من قدام مكان الكرة مطقطع لأنك لو ست الكرة تطلع هتحصل مشاهدة كبيرة جداً في ناحية الباكينة أو في باكينة المطلعية فلما ما تغطيش في ساعتها الموضوع شكراً ده اللي أنا كنت هتكلم عليه يا كابتن أحمد ودي نقطة بس مهمة كمان يا إبراهيم هرجع تاني نقطة فرجاني ساسي حتى أبوص أبراهيم يا أصلك الناس كلها عارفة خلاص يعني لما أجي أسألك مين في النواحة الدفاعية أفضل يعني أنت ما شاء الله أنت عندك منافسة قوية جداً في الطرف الشمال من هنا لغاية الأمم الأفريقية هتلعب تريزيجي ولا هتلعب رمضان صبحي اللي بدأ يدخل في الصورة ولا هتلعب كهرباء المتقلق السنة دي مع الزمال كل ده في صالح المنتخب صحيح إن شاء الله لما أجي أسألك مين أقوى دفاعية تريزيجي ولا كهرباء محتاجة تفكير بس خلاص نفس الموضوع معروفة للناس كلها فإذا الأطراف بتاعة نادي الزمال الهجومية لا تجيد النواحة الدفاعية كمان بتغير طريقة اللعب اللي كانت بيغطوا الأطراف فديه في منتهى الخطورة طب مين بقى اللي بتحمل الموضوع ده كله آه على عيني وعلى راسي عندك لعيب ديناميكي على مستوى طريق حامد بالضبط يا كابتان أحمد بيقطع كل كورة التكملة بقى بتاعته السنة دي هو فرجاني ساسي زي ما كابتان أحمد قال لك بيجيد الاتنين زي بعض بالضبط سواء نواحة دفاعية أو هجومية هجومية طبعا حدثوا لحرج كفاية جول الأول بتاعه النهاردة وأنه عنده فيجين غير طبيعية ورؤية وبيلعب كورة بيحتساس كورة عايب أه أيوة شايف يلسى عمال أدار عبيري الأمثل هو لعيب بيلعب كورة أنت تشوفها سهلة بارد وبارد في اللعب كورة بتطلع صح من رجله وكمان بيجيد النواحة الدفاعية أنا ككريستان جروس ما يخوفني أن أغير طريقة اللعب طالما عندي اتنين يقدروا يغطوا ضعف التلاتة اللي بلعبوا وراء المهاجم في النواحة الدفاعية طيب بأتكلم في جزئية بقى ليه علاقة بالمنافسة على بطولة الدوري مين المستفيد؟ يعني دلوقتي بيقولك بعد النتيجة دي أكتر مستفيد هو النادي الأهلي لأنه زمالك اتعطل وبيراميز اتعطل في مقابل أنه النادي الأهلي النهاردة كسب المقصة وعمل جيم تقيل جدا جدا وكسب تلاتة صفر وحاجة يعني من الماتشات يكاد يكون ده أفضل ماتش لنادي الأهلي الموسم ده دي حقيقة يعني عمل شغل الضغط العالي كويس جدا مع المقصة عندها ضعف في طلوع الكرة من تحت يدري بكل سهولة يحط مقصة في وسط ملعبه ويجيب تلك التجوان ويعمل ماتش كويس بس خليب لك الفترة الجاية طريقة اللعبة دي عاوزة الضغط العالي على طول الاستحواز والكلام ده كل عاوزة أول لما تخسر الكرة ما تعتاش في مكانها يحصل لك مشكلة فعاوزة حتى الشغل تاني لو تلاحظت أوروبا ساعة تلت ساعة نادي الأهلي ما قدرش يعمل نفس الضغط ونفس الشغل لأن طبيعي تاخد نفسك وتبدأ ترجع تاني لقتك للبدنية وبعد تشتغل الشغل ده تاني فاعتقاد الشخصي آه طبعا الأهلي مستفيد ولكن الزمالك مستفيد يعني النقطة مع بيرامس عمتا انت دلوقتي الأهلي فاضل له مطشين مؤجلين مطشين الزمالك لا الأهلي فاضل له مطشين لو خاتستة بونت هيفرق ستة بونت بينه من الزمالك فطبيعي أن الزمالك يعني الزمالك ما خسرش ده مكسب في حد ذاته محافظ على فارق على فارق في حد ذاته قرقميا وأنه برضو الزمالك ما خسرش في الدوري برضو حاجة كويسة جدا أنت برضو الزمالك خسر من نجوم المستقبل خسر من بيبسي يعني خسر مطش واحد عمتا من الاختصارة برضو من بيرامتس عمتا مع الضغط والكلام ده كله هتبقى مشكلة فأنا وجهة نظر أنه هتعادل النهاردة حتى ما مكسب الأهلي ولسه عنده فارق كبير وبرضو زي ما تامر قال أن المطشات كلها في إيده يعني في إيدك أنت مصيرك في إيدك طيب نفس السؤال مصبوط ممكن ينافس إبراهيم بس مش هيكون بفضل الجهاز الفني ممكن هينافس بفضل الحلول الفردية اللي عنده الفريق لأن البيرامتس من وجهة نظر الشخصية إبراهيم عنده أحسن لعيب في الدور المصري حلال العقد والمشاكل الرجل كانوا ولو فاكر إبراهيم لما كنا بنشتغل في قناة بيرامتس ووقتها حتى قلت الكلمة دي وكانت زي ما يكون اتبعت لها رسائل كتير قوي من جماهير الإسماعيلي وقالت لها كابتن انت زي ما يكون اديت الرشاة بتاعت أي حد عاوز يكسب بيرامتس فاكر كنت انت موجود في الستوديو قلت كنت موجود في الستوديو ما تمثلش بص أنا فاكر ان أنا مكنتش مانجو وأنا فاكر ان انت كنت بص أبراهيم يا كينو وجهة نظري هفكرك بالتشبيه اللي قلت بس طمعا عشان مفيش مقارنة عشان الناس بس بتاخد على السوشال ميديا بتقولك ده بيكارن أنا بشبهها لك ان تيم البرازيل في كاس العالم 2014 لما نيمار بيمسك الكورة الكورة في رجله ليها تمن مختلف تماما عن أي لعيب تاني صح غاب نيمار البرازيل شارت سبعة ورواحد تمام طيب كينو كينو لعيب كل مباراة يابي يسجل يابي يصنع النهاردة صانع ومسجل خلاص طيب المباراة اللي كل مباراة ليه بصمة لعب على الجول صانع بلعب بالحركة يا رجل ده النهاردة بجبروته في لعبة أخدها وهي جايله على الخط حمدي النجاز أطول لعيب في الملعب أمواخدها بلغة الكورة كده اللي بنقول عليها مشمسه من الحركة وفايت جبروت جبروت يعني النهاردة مثلا واحدة من نجاحات كينو ان انت مشوفتش عرضيات حمدي النجاز اللي هو بمعدل كل خمس دقايق رايح وعمل وحدة كل خمس دقايق حمدي النجاز بيوصل لخط وعمل وحدة النهاردة ان حمدي النجاز يقعد وراء قاعد وراء بلغة الكورة خايف يروح هو عارف حجم وتقل اللعيب اللي هو بلعب عليه اللي هو كينو فانت النهاردة بتتكلم على النقطة اللي هي حتة ان هتضيق مساحات على كينو هترقبه هتتحد بصورة كبيرة جدا من خطورة بيرامدز كنت بتكلم في الدور الأول قبل ما ييجي عبدالله السعيد بهر المحمدي لعب على كينو تقدر تقول كما عنده تعليمات صارمة بركابته وتديق المساحات عليه لو الرجل فات بمهارته لازم تعمل فول تعطل اللعب اللي اسماعي كانت أول خسارة ليه بيرامدز فإذا اللي أنا بقولهولك لو بيرامدز كمل منافسة هتكون بفضل الحلول الفردية اللي بيمتلكها لعبته مش بفضل طب لو نافس يا إبراهيم يعني لو بيرامدز نافس هتنسب المنافسة دي أو النجاح في المنافسة لأي جهاز فني مش مش مهم نسيبه المنافسة اللي بدأ ولا اللي فولبي مش معني مش معني نسيبه المنافسة بقدر ما أنا بقعني أنه هو هيبقى منافس قوي وشارس وقادر يكمل بالتأكيد طبعا يعني هو بنسبه له إنجاز كبير طبعا أنت ما أجيب لعيبة أجيب حوالي عشرين لعيب جداد عن الفريق أو اتنين وعشرين أو خمس وعشرين لعيب جداد جداد في الفرقة وتعمل منهم فرقة وتنافس على الدوري فده إنجاز كبير طبعا حما ما كان المدير الفني ميقود مين يعني الفكرة بس أحمد النار بقولك فيه استعجال بعد الست مطشط بتمشي مدرب المبالد برضو يدفع في الفرقة كبيرة طبيعي أنه كل ما بتدفع كل ما فوض الطبيعي يعني هو وممكن الفكر كده كل ما بتدفع كل ما سؤالي كان فيه تامر مهم قوي إنه إذا التجربة دي لم تقعطي سمارها بالفوز ببطولة الدوري على المسم ده فأكيد إنه المسم التاني أو المسم اللي جاي الأمور تزداد انت سجاما ولا بتكلم غالب بالتأكيد طبعا ده التدرج الطبيعي ده لو ما غيرتش الفرقة كلها يعني ده لو ما كملت بنفس الفرقة لأن أنا شايفنا سكوات كويس جدا جدا يعني مش محتاج اللي أنت تجيب ممكن واحد أو اتنين في مركز باكليفت مثلا تجيب باكليفت عشان ما فيش غير محمد حمدي وموجود في الجيش دلوقتي فممكن باكليفت ممكن مراكز معينة وتصير فرقة زمهية بس تجيب مدير فني يعني طبيعي لو جبت مدير فني سببت الفرقة اهو سببته ايو ما طبيعي ما أنا بتكلم على لسة ما كانوا عزميك بروس طبعا ما طبعا ما فيه استعجال أنا ما قلتش حاجة أنا بقولك ممكن منقطر بروس الدفع فأنت طبيعي نكون متدفع كل ما مفوط طبيعي انت تنافس على الدوري فممكن الفكرة كده لكن انا لو لمدير فني وبنفس الفرقة دي السنة الجاية ممكن تنافس يعني هو وريدي بينافس فممكن مع الاستقرار سنة أو التانية ممكن تاخد دوري ما هو انت النهار ده احمد لازم تحط نفسك مكان كابتن حسام حسن انت بتقولي كل ما الفلوس بتتدفع كل ما بيبقى فيه ضغط على الجهاز الفني أنا كحسام حسن أنا من ساعة لما توليت ايه الفلوس اللي اتدفعت عبدالله السعيد الصفقات اللي جات طب أنا مخسرتش أنا مخسرتش أنا ما تكلمش على الجهاز الفني انا بتكلم ممكن رئيس النادي او صاحب النادي كل ما بتدفع فلوس اكتر كل ما هو مستني مستني انت اناقش الدولي ابغاد نزع الجهاز الفني الموجود بس انا قصد من القشح سنة استعجال عنده ما هو كلمة منتدرج الطبيعي انه ما لكقول لي كهو انما العيبة بتيجي وتنزم الطير وتلعب. يبقى في انا. يعني ما ينفعش. انا عندي العرب تتمرن في الفرقة اورادي. وموتة نفسها عشان تاخد فرصة تلعب. اجيب لعيب اروح منزلوا الطيارة. ولو حطوا يلعب. اللعيب اللي نسبهم برضو خد بالك. بغض نظر عبدالله. اه. بغض نظر عبدالله. عمل اسست وجاب جون. بغض نظر عبدالله موضوع تاني. عبدالله بقال له كم سنة بلعب في الدولة المصري. وعرف الدنيا ماشي ازاي وعرف اللعب اللي المصري يعمل ازاي وكلام. لكن اللعبة اللي بكلم على اللعبة محترفة. واحد جاية هدف هدف العالم. بتيجي هنا في مصر. وبينافينت النهاردة احمد مقداش بالصورة. ماشي كتير جدا بكور اني عندي احساس ما عاوي زي اسبت نفسه. او مرة اشوف ملعب زي ده. او مرة اشوف يعني زميله اللي باع معهم. ما اعرفش فكرة فكرة موديل فني ايه. ما اعرفش ايه حاجة. طبيعي ان انت لأ ادي الفرصة للرجل بيتمرن وبيلعب وكل الكلام ده كله. وبعا كده سيب الناس دي. يعني هديك. انا كنت سيب اتكلم مع مع تامي. ازاي مالك. لو انا محتاج خرد ابو طيب احتاج غير طبيعي. ما لعبش. شارك. ما لعبش اساسي. يعني ما جيبتوش النهاردة ونزلتو اليه. لان انا تاكتيكيا وفنيا انا مستقر. ما عنديش مشاكل. انا حتى مثلا الاهلي بيجيك صفات كلها بيحطوها في الملعب دلوقتي. لو تفتكر اما كنا بنتكلم الاهلي كان بيجيب صفقة ممكن تنساها اصلا. انا ما جاتش. بس انا ما كانش برضو صح. ما هو ما كانش برضو صح. لا. انت بص الصفقة يا تحرقها. اه. يا اما تستنى عليها. اما انا برضو اما انا. شفت انت قلت ايه. لدرجة ان انت تنسى انها صفقة جديدة. ما هو. لا الافراط. مش افراط ما انا. ولا تفريط. يعني لانا سيبوا مركون على لحد ما. لحد ما هو يصدي. ولا في نفس الوقت. اه اه يعني. ادفع بي برد. انا ما كلمش على الشهر. الشهر ده بعد طوان كتير. بس انا ما اتكلم في ايه. لا يحطه ويظهر كويس. اه. يا اما حرامة حطه واحرقه. صحيح. طيب قبل ما اروح للفاصل. واحنا بنتكلم على منافسا لما بين اهلي وزمالك ويهة. مين اكتر فريق محتاج دلوقتي الليIBInt? في التلاتة بالتحديد؟ في التلاتة اه. لها تدعمات يابراهيم. ام. بrate مش مش محتاج. الاهل. الشمال ممكن. اه ممكن واقف لفت. واقف لفت. اه. اه. لو محمد حمدش موجود في مسافت. اه. ماشي. محمد حمدي مش مش هيبقى موجود في الفترة اللي جاي بقى بالتأكيد اه باكليفت لكن الاهلي وزا ملكوا بيراميدز الموسم ده عصروا العيبة الدوري المصري. ده مش عصرهم بس ده بدأوا يجيبوا من بره. من بره. خلق يعني انت هجيب منين? خلاص تبقيت بتجيب خالد بطيب. اه الاهلي مسلا جب حسين الشحات من بره. مين تاني ابراهيم? لو بتتكلم عن الفئة اللي محتاجة اه 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 اتكلم عن الاسماعيلي وسستزنونكم هنروح لفصل وبعد الفصل مستمرين لسه مع حضراتكم في حوارنا مع كابتين كابتنة كابتنة من مجد كابتن تامر بادة وفصل وبعد الفصل متواصلين معاكم خليكم معاكم. النهاردة انا هعمل شورم. طاجن بطاطس بدوائي العكاوي. ده في الفرق. اربع دقيق كمان وتبقى جاهزة ان هي تطلع وتتأدى وتتأدى وتتأدى. لقمة هنية مع الشيف شريف عفيفي يوميا الواحدة ظهرا على النهار. هذا البرنامج برعاية. برحب بحضراتكم يوم جديد وبكرة ان شاء الله احل. احرصوا على البر. البر هو باب للجنة. لازم كل زوجة تفهم انها هتتحاسب على تصرفتها. البيوت تبنى على التودد وعلى التراحم وعلى حسن العشرة. احمد ربنا على عادات وتقاليد معينة. ليه معرفناش نوصلها لولادة. اعرف حد صاحب مدرسة عمل حصة اسمها الاخلاق وجاب حد ليه. بس كتير تتخيل انه اللي بتلقاتي نهاية الدنيا. لو انت بتتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل في دنيتك هتلاقي الترك في العبادة. لو قلت طب انا ايه اللي يبسطني بتلاقي اجابة. لو فرحنا لهم اجعلوا خير وبنعديه سريعا. لكن لو حزننا بنتمادة ونعيش الحزن. ناس كتير جدا متخيلين. انه رد الفعل العليف هو ده اللي هيجيب بيحقه. سيبنا صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سيراته ان الصوت المرتفع علامة على الحجة الضعيفة. اشوف حضراتكم بألف خير سلام عليكم. وبكرة احلى مع لمياء فهم عبد الحميد. اليوم الثالثة مساء على النهار. واحد من الناس يواصل مبادرات الخير في كل محافظات مصر. ويستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. ويلتقي باشهر مربي لثعابين الكبرى في مصر. الانسان بشكل عام مجرد ما بيسمع كلمة تعبان او بيشوف تعبان بيحصل عنده عملية رعب. يحكي عن علاقته بالثعابين التي تعيش معه في بيته. انت بدأت ازاي الموضوع ده؟ والله يعني انا كن عمري تقريبا حوالي عشرة او حداشر سنة. شوفي تعبان ده بعد ازنان. اه الفضل. اه. دي مميتة؟ مميتة. اه. عرض شيق جدا مع اخطر الثعابين السام داخل الاستوديو. انتظرونا في حلقة ساخنة. واحد من الناس مع عمر الليثي. غدا العشرة مساءا. على النهار. هذا البلنامج برعايت. موسيقى 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 بفكركم مرة تانية ان هيبقى عندي حوار مهم جدا جدا حوار مفاجأة. بعد ما خلص كلامي مع اللجوم اللي مشارفيني ومنواريني كابتن احمى ماجدي. قبل ما اقفل واروح للفاصل فتحت النقطة مهمة. قلت لي لو في حد يبقى محتاج يبقى في تدعيم حيبقى النادي الاسماعيلي. ايه اللي بيحصل بقى في الاسماعيلي يا النهاردة ممكن مكسب مهم معنويا قدام بتو جيت. لكن في حاجات كتيرة جدا جدا ليه علاقة بالفنان. انا تفرجت على الاسماعيلي بيطفش الكرة من نص الملعة مفيش حد قدام ب يعني درجة القطاط فيش عشان يضيع الكرة بس او يطلع الكرة قدام وكسبنا واحد سفر. انا تفرجت شوية عالماتش. لا 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 مفيش حال خالص. يعني حتى قطاع الناشئين نفسه. يعني الاول كنت بتفرج عن قطاع الناشئين في النادي الاسماعيلي بينافس كل قطاعات القطاعات عمتا وبيطلع على طول اللعيبة للدرجة الاولى حتى لو انتا بتصرفش. يعني ما هو حاجة من الاتنين يتصرف يتهتم بالقطاع عشان تطلع بيلعيب برافو عليك لكن الاتنين مفيش لأ بصراحة يعني الاسماعيلي بصراحة سعر عليها جدا أنا بحيب الاسماعيلي جدا ككورة واحدة ما كان بيتفرق على الكورة قبل زي ما يقولي كمان ككورة كان اسماعيلي لكن الوقت ولا في قطاع ناشئين ولا في صفقات وكلها صفقات بتجيب من الدرجة التانية طب أنا بجيب صفقات من الدرجة التانية حلو مفيش مشكلة مين لها يطورها برضى عليك يعني بيتجيب مدير فني وكمان مين المجموعة اللي حوالي مين اللي يحطوا دلوقتي يعمل ايه يعني لما تيجي تلعب درجة تانية تلاقيك حواليك لعيبة ما تيجي تلعبه اجيب صفقة بس ما حرقهاش او ناشئ بطلعه وزمان كان الاسماعيلي ما بيقومش مطلع الفرقة كلها مرة واحدة كان بيلاقي مثلا في لعيبك الناشئة ما كان بيطلع كورة عليه ما تلعبوش لما يكون في وقت مكسب اه بصب انا اجي واحم الدرجة التانية بلعف في وادي اجي حطه مع الاسماعيلي في الوقت وما فيش لعيبة والجمهور كله على لعيبة مئة الف حاجة فطبيعيا لعيبة هينزل يعمل ايه حتى ناشئين بقولك الناشئين ما فيش ناشئ يطلع يعني يتبشر مثلا اللي هو فاهم كرة او يقدر يلعب او او الكلام ده كله فانا بصراحة يعني مجلس دار اسماعيلي علامة السهم كبيرة كبيرة يعني طب يلحق الفرقة مثلا في شهر واحد حتى لو من جيبك الشخصي بخمسة صفقات سوبر عشان ألحق نفسي انا كان انا بتكلم ان نارضا اسماعيلي بلعب قبل الاخير وكسب طلع ثلاث مراكز طب وبعد كده اللي جاي انا بقولك شفت اسماعيلي نارضا بيطفش اللي عيبة طفش الكرة من نص الملعب عشان طلع الكرة بس من نص ملعبها عشان تخلص من الكور عشان كسبان واحد سفر عاوز اتلعب واحد سفر والحمد لله على كده فبصراحة علامة سفران كبيرة كبيرة اللي خرج الاسماعيلي من دوامته عشان هتكلم معك برضه على الاهل والمقصة حاجات كتيرة يا ابراهيم الظروف طبعا فيه ظروف صعبة جدا لازم لما تيجي تبص تشوف اللي بيحصل الاسماعيلي لازم تعمل فلاش باك وتبص في بداية الموسم فيه ناس كتير مشت عمود فقري كامل مشي تتكلم على محمد عواد مشي بتتكلم على وخذ فلوس كتيرة خلي بالك وده يفضل برضه سؤال يا كابتان احمد فلوس اللعيبة اللي بتمشي بتروح فيه يعني مثلا محمد عواد راح السعودية بتتكلم على محمد محمد فتحي محمد فتحي دخلنا كل الاسماع في بعض الاسماع محمد فتحي مشي في لعيب نص ملعب راح بيرامدز يعني برضه نادي بيدفع كتير اقول لك الداخل حوالي 150 مليون كالديرون مشي اخدت من ورا فلوس فيه اكتر من لعيب مشي حتى اخيرا شكري نجيب لسه ماشي من اول انبارح من النادي ولا حاجة يعني في صفقة كمان غريبة جدا من نسبالي ياسر ابراهيم ايه مش ياسر ابراهيم اوشان ابراهيم البقراء تلك في امبيو زمالك رسولة او راح سموها اللعب النهاردة ودخل باهر المحمد سانترباج السؤال بس انت محتاج بقراءت يعني انت عندك راجل بلعب منتخب مصر اجيب ايه بقى اجيب الفيرود او اجيب العيب تحت الفراودة او اجيب دفندر تيير او اجيب الفيرود يا حمد ده ماشي ده هو اللي جاب جول الفوز ولا فيرود واحد انا اصدي كفرقة الراجل ده تصوب حصل له مشكلة هيعمل ايه يعني قصدي حتى المراكز اللي انت بتجيبها عشان تدعم بها فرقة بالظبط مفيش فيها انت عندك باكرايت منتخب مصر او باكرايت منتخب مصر اجيب العيب بقى يفيدني فيرود تاني تحت الفيرود يوصلني للجون الديفندر جامد قطع الكورة يقدر يسلم يعمل زي حاجة زي فيرجانس يعني تصرب فلوس في حاجة مهمة مش باك النهاردة احمد التالتة اللي بيلعبوا وورا شلونجو التالتة شول التالتة اللي لعب بيه من النهاردة شول عبد الرحمن مجدي محمد صادق وعودة مارشال التالتة شول النيجيري مي حصل في مانشستر سيتي تبتتكلم في حاجة تانية خالص تبتتكلم على موضوع ناحية الشمال فانا بقولك حصل لا ده بوارديولا عملها قبل كده الاربعة لما لعب اربعة واحد اربعة واحد الاربعة كانوا شول ده معها حاجة عادية ده حاجة طبيعية جيدت سيلفا وبرناردو سيلفا وساني وكان لاء عبد الفف مرة من المرات الاربعة كانوا شول انا معاك ابراهيم بس كابتن رض عبد العال قال لك يرجم كلوب جبان انا مشوفتش التويت تاعة ما شوفتش التويت بتاعتك غير بعد الحلقة للأسف فعلا اه والله كان نفسي اشوفها وانا شغال على الحلقة للأسف انا زعلت منها ده قوي اصلا كابتن رض عبد الحبيبي حبيبي حبيبي كلوب جبان كلوب اصلا احمد احنا كنا عاديين برا وبيتكلم بي احنا الاثنين بلول اشعار في يورجين كلوب كلوب ده اوقع مدار في العالم يعني بص هي طبعا الكرة وجعت نظر نظر قبل الزبط بس مجرد جبان يعني هي ابراهيم حتك يقول لك اسمع كلام ومزعالك كده بيها تقوله بيش دي وجهات نظر مفاش مشكلة بسواء وقعيا هو اوقع ومدارف في العالم لا انا هو طور طور كتير جدا جدا من اداء ليفر بول بالتأكيد يعني لكن استكمالنا ابراهيم سبت لعيبة كبيرة كدا ومؤسرة في تيم الاسماعيل بقول لك محمد عواد وبقول لك محمد حمدي وبقول لك محمد فتحي وبقول لك محمد فتحي وسبت ابراهيم حسن سبت ديجو كالديرون لعيبة كلها مؤسرة دي نقطة النقطة التانية ابراهيم الاربع اجهزة فنية يعني خيرالله مضوي الجزائري جي بعد كده فييرا وبعد كده محمد محسن ابو جريشا فترة قصيرة جدا وبعد كده الراجل سيدومير اللي هو الماكدوني ده اللي مسك يعني اربع اجهزة فنية برضو تتكلم في حوالي ما يقرب من دور دور وكام مبراه امانة اذا كنا بنتكلم على حاجة اه تسببت في البحثة فنية اسماعيل هو باع كتير وما جابش وخد فوز جامدة يعني طب ويقش لما كانهم حد في الدولة الممتاز يعني يعني جيب تتربع العيبة خبرات يشيل لك الدنيا تجيب بقى معهم درجة تانية تجيب معهم ناشئين يعني يشيلوا لكن ما فيش حاجة خالص كده حتى الراجل حسن عبدالربو الراجل اعتزل مزبوط يعني الراجل حتى ما هستحملش يشيل مشاكل كتير جدا في الفلوس وحاجات كتيرة جدا 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 وراجل ما استحملش طب مين بقى اللي هيكمل يعني الاسماعيل خالك في خطر كبير يعني وبعدين الراجل يا ابراهيم وانت وانا بتفرج على مباراة النهاردة حاسس ان الراجل بيحاول يلصم يعالج يعني مش جاي بقى له ايه زي ما كابتان احمد قال للحطة انه هيلعب كورة الراجل بيلصم وبيعالج النهاردة عمل حاجة مزبوط النهاردة الراجل بيعالج الاخطاء الدفعية لانهو معندوقي يعني مثلا كانت شوية ريتشارد بافور وكان شوية بقى يلعب جنبيه محمود متولي النهاردة مثلا الراجل أما عالج بس النهاردة الراجل عالجها بصراحة أنا معجب بطريقة علاجه لانه دايما بقول لانه ما يبقى عندك سنتر باكين مش سبتين دايما ومش واغدين على بعض حافظين بعض لازم العلاج يتم من قدام بالاتنين اللي قدامهم لازم تخفى بالضحط من عليهم النهاردة بتوجدت لانهو معاهم النهاردة يعني بسجدت خلق فرص كتيرة لما يجي تلعب فرق كبيرة يعني أو فرق عندها قوة هجومية وبعدين انت النهاردة لإسماعيل يا أحمد انت كان بيبقى قدامك الأهلي والزمالك دايما النهاردة بقى قدامك أهلي وزمالك وبيرامد يعني لأ قدامك قدامه قدامه حقيق سبع فرق عشان يطلع لفوق أنا مش قصدي في الترتيب أنا قصدي انت الفرق القوية اللي تجرع عليك وتلعب عليك كورة كان الأهلي والزمالك يقدروا هم اللي ينزلوا يهجموك أي فرقة بعد وكتسعب بتكسبهم يعني ساعتهم تدفق سوء حالاتك كنت تكسبهم دي حقيقة فاللي أنا عايز أقول لك يا إبراهيم ان الرجل عليجها النهاردة أما دخل بهر المحمدي يلعب جنب محمد مجدي هما الاتنين سنتر باكين أما لعب محمود متولي جنب دونجل دونجل مقصة والزمالك عشان يخف من الأضغط اللي على سنتر باكين بتوع الإسماعيلي ولعب بطارق الضبط ولعب بطارق طه باكليفت ولعب بأسامة إبراهيم زي ما كابتر أحمد قالك باكراي بس لما تيجي تتفرج زي ما أنت قلت مش ده الإسماعيلي هو تلصيم يعني حتى النهاردة أسامة النهاردة غلط غلطة يعني كارثية لأن الرجل بعيد عن المباراة بقاله فترة طويلة جدا المقصة والأهلي من وجهة نظرك لين نهاردة كان أفضل مطشرة النادي الأهلي على الإطلاق خلال هذا الموسم رغم أنه برضو الثابت لدى الجميع أنه الأهلي يعاني من غيابات كبيرة جدا وكتير جدا في المنطقة الأمامية الضغط العالي ده كانت حالة مهمة جدا النادي الأهلي عملها وغياب واحد أنا بتاعتبره يعني سعيد مريض تطلع الكرة من تحت أو بتعاوس لعب على الاستحواز وأولا المسحات بتوسع طول ما تستحوز على الكرة المسحات واسعة فالغلطة الباص غلطة شكرا اتقطعت الكرة في وسط الملعب وانت بتعمل الاستحواز والضغط تقطع عليه صح موضوع أنت الوحيد اللي كان بيعمل الدور ده هني سعيد العقل المفكر من الآخر ما فيش عقل في نادي مقص غير هني سعيد هني هو اللي كان بيعمل الموضوع ده يقدر طالع الكرة بسهولة يلعب لمسة أو لمسة ولعبة شافر الناس اللي حواليه فهني كان بيقوم بالدور ده وشوية مودي ده هو حتى يشبه طريقة لعمك بس مودي بيعمل ساك أشوله بيسلمه أنا بتكلم عن اللي يطلع من وسط الملعب أنا مش مهم عندي الأربع اللي وراء أهم حاجة اللي طلع لي الكرة اللي يخدم المنطقة حمزة الوصلة أصدق يقدر يطلع كرة قدام طول الكرة ما طلعتش قدام وفي ضغط عالي حصل مشاكل أو الجن الأواني جي كده الجن الأواني جيه بالضغط العالي رحت لرمضان رمضان ده خل حطها لحسين حسين حتى نحطها جود فأنا المقصة النهارده كان فيه نواقص آه ولكن المقصة خلي بالك كمان مع كابتن طلعت هو على طول بيلعب التأفيل ويقاست الوصل الملعب ويقال لمسيحاته كم ده كله هو عشان عنده لعيبة جمدة قدام في المنطقة اللي قدام فهو غير سيستم اللي عمتا من أول الموسم صحيح بس فوافي مش موجود النهارده كان مصاب يعني نزل ما كانش بادئ جون أنتوي مش موجود المنطقة اللي هي بتاعة وسط الملعب مشكية وسط الملعب هاللي عملت المشاكل المقصة صحيح إذن احنا بنتحدث عن دوري مختلف هذا الموسم بوضعية جديدة كابتن أنا بشكركم شكرا جزيلا كابتن أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا كابتن تمر أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفتوني ونورتوني حوار مهم جدا جدا ولأول مرة هتركوا مع حضراتكم مع زميلنا العزيز عمر مختار والكابتن مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي وهو حوار بعد أن رحل إلى أحد السعودي وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا تابعوا الحوار في منتهى الأهمية سلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة داخل منزل نمبر ون الكابتن مؤمن زكريا لعب النادي الآلي والمنطق الحديثا الى نادي أحد السعودي الكابتن مؤمن برحب بيك مع زمان عزيز إبراهيم فاي وبرنامج نمبر ون برحب بيك وبرحب السؤال المشاهدين وأهلهم سلام بيك وأقول لإبراهيم مبروك على البرنامج الجديد وإن شاء الله يكون فتح خير عليك ومزيد للنجاح إن شاء الله بإذن الله الحمد لله الواحد ومن خلال نادي الأهلي رجع دين الدور السعودي دورة قوي في سل الظروف إن أنا أكيد وابتعايز أعطف النادي بس فيه زروف خارجة عن أرادتي إنها هي خليطة ننطق للدور السعودي فمش حابب أتكلم فيها خلاص خطوة جديدة إن شاء الله بإذن الله يتحدك جديد لك فإن شاء الله أتمنى التوفيق من ربنا يكون خطوة قويسة لها دوري كوي وده العرض اللي كان متقدم وكان جد فأكيد الواحد ما ترددش خالص وكمان الواحد مش غريب على الدور السعودي وهو كان متواجد فينا دي كبير زي قالي جدا فأكيد الواحد ما لعب إنك في السعودية عمل اسم كويس وفين ناس عمل اسم كويس فالحمد الله الواحد مش غريب على الدور السعودي عارة ست شهور ومدخلها إن شاء الله ألعب ست شهور دو بعد كده أرجعنا دقائي تاني هتنضم إمتى إن شاء الله رسميا يخلي الأزواء ده إن شاء الله بإذن الله أكيد طبعا الواحد عنده فرصة قوية وخلاص بعد تنظيم مصر كاس الأمم ده هتبقى خطوة كويسة مشروع كل لعيب إنه عايزة توقت في كاس الأمم من خلال بلده تحقق البطولة فإن شاء الله يكون واحد عنده إستاذ كويس من حيال نادي واحد دوري السعودي إن شاء الله يكون لي نصيبه تعويق بإذن الله هو سوء التفاهم يعني أنا مش حايف أتكلم في الموضوع قوي لإن خلاص أنا راجل باحترم النادي الأهلي أول في الآخر أنا ورد من أبناء النادي الأهلي بتربي في النادي الأهلي فما فعش أطلع خلاص يعني أنا كنت أتكلم وأنا موجود في النادي كان يبقى أفضل ليه لكن أنا خلاص متعوجة برا النادي فمن العيب إن أنا أطلع أتكلم عن النادي ليه فضل علي ولا أي حاجة علي بس هو مش بكري كلها مش مع النادي كان مع حد معين بس أنا أوجه بالله يا حقيقة للجمهور أنا كل اللي أتقل علي إن أنا روحت هنا وجيت هنا ومضيت وخلص وكل حاجة الكلام ده والله ما صحيح أنا في الأول في الآخر ابني من النادي الأهلي أضحيت بكل حاجة عشان نادي النادي الأهلي ما صارتش في الأربع سينة كنت متوجهت فيهم بسألت يقول لي ما أملك فيهم الحمد لله ما صارتش باي حاجة ساعدت زمالي زمالي أضافت لي طبعا النادي أضاف لي كل حاجة يعني من صغري وأنا في النادي الأهلي فحتى مش وانا كبير لا ده من صغري النادي الأهلي ضائف فهي يقول لها ظروف خارجة عن الربطية حاجات بتطلع من جوه يا النادي إن أنا كنت بأتكلم لا 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 يعني حد يعني حد كان هو اللي بطلع يقول ده مو من طالب فلوس أكتر مو من طالب فلوس والله الكلام ده ما صحيح ولا أي حاجة يعني أنا الحاجة الوحيدة قلتها يا جماعة أنا زي زي الناس وليه فلوس قديمة بس غير كده ما فيش كده ما تكلمتش فيها أي حاجة تانية خالص ولا أمور مدية يعني شوفوا يا جماعة أنتو بتتضر الناس بكام بس انت مواف ده اللي أنا قلت له ما قلتش غير كده خالص والله أنا بقول كلام غلط حد يطلع يواجه هل فعلا طلبت من كابتن محمود الخطيب الرحيل؟ خالص هم هما تكلمتش معاه خالص؟ لا، لقد كلمتش مع كابتن بس 3 چهين رح اليدي صحبة أسان انشار فيلك يطول مع كابت الخطيب لا أولا عني وكابت الخطيب أنت يتشوفه فين وفين يعني حتول معه مباشي إلا طب أنا حسvia يا إلا وأنا لو مضيت مش هتعرف صح هل هناك صورة على قل ولا أي حاجة؟ ما أحترمي، أنا سعيد بأن كنت أموت في النادي كبير طبعا كل حاجة، ولكن لا تكلم معي أموت با أنا كلمت مع الزمني ومانا بقول لك حاجات كلها وقال لك انا طلبت مليون دولار وروح اتخذت بي هنا لا او كصص اقول مرة شوفها يعني كصص مستمعتاش لدرجة ان انا شكت في نفسي اقول الله يعني انا طالع بدروين وانا هنا وبرحهم دي هنا هل انت تفاوض معاك نادي برامس؟ خلص حظي وحش انها جي بعد عفضلة يعني لو عادي بنتي مثلا كمان سنة اين موكش ازاعي كمان فيه ناس عادي بنتي دي رادي محدش بيتكلم معا ومحدش بيجسراتي بس انا كان في ضغط علي من ناحية موحدة وانا عارف من الاشخاص كنت لا طبعا بص اقول له حاجة النادي الاهلي نادي كبير جمهوره كبير ماشي اللعيبة الكبر في النادي الاهلي هي عصب النادي الاهلي يعني بص شريف فتحي عشور وليد في كل خط بقول لك اسامي كبيرة يعني هم دول عصب النادي من التاني يعني باعكد هيجي بقى الناس اللي اصغر منهم سنة فا اكد اللعبة الكبرية هي عصب النادي الاهلي وعصب الفرق كلمش عبدالله سعيد والتقول له انت السبب اللي بيصلي ده لا 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 عبدالله صديق ومحترم وكل عاجة وكل واحد بيفكر هل جالك عروض تاني من عندها اخرى؟ جالي اوحا بس انا ما يعني خلاص اصخرت ربنا و الحمده الله ما حقيقة هجوم جمهور النادي الاهلي على السوشيال مدى على الكابت المؤمن؟ انا اقول لك يا باك لا مش كله بصراحة يعني بعض وبعض يعني مع بعض وبعض عشان كل واحد بيفصل ركويل على الماء وكل واحد بيزوصل لها منظور حاجة بتابع وكل حاجة بس ما بتأسرش ienen م تلخل أول في الآخر انت عتلعب لنsnتح لإنسان يتشيلك وكل واحد انزان انت لازم تبعلك توازن ممكن تحدث مواقع чи سيدي الاجتماع كسير صلاح؟ لا لا شاف them فم شاطف الأanch tambah يعطي الخاص بك كذلك كذلك acağım المight اخذي حافظ هي حافظها اعتم مع مصدر усيرتيا أول ما جايف الندري اعتم معه راتيل كان هذا ان apps أهم كذلك الي اتهتكلم أتمنى الرجل التوفيق أكيد ماسك راجب إزا نادي الأهل الرجل عنده سكي كويس خبرات كويسة أشاف أنه يقدر يعمل حاجة مع نادي الأهل وتمنى إن شاء الله اللي هو يحقق حاجة هي طولة أفرجان الناس كديرا ما عرفتها يعني أنت شافع من كلامك كده أنه هو ممكن يبقى حد يمتدي له كلام من مؤمن والله أعلم السؤال ده عشاندي أه السؤال ده مش عندي يعني الدوري المين السنتين الدوري؟ إن شاء الله اللي الأهل بإذن الله شايف المنافسة صعبة أبداً؟ صعبة لأ إنه إزاك ماشي كويس برامز ماشي كويس الأهل هيمشي كويس هيمشي كويس يعني هي بيحصل دروب دة تقعد عليه سنة سنتين أنت بتكسبوا كل حاجة خلاص يعني إنه الأهل هنشاف خلاص جاب لعيبة كويسة المصابين هارجعوا واحدة واحدة فيه تركيز كويس من اللعيبة إن شاء الله بإذن الله يكون نقطة الدوري إن شاء الله من نصيب لنا خلاص دكتور كويس بقى له فترة من يعني مثلا من جيل من جيل كابتان أبوتريكا أو اللي بمعه وطوة مهوبه هي فترة إصابات مهوبه ولا اللعيبة ولا الجهاز ولا حاجة بتاعت ربنا مصر 30 وإن إرائك فيه أنا ما مشاركتش معاك كتير بصراحة الراجل الراجل شخصية كويسة حاول أنت كان عندك بونت ووصلك نهاية أفريكية أعمل كل حاجة الراجل شايف أنا يعني هو الراجل الحيشي أخذ في رسولة أول غريباً ناد الأهلي بمشي مدرب في أسر الموسى أحاول بس ببارده طلبت منه المشاركة في نهاية أفريكا؟ أعمل أطلب من مدرب مشاركة طلبت من حد من الجهاز؟ أعمل أطلب من حد المشاركة أعمل أطلب من حد المشاركة أطلب من أنت بس أنت تقيم تقيمني مع الناس لكن المشاركة دي عمري ما أطلبها لأنها عديد المرحلة يعني أنا حفظه الله مع كل المدربين بشارك وبقال لها الحمد لله سيكون في الملعب من خلال زمي لكل عام أنا دلوقتي أعمل اللي بفكر نابة كويس لأن ألعب ولا بلعبش نابة فطورش فيها خلاص بطولة أفريكا السنة دي شايفة صعبة على النادي الأيلي ولا سهلة؟ أسهل بطولة بتاع السنة دي أسهل بطولة يعني بطولة قبلها أنت لحبت كل فرقة قوية كل حاجة من الترجم النجمل ودهك كان معاك في المجموع اللحبت راح جاي حتى بدفستي كان بطل جون أفريكا لعبت كل حاجة في الودادة عملت بطولة هيلة وصلت إلى النادي بقى أداء كويس النتيجة مع أن أفعش هنا واحد واحد قدرت ناك أحاول بس الأداء كان كويس بس سيرت في الآخر لكن السنة دي أسهل بطولة أسهل بطولة أول مرة ترجم أنت فرق كذبية فرق أثنين كنت بتروح وانت بقص متعادل إما خسراني كنت تحاول وكما من فنائي فأنا شايفة إن شاء الله ربنا يكون دفلتها وشألنا خير فيها كيف صفقاتنا الجديدة في فنائي؟ كلهم يلعبوا ممتازة يلعبوا في الفرق من كل زمائله واحدة واحدة يخشوا في الفرق وإنسان جماعي هل تعال أمانة طلبت الرحيل بصفقات الكتيرة؟ عمري البعض يقول كده ما أنا أقول لكل أحد يقول لي بس أنا شايف وشايف قال لي أدور مش ككورة كدفة أنا ألعب حتى يعني عندما يتكلم معي عندما يتكلم معي تقوم بمطاعد وشايفة حتى أنا أتكلم عن كبساية أقول لي أمانة ألعب كبير وأنت أتكلم عن كبساية يعني شوف لي إنت عايز تعمل مع كبساية حتى في التجديد ما أخذتش مثلا 24 ساعة مع كبساية يعني أقرب واحد لك من دخل الجهازة؟ كبساية ما أتكلم معه كله بصراحة كبساية تتحمل معي من نهربع سين كان كل المانجس لكن كل اللي الفرق لا تعمل ش معي معرفعه صحي wollte من اتكلم مع الباب آعدتك كذوي مهدر مع كبت المحمد يوسفس كو كبت المحمد يوسف لطريق كبت المهمة موسيق العضارة الفنية كبت المهمة قد يشارك لا لا كبت المحمد يوسع كبت المحمد يوسف كبت المحمد يوسف كبت المحمد حمد كبت المحمد الفنية لابط أمين convention كان أفريقيا و سيت دولي. شاركت سيت داي. كانت يوسف أنا بقولك. كانت تيرون شاركت معاه في الأول بعد كده قال لي أسبابة فانية. ممكن. يمكن أن يكون هناك أحد يتكلم و يقول؟ لا أسبابة فانية دي وش علينا بس. على كل. لا مشي على كل. أنا وحش ما عنديش مشكلة. فترات السنة فاتة و قبلها و قبلها. بعدها لا فترة و بحشة. بس ما بعتش مثلا 10 مرتشاب براد سكور. كتير. كنت تتخذتش على كده في حياتك حصرتك موكف ده؟ لا 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 لا. ما بقولك فيه حاجة موجهة. مم. هل تتواصل مع من من نجوم البر. هل تتواصل مع من في الفترة التي هي ازم منها؟ هل تتعظم أن تنام لها؟ لا لا لا. هل أنت تتحضر عزمين. الحمده الله يعني أنا بأتمرر. لا تشاركش مزحي. لا لا تشاركش مزحي. لا تشاركش مزحي. بس لو حي فانية مزحي. بس ما بديش مشكلة. كنت تتكلمين عرب واحد كنت أتكلمين فاتحي على طول حسما قال لي هو مسؤول و هو مش مسؤول كنت بتواصل معه على طول لأبو تريكا على طول اه هو اللي هو معه كان فاتحي مثلا وعشوق كنت أتكلم معه عرب ناس لك وصلاية كنت أتكلمين صراحة كان عرب ناس أتكلم معه أكيد الحمد لله حاجة يعني في زل الظروف اللي كانت تمر فيها البلد حد ازا ده هيساعد الناس تاني ترجع السياح تاني وكل حاجة ان شاء الله تبقى مناصبنا ازا الف ناسية تبئيزن شايف اوحد بوابتك لعودتك مرة أخرى حسع ان شاء الله ان الواحد يأدي ويلعب بشكله ويزار بشكله كويس وانا هعمل علي وفي الاخر اختار مزير فاني راكي في أجيري بقى مدارك كويس يعني انا شايف طموحات الشعب المصري انه هو بتشكر في أجيري انه هو بيلعب كورة بيقدي وكل حاجة وان شاء الله هتملوا نجاح حظه حلو انه احنا يلعب كاسي لأمه هنا انت مسافات انت لعب تكاسي لأمه بس ااء اه ميكاش في مصر وصلت النهائي وشايف مصر هو بعامي قلي حاجة ان هو اصلك اه لا لا كويس ما عديش مشكله معروه فقط انا الحمد الله ما عديش عمري في حياتي ما عامتي مشكله مع معروه مدربين مردين معه. وانا الحمد لله في قوم مدرب يشتكلم. هم. هو دي النقطة. هي دي النقطة. اه. ان محدش مدرب يشتكلم. لا خالص. اه. بس بقى صريح. انا بقص من عادة انها بقى صريح. بس في مدرين فانيين ممكن نقول كده الخبس والكروي. لا. اعلمه. كله حب نيته والله. اه. ما حصلتش كده ما عشرتش حد في الفترة. حمد لله مع كل مدرب. وحتى الزمال اللي عدتوا معاه ولا في الزمالك ولا في مصر ولا في الاهلي ولا في الانتاج ولا في الانبي ولا الحمد لله لان دي اللي شاركت فيها عملت مشكلة صغيرة مع المدرب. برامز زمالك الاهلي شاف المنافسة تحصرت خلاص. لا انت تقول اهلي زمالك برامز الاهلي بطل الدور السنة فات. تمام. لسه ما حدش حاصل من بطولة الدور. لا لسه. لسه بادر. لسه في دور تاني ولسه الاهلي عنده مطشنط مع الجلم دور الاولية لسه. الزمالك ممكن ياخد كنفوضريليا بفرقته القوية السنة دي. كنفوضريليا اتمنى زمالك اخبرها في مصر اتمنى تاخد البطولة دي بعدين للاهلي انه واخد كنفوضريليا زمالك زمالك ان شاء الله. كت اصعب لحظات لك هذا الموسم. كنتها الامانة. كنتها الامانة. هل لما اخسرنا كأس افريقيا؟ كأس افريقيا دي. وانا كنت اتمنى ان انا كون موجود بس ما حصل لش رسالي. كنت ضيبة. لما كان في اصابات وانت مفروض شارك. لا انا لوحيد الكتين علىك. كتينها كنت موجود في مصر. ساببه؟ ولا انت حاببه؟. والله دي مش رهاتي. انا يعني يعني اولا يا الكايمة كتنا وعشرين عين. مين اللي بحط الكايم؟ ما اعرفش. اكلم دير كامل. اتنين وعشرين في تونس. انا هنا. مش من معمدقيد افريقيا. اخيرا طبعا انا عارف احنا معلش خدم من وقتك. لكن احنا سوعداء لأول حوار لي خاصتنا احنا يعني. الرسالة بقى لتوجهها لجمهور النادل اهلي. بص الجمهور عارف ان الحمد لله ان انا بحيت باي عشان اجل نادل اهلي. واتحاربت باي عشان اجل نادل اهلي. الحمد لله ما اثرتش في حاجة. ما بحيلتش بقى اي حاجة. الحمد لله. رغم ان كان بجلي اصابات بجلي حاجة كتيرة. كنت بقى بدوس على نفس ولعب بين خلال الفرقة وخلال نادي وخلال الجمهور. فتمنى ان هم يعرفوا حقيقة كويس ومش كل واحد يعني انا اول مرة اتكلم من خمس شهور مسجد. اول مرة والله اتكلم. مش حابب انا اتكلم. فبتمنى ان هم مسجد ما يسمعوش من طرف واحد يسمعهم من طرف الناس. طب انت ما بتكتبش مثلا لما تلاقي هجوم عليك ما بتردش. يعني بتردش على بسوشيال ميديا. لا لا اخي فطرة بسكوت. بسبب ان اه اعرب الناس اليها شايفهم منوزعل. اه ديلك بدايين بس. يعني مرواطي والدي والدي يعني دول عرب الناس اليها بشوفهم منوزعلين. فانا يعني أنا عن نفسي قوة الشخصية ما بتأثرش ولاي حاجة بزل إنه قدت في الزمالك ومجلت الأهل الحمد لله قدت معين فيه بحاجة ضغوط كبيرة جداً الحمد لله يعني كنت ثابت ما عندش أي ضغوط فأنا أهرب ناسي بتشوفهم إنهم مزعلين يعني أنا أثر لتأثر آه هي دلك بتأثرني بس بالشارع أنت يعني بتنزل الشارع تروح السوبر ماركت تجيب حاجة والله الناس بالكلمة اللي باحترامه عارفة إن أنا مأثرتش في عائل تقول لك أنت بتشاركش لي يا كابتن دي حاجة تتني فخر الناس وأنا مش بلعب الناس بتسعي مؤمن فين وجوده فين انت بلي ما بيشاركش لي ما بالعب بس وأنا وكنش بكلم وتقولي فترة ده خسونا رسالة للجمهور رسالة لمجلس اللي قدرها لا يا مسترميز ده أكبر انت كان على كابتخاطين ده صعب أوي انت كان على كابتخاطين بشكره أكيد كابتن بيحاول أن هو يوفر كل حاجة للفرقة وللنادي وللأعضاء كل الجمهور بتملط التوفير إن شاء الله أنا بإذن الله بإذن الله بحاجة بتودة أفريكا أنه هو كلمة كمؤمن؟ كابتخاطيب كابتخاطيب أكيد في أي اجتماعات بيتكلم معاك وطاق بس أحلى حاجة نجد أن كابتخاطيب مسؤول ماليش ده عامين ميلعب وميلعبش لو في حاجة مشكلة يعني مثلا خلينا واضحين لما مثلا بيحضر تمرينات كابتخاطيب أكيد في الفترة أخيرة بيحضر تمرينات بس لا بيكلمش مع أي لحيب خالص بيجي بس يسأل ويحضر تمريناه بس فكرش تكلم معه خالص هتتكلم معه يقولك عندك مدير الكورة عندك مدير فاني نظام نهي أحلى حاجة انت عارف مش يحميه مش تتحدى مثلا مدير الكورة ومدير فاني وتروح الإس نادي لا مش موجود الكلام ده في النادي خالص إلا دارة الفانية اللي نادي إلالي توجه ليهم رسالة أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله إذا راح أقول بطول الأفريقية كلهم؟ لا لا الفرق على تماغي كجهاز ولعيبة كل حاجة أتمنى لهم التوفيق أنا لعيف ناخذ بطولة أنا هتزودني بطولة فأتمنى إن شاء الله التوفيق لهم بالجهاز واللعيبة وربنا يكرمون أمور مصر كله بقى مثلا؟ أتمنى إن هم يساعدوا كل الفرق اللي مشاركة في أفريقيا هناك نقطة بس نزعلنا على قول الإسماعيلي إنه هو مشاركة قول الإسماعيلي إنه هو شيء السابعي للأفريقية كنت أتمنى إنه زي ماك من 19 عاما بشاركة بس قدر الله مش هفعله وإن شاء الله يستعدوا كويسه وربنا يكرمه وتمنى الجمهور يقف مع المتخب مصر إن شاء الله في كاسرهم مومن نمبر وين أنا بشكورك طبعا وبشكورك على ساعة صدرك لينا وإختصاصك لينا في أول لقاء لك شكرا لك وبتمنى التوفيق لإبراهيم ومنبر وإن شاء الله كيد يمكن ده كان لقاءنا المهم والخاص والحصري مع نجم نجوم النادي الأهري والمعار أخيرا إلى نادي أحد السعودي الكابتن مؤمن زكريا ترجمة نانسي قنقر 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 لتخليد ذقة سابعة والستين لبطولة الشرطة المصرية بالإسماعيلية في تحديها لصلف وغرول الاحتلال بإرادة وتحدي روته محاكاة مصرحية بعنوان يوم التحدي مزيج بين لقطات تاريخية لمعركة الإسماعيلية ومشاهد تمثيلية جسد فيها الفنانون أبطال المعركة في مقدمتهم اللواء مصطفى رفعت بينما غرّض الأطفال أنشودت عيون صهرانة وأنشد طلبة كليات الشرطة معهم أغنية 25 يناير عيد الشرطة المجيد للتأكيد على تواصل الأجيال ومواصلة التحديات والتضحيات أسرة اللواء مصطفى رفعت كانت من بين الحضور فمن مجرد الإعلان عن وجودها حرص الرئيس السيسي على التوجه إليها وتحياتها تقديرا لدور هذا البطل التاريخي في الزود عن تراب وطنه السيدة ألفت مصطفى رفعت شهدت الاحتفالية عرضا مختصرا لإنجازات الشرطة المصرية على مدار عام في كافة المجالات إنجازات ساهمت في إرساء الأمن ودعائم الاستقرار إضافة إلى التطورات التكنولوجية التي شهدتها قطاعات وزارة الداخلية لتوفير خدمة ميسرة للمواطنين في نهاياته أطلق الرئيس شارة البدء لموقع وزارة الداخلية الإلكتروني الجديد والذي يتضمن كافة خدمات الوزارة وأخبارها لحظة ينتظرها الجاميع كل عام في عيد الشرطة تكريم أسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن حيث تم منح أسارهم أو سمة استحقاق من الطبقات الثانية والثالثة والخامسة وأحرص بعضهم على أن يتحدث موجها حديثه للشعب المصري حديث يعكس مدى جلدهم وصبرهم وصلابتهم واستعدادهم لتقديم المزيد من فلذات أكبادهم دفاعا عن وطنهم عمر طلب الشهادة آخر حاجة تبع على صفحته ربي يغسلني بدمي واجعل ملابسي كفني واقبلني من الشهداء قبل ما يتوفى بأسبوع قبل ما يستشهد هو ما يتوفاش هو يستشهد ابن حي عند ربنا خدوا القدوة الحسنة من كل واحد بيقدم روحه للوطن من كل إنسان بيسهر بيخلص في عمله بيخلي باله على بلده قعد في سنة ثلاث سنين ونوص ودفع حياته في النهاية علشان خطر مصر وكراف مصر وأرض مصر وتفضل مصر مصر طول العمر من فضلكم حيات حق بابا على منع أكبر واجيبه بإيدي كما تم منح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز من الطبقتين الأولى والثانية تقديرا لجهودهم في العمل على إرساء الأمن ودعاء الاستقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كل مامشي في سكة تطلع في النهاية مقفلة نفسي مرة الدنيا تثبت لحساباتي مشان كلا للحياة دايما معايا معاى البالي ومقفلها كل فترة قولها إب وهابقى آخر وقباب نفسي ترضى يا رب عاني وابقى آخر منجاب الحياة ليقفشة فيا كإني يعنج وزمانا سابع صنايع والبخد ضايع واقع من سابع سماء وما حد تسمى علي ولا حس بيضرب ولا بليد دلع بإمكان كما فوق راسي بغمى وبغش ومية وطلنها وانعان من ألف سنع أنا نفسي ألاقي اللي يدلني على أول طلع ولا حس بيضرب ولا بليد دلع شوفوا حد أوامير إيني يا هلالا دعوا لي دا موسيقى كل حلم يكن في ايدي فك أبا لقيت سريه نفسه قابل حلم واحد يبقى لسه فيه الرماء يا ما خرمت في وداني ولسه مش لاقي لحالة عندي غير الملتاني والحياة متزبطة كله راكبات ريح حلم وأنا اللي راكب شعبطة كل مصبر مش بلاء جري التعب والمرمطة سابع صنايع ليه؟ والبخد ضايع واقع من سابع سماء وما حد تسمى علي ولا حس بيضرب ليه؟ ولا بليد دلع ليه؟ متكر كما فوق ناصي بغبة وبغش ومية واكل هوا العاد مت ألف صنع أنا نفسه ألاقي اللي يدلني على أول صلة إن أحصرك ابني مش راضي يسيبني شوفوا حد قوام يرقيني يا هلا الله دعوا لي دا موسيقى سابع صنايع والبخد ضايع واقع من سابع سماء وما حد تسمى علي موسيقى وانا حد سبيضرب وانا بليد دلع نعمت كاركبه فوق ناصي بغبة وبغش ومية هذا المسلسل برعاية موسيقى موسيقى كنت الحبايب يا حبيبا يا حبيبا يا حبيبا كنت الحبايب يا حبيبا يا حبيبا عليها سألك لي عليها موسيقى بسال خيري عالية ايه دا؟ في ايه؟ مالكة عالية قاعدة كده زي اللي الدلق طبيق انت مستنية حاجة؟ امك يا مصطفى ليه الغلط دا عالية؟ من امتى بنجيب فسلط الام؟ النهار دا واحد وعشرين مارس يا مصطفى ما بيفكركش باي حاجة؟ ايه واحد وعشرين مارس دا؟ دا عيد استقلال البدراشين؟ لا مال ايه؟ عيد احتلال البدراشين؟ احتلال ايه يا مصطفى؟ نهار دا عيد الام اه عيد الام كل سنة وانت طيبة على حبيبتي طب وين اللي مدايك في عيد الام؟ ما دا اليوم اللي امك بتيجي فيه تاكنن واتنكد علي جابوني اه لا اتطمني امي مش جاية لك السيزون دا احتمال تجيلك السيزون اللي جاي انا اللي هروح لها الحد عندها واجبلها لهدية بتاعتها هدية؟ هتجيب لامك هدية؟ مالك بتقوليها كدليك انها هجيب لامي عريس اه هدية بس ما تقلقيش هدية صغيرة كده قليلة التكاليف ايش معنى انا ما بتجيب ليش هدية؟ انا ولا امك يعني يا مصطفى؟ اه ايه انتي انتي طبعا يا حبيبتي هو انا اللي شفته من امي زي اللي شفته من امك اه قصلي زي اللي شفته منك بس تصدق خبر ان امامتك مش جاي النهاردة دا احلى هدية جاتلي في عيد الام شفتي بقى؟ طيب ام بقى حددلك حاجتك كلها حبيبي حبيبي يا مجودة يا عسل يا عسليك العسل حسب الله ونعم الوكيل ازايك يا احلى واجمل والزب انت شفتها في حياتي انا؟ طبعا انتي ايه دا؟ ايه الدوافري ايه دا؟ ايه دا؟ ازاز ازاز يا ربي ايه الحلاوة دي انت قصرتهم؟ اه قصرتهم شوية حلمين؟ طحفة طحفة مفيش حاجة فيك الوحشة كل سنة وانتي اجمل واحلى وقرأة واطعم حاجة شفتها في حياتي وانت طيب يا حبيبي عايز اقولك على حاجة يا شوشي انت عارف ان انت بتبقى لذيذ قوي وانت رومانسي بس بمناسبة ايه الكلام الحلوة دا؟ بمناسبة ايه؟ وانا محتاج مناسبة عشان اقولك وعموما هو في مناسبة فعلا انا جاي اقولك بيها عن كلام مهم جدا جواي بمناسبة ايه؟ بمناسبة عيد الام ماشي سارة قص انت مش بس يعني حبيبتي امراتي واختي وبنتي لا اهم من كل دا انت ام يا سارة ام امك؟ ايو ليه يا شريف؟ هي مامتك حلوة قوي كده؟ مامتك يعني مش ممكن مامتك حتى لو كانت حلوة تبقى بحلوتك وجمالك وطعمتك وقيتك مام ماشي طب هوا مش عيب تدخل على مامتك في يوم عيد الامر وانت ايدك الحلوة قوي دي اه فاضية كده؟ بس كده؟ من بكرة هيكون عندك اكبر هدية ممكن اي بنت تشوفها وتجلها ايدة بجت يا شريف؟ ايدة بس انا عايز اتلب منك طلب عايزك تدخل علي كده بهدية عليها القيمة يعني ما تدخلش علي بطقم للمطبخ او شوية اكساسيريز انا عايزك تدخل علي بحاجة مختلفة بس كده خلاص بكرة هيكون عندك اكبر واحلى حاجة مختلفة في العالم ايه ده بجت؟ ايه؟ ايه؟ بفكر انت لسه هتفكر ما تقولي هي ايه وتخلصت تقولي هي ايه وتخلصت ده منظر تكلميني بيه وانا عامة لعمل دعا ورومانسية وبدأ انت كرغتيني في ام اعياد السنة كلها يا ساتر سيد الحبايب يا ضانا يا انت ست دي امي يا مامي يا مامي مالك يا ماجي ده مش طيقة نفسك ليه؟ عيد ام عيد ام التلفزيون مالوش سي رغير عيد الام حاجة طه الله يعني انتي مش عايزة الناس تحتفل بأمهاتهم في اليوم ده؟ ده عيد مش واقعي عادل العي اللي يفضل مطلع عين امه طول السنة ويجيب لها زبحة صدرية ويعليلها الضغر ولما يجوا ويسألوه يوميها يقول لك امي دي اغلى الناس طبعا ما هو محدش هيستحمل عميله غيره ويعيني لما تطلب منه حاجة في اليوم ده يقول لهم انا مضطر استحملك قصة النهار ده عيد الام عندك حق والله يا مجيدة يا اختي الشباب اليومين دول بقت احوالهم ما يعلم بيها لربنا الله يكون فعون اهليهم التربية دلوقتي بقت اصعب كتير الشباب اليومين دول برضو انت ناسي كنت بتعمل فمك ايه الله يرحمهم دي الحد ما ماتت كانت عايزة تعمل فيك محضر في الاس الله يا مجيدة الله فيه ايه يعني تبتقلبي المواجع ليه دي كانت شقاوت شباب وراحت لحالها يعني ده ما كانوش يومين هما اللي هتعودي معايا فيهم لحد ما تيجي زوزوا من السفر هرجع للمطشة احسن ويس كده اتغلبنا واحد صفر افصوزا يا سيدي جاي الخراء خير خفت اللي بتقول له. مها صباح خير. حضرتك السيد شريف. ايوان? معك المهندس حسام من الشركة المنوفرية للمنتاجات العصرية. اه قصلك حسام. حسام. حسام يا فندم وما واحدش اللي يقول حضرتك كنت طالب معيلة بحرارية خمسة وعشرين قطعة قطعة باثنين وعشرين جنيه. لا ام تلاتين قطعة. بالفعل هم كانوا تلاتين قطعة بس حضرتك ما عملتش حساب الهيدر انا ويعملني خمس حيطات وانا طلع على السلم القصر. خلاص خلاص يا سيدي خلاص 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 ايه يا عم حسام انت ده كلام عا تغفر الباقي. حسام خلاص حسام. طيب ام ام الهيدر اللي ورات ده مش فهم. اه يا فندم ده مفاجئة الشركة المنوفية لحضرتك. حضرتك يا استاذ شريف كنت سعيد الحظ انك العميل رقم تمانية واربعين الف متين وتلاتة وده رقم مميز جدا. تمانية واربعين الف متين وتلاتة رقم مميز? جدا يا فندم ده رقم نمرت عربيت مرات صاحب الشركة فهو بالنسبة له رقم مميز بالنسبة له مش رقم طبعا يا سلام شوف ازاي. اه طب ده بيعمل ايه مش فهم ده ايه ده يعني? ده يا يا فندم انسان. وحده جوه الكارتونة يا عمي تبطلعه يتخلق دايب. يا يا فندم ده انسان آلي روبوت. انسان آلي اه اه وبيعمل ايه مش فهم. ده يا فندم ده ده موقف المنوفية على ركلة ده ده بيخسل بيكنس بيمسح بيطبخ بيكوي. يعني حضرتك ممكن تطلق المدام وتاخده عندك. لا انا بحب المدام مش عايز. يا فندم ما احنا حنديل حضرتك مجانة لمدة اسبوع بعد كده لو حبيت تشتريه بنعمل لك خصم عليه خمسين فلمية. اه لا يعني مش مرة تانية مرة تانية. يا فندم ما ينفعش مرة تانية ازاي ده المنوفية كلها اتطلقت وهو اللي قاعد في البيوت. حضرتك حتندم على القرار اللي هتاخده ده. يا سيدي انا مش عايزه خلاص انا ما ينفعش ادخل. حربيا اللي جابيته مش هينفع ما مشيت. ادخل روبوت غريب عندي الشقة عندي منات جوة. جانا حد يلاقي حاجة مجانة ما ياخدهاش. يا سيدي مش عايزه على الله. يا بص للمدام ولا البنت يا استاذ. يا سيدي انا مش عايزه يا سيدي مش عايز. اه اجربه ساعة يا فندم. بقى قولك ايه انا عارف شغل المبيعات بتاعكو ده. قلت لا يعني لا. خلاصنا. هو دلوقتي محطوط على الشحن. حضرتك يا استاذ شريف سيبه ساعتين تلاتة على الشحن بعدها تقدر تشغله من زرار الباور. اوكي اوكي وهو فين زرار الباور? اه زرار هتلاقي موجود في سرته هنا. هنا بالزبط يعني كده. 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 اه ممكن اتجرب انا بقى? فضل طبعا. انا عايزة اتجرب انا كمان انا. بس يا ماما هو لعبة يا حبيبتي ما فيش حاجة سنوات كتكهرابي هنا لا اشتغي روبط. كيوت خالص. كيوت خالص ولزيز خالص وفي مميزات مش موجودة في اي روبط في السوق. اه هو في روبطات في السوق? لا طبعا هو ده بس. طب زي ايه? زي مسلا ان هو متحمل عليه اكتر من اربعة تلاف ورص في الطبخ لمامي. اه من كل مطابق في العالم. الماني اسباني هندي صيني مصري. غير ان انت ممكن تحملي عليه افلام كتيرة جدا منها افلام كارتون. ايه ده طب في فروزن? في فروزن وفي باسانت وفي دياستي. طب في دورة? في دورة وفي بكار. دي كل حاجة بقى. طب في ايه تاني? غير ان هو بيركب في ميموري كارد ساعة وتمانية جيجا ودي ساعة هايلة. تمانية جيجا ايه ده انا ساعة صدري اكبر من كده. وما بيقولش افهات بايخة كده زي بابي خالص. طيب بتحط الكارت المموري فين? اه لما تدخلي جوه انا هقول لبابي بتحط كارت المموري فين. تقول يا حبيبتي كلام كباردة يا ماما ايدي 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 الادب. طب تحط الكارت المموري فين فين? في الكريمة. مص انت تجيبه لي محطوب بقى انا مش هحط حاجة ها? على فكرة والساة الشريف هو كمان مش للاغراض المنزلية بس ده لي اغراض ترفيهية كتيرة جدا يعني هو متحمل عليه كل البومات عمري دياب. البومات تامر حسن. البومات هاني شايف. البومات اليسا. لا انا كده يعني انت بص يعني مش محتاج تفتعنا اكتر من كده. ايه تاني ايه تاني? اه وفي بلوتوث في ودن الشمال. اه. وفي واي فاي في ودن اليمين هنا. اه وليه كاميرا امامية اللي هي هنا. اوكي. هنا. اه. وليه كاميرا خلفية. اه فين بقى الكاميرا خلفية? في الخلفية. اه. اوكي. 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 سدان يا اوستاذ شريف ده عرض مزهل. حضرتك مش هتندم ابدا لو لبس اصدي لو اشتريته. لانه هو عليه ضمان خمس سنين. اوكي. يعني انا عموما لازم بس ايه استشير المدامي الاول. مدامي ايه. ايه يا عمي معنا لازم اشتشير المدامي. ايه هو على فكرة عليه خمسين في المية خاص من لما تيجي تشتريه. اه. وبيجي معا حاجات كتيرة. يعني شاحن اضافي. اه مفك صليبة. جراب جلد. فدي فرصة ما تتعوضش يا سيد شريف. الحقيقة هو عرض ما يتفوتش بس يعني طيب عموما يعني انا حفكر وحب اكلمك. فيش مشكلة يعني. ماشي يا فندم بس يعني رد بسرعة يعني 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 سعبك كتير ترد علي يعني. ماشي وانا ايه. 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 هذا المسلسل برعاية. المترجم للقناة 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 من قلب الأحداث والكواليس علشان أحبنا الآخر واشواشا 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 مع أحمد الهواري الخميس منتصف الليل الثانية عشر صباحا على النهار اصحالينا 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 يا مصر صغرتيان موولي عمير راح تقاليتي وانتولى ماما أبقى عرصة الجنة ولا أبقى شهيدة ولي مات شهيدة بيموت مش مسيحهم أبدا ده أولاد أنا الغاخرة بيهم وفرحانة بيهم الموت أطوط سفدين في الأرض الحمد لله ربنا استجاب له دعاة وبقى شهيدة وانا دلوقت بيتقوم الشهيدة شرف لي الله 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 يا سلام يا سلام على الحلاوة والجمال والطعام شفت وإنك بزمتك بزمتك شفت اختراع أحلى من كده أنا مبهور مبهور باللي بيحصل بصراحة ده إيه ده يا شريف ده ده روبوت روموت كل ده روموت روموت روبوت روبوت يعني إنسان آلي يا حبيبي إنسان آلي أيوة يعني بيعمل إيه ده بيعمل كل حاجة بيطبخ وبيمسح وبيكنص وبينظف وبي بيعمل أكل وجحك وعاجو بيعمل كل مهام ستة البيت انت شفت صرف البيت؟ لا انا صرفتها وبيعمل كل مهامها كل حاجة كل حاجة كل لأ مش كل مهامها الي 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 بيعمل كل مهامها بتاعت البيت يعني هااااااا ايه رقياك حلو清و شفت غريبته شفت كحكه بيعمل شكلامة والله الي يعمل كحكي يعمل شكلامة عادي نطلب منه طب بيلعب بلايس تيشن والله ممكن نلعب فيmileيس تيشن تخيير يعني ممكن نلعب في ده نلعب فيه لا انت مغرحتي فاني يا مصطفى نلعب معايا نلعب يعني خط السجين نحركوا عليهم نلعب معايا دوق بقى دوق دوق حكتو جرى ايه بنت انت حمك بقى جمل حتولي ايه انت والله انا نفسي زهقت وما بقيتش عارفة خلاص قوليلي يا تالين هي صارة فين؟ راحت لجده وزمانها جاي اوكي لقد احضرت لك الشراب يا سيدتي شراب؟ انا مش لابسه شراب بعدين العادة في البيت عادي اه يا بنتي شراب يعني درينك جايبلك درينك بس باللغة الفصحة اه انني اتحدث جميع اللغات لكني الان على تطبيق اللغة العربية الفصحة هل هي انا ااخذ معطافك؟ معطافي؟ ينهارك سود؟ اياك تيجي ناحية معطافي بقولك ايه مرتفط على الحمراتك ايه في ايه عالية؟ البيئة عايز ياخد معطافي معطافك؟ ينهارك سود ومنيل؟ ده انا متجوزها بقى لي عشر سنين مستجرتش اقول لها اديني معطافك دي البيئة عايز ياخد معطافك يعني البلطو يقصد الجاكت ياخد ده يعلقها اه وبيباني على مالة وشي افتكرت فيه مصيبة حرام عليك يا شيخة اما انا ما فهمتش يعني عمليه يعني يلا 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 تعالوا ندقل الحاجات اللي عملها زيزو يلا معلش يا كابتن زيزو؟ مش زيزو برضو؟ يلا انا شرف قال لزيزو معلش احنا قسفين اصلا يا عالية امرأتي انت فاهم حامل وبتبقى عصبية حبتين معلش انا بقى السيدي لو قد قردتوا هناخذ المعطف كي اعلقها نعم اه كي اعلق المعطف منها اه 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 تعلق المعطف معلش اصي الواحد لما بمدوهش كده بيسمع كلام غريب يحس انه معطف فروح لا بقس لا بقس بس انت هايل والبيتفور بتاعك هايل يجنن والله كل حاجة بتعملها جميلة والله تهايل بقولك اه حس كده بقى ملقيش معك سجارة هل تأذن لي ان انتقل الى اللغاء العربية العامية؟ ياريت عشان نعرف ناخد ونت دي كده مع بعضين ابرعيتنا جاري التحميل طبعا يا برينس الصباح الفل احلى سجارة الاحلى واستاذ مصطفى في الدنيا اقوله صباح الفل صباح الورد يا معلم ايه الحلاوة دي ايه الحلاوة دي بيطلع سجاير كمان على فكرة انا بشربها ولعة انت اشربها ولعة وتأكلها ولعة كمان صباح الجمال عصر عصر يا صباح الفل صباح الجمال صباح الجمال جدا هايز جيده عابقة من تطبيق النكات والكوميكس ايوة يا جميل انه رطيف ولطيف جدا جدا يا عم عادل مش عارف اقولك ايه طب ما تكمل جميلك كده ينوبك ثواب بعد اذنك يعني لو تكرمت ينفعش حن الحسن بيفيص منه طبعا يا فنو ايه ده ايه ده هتشحن ايوة بيشحن منه هو؟ بيعمل كل حاجة يا عم عادل لا 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 خورة كافة خورة كافة خورة كافة بيه اللي انت جابه معاك ده با لقد كنت عشاني بعض الفدرات بمسي اه اماما دلوقتي خلال ما هيستغنى عالخدمات قريني كده كده مجايبها القطة ديه القطة بخمسة كونهات لكيلو بضحكو عليك بضحكو عليك والفلفل ده بكام الفلفل بستة كونهات لكيلو بضحكو عليك برضو شافوك خافة بضحكو عليك بعد كده يا شاطر لما تروح تشتري حاجة تقول لي بقى عشان هاجي معاك عشان انا نقيلك واعرف اختارلك الساعة سوف انتقل الى اللغة العربية العامية كي استطيع ان ادو غريك 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 انا انتا عميه تلا ولا ايه انتا فاكر نفسك انا بتكلم روبوت من دريم بارك ولا ايه ما تتجنبش اعرف انا ميه وتكلم عادل سمع ولا لا سمع ولا لا انا هرج عزيات اللغة العربية الفصحة لو اتكلمت وافدت معك هرجع عميه تادي واعطلع عامك سمع جاريت نحميل الفصحة سمع 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 اتفضل 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 برعاية المترجم للقناة لو اخر الدنيا ورك نفتيك بالروح عيشك في قلبي داوي اي بروح ههتف باسمك مهما كان ههتف المترجم للقناة ورك نفتيك بالروح المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة محليب المترجم للقناة بين فريق البنات بيرس فريق الولاد كل يوم جمعة نزمة المنبأ على ساعة عشر تمكن كمان تكون معانا في الستوديو دايما يوم الجمعة في بنات الولاد اشتروني لابلستي انا ايضا مصاصي سيب المصاصة ومدكير اكتب استنوني كل يوم جمعة عشر الصبح عشان نلعب ونفكر دايما مع بعض ونساعد بعض في بنات الولاد مع دولي بنات الولاد مع ألاء جويش اليوم العشرة صباحا على النهار هذا البرنامج برعاية يا مسائل فل ازيكم عامنين حاجات النهار ده بقى حطيرة جدانة بصوا أول حاجة بقى ايه هبتدي بيها هتخش المطبخ ساعة زمن بقى حطلها بقى شوية شورة مفيش أسل من كده السودي بقى تكونه مليان أنواع كتيرة من الدقيق هياخد يعني عشر دقائق ممكن فراخ ممكن لحمة لطيف ونقدره بشكل حلو قوي بايريكس كوسة بالباشاميل سهل جدا هتطلع مخلصة الأكل وغسلة الموعين باتنين خلي بالكم ملتبهاش بقى على الأطراف شخصنا أنا بحضر العفريت السلام عليكم أكل بيتي مع مروة شفعي اليوم الثانية ظهرا على النهار هذا البرنامج برعاية أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم التستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأرعى سلامة الوطن وأهد يواجبه بالذمة والصد وأهد يواجبه بالذمة والصد دوبي بقى الكيكة زي طحفة زيزو اللي عملها مش عايزة أقول لك بقى مصطفى والعيال بيتخبلوا عليهم والله الطبيخ ما قولك إيش يا لهوي على جماله والغسيل والمكوى وغسيل المواعين آه الله وإنتي حتقوليلي على كيكة زيزو دي تهبل ده هو عملي واحدة وعمل لسارة واحدة وهو بيتبخها كتير ريحة مفحفحة إيه مالية لعمارة بصراحة العمارة كلها حالها تغير من ساعة ما شفنا زيزو بصراحة آه اختراع جامل جدا شايف البيت حلو إزاي ورحته جميلة إزاي ده حتى بيقولي هاي ذاكر للعيال الشهر ده عشان نتاجيه وماشى قوي تصوري إنها فكرة ما هي خربانة خربانة خليه فعلا يذاكر لهم يمكن حالهم يتعدل إنتي عارفة أنا هحاول أقنع عادل أخويا يشتري زيزو ليزوزو مراته عشان يساعدها ولو إنها ما تستهلش بس عارفة لو اشتري هقعد على قلبهم وخلي زيزو يعمل لي كل حاجة بس تقولي إيه أخويا عادل ده كده وكمان مالوش في التكنولوجيا تانا لو فكرت بس أحاول أقنع مصطفى إنه هو يشتريهولي هديني درس في الأخلاق وموشح وإزاي بيطعب إنه هو بيجيب الفلوس وبيطعب فيها إزاي ومعرفش إيه يوه على رجالة الأيام دي هم كده مخوهم قد السمسمة اتفضل الشي يا عادل تفسي يا حبيبتي تسلم إيديكي تصور بقى يا عادل إن الروبوت ده بقى حاجة هامة وضرورية جداً في حياتنا يا سلام إيه بقى اللي خلى الروبوت شيء ضروري وهم جداً في حياتنا عشان إحنا بنضيع حياتنا في كلام فارغ وحاجات ممكن تتعمل بتكت زرار أيوة يا مجيدة بس في حاجات مهما الإنسان الآلي عملها مش ممكن توصل للمستوى اللي بيعمله البني آدم الطبيعي زي إيه يعني؟ زي الطبيخ مثلاً عندك ست البيت الشطرة اللي لها نفس في الأكل اللي تحط صباعها وتشوف الدقاء نقصها شطة ولا حامية ولا لسه الست الشطرة اللي بتشهق في الملوخية وهي بتطشها الحاجات دي ما يعرفش يعملها الروبوت يعملها الست الشطرة الطباخة البريمو اللي لها نفس في الطبيخ يعني أنت مش هتجيب للهان مراتك روبوت يشيل عنها هام الطبيعي عشان بالدب بصباحها في الدقاء يعني إيه القرف دا يا عادي؟ ثم أنا مش فهمة يعني إيه شهقت ملوخية؟ يعني السد لما تشهق للملوخية؟ الملوخية هتتخض مثلاً وتستوي بسرعة؟ إنت إيه عرفك؟ إنتي ما تفهميش والحاجات دي يا مجيدة إنتي طول عمرك إيدك نعمة ما يعرفش الحاجات دي ولا يقدرها إلا الراجل، الزواق، الأكيل اللي زي حالاتي موسيقى 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 يافيته في إيه؟ انا حاجة انتها هيبحاس هيفها دا باس دا بالس اه 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 اوه اه اا اوه. ليش راه بيك اه اعمل هنا ايه. يا ابني واعر الازداء شد في يشد ايه. ولا ايه دا? دا باس دا والي تا عايز بطارية. بطارية طب عضت البطارية. يا امد دا واحد كنترول ايس كنتباعي ينشت حانيني. هنتو اللى باوستوه ايه انت وبنتك. مطاقم انت تسمع عليه يا أخي له وتشحيمه الموبايل ودا مش متاع الكلام دا قلتني بقى السابدة معكم حنا ننجي القفل أنا هكلم بحسام بقى حسام إيه؟ حسام بتاعه حسام بتاعه حسام بتاعه الرجل اللي جايبه يا حبيبي ألو ألو يا مش ماش حسام أنا مش عارف زيزه بيحصل له حاجات غيبة جدا أه طب منابي ده علينا بصرع قوله بصرع بيكهرم بيكهرم يا ستا ماشي ماشي بيكهرم ايه ده فيه فيه ده هذا المسلسل برعاية كل دي دحكة وراها عيدة مبسوطة دحكة روز سارة اللي بخمتها غير دحكة رز دينا للفدة سلّا لديكي وعنيكي كمان غير دحكة الرز اللي في كوشة رزينة طعموا فضي على قوموا ردوا قوزكي غير دحكة رز هودا اللي في المحش الله رب دي خليكي ليا مرأة كنور في عين فود صر دحكة كل زين ضيفي مقاعب كنور مش بس على الرز الأبيض على الرز بكل أنواعه مع كنور فاين فود زي حكة الرز أطعم للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية أنا كم ممكن أعمل أي حاجة عشان خطر أخوه الله يرحوه 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 أسر أجني أسره ودبسني عايزني أبقى الكبير معرفش أي حاجة جبريا لا بتحبك ولا طائقة العيشة معاك اللي فات مات يا جبريا اللي فات بيقبع ويفرع لكن بيموت شاباك جبريا عايز أتولع البيت مار كلامك يبقى معايا أنا وبس الكلام خلص أهل البلد بيكرهوني عشانين جويلة بيكونوا معيني يتدبي فيها ارصاص أنا هدر برعابر أنا عادرة بزيونها بتعيدوا على الواحد اللجمة إيش حالما كنتش مرت ولد كنت بنساء على النهار هذا المسلسل برعاية انت امرأة صعبة ببعرفش عاملها حسيت الفترات رح تموت بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر وفقوا علي أنا من الشخصيات بحسيتش بالمجر ما منشفى من الجرح مش هتكلمتيني في أي حاجة شخصي اسكتي مش الحياة من غير اطلعت أحلى اطلعت أحلى حلا وسهلا أولي من دونك كمان أحلى ريم عايزة أين انت بتحب حالة الحب ريم أكتر حالة حب غزيعة انت ما بتحب رجالة الحليم ما قابلتوش برض اطلعت دي معرى غدا شنوك الليلة العشرة مساء على النهار على النهار على النهار على النهار أحمد شوشة دا زيه مفيش وإف الواحة بطال مجريش لما نزلوا يصصفوا فيهم كان واقف بيرد عليهم آل إخواتي أموت وسطيهم ركالة مترحمة عليهم يلي رايح الواحد يلي رايح الواحد حاسب على خطوتك حاسب على خطوتك أصلي شوشة متهناك كان بيحرص حضرتك كان بيحرص حضرتك أحمد جاد المصري بجد أحمد جاد المصري جاد اللي شجعته من أشحد اللي شجعته من أشحد من زي محمد واحد راجل جد وقلبه حديد قالوا رايحين مش راجعين تاني واستشهدوا عشان انت تعيش واستشهدوا عشان انت تعيش اشتركوا في القناة متوتر وموترني معاك اهو دكتور وصل اهو يا دكتور خير دكتور اه خير دكتور ايه اللي اخبار لو محتاج بطارية قنزل اجيب لي بطارية حالة سويس تعمل ومرمطة اعمل هو عنده سويس تعمل ومرمطة ايو ده معناه ايه مش فاهم ده معناه يا أستاذ شريف ان سيادتك مرمط اللي جابوه ماينفعش تحمله زياد عن طاقتر يا أستاذ انا قلت لك في النهاية ده إنسان ايو بس ايلي اه بس إنسان اه بس ايلي اه بس إنسان إنسان ايلي ايو إنسان ايلي ماينفعش بقى ان جرده من إنسانيته ماينفعش تعمله علا إنه ماكو رقليnek يا جماعة ده إنسان اك reading ما خلاص بقى الله خلاص. خلاص يا جماعة خلاص بقى يا جماعة اه à اه دكتور احنا تحط Celineه في اي حاجة اي قطع تغيال هو محتاجه ههنا مستعدة انزل اشتريه له حالاً دلوقتي من شجع شريف لو عايز يروح التوكيل اودي التوكيل. الهم يقوم بالسلامة. لا لا مش مستهلة يروح التوكيل انا اه كتبت له على شوية حاجات في الرشدة وحطه عالشحن شوية كده لغاية ما يشحن. رشدة ايه? رشدة ايه? رشدة ايه اللي كتبت له احنا لسه هندفع فيه فلوس اكتر من دمنه ايه يا جماعة? ايه ايه? اه فيها ايه رشدة بيانه? دول شوية انتي فيروس وشوية اه ماستر كلين وغيرت له زيت وفالاتر والبالي اللي عنده برضه عايز يتشحن بس م ممكن يقعد به شوية. ومن فضلكو يا جماعة ما تخلوش حد يلعب فيه لان هو فتن لي جوه وقال لي ان بنت حضرتك بتلعب فيه. بتلعب فيه بالزبط. بتلعب في الزرار الان والوفل السويتش اللي في السورة عادة. اه ما بتعمله بيستارت مقدر. شفت بقى انتو اللي بقاوزته. ما اللي بتالين تمسكه اتو عد تفتح وتطفل فيه لحد ما بازه هو. شو ما اقول مش غير مش مهد. وبما ان هو بيعطل كتير يعني فانا فكرت او انا قررت مش فكرت الحقيقة ان انا عقعد معا يومين هنا في البيت اللي غاية ما هو يبقى كويس. طب معانا ايه يلو كان بعيشين فيها ده منزل محترب طب معانا ايه انت كباب? اه طب مشقة اه اه اللي فوق موجودة بتاعة انجي. اه ايو مشقة اه اللي فوق موجودة بتاعة انجي. اه بس انجي مش فيها. اه بس انجي مش فيها. طب ما كويس اني انجي مش فيها. ما كويس اني انجي مش فيها. ما كويس اني انجي مش فيها. ما هلت عايش تقعد مع انجي يعني ولا ايه بزي. ما هو انجي مش فيها. المهم يقعد دان بالروبوت. يا يا جماعة! يا جماعة انتوا عجل نوني انتوا صدقتوا انتوا عيام بجد وانتوا بطلق بجد مالذة ايه؟ دايما انضم ابيعاد لعد ما يجيبوا مهندس سيانة مستاذ شريف نعم اتكلم معي كويس انا سايب الورشة دلوقتي مليانة روبوتات في حالات حرجة بيتعمل لها عمليات نقل زيت عشان ابقى مع الروبوت بتاعك ممكن اسيبكوا امشي عتحتاسوا كلكم لا خلاص خلاص لا تزعج ايش بتزعج حقك علينا احنا فين شاقت مجيب؟ من هنا بشي ما بدست فاضل تبقى خد المفتاح من ربيع حاضر تباوز البتاع وعايز تطفش الراجل كمان مابخويا انا برضو مرضك اللي عادي تخسله دي عادي انا قلقان علي زيسه وقببي باس تخبرنا فيهم بس عام معايدي فاضل 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 ان لازم فاضل فقد رأيي الشقة شرحة ومرحة وحاجة ترد الروح يعني صراحة لو احتاجت بس انت اي حاجة اي حاجة اي حاجة تديني حس هتلاني موجود عندك على طول شكراً شكراً قدمك ربيعة شكراً يا ربيعة الله يخليكو سن طيب متشكر يا ربيعة عود الايامك ان شاء الله متشكر انت عايز حاجة يا ربيعة لا واسيابتك عايز تديني حاجة بس انت ناسي حاجة ايه؟ اجرة الشقة عندسك اجرة الشقة اوه هم ما قالولكش تحت لا ما قالوليش ما قالولكش ان انا قاعد هنا سفلاء بجد والله اه ولا لا لا انزل له استاذ شريف الحساب عندك ماشا وروح السوبر ماركت ملالي البيت ده شوية حاجات كده اخضر وفاكهة واكل وكده والحساب عنده برده طب اجيب عاجة معينة يعني هاتمن كل حاجة اتنين اه عنده استاذ شريف الحساب اه عنده معايش ما تأخذنيش يعني سيادتك سيادتك بتشتخل ايه؟ مهندس اه مهندس ايه؟ مهندس روبوتات قول اقسم بالله اقسم بالله مهندس روبوتات والله العظيم تلاتة انت عايز ايه؟ لا اصلا عندي روبوت التلفزيون بايز ما بيجيبش القناة التالتة اطلع بره ليه؟ اطلع بره من اعلى لو عادت اشرح لك مئة سنة مش هتفهم بره طب روبوت انت كيف؟ يلا حليل بره طب الروبوت كنت روح يوب هذا المسلسل برعاية السلسل اسم السلسل ومهندس ايه؟ بره المترجم للقناة 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 افتح شباك الأمل طول ما شايف الشمس طلاق افتح شباك الأمل المترجم للقناة 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 وأتوب إليك. نعم. وفي حاجات تانية اللي هو إيه ما تتجهلهاش. نظر. ياريت ما تعديش عليك مرور الكرام. واحد كان كاتب تعليق حلو قوي على الفويس بيقول بقى معقول اللي أنا في دلوقتي بسبب الرسالة اللي جاتلي من عشر سنين وما نشرتهاش. يعني هي الفكرة بس. في ناس بتكتب دعاء وعلشان تضمن ان الناس تعلق لها. فيقولوا إيه أنا وكل ما نقلق حوله على قوتها إلا بالله. المعنى صح لكن الطريقة اللي حضرك بتعملها غلط. أصل هي مش بضاعة احنا بنباعها. أنت أقول لي ناس استغفروا ربنا. إنما ما تعملش الطريقة دي. لكن المعنى صح. ما فيش مشكلة. في النوع الأخطر بقى اللي هو إيه إذا لم ترسلها إلى عشرة انتظر ما أصابك. آآآآ. هذا بقى من قبيل الشرك. الحاجة دي. إما إن الرسالة دي فعلا صح. إما إن الرسالة دي فعلا صح. وده غلط. فأنا كده بقول إن ربنا سبحانه وتعالى مع حد بيدبر الكون. ما الرسالة دي قادرة على الدور والنفع هو. وإحنا بنقول أن الدور والنفع هو والله. يبقى كده باب شرك. أو إن الرسالة دي غلط. وأنا بروج للرسالة دي. يبقى أنا شاركت في العمل السوق. لا ده فيه كمان إيه بقى أنا قابلت أحمد في السعودية. وقال إنه خلم بالرسول عليه عبد الرسالة والسلام. طرح حركة الدرامية للرسالة. إنه هو في أرض الإجاز. وهو في الحرم. نام. فشاف سلنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له الدعاء ده. وقال له كل ما هيوصله لعشرة مثلا. طب وإيه ما فهم العدد عشرة يعني. ليه مش فسعة. ليه مش ثمانية. ليه مش عشرين. هي الفكرة يا أخوانا. إن بعض الناس يبتدت تستخدم الدين كسلعة للانتشار. وده خطر جدا. وده أخطر من الإرهاب. ده نوع من أنواع التطرف والإرهاب. فالرسال دي ملهاش أي قيمة وملهاش أي أثر في حياة الناس. عشان الناس اللي بتقليل أقول لك إيه. أنا ببعث عايز أقول لك إن أنا على المسنجر عندي على الفيس. ناس بيتمعتلي الرسال دي. اللي هو في مرة يعني سألت واحد يعني. بقول له أنت بتبعتها لي. قال لي والله يا مولانا أنا أقلقت. أنا خفت لك كون صح. تخيالي الناس. بدأوا إيش تقول الناس فأقولهم. هذه الرسائل ليس لها من الصحة شيء. وهذه البوستات اللي هي أي كلام دي من الأمور اللي بتولينا بيها. هل ندخل بقى في موضوع نقول ولا ما نقولش. بص هي الخصوصية من الأزواج. هو فيه خصوصية من الأزواج ولا ما فيش. وكلام الدكتور مصطفى محمود. اللي هو كلما قلت المسافة زاد الصدام. الكلام ده بين البشر. لكن بين الأزواج كلما زادت المسافة كلما قلت الصدام. كلما اقتربت المسافة كلما اقتربت المسافة بين الأزواج اختفت الصدام. مشكلتنا مشكلتنا إن بقى فيه فجوة في بيوتنا. فكرة إنه يبقى فيه خصوصية في البيت مش معناها إن ملكش دعوة أو ملكش دعوة. فكرة إنه يبقى فيه خصوصية في البيت قيمة على إيه؟ قيمة على الثقة. قيمة على الثقة يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيسألوا النبي انت ليه تأخرت النهاردة ليه وما عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لن يظلم بس عايز أقولك على الرغم من ثقتهن في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن برضو القلب يحصل فيه يعني كان في ليلة نايم جنب السيدة عائشة رضي الله عنها وحب يقوم يصلي فمرضيش إليها خرج بره يصلي فخرجت تجري مسرعة تبحث عن رسول الله ظن منها أن رسول الله زهم عند إحدى نساء دوارد في الحياة الزوجية عايز أقولك على مدار 3 أيام جال استفسارات خطيرة بنسبة 85-90% عما يدور بين الأزواج زوجة بتشتكي أن جوزي بيعرف واحدها جوزي بيتكلم واحدة على الفيسبوك جوزي هل الخصوصية بقى واسمعنا الفتاة وأنه ليس من حق المرأة أن تفتش في هاتف زوجها ومش عارف إيه لكن لما تعود مع نفسك تجد أن الأمر بقى فوق الطاقة أنا هقول كلام أنا مسؤول عنه أول ما أبتدي بيتي أعمل باسورد للتليفون بتاعي يبقى في حاجة غلط أول ما تخطي التليفون على وشه أول ما تبتدي أعمل باسورد للتليفون بتاعي يبقى في حاجة غلط غصبا عن المرأة بتشك غصبا عن المرأة بتشك بس هو طبعا عشان ما نقولش بس الستات اللي هي شافت إن جوزة عمل باسورد أحيانا بنبقى عامليني الباسورد تأمين للموبايل لو تسارق لا هي المرأة والرجل بيبقوا لكن هو عدم الثقة بس بالظبط هي عدم الثقة بالظبط برفع عليك ومن ضمن الحاجات اللي بتكاتب برضو اللي هي بتسبب والله العظيم تسبب مشاكل داخل البيوت لما ينزل بوست مثلا أول ما جود وهم هزار يعني أول ما تلاقي جوزك حط الموبايل كده أعرفي أنه مستني مستني مكلمة لا بصي احنا بتولينا بمرض اسمه فيسبوك محدش بيعرف يستخدمه صح هو بيجيلك سائل يقولك والله أنا ببعملش لحاجة غلط أنا بس بنتكلم طب بنتكلم في إطار إيه هي الفكرة بقى انت بتتكلم دي حياتي الخاصة إذا كان الشرع أو إذا كنا احنا كما شيخ بنقول ليس من حق الزوجة أن تفتش في هاتف زوجة لابد أن يكون الزوجة على قدر الثقة والمسئولية دي ولابد أن الزوج يفهم أنه إحنا قلنا له من حقك أنك تشوف هاتف زوجتك لسبب أنك أنت المقوم يعني أنت اللي بتقولها ده صح وده غلط فما ينفعش يبقى المقوم غلطان اللي بيقول بيوجه ده صح وده غلط ويحاول ياخد لنفسه الحق ده فالفكرة أن الإسلام لما تكلم في العلاقة الزوجية كانت العلاقة الزوجية مش اتنين أبدا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ لتسكنوا إليها يعني هي سكنوا له وهو سكنوا له بنشوف اللي بيحصل اليومين دول بلاوي ليه البلاوي؟ لأن ابتلينا بفساد أخلاق ابتلينا بسوق أخلاق ابتلينا أن إحنا خلاص خراب زمن أنا مش عجباني مراتي مش عجبك مراتك اتجوز في الحلال وتبقى معروفة أن دي مراتك يقول لك لا بها ده مخرب البيت إيه اللي بها ده مخرب البيت؟ تجدي مثلا تسمعي عن حالات خيانات وحالات ما يعلم بها الرباء هو بيعيز يكوش على الدنيا كلها مش هو بس وهي كمان إذن إحنا لازم نرجع نقول إذا كنا بنتكلم عن خصوصية في الحياة الزوجية فإحنا بنتكلم في إطار عام الإسلام قال فيه خصوصية للمرأة في مالها كذلك خصوصية للرجل في مال بس بشرط أن يكون ينفق طب الراجل ده ما أنفقش هنزيل الخصوصية إزاي؟ ما حصل الخصوصية دي خصية إذا دفعت الاشتراك بتاعها تاخدها الراجل اللي بينفق ليس من حق زوجتها أن تبحث عن ماله ولا عن مندخرات ولا أي شيء مدام ما كفيها وبيتها وعيلها طبعا ما كفاش ما كفاش سيدنا النبي صلاة صلاة لا خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف هنفتش في خصوصياتك إحنا بنقول دلوقتي خصوصياتك إذا أنا مقربش للتليفون بتاعك طب أنت مش مزبوط بالقياس بقى على دي أنت عارفة المجتمع بقى فيه مشاكل كتير من النوع ده أبس في بعض الستات اللي بيبقوا بيشكوا زيادة عن اللزوم يعني هي دخلة أساسا أنا بتكلمش في حالة استثنائية أو سازة لامي أنا بتكلم في إطار عام إحنا بتلينا لا أقصد أنه حضرتك لما بتقول دلوقتي أنها طب هو مش مزبوط ما هو ممكن يبقى مش مزبوط من وجهة نظرها هي لكن الراجل ما بيعملش حاجة يا أستاذ لامي أنا كلامي واضح إحنا قلنا حكم شرع يا أخواننا ما تخربوش بيوتكم بيديكم يعني بلاش تفتشوا وراء بعض بالضبط بس بشرط تكونوا على قدر المسئولية طب أنت أخليت بالمسئولية أنا إزاي ألزمك بالحكم ده يعني أنا عايز أقول لك في بيوت مثلا ما بيسألوش دي فلوس ميل ودي مش فلوس ميل طبعا أول ما في بيوت تانية يقول لك لا أصلا أنا اشتغلت يا فندم وأنا مالي هو يصرف على البيت طب حضرتك الوقت ده بتاعه برضو ما هونتي أنت مراته تشارك في البيت لا فابتدينا نتكلم على هكام دي وده اللي حضرتك بتسألي عليه هو ليه ما كناش بنسمع عنده قبل كده يعني ليه دلوقتي بنسمع عنده اللي حضرتك قلت عليه أن احنا خرجنا من المعنى الحقيقي لإطار الزواج صحيح المعنى لأننا ما مشيناك على محض ربنا سبحانه وتعالى على ما تاخد نفسك شوية ناخد تفضلي يا فندم محمد أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي إزيش يا السلام عليكم الحمد لله بخير تفضلي تفضلي السلام علي الشيخ إسلام الله يسلمك يا رب وبارك في عمر الله يحلي بقول لحضرتك يعني أنا أسفة يعني عن اللي أنا حقوله طب ممكن تعالي صوتك بس شوية وانا أنا أسفة عن اللي أنا هحكي لأخت عزيزة عندي لإيه لأخت عزيزة عندي في البيت سكنة معايا في البيت يا جرتي تمام أنا عايزة صالحها على وزدتها وعلى أخوتها بس هيز علانة جدا جدا منهم لأن هما يعني نزلوها هي وأولادها بالليل ومامتها شادت ضدها زورة عشان أختها وبهدلوها ونزلوها عريانا وأولادها تضربوا وجوزها وكده وأحفاتها كانوا لسه مولودين فالحكومة قفل عليهم الباب ودلوقتي مامتها ستة كبيرة وعايزة صالحها فهي أزاني خير ما بينهم هي مش راضية فأنا عايزة أعمل أي حاجة صالحهم فإيه الحل يعني بالله عليك حاضر طب ممكن تسيب لنا رقم تليفونك أيها حاضر حاضر سيب لنا رقم تليفونك بعد إذنك طيب ناخد دونيا دونيا تفضلي أهلا بيكي دونيا لو سمحت عندي سألين تفضلي بس تعالي صوتك يا دونيا شوي ناعم لو سمحت أنا كان عندي خلطي كانت تصلي متخش ولا فرد وبعدين جالع تنصر وهي دلوقتي يعني بتصلي بس وي قعدة تمام رب ينفع أن هي تصلي وي قعدة هاد ربنا يشفيها يا ربنا يشيل عنها السؤال الثاني عايزة عارفين فينفع أجمع سيام السنة مع الفرد ينفع ايه منفع سيام السنة مع الفرد هاد حاضر تباينة يا دوني طيب نرد الأول على السؤال الأول شوفوا يا جماعة نقول كلام ربما ما نقبلهوش ما بين الإبن وأبوه في الدنيا طاعة ما بين الإبن وأبوه يعني أبوه أو أمه يعني في الدنيا طاعة فطبعا السيناريو اللي أنت اسمعتيه ده سيناريو متعب سيناريو مش متعب سيناريو مؤرف إن هي أمها مع إخوتها راحوا شهدوا ضدها ونزلوها من بيتها في النصاص الليالي بردوما تجردت كل معاني الرحمة فإحنا من باب الحفاظ على الجنة إحنا عايزين جنة فبنقول يا بنت الناس مش سمحيها ومش اعفو عنها لكن بريها يعني اسألي عنها طب وربنا مش هيحاسبني أني قلبي ده مجروح لا الله تبارك وتعالى يسألوا عن البر وأعلم بينا من أي حاجة تاني يا أستاذة لم يان استحالة أنا أخويا مثلا هياخد حقي ويهين أولادي وأقول إيه أنا ما عنديش مشكلة لا أنا هبر أخويا في ربنا يعني أنا هبر ربنا في أخويا لكن فكرة إن قلبي مش مطاوع دي دي ربنا مش هيحاسبني عليها هو سؤال بس وصلة الرحم أقل درجات صلة الرحم بقى نرجع نقول كلام مهم جدا أنا ممكن يحصل بيني وبين أبوي مشكلة فأبويا لما أروح له يرفضني أو لما بروح عند أبويا يهني هو دا هو دا أقل درجات صلة الرحم أقوله ألا تؤذيه دي أقل دي أقل درجات صلة الرحم استحالة يعني هروح لواحد أبوه كل ما يروح له يشتمه ويهزئه فسط الشارع ونستفرج عليه وقوله كل شو يروح لا ألا تؤذيه طيب وإيه كمان وإذا علمت أنه في حاجة إليك أدي إليه الحاجة سواء بنفسك أو توسط حد يأدي الحاجة الشرع للأسف الناس لما ما فهمتش الشرع أفسدت يعني دي بقى المفروض يعني على ضوء فهم الناس لازم تروحي وتقول لها سمحتك وتقول لها لا أنت هطفعيها ولو مريضة هتمرضيها ولو جائعة هتطعميها أما ما في القلب ده ملوش علاقة طبعا ربنا يا رب يعفو عنك إذا كنت يا بنت الناس بتبتغي رضا ربنا وعايز الجنة مش هقولك انسي ومش هقولك سامحي لكن هقولك اقبالي أن أمك تودك أو اقبالي أن وصط الخير اللي بينك وبينها تفعل الوصط بتاعتها اللي وجه اللي وليك عند ربنا طبعا وليك عند ربنا طبعا ربنا يستورك يا رب بدوني أمين يا رب السؤال التاني بقى هي خالتها كانت مواصبة على الصلاة وربنا يشفيها يا رب ويشيل عنها جالها كانسر فبقت صليه يا عدف بتسأل يا جوز هنا أو لا ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده طبعا فربنا سبحانه وتعالى في مقاومات العادية للإنسان أنت هتصوم رمضان أنت هتصلي الخمس فرق أوقات طب يا رب حصل الاستثناء أنا مسافر هتقصل في الصلاة ويجوز لك الفطر طب يا رب أنا مش مسافر بس مريض مش هقدر أصلي وأنا قائم نقول لها بقى أصلي على القدر اللي يحكي يعني دلوقتي بتسألني تقول لي إيه ينفع تصلي وقاعدة لو تعبانة وهي قاعدة تصلي وهانين على قدر تاقطه طيب هقول سؤال مهم جدا سألهولي أحد الأفاضل أنا والدتي كانت مواصبة على الصلاة ودخلت في حالة مرضية ودلوقتي ممكن نكون بعيد عنها فتقول أنا صليت وإحنا مش متأكدين هي صليت ولا ما صليتش يبقى صليت خلاص الله تبارك تعالى يعطي المريض استثناء ولا يجمع عليه مشقتين وده رحمة ربنا سبحانه وتعالى والله أنا وانا عيانة لفاتت وربنا واحد وأعلم العيادة يعني بيخلي البني آدم يحس أنه ولا ليه أي لزمة في الدنيا ده صحيح أنا صليت بعناي الأول مرة في حياتي الله يجبر خطرك ممكن حد يكون بيسمعك بقول إزاي أنت أجيبه دين جديد أحيانا الإنسان يكون صحيح ويجيله مرض فيجعله يحس بدوخة وهو بيصلي أو هو بيوطي أو 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 ربنا سبحانه وتعالى الغرض من العبادة ليس أن يشق على العباد ولك أن يحفظ صلة العباد بربهم بدليل أن لو الغرض من العبادة أن هي كده ما كانش ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا البديل بتاع المية بتاعت الوضوء تراب أمنا نحن قلنا تراب ليه علشان العبد يبقى عارف أنه بيعمل ده صلة برب العزة سبحانه وتعالى وعشان أهمية الصلة أقول حاجة مهمة الاستثناءات في العبادة أنا أخذه بمزاكي يعني بعض أنا سأقول لك طب خلاص بقى النهاردة أنا أصلي وأنا قاعد طب بكرة أصلي لا الاستثناءات في العبادة تقدر بقدرها يعني لو أنا عندي عذر ما هيمنعني من القيام هصلي وأنا جالس وهقول حاجة للناس ما تفتشوش في أحوال الناس ممكن نخش المسجد نلاقي شاب زي الورد وعضلات والدنيا تمام وقاعد يصلي على الكرسي انت متعلمش هو فيه ايه تلاقي اللي على الجنب وعمل ينفخ يعني لو الناس تخلي يخليهم فحالهم ممكن تلاحظة يبقى عنده أذن وسط لوطة يدوخ طب لا تفتشو في أحوال الناس مدام ما فيش حاجة غلط ما تفتشوش في أحوال الناس طيب هي كانت بتسأل سؤالها التاني تقدر تجمع في الصيام السنة بالفرد الشخص الصحيح ما يجمعش السنة بالفرد يعني إيه سنة بالفرد يعني واحد عليها أيام من رمضان وعايزة تصوم ستة شوال وهي صحيحة وسليمة على رأيي أنا أن هي تقدم ستة من شوال على رغم أنهما سنة طب ليه لأنه لهم مدة وتأخر ستة بتوع رمضان السيدة عايشة رضي الله كانت تقضي معاليها في شعبان كانت تقضي معاليها في شعبان طيب لو أنا مريض يعني لو أختنا السائلة يعني لو خليتها بقى اللي عندها كانسر دي مريضة وجدت بعد رمضانك عليها أيام وقالت أنا هصوم ونفسي هصوم ستة من شوال يجوز في حالة السن الكبير والمرض أن يجمع السنة بالفرض بس يبقى بنية الفرض يعني أنا النهاردة في شوال يا رب أنا نويتي النهاردة سيام معاليه في رمضان ووافق شوال ربنا يعطيه أجر السنة طيب ناخد مروة مروة سلام عليكم فضلي يا مروة كنت عايزة أقولك هو في مشكلة بين بوالديتي ومامتي في مشكلة إيه؟ يعني مشكلة بين والديتي ومامتي بين بابا وماما؟ باباك ومامتك أه 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 ولا يهمك أوجي هم سابوا بعد فأنا كالنفسة يرجعوا قوي بس أنا ما عنديش ما قادر أرجحهم لبعض هم سابوا بعد بقى لهم قد إيه؟ خمس سنين أو أربعة طيب وهم عايزين يرجعوا؟ أو في طرف منهم عايز يرجع؟ آه يعني آه ممكن ماشي ما تحرجاش عشان هي حاضر يا مار مش عيب مش عيب مش عيب إن هتبقى وسيلة مش عيب إن إحنا نفصل وبعد ما نفصل نرجع حتى عشان الولاد ده مش عيب هيقولك إيه؟ مش أنت قلت يا شيخ قبل كده مفيش حاجة أسمعها عشان الولاد آه أنا قلت مفيش حاجة أسمعها عشان الولاد لو إحنا مش عارفين يعيش مع بعض بالضبط لو استحالت لعيش عشان البنوتة السكرة الجميلة دي اللي ربنا يحميها يا رب واشوفها أجمل عروسة وفاهمة الحفاظ على البيت بيقولك نفسي نفسي يرجعوا البعض أتمنى أن يكون والدها ووالدتها بيسمعوها وشوفي البراءة في صوتها وهي مرتبكة في مشكلة بين والدتي ومامتي مرتبكة بنت عايزة أقصى تمحة في الحياة لا عربية ولا فيلا ولا شولانة ولا تسافر أقصى تمحة في الحياة أن تشوف أبوها وأمها تحت سقف واحد فبنقول إذا كان الاثنين اللي انفصلوا في أمل أن هم يرجعوا البعض عشان خاطر أولادهم مش عيب خالص بعض الناس متأخذها الأجزة بالإسم لأ خلاص ولذلك قلنا حكم تاني بقى من أحكام الخصوصية لما ننفصل حفظوا على خصوصية العلاقة قبل الطلاق فما لاش نقعد نجرح في بعض وما لاش نقعد نكمل فعال ليه أول حاجة إذا ربما نرجع فيفضل كلامنا ما نغص علينا حياتنا بعد كده صح تاني حاجة احنا عندنا أولاد الأولاد دول لما يجوا يرطبطوا هيقولوا أبوهم واموهم عملوا كده بزر هي دي الخصوصية المحمولة احنا دايما لما الغضب يخلينا محنش عاملين حساب الخطوة اللي بعد كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا غضب وفجر ما سبش الباب موارب لحاجة خالص آه إذا خاص وما فجر وإذا عهد غضر بس هي القضية يا أستاذة لميا هو إيه اللي خلانا ننتهك خصوصيات بعض الغريزة والشهوة يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمانات يوم القيامة رجل أفضى إلى زوجتي ففضح سرها أو امرأة أفضت إلى زوجها ففضحت سرها إحنا بقينا نسمع الناس بيفضحوا علاقتهم الحميمية على السوشيا الميديا ده ليه الغريزة فساد خلقي لازم نرجع ونقيم الأخلاق لازم نقيم كل شوية إلى علاقة الزوجية ما بيننا عندنا مشكلة إنه ممكن تلاقي ناس كويس قوي وشكلهم كويس قوي وهم في بيوتهم عندهم مشاكل السنين صح وبيتكسف ويتكلموا مع أحد لازم بقى مش كنا زمان تربينا على إن المشاكل الزوجية ما تخرجش بره أربع حيطان اللي هي الأوضة الخاصة بالزوج والزوجة خناءاتكم جوه قضتكم والباب مقفول عليكم لا العيال يعرفوا حاجة ولا يسمعوا مشاكل ولا يعرفوا خناء ولا يشوف الزوج أو الأب بيهين الأم ولا يشوف الأم بتقول كلام مش كويس ولا بتعلي صوتها ولا 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 ده اللي احنا تربينا عليه بالظبط إيه اللي حصل إيه اللي حصل غير ده لإن كان زماني الناس أنت عارف الحاج فلان ده آه رجل محترم طب والحاج فلان ده رجل محترم طب إحنا هنجوز ولاده بس الواد ده لسه مجهس الواد ده لأنه طبعا خد يبالك فيه ناس بتتخلق مع بعض من ليلة الدخل أيه مجرد ما ياخد عروسته ويطرد أهله وهتلاقي ناس من اللي بيسمعونا حصل معهم كده طبعا طبعا لإن إحنا كفزنا على المعنى الأسمى للزواج إن اتنين بيرتبطوا مع بعض عشان يجمعوا التين إلى الواد ده غاني ومسافر وهيسياغك وهيسفارك وي 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 أقوم أنا بقى إيه أقوم أنا أجيب المثل الشعبي الجميل اللي الناس ممكن تكسر تسمعه يا واخد الإرد على ماني آه والله الناس بقيت تحسبها كده ولذلك أحيانا أمثالنا الشعبية تتفق مع الدين آه فازفر بذات الدين إذا جاءكم من ترضون دينا وخلوقة هسألك سؤال تفضل لو بلاش انت علشان أنا عارف انت أصلك وفصلك وهتقبلي لكن لكن بالسمى العامة لو أي واحد من الناس سين أو صوت من الناس جال واحد عارف ربنا وبيصلي وكويس وابن ناس ومرتبه 1200 جنيه وراح يتجوز بنته هيوافق أم لا مش هيوافق هيقوله لا ده هو أول حاجة هيسأله عليها تشتغل إيه وبتقبط كام بالضبط الآية عندنا والأصلة عندنا إذا جاءكم من ترضون دينا هو خلوقة صحيح إحنا بقينا نعكس إحنا بقينا نقول إذا جاءكم من ترضون مرتبه وعربيته ده إحنا دلوقتي لو سألنا هو بيصلي وما بيصليش هيقولك لا ما بيصليش ولك بكرة يصلي بكرة ربنا يهدي وبكرة ربنا يمن عليه لا يا أخوان أنا عندي أهم حاجة في مسألة الارتباط والزواج الأخلاق ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما جاء له سيدنا جبر بن عبد الله يقول له إيه أنا أبويا مات وهتجوز واحدة من الأنصار قال أبكرا أم ثيبا فقال يا رسول الله ثيبا يعني متجوز قبل مين فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة ممكن بعض الفضليات تزعل لما تسمعها نقول له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني ما تشوف واحدة بكري كده والناس تفهم تلاعبها وتلاعبك دي غلط برضو تلاعبها وتلاعبك يعني أنت أول حظه وهي أول حظك فنبقاش في بالك يا طرى هي معجوزها الأول كانت عاملة إيه يا طرى مش عارف إيه يا طرى طب سو بعض ليه يا طرى النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يحافظ على مسألة الخصوية ده مش معناه أنه الشاب البك ما يتجوز سيد لكن لو سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بيحطوا له القعدة فسيدنا جابر رد عليه رد خل سيدنا النبي يفخر به قال له يا رسول الله أنا مخ كبير قوي أنا أكبر من أن أنا ععد أفكر وشوف هي اطلقت لي ولا مين جزها إن أبي مات وترك لي إخوة بنات فأردت أن آتي لهن بمن ترفق عليهن وتراعي شؤونهن ده نجوز ونحترم لأن ده هيرعى أخوات البنات يبقى هيرعى بنتنا تعالي بقى دلوقتي نقول لها أنت هتعودي معنا في بيتنا لا بيت عيلة لا ليه بيت عيلة لا برضو معه عشان ما نجيش عليه لأن أحيانا بعض العائلات بتظن أن مرات ابنهم وخاصة الكبيرة دي جاي خدامة جاي تقلس السلم وجاي تغسل الموعيد معين خد بالك هو من باب الأدب يعني أن هي تعمل كده لكن مش من باب الإرهاق وبعد ده كله ما تلاقيش كلمة طيبة فده طبعا بيقحم الخصوصية بيخل الخصوصية تنتهي ليه غصبا عنها هتروح تحكي لأمها أو تحكي البنت خلتها أو تتصل بشيخ زي حالي تقول له حماية الله يسمحها كل ما أعمل لها حاجة ولذلك إذا كنت عايزين نحافظ على الخصوصية في بيوتنا مش الخصوصية بمعنى وانت مالك الخصوصية بمعنى أن نبقى لنا ثقة في بعض لا بد أن يكون الاختيار على معيار الأخلاق ولا بد أن يكون التعمل في البيت وخاصة لو بيت عيلة على معيار الأخلاق صحيح صحيح نورتين يا فضلت الشيخ سلامتك ألف سلامة ربنا يشفيك يا رب ويعافيك نورتين شفك على خير إن شاء الله زي ما تعودنا مشاهدين هنروح مع حضراتكم لفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله فكرة مسجلة من وبكرة أحلى ولو عشت وكليه عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير الساعة 3 أشوفكم بألف خير السلام عليكم اشتركوا في القناة إيه حكاية دا سور الأسباكية دا إحنا في العقد الـ 12 ديقول لها تصير الأسباكية أصدور تقل نحاسي اعتبر أول واحد قلن موضوع وجود سور الأسباكية يقولوا أنت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبة آه حالي إيه اللي جابك يا من سور الأسباكية والدي الله يرحمه وجدت الخناعة وكان دي الغنى فأصبحت بأديالها ممتسكة فلا زا يراني على بابك ولا زا يراني عليه من همك أصرت غنيا بلد الهامن أمر على الناس كأني ملك أنت عمد تنويع حلوها محمد الحمد لله بس لازم أنت في سور الأسباكية تعدي تشرب شاي عند أم حبيبة بلد كتير هنا انت نعم رسع عم بابا بتخش تشتري كتب هناك آه لا أولاد بتشتري أنا عارف الكتب تشتريته فين ومن مين وعاريته إمتى ولسه ما عارتش فيه قدي إيه باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار الليلة الثامنة مساءً على النهار هذا البرنامج برعاية هنبتني دلوقتي كومفتشن قوية جداً بين فريق البنات بيرس فريق الولاد كل يوم جمعة قررت في دماغي نظمت المنبي على ساعة عشر تمكن كمان تكون معانا في الستوديو دايماً يوم الجمعة في بنات ونية بنات وولاد بنات وولاد مع ألاء جويش اليوم العاشرة صباحاً على النهار هذا البرنامج برعاية النهاردة أنا هعمل شورد طاجن بطاطس بدوائي العكاوي حده في الفرق أربع دقيق كمان وتبقى جاهزة أن هي تطلع وتتأد وتتأد لؤمة هنية مع الشيخ شريف عفيفي يومياً الواحدة ظهراً على النهار هذا البرنامج برعاية استنونا اسمعها انتظرونا استنونا استنونا فين أنا ما قلت لكس لا 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 اسم جديد شارع النهار شارع النهار شارع النهار سيم بريكي تبريكي احنا برنامج حقيقة وشكل جديد لكسد ببال سلام عليكم الفنز البنات عمليون ايه أنا كحازم بيت أنطف بكتير أنا أملاوز عيد 25 سنة ومراتي جنت 20 سنة يش المفروض يسمحوا لكي تعملوا بكتير مطبخ مطبخنا وشارع شارع نهار شفت الحلوة ركبة تكسر شارع النهار هنعمل مقارونا بالجنباري وسوس كريمة ولمون وشبت أنا جعان أنا أكل هنأكل كباية هعمل النهاردة فتة مجدوس ما لازم نعفاز بأكلنا تتاكل ايه فقرات جديدة ومختلفة وعنا النهاردة شاب قرر أن يخود تجربة المغامرة لا لا حل الله هو مت سكتش بيتنس والأكل الاثنين بيكملوا بعد 50 جرام عضل يزود الحرق بتاعك بحالة السكون 300 سعر حالي يدرى بس انتظر ويب الأوتوبيس بيت واتسع وراء حتى عرفوا لو صرح كل شيخوا له طريقة بقى نسمش بتخس بسرعة الرغم ان انا بخص ونقعد معاك مش لازم اقولك تاكل كذا وما تكونش كذا لان دا من الصحة اللي بتحب الفاشن ومهتمة بشكلها وبشعرات بجوارايا شارع النهار مع نانسي وسلطان على قناة النهار تقيد يا وكمان معاك جديد من السبت إلى الأربعاء الخامس مساء على النهار امنك رسالتنا مفيش بنت مش عايزة تحس نفسها مالكة جمال مالكة جمال في بيتها وفي شغلها وأهم حاجة عند البنت عشان تحس انها جميلة ومعندهاش مشكلة هي بشرتها ووزنها لازم طبعا تكون بشرتها صفية ونقية وما فيهاش مشكلة كمان جسمها لازم يكون وزنها مظبوط ومناسب عشان تعرف تلبس اللي نفسها فيه واللي هي عايزها وكلنا عارفين ان مشكلة الوزن بتهم الرجالة زي الستات ويحبوا يظهروا برضو بشكل رياضي فقرتنا النهاردة مهمة جدا عشان هنعرف فيها ازاي نوصل للبشرة الصفية والوزن المثالي بأسهل الطرق الممكنة معنا الدكتور خالد عبدالعزيز ماجستير النباتات الطبية كلية الصيدالة ودبلوم التخزيز والتخسيس من الجامعة الأمريكية عضو الجامعية الكندية لأمراض السنة دكتور خالد أهلا بيك ومنورنا أهلا بيك يا لامي وأهلا بكل السادة مشاهدين يعني البشرة والشعر والجسم كلهم حاجات تجميلية ومهمة جدا سواء كان عند الراجل أو عند الست كل واحد بقى بيسأل حسب المشكلة اللي عنده سواء كانت بقى في البشرة أو في الشعر بكلها حاجات قسية يعني اللوحة بقى كله النهاردة عايزي بصي يلاقي نفسه يعني على ما فيهوش حاجة وزني مثالي بشريتي كويسة شعري كويس ده أهم شيء دلوقتي وبما أننا بنحب يبقى فيه تواصل بيننا وبين السادة المشاهدين عشان نعرف مشاكلهم ونقدر من خلال برنامج نقول لهم يحلوها إزاي خاني أقول لحضراتك الأسئلة اللي جات لنا معاك ماروة بتقول بشرتها حساسة جدا وبيجي لها التهابات دايما ممكن تستخدم إيه طبعا هي مش أيلس إنها كانت طيب هو عموة البشرة حساسة بقت حاجة منتشر قوي نتيجة التغيرات البيئة اللي احنا فيها تلوثات أشعة شمس حاجات كتيرة قوي بتأثر على البشرة وتخليها تقلب لو هي كات عادية اللي بعد كاتو بحساسة كيميكالز كتير وكوزموديكس كتير مصرات تجميل على كيمويات كل ده بيأثر على البشرة طيب يبتدى العلماء كلها في الفترة الأخيرة ديت إنه هو زي نقدر نقدم منتج يحافظ على البشرة وفي نفس الوقت يكون طبيعي أورجانيك يكون كل الممكنات بينه طبيعي ودلوقتي أغلبية الناس يعني تتجه لكل الحاجات اللي ممكن تكون طبيعية أول ما تلاقي منتج مكتوب إنه كله صحيح أورجانيك العناصر بتاعته يعناصر طبيعية على طول بيبقوا متطمنين ده حقيقي علشان كده يعني آخر أبحاثت عملت عالمياً النهاردة وعملت توليفة من التركيبات ظهرت لنا في اتنين منتجين والحمد لله الاتنين دول موجودين في مصر وبرضه عشان أتكلم بسرعة عملية قوي حبيت النهاردة يكون معنا شكل المنتج دي العبوة بتاعته عشان بكلنا شارفين الشكل اسمه إبا فيد ده مرخص وزارة صحة المصرية واخد طبعاً عليه أبحاثه شهات كيرة جداً عالمية لو هنبتين نبص على المكونات هنلاقي المكونات مكتوبة هنا كان من أبرز المكونات اللي موجودة فيه فيتامين سي فيتامين بي كمان موجود فيه زيت شجرة الشاي كمان فيه الكوجيك أسد الكوجيك أسد ده اكتشاف منتج طبيعي اكتشاف ياباني يابانين هي اللي اكتشافته هيعمل إيه في البشرة النهاردة البشرة هيعملها أربع حاجات أول حاجة هيبتدي أنه هو يقضي على كل الخلايا الميتة اللي موجودة على البشرة هنضفها تماماً الحاجة التانية إذا كان فيه الجسم بيكون حاجة اسمها التريبسين ده أمنو أسد بيبتدي أنه هو يعمل عملية البقع أو السبغات اللي بتبقى موجودة تلاقي كده إيه فيه نقطة بني حاجة فيه حاجة ظهرة في الوش غير لون الوش غير لون الوش بالضبط ده بيمنع أساس والكوجيك أس ده بيمنع أساساً تكون التريبسين فبالتالي البشرة مش هتعاني من هذا الموضوع الحاجة الثالثة والأسسية أول نهاردة في حلقتنا موضوع التجعيد واللي ابتدينا أن احنا نشوفها فيه سن مبكر سن صغير أول برضو الإيبافيد كغسو اليوم للبشرة هيبتدي أنه هو يمنع لي ظهور التجعيد طب لو التجعيد موجودة هيبتدي أنه هو بنسبة من خمسين لسبعين في المئة يقضي على التجعيد اللي موجودة وبشكل طبيعي جدا من غير ما هقولك أن أنت تحقيني من غير ما هقولك أن أنت تأخذي حاجات فيها كيموية حاجة أورجانيك طبيعي 100% وده أكيد يبقى أسهر للناس كتير من أي حاجة تانية يلجأوا لها كان يهمني النهاردة أن أنا أجيب صورة ترخيص وزارة الصحة برضو معروض للشاشة عشان تبقى كل أستاذة المشاهدين وهم شايفين شهادة من وزارة الصحة سيكون متطمن على الحاجة اللي هو هياخده بلاص على كده بقى بعد ما بناخده على طول الغسول كان يهمني برضو أن يبقى فيه كريم الكريم ده بيحتوي على عنصر مهم جدا وعمل ضجة عالمية اسمه تيتانيك أسد هيعمل إيه تيتانيك أسد رقم واحد هيفتح البشر لو فيه عروسة لو فيه حد خلاص بشرته حاس أنه هو محتاجة تفتيح وخايف أنه هو يخش على حاجات كيموية أو يحصل له تأشير كيموي وتأثيراته أو في نفس الوقت كمان بيتعرض للشمس كتير أيام الشتاء على فكرة بتبقى أشعة اليو في الضارة بتبقى أكتر من الصيف على عكس ما احنا كنا معتقدين أن الصيف بيبقى أكتر لا الشتاء أكتر أشعة الشتاء دايما بتبقى ضارة عن الصيف وتبقى نسبة فيها اليو في عالية جدا ميلا كريم تفتيح البشرة هيبطينا أنه يحميني كمان من أشعة الشمس الضارة اليو في طب يعني ده فيه حاجات كتير جدا يعني تغنين عن عن زيارة الطبيب أو دكتور التجميل أكتر من مرة كمان صحيح وعنصر نفسه التيتانيوم ده من العناصر العالمية النهاردة كله بيتجه لها وميلا هو الكريم الوحيد اللي في مصر الموجود فيه عنصر التيتانيوم طيب أستاذ نادر بيقول أن وزنه كويس بس عنده دهون كتير في منطقة البطن ومش لقيلها حل هالألياف ممكن تساعدها دايما بيبقى عندنا مشكلة في الدهون اللي بتبقى متكونة في منطقة البطن إن هي بس مش تجميل دي تجميل وصحة بصي خلاني نتكلم كده بالعامية الكرش الكرش الشهير بالضبط فدايما حتى اللي بيبقى عريس جديد على طول الأول حاجة بتظهر عليه في علامات التقن هو الكرش على طول دهون البطن دي دهون صعبة جدا وكرسة كرسة وبتخلي منظر الجسم كله وحش يعني ممكن تلاقي واحد جسمه كويس بس عنده منطقة الكرش طلع كده لوحدها كده بتخلي المنظر العام كله بشع يعني طبع تمرنات بوجيم وأنا شفت ناس راضين كتير جدا بس استلعت دهون منطقة البطن فيها دهون لأنها من دهون الرخمة قوي في عملية إزالية طب هل الألياف هتنفع مع النوعية دي الناس أو بتنفع معهم النوعية دي من الناس طب ليه الألياف أولا الألياف الكيس البوتر اللي احنا بنفتحه ده فيه نوعين من الألياف يعني جواه فيه نوعين نوع بيدوف في المياه ونوع ما بيدوبش في المياه النوعين دول لما احنا بناخده بيبتدي تأثيرهم مباشرة على الخلايا أو البليفات اللي موجودة في البطن دهون اللي موجودة في البطن بيبتدي على طول يوجه الجسم أنه هو يكسر الدهون دي يعني هيا الألياف بتتجه في المناطق اللي فيها الدهون اللي تشجع الجسد إنه هو يشوف الدهون متركزة فين ويبتدي انه هو يكسر تمام طيب ناخد التليفون ونكمل مدام عفاف أيها أهلا بيكي تفضلي الحمد لله بخير الأخبار الحمد لله بخير زيك إنتي عاملة إيه أنا سميمة الحمد لله الحمد لله أنا استخدمت الإيبة بجد تحفة الكريم صح؟ أه الكريم الرسول الرسول إيبة الإيبة بصين أنا استخدمته يعني أنا بستخدمه بعد ما أكون حتى ميكب وكده وبخسل وشي بخسله بي يعني بستخدمه بخسل بي وشي بعد الميكب بتستعملي عشان تشيلي بي الميكب أه وقبل ما أحط الميكب كمان بعد بحطه قبلها بفترة كده يعني وبعدين أحط الميكب بيخلي الوشي تحفة وبيخلي الميكب رائق جدا طب قوليلي أنت استخدمتيلي كانت إيه المشاكل اللي عندك في بشرتك أن هي بسيط يعني التراب والحاجات دي بتخلي البصرة جفة وفيها دون كده فأنا كنت جايبين هو ينظف البصرة تمام فأنا استخدمته يعني بعد ما بستخدمه بحيث أن الوشي رائق جدا وغير أي غسول أنا كنت بستخدمه قبل كده أنه هو الغسول عمتا بينسف البصرة بعد ما بيستخدمه ده حليل صح ده بيخلي البصرة طرية جدا ونعمة جدا وفيها نظارة يتحس أنه وش تتنور بعد ما بستخدمه كده بعد قد إيه بدأت تتحس أنه جايب نتيجة معاك وش بشرتك تختلفت؟ بعد أسبوعين بالضبط 15 يوم طب قويس أنت عارفة أن أنت ممكن تستخدمي كمان سكراب مقشر وممكن تستخدمي خلاح؟ أوه أنا عارفة وهو مكتوب علي يعني أنا عجبني لأنه لا يوجد فيه كذا حاجة كذا حاجة بالضبط فأتغنيك أن أنت ممكن تشري حاجات تانية كتير فهو منتج واحد بس تقدر تعملي به القناعة تقدر تعملي به المقشر تقدر تعملي غسول يومي؟ أوه أنا بستخدمه حتى قبل ما أحط الميكب يعني أنا بحطه قبل ما أحط الميكب بغتل بيوشي بيهدي 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 خالص بيخليه رائع ونعم فلما بحط الميكب بيزبط حتى يعني بيبقى ساكلوه كويس ما بيخليس الوش بايز مجاير الكلام ده كل رائع طب كويس صحيح يعني حد قالنا هو حاجة يعني حاجة مطمئنة لا ومهمة برضو لكل السيدات اللي بيتفرجوا علينا ما ينفعش تحطي ميكب وانت مش غسلى وشك يعني خسليه الفعل نخسلي وشك الأول قبل ما تحطي ميكب طب طيب ما دام عفاف بتقول عندها 64 سنة نفسها تخس لأن عندها مشاكل صحية كتير ولازم تخس جربت حاجات كتير عشان وزنها ينزل لكن سنها مش مساعدة هل الألياف ممكن تجيب معاها نتيجة وتنزل الوزن ولا لا دايما الناس الكبار السني بيبقى عندهم مشكلة حركتهم قليلة والحرق عندهم بيبقى خلاص قل فبيبقى عندها مشكلة كبيرة جدا فكرة انها تنزل وزنها صحيح وفيه ناس بيقاسوا بيوصلوا للمرحاصة ليقاسي الله خلاص انا هعيش كده وهفضل على الوزن ده وفيه ناس بيبقى خاص بأنها لازم وزنها ينزل عشان العزام بقى وعشان مشكلة صحية دي بقى دي مهمة جدا 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 الناس يجب معاها الكبيرة في السن ما ينفعش تأخد أي حاجة لأنها كده كده بيبقى تأخد أدوية كتير وفي نفس الوقت كمان حراجتها قليلة فما ينفعش ان انا اضغط عليها بحاجات كيموية لازم الاتجاه بتاعي النهاردة يكون لحاجة طبيعية مش عليها أي زرد كيمويات هتاخد الألياف هتخس ان شاء الله هتحس ان حالتها الصحية بتتحسن لو كان معها أمراض مصاحبة زي السكر أو الضغط أو الكوليسترول في الحالة ديت هتلاقي حتى نسبة الأدوية اللي هتاخدها ليه علاج الأدوية ديت بتبطي انها تقل تمام احنا معنا دلوقتي دي طريقة الألياف عشان نسلتك نفسي نتبع خلقاتنا لقبل كده نفسي نعملها بطريقة عاملة برضو هنا في الستوديو ماكي والله يكنت هقولك كده ما تجيبها لي مرة كده ثم مرة هنجيب الكيس الألياف الطبيعية ونجرب حتى مع مشاهدين عملي دي حتى صورة مبساطة كده للسادة المشاهدين اللي بيسمعونا دايما نقول ألياف ألياف فايبرز هي باودر زي ما احنا شايفين وكيس الباودر ده فيه نوعين فيه نوع بيدوف في المياه ونوع بيدوفش في المياه جبنا كوبايتين مياه كوباية حطينا فيها مياه وزيت وعملنا عليها طبقة الألياف من فوق دي اللي هتبع على قدنا الشمال واللي على قدنا اليمين دي عملية بقى تحضير الألياف طبعين طبيعة سهلة جدا جبنا الكيس وحطينا عليه مياه وبنقلب بالمعلقة فيش أسفل من كده يعني كمان قلت معلومة مرة قلت انه يعني اللي مش حابب انه يأكلوا بالمعلقة ممكن يأخده كمشروب مزبوط ممكن دي على حسب باحتياج كل شخصيا فممكن نهارده ان احنا بالطريقة ديات بنبتدي نحط البودر ومياه ونقلب دي او ديئتين حصل عملية التجانس زي ما احنا شايفين بقى المتجانس وصل لمرحلة الجيل حتى لو قلبنا الكوباية ما بينزلش طبعا موضوع التست أو الطعم بتاعنا بيختلف من شخص لشخص نقدر ان احنا نحط اضافات لو احنا حابين ممكن نحط ميت ورد ممكن نحط جنزبيل ممكن نحط قرنفل ممكن نحط حبهان ممكن نحط قسم القامل اللي بنحبه ممكن نحط pure شوكولت اللي هالغم قديت نحط نص معلقة بودر صغير يعني سهلا ان احنا نعمل انواع كتيرة منها بتدينا نكهة مختلفة عشان ما نزهقشوا المل بالظبط شفت الكوباية حصل فيها ايه زيت والفايبرز يا بص يا لمية هتلاقي الحاجة نزلتها في قاعة الكوباية ده اللي بيحصل جوه جسمنا بالظبط يعني دهون بتكسر جوه جسم بتمسك فيها الالياف بيكلبشوا الاتنين في بعض وبتاخدها تخباجها برا الجسم خالص طيب انا اخد سؤال تاني من اماني برضو هي بتسأل على الالياف على فكرة بتقول عندها 34 سنة بتعاني من الغدروف وكل الدكاترة نصحوها انها تخص هل الالياف ممكن تسعيدها يعني لسه كنت بقولك فيه ناس بتبقى مضطرة ان هي لازم تنزل وزنها عشان خطر العظام عشان خطر مشاكل في العمود الفقري طبعا يعني كل جرام بينزل من جسم البناء ادم اللي عنده مشاكل في عمود الفقري او غدروف ده بيديله انعكاس احسن على صحته فتخيالي النهاردة يعني كيزة دي يتحايل عندها انزل لغدروفي وهتنزل في التوسط في الشهر 6 كيلو مع الالياف طبعا يعني اعتقد ان هي لما هتروح للدكتور بالنتيجة دي فيه حاجات كتيرة جدا في حالة الصحية هتتغير هتقدر انها تتحرك هتقدر تمشي الحمل والضغط على الغدروف هيقل واذا كان الدكتور النهاردة بيقولها لا انت ممكن او الزامن هتعملي عملية فممكن في الحالة دي يبتدي ان هو يأخر موضوع العملية او يغييها تماما ويبتدي انها حالة الصحية تتحصل طيب اسماء بتقول انها بتاخد الالياف بالفعل وبتسأل له وحسيت بالشبع ممكن ااخد الالياف قبل الغداء بس وما اخدش قبل العشاء ولا لازم الاتنين مع بعض طيب خلينا نتكلم بكلام علمي لازم الاتنين ماينفعش ان انا النهاردة ااخد الغداء بس واسيب العشاء وفيه ناس كتير تقولك انا يا دكتور ما بتعشاش بالليل يا جماعة انت عشان تقعب من ساعة الغداء الغد تاني يوم الفطار انت حرمت جسمك من كم ساعة تقريبا حوالي نقول 12 ساعة او 15 ساعة كتير يعني ان واجبة بالليل دي غير مستحبة تماما وانه اخر حاجة تدخل المعدة واجبة بالليل لما هتجي تقولي هاكل لحمة وفراخ وأقولك لا ما تاكلش بس انا لازم ادخل الجسم اكل علشان ابتدي يحسس الجسم ان هو مش في مجاعة علشان الجسم ما يبتديش ان هو يخزن كل طاقة داخله او كل اكل داخله في صورة دهون فلازم احسس ان في عملية كونتونيو او حاجة مستمرة لعملية الاكل وعملية الحرق فلازم النهاردة انا هتبدي التزم بتلات واجبات دول اساسيين فطار غدا عشق بس العشق مش غازم اكل كميات بقى واكل بالليل اكل ده سلو هاخد الكيس بتاع الالياف طبعية وحاجة خفيفة معايا ممكن فروت صلات صلاتة فواكه ممكن ااخد تونة وتكون ما فيهاش زيت يعني حاجات خفيفة طيب ناخد التيفون ونكمل معنا مين اساس احمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله بخير اهلا بحضرتك الحمد لله تفضل حضرتك جربته حضرتك خدته الحمد لله ونزلت ل5 كيلو في خلال شهر طب كويس سن حضرتك قدية واساسا 41 سنة تمام ووزنك كان قد ايه وزني كان 98 بقى 93 طيب انا عايز اعرف نزولك لل5 كيلو دول حاسيت بقى اي اعراض جانبية وانت بتستخدم الالياف الطبعية نا الحمد لله ما حصل لكش ولا صداع ولا قلم ولا دوخة ولا اكتئاب نا الحمد لله مش حاجة من دي خاص طب الحمد لله انت منتظم على الغداء والعشاء يعني بتاخد وقت بالغداء وانت عشاء الفتار والغداء وما فيش عشاء حضرتك نحنا لسه بنقول لازم عشاء لازم عشاء العشاء مثلا دكتور ممكن يكون فتحة صفحاية استفندياية حاجات بسيطة حاجات بسيطة طيب انا عايزك في الشهر الجديد كل سنة طيب دكتنين على سنة جديدة هتاخد في غداء وعشاء يعني خليك غداء وعشاء هتاخد نتائج احلى حتى لو بياخد بالليل صمرت فتحة واحدة هياخده هياخده بالليل لازم احنا لسه بنقول انا عايز اهل جسمي ان انا مش في مجاعة هم فلازم هياخد الالياف بتاع بالليل هاخده بالليل وبتاع الغده هاخده بالغدر طيب طيب استاذ هاني بيقول انه عنده كانسر بتعالج من الكيماوي لو خاد الالياف هتساعده يخص من غير متأثر على اسلوب العلاج اللي هو بيتتابعه للكانسر طيب السؤال ده حلو جدا ومهم ربنا يشفيك يا رب عارف انت بتاخد أدوية كثيرة جدا وعارف انت بتتعز كثير قوي في الأدوية اللي انت بتاخدها الانسب ليك النهاردة هو الالياف طبعي ما فيهاش اي نوع من الالياف كيميائيات نهائيا مش هتأثر على اسلوب العلاج اللي انت بتاخده غير كده وكده انت لما بتنزل في وزنك بيبتدي حالتك الصحية بتستجيب أكتر للعلاج فجوء هد اعتمد على الالياف الطبعية وان شاء الله وزنك هينزل طيب في حد تاني دكتور بيسأل بيقول ان عندي ضوء عغمقه في بشرتي لونها مختلف عن لون البشرة العادية يقدر يستخدم ايه او يقدر يعمل ايه طيب انت الحل المتوفر دلوقتي في مصر امن جدا وطبيعي مية في المية منتجين منتج اسمه ايبا فيد ومنتج اسمه ميلا يعني احط الاثنين حتى جنب بعض لسادة المشاهدين ما ينفعش نستخدم حاجة واحدة دكتور واضح ان الاثنين بيجيبوا بنتيجة أسرع بالزبط يعني الاولين اللي هو الابا فيد ده عبارة عن غسول وميلا هو الكريم فيهم مكونات أسسية اللي هو الكوجيك أسد والتيتانيوم تتانيوم عشان يبتدي ان هو يفتح لك البشرة والكوجيك أسد هيوحد لك لون البشرة حد تاني بيسأل على الالياف بتقول عندي مشاكل في اني عندي دهون في الظهر من وراء وشكلها صعبة قوي لما بتلبس حاجة ممكن تكون طايدة على الجسم او حاجة الالياف ممكن تفيدها اكيد طبعا يعني الالياف بتنزل الدهون اللي موجودة في الجسم فهي بتوجه الجسم على المكان اللي فيه الدهون تبطي انها تكسره وزي ما شفنا لو الناس كانت متابعانا في الحلقة بتاخد الدهون في التجربة اللي احنا عملناها على الشاشة بتاخد الدهون وتكلبش فيها وتخرجها برا الجسم خالص تمام دكتور خالد نورطيني وباشكر حضرتك واشوفك على خير ان شاء الله شكرا جدا ليك مرسي باشكر حضراتكم مشاهدينا ولو عشتوا كاليا عمر اشوف حضراتكم بكرة على خير الساعة ثلاثة اشوفكم بألف خير سلام عليهم موسيقى اشتركوا في القناة 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 والإبرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير وكل ما من شأنه المساس بالأمن الاقتصادي موسيقى وابتصاقا مع اهتمام الدولة بإزالة التعديات على أملاكها والرقعة الزراعية شهد العام الماضي حملات أمية على مستوى الجمهورية لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات إنفاذا للقانون بما يحقق راضعا لكل مخالف يحاول الاعتداء على حق الدولة موسيقى وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين شهد العام الماضي تصدي حاسم لمافيا السلع الغذائية الفاسدة فضلا عن مواجهة المتلاعبين بالدعم الذي تحرس دولة على توفيره للمواطنين وتعبر الأرقام في هذا الصدد عن حجم تلك المواجهة لم تتوانى وزارة الداخلية عن أداء دورها الإنساني والمجتمعي الذي توسعت فيه من خلال مبادرة كلنا واحد ففي مجال الرعاية الصحية وجهت الوزارة 57 قافلة طبية للمناطق الأشد احتياجا بالقرى والنجوع لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف الأدوية مجانا وقوافل مماثلة للمحتجزين بالأقسام والسجول وشاركت الوزارة مع وزارة الصحة في تنفيذ مبادرات القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار لعلاج الحالات الحركة وإلى سجون بلا غارمين شاركت الوزارة بفعلية في هذه المبادرات الإنسانية التي أطلقها رئيس الجمهورية من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وتحديد الحالات المستحقة للإفراد بعد سداد ديونها وسرعة إنهاء إجراءاتها كما نسقت الوزارة مع كبرى السلاسل التجارية لتوفير السلاع الأساسية بأسعار مخفضة فاضمن عن توفيرها بمنافذ أمان الخاصة بالوزارة والتي اتشرت فيما يقرب من ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية أما عن التيسيرات المقدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقد حرست الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة على اتخاذ تدابير وتيسيرات تتيح لهم الخدمات الأمنية في سهولة ويسر ومع نهاية عام 2018 أطلت علينا مدينة أسوان في ثوبها الجديد كعاصمة للشباب الإفريقي بعد أن أعلن ذلك السيد رئيس الجمهورية خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وأصبحت المنشآت والخدمات الشرطية بالمدينة التاريخية نموذجاً للتواجد الأمني الفعال في أبهى صوره ولمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها سماعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قامت الوزارة بتطوير البوابة الإلكترونية الخاصة بها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بدءاً من شريط الأخبار وبيانات مركز الإعلام الأمنية لنشر البيانات والأخبار الأمنية وإتاحة المعلومات الصحيحة ونشر التقارير المصورة والتنويهات والحملات الإعلامية والتوعوية إلى مواقع ودليل الجهات الشرطية للتواصل مع مختلف قطاعات الوزارة كما تم تحديث رابط ركن الأطفال والذي يهدف إلى المساهمة في تشكيل الوعي لديهم من خلال التركيز على السلوكيات الصحيحة وأولت البوابة اهتماماً متزايداً بشق الخدمات الجماهيرية الإلكترونية حيث تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة للتسجيل والتحقق اللحظي من بيانات الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة الأمنية تمكنه من الحصول على تلك الخدمات مع إتاحة تلك المنصة لباقي وزارات الدولة للاستفادة منها في تقديم خدمات جماهيرية إلكترونية تأتي الأحوال المدنية في مقدمة الخدمات التي يقبل عليها المواطن للحصول على المحررات الرسمية المميكنة مع توفير خدمة مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلاً عن خدمات أخرى مثل استخراج صحف الحالة الجنائية لمن سبق الحصول على بصماتهم وتجديد تصاريح العمل كما تم إطلاق موقع بوابة مرور مصر الذي يتضمن الاستعلام عن صحة بيانات المركبات وتجديد واستخراج بدل الفاقد أو التالف للتراخيص وجميع تلك الخدمات مدعومة بآليات الدفع والتحصيل الإلكترونية من خلال الكروت الاعتمانية وكارت ميزة المصدر حديثاً ويتم تسليمها لطالب الخدمة بمحل إقامتها أما خدمة تلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين فقد تم الربط والتكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تبقى للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن وقد بادرت وزارة الداخلية بتشين الإصدار الأول للتطبيق الإخباري والخدمي لها على الهواتف المحمولة الذكية والذي يتضمن عدداً من الخدمات الإلكترونية الشرطية المقدمة للمواطنين وخدمة بث الأخبار والبيانات الأمنية فضلاً عن القدرة المستقبلية على إرسال رسائل تنبيه لحظية إلى جميع مستخدم التطبيق مثل توضيح أماكن الازدحام المروري والطرق البديلة للمواطنين المتواجدين في نطاق جغرافي معين وهكذا يواصل رجال الشرطة بذل العطاء وضعين نصب عيونهم تحقيق هدف أسمى هو حفظ أمن نصر التي تحيا دوماً بتكاتف جهود أبنائها المخلصين في ظل قيادة حكيمة تنشد التنمية والاستقرار إيه حكاية ده سور الأسباكية ده طيح أنا في العقد الاثناشر دولها تسور الأسباكية أسبوع تقل نحاسي اعتبر أول واحد قلن موضوع وجود سور الأسباكية بيقولوا أنت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبة أنا أه حالاً إيه اللي جابت يا نصور الأسباكية؟ والدي الله يرحب وجدت القناعة كان ذو الغنى وأصبحت بأذيالها ممتسبة فلا زا يراني على بابك ولا زا يراني عليه من همك فصرت غنياً بلا درهمن أمر على الناس كأني ملك أنت عمل تنويع حلوها محمد الحمد لله باشا لازم أنت في سور الأسباكية تعدي تشرب شاي عند أم حبيبة فالك كتير هنا أنت؟ نور ساعة أم بابا ساعة أم بابا تخش تشتري كتب هناك؟ أه لا أولاك تشتري؟ أنا عارف الكتب تشتريته فين؟ ومن مين؟ وعاريته أنت؟ ولسه ما عارتش فيه قدي إيه؟ باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار الليلة الثامنة مساءً على النهار هذا البرنامج برعاية موسيقى أنت أمرأة صعبة ببعرفش عملك حسيت الفترات رح تموتي بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر وفقوا عليها أنا من الشخصيات محسيتش بالنهاد ممنش فمن الجرح مش هتكلم تاني في أي حاجة شخصي موسيقى اسكتي موش الحياة من غيرك طلعت أحلى طلعت أحلى أحلى وسهلا أولي من دونت كمان أحلى ريم؟ عايزة إيه؟ أنت بتحبّي حالة الحب ريم أكتر حالة حب فزيعة أنت ما بتحبّي رجالة الحليمين مقبل كوشفورد أطور الجيلة مع رغبة شلووب الليلة العشرة مسافاً على النهاية ولا يهمك كل اللي بتحنا بريد تقدر عليه تقدر تدير من درجة نحات موسيقى 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 البحث عن أفكار جديدة ومبتكرة ورائدة لدى الشباب لتصبح نواه لمشروع كبير يستطيع الشاب أن يتوسع فيه من أجل تحقيق أماله وطموحاته أصبح هدف واضح لدى الحكومة لتشجيع العمل الحر والمشروعات الصغيرة كان آخرها مصابقة مفتاح مشروعك المبادرة دي عبارة عن تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير المتنية الصفر مع وزارة الشباب والرياضة بتهدف المبادرة أن احنا في كل محافظة من المحافظات حيبقى فيه ثلاث شباب يختاروا يعملوا مشروعاتهم داخل مراكز الشباب أن الخدمات الحكومية دلوقتي اللي بتقدم للشباب حتى من خلال جهاز تنمية المشروعات ومن خلال كافة الوزرات أن تدعيم الشباب وتحفيز الشباب على أنهم يتجهوا لفكر العمل الحر وفكر المشروعات الصغيرة وزارة الشباب والرياضة النقدر بتعامل معنا في مرحلة تجربية بنعتبرها أن احنا نبتدي بثلاث شباب يقيموا ومشاريعهم داخل مراكز الشباب تقدم للمسابعة أكثر من 35 شاب بأفكار مشروعات مختلفة ومتميزة تم تصفية الـ 35 العدد 22 فكرة مشروع دي كانت المرحلة الأولى المرحلة الأولى تم تدريبهم على فكرة ريادة الأعمال وزاي تبدأ مشروعك وزاي تعمل دراسة جدوى والـ 22 دول تم تصفيتهم لـ 9 مشروعات اللي هم متواجدين معنا النهاردة في المرحلة الأخيرة اللي هي لجنة الحكم كان لنا الشرف أن احنا نبقى مشاركين في عملية التحكيم الخاصة بمبادرة ابدأ مشروعك وهي المبادرة العظيمة جداً لأنه بصراحة احنا بدأنا نغرز في عقول الشباب أنه الولد أو البنت أو الشاب والفتاة مهم جداً أنه هو يهتم ببناء مشروعه بنفسه وتمويله كمان مش لازم التمويل يبقى مادين على فكرة احنا بنتكلم دايماً في الدعم المعنوي الجهاز بيقدم خدمات محترمة جداً المبادرة التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تهدف إلى مشاركة الشباب ودعمهم وتوفير أماكن لمشروعاتهم عبر مراكز الشباب مع تقديم التمويل اللازم عن طريق المشاركة مشروع عبارة عن ورشة لتصنيع وبيع وتدريب منتجات الجلود المختلفة زي شنطة أو برتوفية محفظة سمعت عن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بالنسبة لي حاجة مفيدة لأنه مشروعي محتاج أنه يتطور لما درست السوق حوالي محتاج منتجات كثير جداً طبعاً محتاجة تمويل أنه أشترى في تنمية المشروعات أو المبادرة اللي هي بتاعة تمويل المشروعات الصغيرة بتشجعنا أصلاً نحن نكمل نطور نكمل مشروعنا نوسعه أكتر فكرة مشروعي هو عبارة عن ورشة أكسسورات نحس والفضة أنا شغالة لها سنتين بس نقصني التمويل اللي بتطور وبعمل كل حاجة وبمشي في مشروعي خطوات حلوة بس اللي موقفني أو اللي معطلني شوية اللي هو التمويل لو أنا معي تمويل كنت أكيد هاخد خطوات أسرع من كده أكيد هيبقى عندي منتجات أكتر من كده أكيد هيبقى عندي خمات متنوعة أكتر من الموجودة عندي المشروع بتاعي إنتاج سموم والأمصال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لقيته بيعمل دعم شديد جداً مش شرط مالي بس بيعمل دعم عنوي دعم قانوني بيساعدك في كل حاجة الدكتورة نيفين جامع رئيس الجهاز ما شاء الله الجهاز نفسه بيعمل شغل أنا ما شفتهوش يعني بأي مكان تاني أعتبر هنا داخل الجمهورية من بين الشباب المتقدم للمبادرة وقع اختيار الجهاز على ثلاثة أفكار لتنفيذها هي تصنيع الجلود كذلك المشغولات الفضية والنحاسية وأخرى لإنتاج اللقاحات والأمصال والسموم ليقدم الجهاز الدعم المالي والفني وكذلك ليكون شريك في الربح والخسارة لمساعدة الأفكار الشبابية على الطابلور والنضغ ولا يهمك كل اللي بتحلم لي تقدر عليه تقدر تدير من درج نحاس ويا elumbu ولمخلص الوقت بات نشوف الجيات وينسى الريحة حب الدموح وأدعم المؤكدات تقدر تدير من درج نحاس اشتركوا في القناة صباح الفل على احلى مشاهدين في الدنيا كلها صباحكم فل وعسل ابيض بصوا بق النهاردة احنا جايين نعمل مع بعض يوم الاكل على اصوله الاكل اللي تعلمنا زمان نعمله ازاي وتعلمناه من جدودنا ومن امهاتنا ومن عماتنا ومن خلاتنا وكل حبيبنا نهاردة احنا جايين نعمل مع بعض فراخ هنحشيها بالرز والبسلة وهتتسلق بطريقة سهلة جدا جدا ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم هي اما حاجة بيدي بالفرخة مخلية ونضيفها وزي الفل وبتكون يمحضرة جنبك الخيط اللي بالشكل ده هو اللي هو الخيط المخصوص اللي بنربط به الفراخ بنربط به عرق اللحمة الروستو بيبقى قولنا قبل كده موجود في محلات كتيرة جدا وخاصة عن محلات التغليف اللي بيبقى فيها الفايل وفيها الطباق الفل هنعمل كمان مع بعض طاجن البامية اللي بالريش الضاني مين فينا ما بيحبش البامية اللي بالريش الضاني هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وسريعة وسهل ان انت تقومي بسرعة تعمليها لو ما عندكيش ريش هتقدري تشتغلي باي نوع لحمة عندك اي نوع فراخ عندك عايزة تعمليها بالمشروم كلها افكار احنا بنديكي الفكرة وانتي طبقي بالطريقة اللي انتي بتحبيها ونفسك فيها هنعمل كمان مع بعض صلطة المقالي ايه صلطة المقالي دي بتبقى عبارة عن بتنجان مقلي بطاطس محمرة وبصل وفلفل ملون متحمر وبنحط لها بقى توم وبنحط لها حاجات كده لطيفة وجميلة وسهلة جدا وسريعة ايه رأي حضراتكم هنروح فاصل صغير جدا مش هنتأخر على بعد تحضري الورقة والقلم والتليفون علشان لو عايزة تصوري اي مقادير فاصل ونواصل ابقوا معنا بتحب الأكل مش بتعرف تفكر شوات شايني سايح بيهم ولا لهم بنتقوب بيهم بتاكل كتير وخيفة تدخنى ما موتش في البني ده بس بتخنى بتعرفي تطبخي ما تقصي الورقة على الوسائل تقفتها بتحب أكل البيت ولا أكل الشارع طب نجيب قبل سبيسي ولا قبل أسئلة كتير مابخ نايم قبل بس دلوقتي عالي وعشان الصورة تكمل هنعم بحشي كوسة هنعم بحشي فلفل أكلت شرقية وغربية آه كل ما بحلق عينيك بأكلة وتحزبت عليك عايزين نعمل كمان طاجن المفقعة لأول شهر وأخري أنا اللي دفع حق الفل والصعمية اللي عني وصفات صحية كل الدورة بالفراح جديدة شوها بتعايزين وعلى قد الجيل تكلفتها مش غالية وعلى شان نرضي كل الأزوار طاجن بسان عصفور الأوانص أنا على الغداء هقول لهم كل الأكلات إشي ماشي إشي ماري كل الوصفات لكل العلم قلوبات على النهار اشتركوا في القناة أمنك رسالتنا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفراح تعالوا نشوفها هنعملها مع بعض إزاي طبعا إحنا هنا حطين الميا بتغلي جنبينا وبتبقل اللي إحنا هنحط فيها البوكي جرنيل اللي إحنا متعودين عليه دايما في السلق أهو اللي بيبقى عبارة عن توم وبيبقى عبارة عن بصل وجزر وكرفس ورق لورة وحبهان وهنحط شوية الملح في قلب المرأ خلاص وحسيبها مع بعضها طيب تعالوا حضراتكم هنا نشوف هنعمل إيه في الفرخاية دي بتجيبي الفرخة وبتخليها بالشكل ده خلاص وبعد ما بتخليها اهو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده هنعمل كالقاتي أنا لو ما أكون عايزة ألفها وألاقيها سميكة معايا وتيجي كمان تحشي فيها رز فعطلقيها تخينة ممكن تفتح معاكي طيب نعمل إيه احنا عندنا هنا الشاكوش بتاعنا بتاع دلوقتي حنلاقيه حالا هو موجود ما كانش هنا حيبقى هنا اهو هنا طيب مش مشكلة فاحنا ممكن يدخلولنا الشاكوش اللي بندقي بيه اللحمة او الفراخ بتاعتنا هبصوا برضو عليه تاني هنا اهو مش بقول لكم كل حاجة موجودة عندنا طيب حنيجي هنا بعد ما شلت القفص الصدري بتاع الفرخة وشلت الدبابيس بتاعة الوراك حاجي كده نحيا دي بالشكل ده وهقوم هدق كده علشان اعرف اوسع عشان لما اجي الفها ما تبقاش مكالكاعة معايا اهو حتى كمان هتبصي تلاقيها عردت معاك حلو اهو بصي هنا وهي مدقوقة شكلها عامل ازاي ولما دي لسه ما تدقتش بصي شكلها عامل ازاي شي هنا مكعبارة كده او عالية تعالي ننزل كده اهو ولما بدق بدق من ناحية الجل اهو بالشكل ده كده بصي بفتح شايسة بتعرض معاك ازاي لو اللي هي ساميكة اللي هيحصل لما تيجي تلف فيها بقال بالرز هتبصي تلاقي الدبوسة مكالكاعة كده فهتبصي تلاقيها باقتخينة وانتيش عارفة تلميها فالحاجات دي بتبقى مهمة قوي قوي ان احنا نعرفها لحضراتكم اهو بصي باقت كبيرة ازاي اهو طيب حاجي بعد كده بعد ما عملت العاملة دي هقوم جاية جايبة في طبق هنا جنبي كلقاتي هتجيبي بصلايا اهي هتحطي عليها هتحطي عليها شوية فلفل شوية فلفل اسود وهنحط كمان بهارات الفراخ وحتقومي كويس كويس واقوم جايبة بولة جنبي بالشكل ده واقوم عندي شوية رز كانوا عندي مبارح في قلب التلاج بيتين كان عندي عزومة وتبقى شوية رز ابيض من اللي احنا بنعمله عادي خالص هعمل ايه هقوم جاي واخده الرز المستوي في قلب هنا بولة اهو اهو ايه دي الرز اللي بيت في التلاجة ومستوي وزي الفل وبعدين هقوم جايبة بالبسلة هنجيب دي كده هنا على جن ونغطيها هجيب شوية البسلة المسلوقين اللي عندي هحط شوية بهارات فراخ هو متملح ومتحدق هحط شوية مكسرات عندك فوزدق عندك بندق اللي نفسك فيه موجود اهو تغيير لقلب الطبق بتاعي هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضي اهو وتعالي نشوف هنعمل ايه هنيجي نقوم جايبين الفرخة اللي احنا بقى متبلنها بالبصلة والملح والفلفل وبهارات الفراخ بروفو عليكم اهو بالشكل ده كده وحبتدي اخد من الخلطة دي وبتحطي كده اهو بالشكل ده وبتبتدي بتلفي اهو رصي الدنيا سهلة ازاي مفيش اي مشكلة هتيجي هنا شايف الجزئين المفتوحين دول بتلميهم على بعض اهو خلاص وحتقومي جايبة شوية رز هنا تاني بالشكل ده وبتلمي من البصل اللي انت متبلة بيه البصل ده بيديكي طعم ليها رائع وحوال ريح حضراتكم هنمشي ازاي مع بعض اهو وباجي هنا طبعا الرز هو اساسا مستوي خلاص فاحنا مش هنقلق ان ان الرز يبقى في القلب ناي اهو عملت كده هشير الزيادات دي اللي وقعت مننا وهنعمل كلقاتي قادي جوانتي وهنحضر جنبينا هنا واحدة الخل الخشب عشان هولي لحضراتكم ممكن نقفل منين لو هي من جزء مفتوح اهو هعمل كده بالشكل ده وبعد كده بشيل اي زيادات وحبتدي اقفل بقفل ازاي باجي من هنا كده اهو وبنعمل اول عقدة اهو خلاص وبعد كده برجع ألف كويس قوي اهو برفع وبلف اهو مصي معايا سهلة جدا لا 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 ده انا كده مستريحة جدا اهو اهو انا ممكن افك الحبل اكتر من كده بس انا ليه مش عايزة افكه اكبر من كده انا عايزة بس اقشيني شوية دول علشان ممكن وانتي بتلف يعقد منك غصبة عنك فوهو وهو ممسوك كده بالكم صغير طبعا انتي هتقولي كم صغير انا دايما بلف الشوية اللي انا هستخدمهم اهو 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 دوسي بشكلها عمزة الارنبة اهو بنقفل من هنا دمس كويس كده اهو اهو هوليك حاجة بقى تعمليها اسهل واسهل اهو هنيجي هنا ونقوم عاملين كالقاتي بعدة ملفتها هقوم هقوم جاية وجايبة سكينة قطعة كده وتعالي نشوف هقولك بقى على طريقة حلوة جدا هتيجي هنا وتومي جايبة الستراتش بس نشيل الزيادات دي وتعالي نشوف هنكملها ازاي هتجيب استراتش عادي خالص علشان ما تفكش منك كمان في السل بطريقة سهلة جدا وبسيطة تعالي نشوف هنعملها ازاي هنيجي هنا ونقوم جايبين الستراتش بالشكل ده اهو وبتفرضي كده هاجي من هنا وقوم اسكها كده اهو خلاص بعدين هقوم رايحة جايباها بطها بطها كده بط دي اليف اهو كده بطنا شد ده كده كمان اهو شايفين 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 شكلها من فوق ومن تحت اهو هتوب عاملة زي عرق اللحمة شايفين شايفين اهو 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 الموضوع ما بقاش فيه اي صعوبة اهو 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 اهم حاجة ان انت تتأكدي ان هي ملفوفة كويس جد اهو من الشكل الطويل ده اهو هاجي هنا والف كده طيب انا عايزة سويها من جوه هتستوي ازاي ياريها مهي عاملة كده حوار ريكي هتسويها ازاي اهو شايفة في الاول انا كنت بالفها وهي كانت موروبة اول ما كيست حل اهو 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 دي شكلها معمل كده وهو مشادة كده اهو بتعمل زعاب اللحمة شايفين اهي هتيجي تعملي كالقاتي علشان تطميني انها هتستوي من جوه بصي بالسن ده وبخرم اهو كده اهو ثلاث تخرام الثلاث تخرام دول هيخلوا الشربة او الميا توصل لها انا لما حطها الشربة هتهدى من بداية اما تبتدي تغلي هتسيبيها على النار ساعة الا ربع من بداية الغليان بصي معايا اهو اهي اول ما هنحطها دلوقتي هنبص نلاقيها الشربة هتبتدي تهدى تاني من اول ما هتبتدي تغلي الشربة بتاعتك هتسيبيها ساعة الا ربع بعد كده تطلعيها وتسيبيها تهدى خالص خالص ويستحسن لو هي هتبيت كمان لو تحططيها في التلاجة وسقعت هتديكي نتيجة هيلة جدا طيب انا دلوقتي عايزة اكمل بقية الاكل بتاعنا اللي على اصوله تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض هنجيب هنجيب الحلة بتاعتنا علشان نعمل البامية بطريقة سهلة جدا هدي الحلة هرفعها على النار الاول وحنجيب بولة نتبل فيها الريش هدي بولة هنروح نجيب الريش الضاني تعالي نشوف هنعمل فيها ايه ادي الريش اهي ده شكل الريش خلاص طيب هناخدها هنا اهي كمان كده طيب هناخدها هنا في القلب الطبق بتاعنا وهنحط شوية مية بصل هنحط شوية ملح وفلفل نعايزين الطعم الطبيعي جدا هنحط شوية من الزيت بتبل يمين وبتبل شمال عبال ما الحلة بتاعتنا تسخن وحسيبها في التدبيلة دي شوية كده طيب الحلة بتاعتنا هنرفعها على النار وبعد كده هنقوم حطين المادة الدهنية بتاعتنا اللي احنا عايزينها ايه رأيكم النهاردة نعملها بشوية زيت وحنحط فيها زبدة علشان خاطر اللحمة الضانية هي دسمة حطينا شوية الزيت بالشكل ده وبعد كده هكون جايبة البصلاية المبشورة اهي وهقوم نزلة بيها بس الزيت يسخن شوية اهو شايفين حضراتكم بدت اهي بتغلي هنبتدي نعد تقريبا ساعة الا ربع من ساعة ما تبتدي تغلي اهو اهو انا قلبتها النحية تانية وحسيبها لمدة ساعة الا ربع على النار تستوي هاجي هنا هقوم جاية نزلة بالبصل انا بقى من ناس تعلمت في البامية بالذات اما بتحط لها التوم مخرط على اديكي او على القطاعة بيطلع طعمها احلى كتير لما بتهرسيه اهو شايفين انا جايبها ازاي وبعدين بحطها ناية مش حط دلوقتي خالص يا سلام كمان لو في دلوقتي عندنا هنا فلفل اخضر هناخد ترايت فلفل اخضر كده حرقين هنحطهم برضو على البامية وهي ناية طيب حاجي هنا هاقوم واخد الريش على الشواية حشويها اهي بعد ما حطناها بمية البصل حطناها علشان خطر تتشوي دعالوا نشوف هنعمل ايه ايه دي البصل ايه ابتدت اهي تقول كمان معنا بس الريش جميلة تسلم يا جهر حاجي هنا عايز ااخد حتة كده من الزعتر ارميها مع الفراخ علشان تديني طعم حلو ايه رأي حضراتكم هنروح فاصل صغير جدا ونرجع نكمل مع بعض تكون البصلية احمرت كده ونشوف هنكمل ازاي عبال منشير الحاجة والطباق الورانا ونكمل مع بعض ونواصل ابقوا معنا موسيقى 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 دي بقى دعاء صلاحة وبيقولوا لها دودي موسيقى دودي بتحب التصوير موسيقى يعني دودي من الآخر كتالوجي الستان موسيقى موسيقى والم6 بالتة الوان موسيقى موسيقى افهمها وهتعيش في امان موسيقى دعاء بتاعشق التفاصيل اصلها في الفاشن ملهاش مسيل اصلها دي دودي اي مشكلة هنا لها مخرق دودي جاية بكوكتيل فقرات فقرات سينية لكل الستان لكل الستان وده كلام ثقة برعاية دودي موسيقى 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 حكايتك مع دعاء صلاح اليوم الخامسة مساء على النهر موسيقى موسيقى هذا البرمانج برعاية موسيقى هنبتدي دلوقت سي كومتوتشن قوية جدا بين فريق البنات موسيقى فريق الولاد موسيقى موسيقى كل يوم جمعة موسيقى نزمة المنبخ موسيقى موسيقى على ساعة عشر موسيقى 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 استنوني استنوني كل يوم جمعة عشر الصبح عشان نلعب ونفكر دايماً مع بعض ونساعد بعض في بنات وولاد موسيقى موسيقى هذا البرنامج برعاية بيقولوا هيتم دمج اكتاب مادة التربية الدينية للتلاميذ المسلمين والمسيحيين والحقيقة ان وزارة التربية والتعليم نافت الخبر بشكل قاطع واكدت احترامها لخصوصية جميع الاديان السماوية ومعتقدات كل دين على حجر ما تصدقش اللي بيقولوا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع البامية ومع الفراخ المحشية شايفين درجة لون البصل؟ هي دي الدرجة اللي انا عايزاها اهو حاوم نزلها بعصيل الطماطم بالشكل ده خلاص؟ هاقوم حتى التومة نية اهو بعدا ما نزلت بالتومة نية بالشكل ده كده هنزل بالفلفل الحار اهو وهقوم نزلة كمان بالبامية خلاص مش هقل بالبامية علشان ما تنزلش المادة اللازجة اللي فيها اهو وهغطي عليها تعالوا نشوف اخبار اللحمة هنا ايه ادي اللحمة ما حطناها بدت تاخد طعم الشاوي احنا واخدين في العادي ان احنا هنزلوا الرياش وارقون حطنها طب ايه رأي حضراتكم ان احنا نعملها النهاردة بالطريقة الجديدة دي ان احنا نديها سنة الشاوي ده وبعد كده ندخلها مع البامية هتدي معاكي طعم رائع طيب انا عندي هنا بقية الرز من عايز اجهزه كمان للفراخ لما تطلع ونشوف هنعملها مع بعض ازاي طيب هعلي النار هنا شوية كده هنقل البامية هنا بحاجيب طاصة علشان نحط بقى كده هنا الرز بطعم حلو قوي انا الرز ده عايزة سخنه عندي ضيوف بقى ومش هقول لهم ان انا حطى الرز بتعم بارح تعالي نشوف هنطعمه ازاي انا الزب ده فين ما علي قادي شوية زيت وهقوم نازلة بالبصلايا يدوبك حدبلها سنة كده صغيرة جدا هحط لها شوية الملح والفلفل وابتدي قديها سنة كده سوته وحاجيب الرز بقيته بقى هشوف انا هعمله ازاي هنزل هنا انا كمان بالبصلا تسخن اهو بالشكل ده بعد لما حمرناها في الشكل ده او مش تحمرت هتاخد سنة السوتاء الحلو قوي طيب انا لو عندي دلوقتي شوية من المرأ حاجة بسيطة كده وهنزل هنا شايفين هدي ايه حابة صغيرين جدا اهو هبتدي هسلك البرز بقى ده اللي هو اللي كان عندي في قلب التلاجة وهاجي هنا اقوم نازلة بشوية البهارات من اللي انا حطتها على الفراخ بالشكل ده وحطيت طبعا شوية من المرأ هاخد الرز ده وهقوم نازلة بيه فين نازلة بيه هن اهو بالشكل ده كده علشان يسخن وياخد الطعم بتاع البصلة وبتاع البسل اهو هاجيب اليد اهيه وبتدي اسلك الرز بالشكل ده كده اهو والدنيا سهلة وما فيهاش اي صعوبة شايفين درجة لون الرز بقت عاملة ازاي دي الرز اللي انا هحطه تحت الفراخ لما هتطلع هتشوفوها حضراتكم هيبا شكلها عامل ازاي اهو طيب حاجي هنا دلوقتي واقوم جايبة الطاجن اهلا هحط فيه البامية عشان انا هساوي في بقية في الفرن ايه الشواية وهي بتشويدي اللحمة مش هادر اقول لحضراتكم حلو قد ايه اهو هاجيب ده بقى هنا خلاص كده وهسيبه على جنب هنا كده شوية هاجيب البامية هتبتدي اهي بتغلي حل ممكن هاخد كبشة من الفيون بتاعنا هنا كبشة واحدة بس كده ها وهقلمها وههغطيها هحقدر جنبي هنا طبق علشان اطلع فيه الريش اللي انا هرصها على وش طاجن البامية انا شايفة الريش زي الفلة هاي هانيجي هنا هانيجي هنا ناخد البامية هاخدها ها هاخدها هاول اول اغرفة هنا فقل الطاجن عشان هادخالها للفورن طبعا دي بلمونة وجرجير ومش عايزين بيقى كمان نقول العش البلدي هو اللي بيتاكل بيه البامية الجميلة دي وبحطها في الفرن من تحت على فكرة هاي دي هنا وام جايبة الريس في شكل ده كده امرصة هنا اهو هاي دي كمان اخر ريشة عايزكوا تقوموا تجربوا الطبق ده ضروري جدا وهروح ادخله فقال الفرن هفتح الفرن هنا كده ه Thai هاه هة حته تحت zustكده يلقي شوية احنا عايزين مشير التعلام ده كده من جنبي هنا علشان نبتدي نشوف الصلطة دي بتاعة المقالي احنا هنعملها ازاي وعايزة بص كمان على الفراخ هنا نشوف اخبارها ايه عايزين الشوكة دي كده نخليها تغلي كويس قوي طيب ما تيجو نعيد كده طريقة الفراخ مع بعض احنا عملناها ازاي طريقة الفراخ عملناها كالقاتي حطينا الرز اللي كان بايت عندنا مع الاول الفراخ فتحناها ودأدقناها كويس قوي بعد لما خلينا القفص الصدري منها وشلنا العضمطين بتوع الدبابيس دأدقناها كويس وبعد اما دأدقناها تبلناها ببصلايا بملح وفلفل بعد ما عملنا القصة دي جبنا الرز اللي هو البيت حطينا معه بسلة وحطينا معه البهارات حشيناها لفناها في الستراتش بعد كده حطناها وسلقناها بايت الرز حطيت له هنا بصلايا زي ما انتو شايفين كده مخرجنا هيجيب الرز حطينا بصلايا مع الملح ومع الفلفل وحطينا كمان البسلة وحطينا شوية زيت صغيرين وبعد كده حطينا معلقة او كبشة واحدة من الشربة دفينا الرز فيها لان ده الرز اللي هيتغرف تحت الفراخ طيب هنيجي هنا دلوقتي نشوف بقى طبق المقالي ده هنتبله ازاي طيب احنا بنجيب البتنجال بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بيتقشر يعني بيتقشر صف وصف راق وراء انا بقشره بمقشرة البطاطس باخد خط ابيض وخط اسود عشان يديني درجة اللون ده بحمره بحمر الفلفل الاول لأ بتحمري ايه تعالي اقولك بقى الصح بتحمري البطاطس الاول عشان البطاطس هي اللي بتبقى عايزة درجة الزيت لسه طازة وما يكونش فيه حاجة فيها حديد تقوم تغمقلك البطاطس هي البطاطس فيها حديد اه ولكن البتنجال لما بينزر في الزيت بيغمق فلو حطتي البطاطس بعديه البطاطس مش هتبقى فتحة كده فبنحط البطاطس الاول بعد البطاطس بنحط الفلفل عشان يخلي الزيت يكرف طعم الفلفل الحلو مين اللي يشربه بقى البتنجال ياخد طعم الفلفل خلاص فبنعمل التلاتة دول بنحمرهم وبنحمر بصل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه هننزل بكل الكلام ده هنا هو في قلب البولة بتاعتنا دي كده مع حلقاء مع الطماطم المكعبات اللي احنا مقطعينها دي بقى هتتحيق بحياء سهل جدا انا هنا عندي التوم مع شوية الملح مع شوية الفلفل الاسود مع شوية خل مش هنحط طبعا زيت لان هي متحمرة اوپس ده ده انا حوالت كده الموزيع حوالت ادي الخل بالشكل ده وبعد كده هقوم واخدة الصلاطة دي كده مقلبها في بعض بالملح والفلفل والخل والدوم اهو طبعا دي اللي هتأكلنا اكل مش عايزة اقول لكم اكل السنين فلفل حرق او فلفل حار وهنروح نجيب ادي الطبق بشعنا اللي هنقدم فيه صلطة المقالي هنيجي هنا هناخد الكورومب الاحمر دايما بيبقى موجود في قلب الاسواق وده الحقيقة لما بنغرب في قلبيه كده بيبقى شكل الطبق عامل زي الوردة وبيبقى شكله حلو قوي اهو احنا كل ده سايبين الفراخ على النار لسه ما جناش جنبه هنيجي هنا ونقوم واخدين الكلام ده كله كده نازلين دي هنا شايفين بيتعاملة زي الوردية الجميلة ازاي اهو بالشكل ده وبعدين بقى لما نيجي نحط الاخدر ما نحطوش فوق الفوق الاحمر تعالوا بقى علمكم حاجات كده حلوة ما تيجي عايزة تعملي بقى شكل الوردة هتقومي جايب الاخدر حطا فين حطا فين اهو هنا كده تسلام لي يا جهر يحط في بس النار لان امطلع الهابو على وشي جامد قوي اهو نعمل كده اهو بناخد كده ورقة ورقة بنفتحها احنا لما بنيجي نمسك اي زهرة في الدنيا بنلاقيها الاخدر وبعد كده الاحمر اهو اتفاقنا مع بعض اللي هين بتشوف قبل لما الواحد ياكل اهو نحط هنا كمان واحدة الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ايه دي شافل الطبق بتاعنا بقى لما خلص هو كده الحقيقة عامل زي اللوحة الفرنية ملون نفسه بنفسه انا ممكن نحط دي كده اني كمان واحدة حمرة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده نروح نبص على الفراخ عايزة توريها للسادة المشاهدين انا بس هنا كنت عايزة الشوكة عايزين نوريها للسادة المشاهدين بقى شكلها عامل ازاي شايفين اهي واضح يا جهري معنا اهي ايه دي شكلها اهي لما استود بقى تعمل بالزبط زي الارنانة اهي خلاص هننزل بيها هنا عبال لما نروح فاصل صغير هطلعها من الميا وحطها في طبق وتشوفوا حضراتكم مع بعض هنعملها ازاي فاصل وانواصل ابقوا معنا هعمل لكو دي ان شاء الله بإذن الله يلا بينا انت امرأة صعبة ببعرفش عامل حسيت فترات رح تموت بحسني الصفة اللي ازا بدك اكتر وفقوا علي انا من الشخصيات محسيتش بالناد ممنش فمن الجرح مش هتكلم تاني في اي حاجة شرح تسيني اسكتين وشي الحياة من غير تطلعت أحلى تطلعت أحلى لو سهل قولي من دونك كمان أحلى ريم عايزة اي انت بتحب حالة الحب ريم أكتر حالة حب فزيعة انت ما بتحب رجالة الحليمين مقابلتوش برضو اطر الدين مع رغض شلوب الليل العشرة مساء على النهار لأول مرة في واحد من الناس نجم الكوميديا طلعت زكريا مع أبنائه إمي وعمر في حوار إنساني مختلف اللي انت تربيت عليه وربيتهم عليه هم متربيين على القناة يتحدثون عن حياتهم الشخصية والخاصة بعيدا عن الفن وعن أهم وأصعب المواقف التي تعرضوا لها بياخد رأي جدا طبعا إنه صديقي الصدوق وصحبي أنا بحكي له كل حاجة بصراحة ما بيحبش الكلام قاليني الكلام جدا وهي دي جدا جدا دي حاجة الناس تعرفاش عن دي انتظرونا في حوار جريء ومختلف مع عائلة فنية جدا في واحد من الناس مع عمر الليثي الاثنين العاشرة مساء على النهار هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة 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 ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفراخ الحقيقة أنا كنت عايزة اللي في النار هنا اطلعها بس يا لسه ما استودش طلعت اشوفها في قلب الاستراحة بتاعتنا او في البريك بتاعنا لقيتها لسه نية فاناكملت سواها وطلعت التانية اللي انا عاملاها خلاص هحط هنا زيت على زبدة بالشكل ده وحاجي هنا هقوم واخر الصلصة ومسح عليها اهي بالشكل ده هنحط شوية من الفلفل الاسود نحط شوية من الملح وانسح كده من الناحيتين وهقوم حطا كده علشان خاطر تتحمر واتعالوا نشوف هنعمل ايه انا بس ايه عايزة وريكم كمان طاجن البامي اللي في قلب الفرن بس انا نحتاجة جدا هنا عاصل الدنيا تخنة اهو ومنفعت ان انا اسيبها تعالوا نبصها على في الفرن كده ونشوف اخباره ايه شايفين شكل الطاجن مع الريش بقى شكله عامل ازاي هو كده خلص ممكن ان احنا ناخده من قلب الفرن ونطلعه حالا بس انا عايزة بص هنا برضو اهو ديبعا الجنب ده نبص من الجنب ده حلو قوي اللون هاجي هنا اجيب الطاجن اللي بيبقلل وحطه هنا كده الله 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 خرجنا الجميل دلوقتي هيتغزل ايوه هو ده هو ده الشغل يقصص جاه ها 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 طب هاجي هنا دلوقتي اتحطي النار وهروح اجيب المساج بتاعنا اقفع دي كده اقفع هنا وتعالوا نشوف هنقدمها ازاي هاجي هنا شير الكلام ده كده هنه اهو واخد دي كده شلها هنا هنطلع دي كده سلنا قدام وهقوم جايبة الرز الجميل اللي احنا فهرنا شايفين بقى عملنا طبق من طبق اهو كان عندنا في قلب التلاجة وما كناش عارفين هنعمل فيه ايه غيرنا اللون وغيرنا الطعم والريحة كل حاجة اهو بالشكل ده كده وتعالوا نشوف هنقطع الفراخ ازاي هاجي هنا واقوم جايبة السكينة الحامية بتاعتنا نجيب الطبق ده كده هنا على جنب بسم الله هنا هقطع القطع سميكة شوية علشان خاطر نحطها هاجي هنا واقوم واخدها كده ابتدي تبين شكلها من جوه وقادي شكل الرز بتاعنا بعد لما يتعامل هنييجي هنا ايه من احياتي كده حاجة حمرة مهم جدا الالوان دي لان هي الحقيقة بتفتح النفس قوي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وحنيجي هنا كمان ناخد الفلية الخضرة بشمان ان احنا نحط دي هنا كده مع الباق دي نساية ولا القزبرة الجميلة دي وهنروح نحطه على السفرة بتاعتنا النهاردة اللي احنا عملناها دي كانت الحقيقة عزومة جميلة وسهلة ومن قلب الحاجة اللي عندك في التلاجة فيه ناس بتبقى مخزينة بامية في قلب التلاجة فانتي حتجيبي الريش بس وعندك عصير الطماطم لو اضربتي طماطمتين وعملتيهم في قلب التلاجة شغالين برضو الفرخاية سهلة جدا وما فيش اي صعوبة في عميلها فكل الحاجات اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض دي كانت طريقتها وبسهلة جدا يا رب حلقة النهاردة تكون نالت اعجاب حضراتكم وكون قدرت ان انا ابسطكم زي ما انا ببقى مبسوطة وانتوا قاعدين بتشوفوني اشوفوا شكوا بخير في حلقة جديدة من الفهنة شكرا ليكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 يا ابطال يا بسانة يا عزيمة قوية والتحية من الجيش المصري في رجال الشرطة المصرية المصري بيعيش متضمم لما يحس وجودك بس ياللي بتحمل بتو الشارع ياللي بتدي اهل للنفس ايه نفعتكم يا ابطال يا بسانة يا عزيمة قوية والتحية من الجيش المصري في رجال الشرطة المصرية في دورك تحمل الجبنة لا وانا تريد ان نحن نحددنا ولكن وقت من مصر التنديد وحد انا وانت ودودنا ايه نفعتكم يا ابطال يا بسانة يا عزيمة قوية والتحية من الجيش المصري في رجال الشرطة المصرية من موقعك الاسماعيلية وتاريخك محفور بكفاح يا ما ضحك ويا ما بتضحك وبكفتي بكفتي وأرواح في نفعتكم يا ابطال يا بسانة يا عزيمة قوية والتحية من الجيش المصري في رجال الشرطة المصرية في باب الخلق نجمة برنامج The Voice الفنانة الأردنية نداء شرارة في سهرة غنائية خاصة مع محمود سعد تتحدث عن حكاياتها مع الغناء وحقيقة اعتراض أسرتها على دخولها عالم الفن وتفاصيل كونها المطربة الوحيدة المحجبة والأزمات التي تعرضت لها باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار الأحد الثامنة مساء على النهار هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحد احرصوا على البر البر باب للجنة لازم كل زوجة تفهم إنها هتتحاسب على تصرفتها البيوت تبنى على التودد وعلى التراحم وعلى حسن العشرة نحمد ربنا على العادات وتقاليد معينة ليه معرفناش نوصلها لولاد أعرف أحد صاحب مدرسة عمل حصة اسمها الأخلاق وجاب حد دنيا بس كتير تتخيل إنه اللي بتلقاتي نهاية الدنيا لو أنت بتتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل في دنيتك هتلاقي الترق في الإجابة لو قلت طب أنا إيه اللي يبسطني بتلاقي إجابة؟ لو فرحنا لهم أجعله خير وبنعديه سريعاً لكن لو حزنا بنتمادة ونعيش في حصة ناس كتير جداً متخيلين المرد الفعل العليف هو ده اللي هيجيب بي حقه سيدنا صلى الله عليه وسلم فعلنا من سيراته أن الصوت المرتفع علامة على الحلجة الضعيفة أشوف حضراتكم بألف خير سلموني وبكرة أحلى مع لمياء فهمي عبد الحميد اليوم الثالثة مساءً على النهار الحلم التجربة والحقيقة حلمك مهما كان بسيط أو مستحيل مش هتقدر تحققه ولا تمشي خطوة واحدة فيه من غير ما تكون مسدقه ومؤمن به وقتها بس بتكون مشيت أول خطوة نحيته الحلم ما بيعترفش بالظروف والقيود ولحتى بإمكانيات أصحابه لكن بيعترف بحاجة واحدة بس عزيمة أصحابه وقدرته منهم يوصلوا الطريق مهما بعد الحلم عنه أو حتى تأخر كل التجارب بتقول إن أعظم الإنجازات وأكبر البطلات والحكايات اللي حكاها التاريخ وعاشت كانت في البداية مجرد حلم الأصحابها لو ما كانوش أمنوا بيها وصدقوها وعاشوا وماتوا عشانها ما كانتش أحلامهم متحقق مين عايش عشان حلمه؟ مين اتحدى الظروف والعقبات؟ وقصر كل المستحيلات؟ عشان حاجة واحدة بس يحقق الحلم ده موسيقى التجربة هي الطريق التاني اللي كل واحد مننا مجبر إن يمشي فيه عشان يوصل لنعاية حلمه ويقدر يشوفه بعنيه موسيقى وكل ما كانت التجربة صعبة كل ما معدنك بيباني القوتك بتصعب وقتها بتسكنك قوة غيرها موسيقى قوة تخليك تتحور لطاقة أمل ونمر تمد بكل اللي حواليك بيه بالتأكيد ده مش هيحصل من غير ما يكون في حد أنت سامت عليه ومقويك ومخليك رغم صعوبة التجربة عندك يقين إنك هتوصل موسيقى وزي ما الزمن بيسيب علامات على وشوشنا وملمحنا صعوبة التجربة كمان بتسيب علامات في روحنا موسيقى تفتكروا لو ما كانش بيننا ناس مستعدة تضحي بنفسها وعمرها عشان تتحول الأرض اللي بنيجري عليها لطريق أمان كان ممكن من فينا يحقق حلمة أو حتى يفكر فيه الحقيقة هي الطريق الأخير واللي بتأكد لك إن حلمة كان في إيد ناس أمين عليه موسيقى كل ما تمشي في طريق الحقيقة وتقابل مصانع شزالة وإيد بتبني ومستشفيات بتعالج وطلاب رايحين مدارسهم ومشروعات بتكبر ومدن جديدة بتعلى وشركات بتجري وتسابق الزمن عشان تكون جزء من مستقبلك كل ده بيأكد لك حقيقة واحدة بس إن الطريق اللي انت مشيته هو طريق الحقيقة الطريق اللي حماك فيه ناس كانت وعتفضل أمين على حلمك ومصدقاه حاولت تكون في ظهرك ومعاك في كل خطوة من أول الحلم لنعيط في الطريق وهيفضلوا معاك لحد نهاية المشوار لإن حلمهم إنك تعيش متطمن وتتأكد إنك بكل بساطة في إيه بأمينة الحياة هي عبارة عن تحديات وهي معركة كبيرة جدا بنتعامل بطبعتنا بس جو مرعب المهم إنك تخلي حياتك كلها تحت السيطرة لا أكبر أن أكون تحت السيطرة ما بحبش حد يدخل في حياتي نعم إنتي بعض أنا أقولك إجابة كده على طول والسؤال مهم زينا نبدأ تحت السيطرة لكن اللي دايم حلاوة روحة والله ما ضربه من غير تذكير لا 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 إحنا الآن هنبتدي نلعب سوي I'm very in أعتبر مخاطرة دلوقتي الكلام في السياسة سأليني هالسؤال لأنه حصلت معي كتير حصلت معك لبابي يا لبابي واقف أمري أنا مش مستعرة من مهنتي خالص مش طعب أنا فز أحد أنا ما بحبش أتكلم في المواضيع دي عايب نحكي بهذا الموضوع إزاي يعني أنا ممكن أشوف راجل بيدلع أنا بعقب عن خبر أنا ممثل برضي تمام ما بزاق أنا مش عايزة أغلط أكتر من كده تحت السيطرة مع أرواب الخميس العاشرة مساءً على النهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم ازاكم عاملين ايه؟ مواردة حلقة جديدة ان شاء الله تعجبكم عاملين حاجات خطيرة جداً ركزوا معي بصوا هعمل نص فرخة محشية حاجة كده غريبة هنقطع الفراخ نصين وهقول لكم ازاي نحشيها بطريقة يعني ايه؟ زريفة جداً وتبقى نص فرخة شكلها جميلة قوي وسهلة جداً هنعمل لها حشوة بسيطة هتبقى شكلها طحفة وهعمل قالب رز بالبسلة واللحمة المفرومة شكل لطيف جداً ممكن يليق قوي مع الفرخة ديت او يتحط برضو طبق جانبي مع اي مشويات او حاجة زريف وسهل وبسيط جداً واخر حاجة هنعملها هنعمل فروت سلط سلطة فواكه بالكريم شانتي لذيذة وسهلة وشكلها الحلو هيخلي الولاد يكلوها ايه؟ حتى تكبتتك على طول وهتبقى حطيرة هنبتدي اول حاجة بوصفة الفراخ ايه وهقول لكم دلوقتي حالاً المقادير اهي كلها كده هوسع ايه؟ الدنيا حواليها الاول واحكيلكو بقى الحكاية بصوا بصوا عشان ايه انا معايا فراخ اهو اطعناها نصين من عند السدر تمام؟ مش من عند الظهر يا فاهمين او عادي برضو عايزين تقطعوه من عند الظهر مفيش مشكلة بس انا مش عايزة ايه؟ الجلد بتاع الظهر يتفتح انا عايزة الجلد بتاع السدر هو اللي يبقى مفتوح وهوريهالكو دلوقتي عاملة ازاي؟ ومعايا تقريباً نص كوباية من الرز المصري تقريباً الفراختين دول هياخدوا النص كوباية او ممكن ايه؟ عليهم علاقتين كمان من الرز المصري معايا بصلايا متقطع صغير معايا فصين طوم معايا تقريباً نص كوباية من الكبد والاوانس وهنا حتى الاوانس مسلوقة نص سلقة ومتقطع ايه؟ حتة صغيرة والكبد ده متقطع صغير ملح وفلفل سبع بغارات رشة من جسط طيب ورشة شطة كده خفيفة جداً وهنسويهم ونزبطهم في معلقة سمنة كبيرة وبس خطيرة جداً انا عايزة اول حاجة بس هزبط الام الرز تمام؟ عشان اقول لكم انا هعمل ايه؟ كده اهو وايه؟ ونشغل النار لهذا الشكل وهجيب السمنة جنبي والبصل والاوانس والكبد الاوانس بقى والكبد ده بنخسلهم كويس جداً ونخسلهم بالدقيق والملح والاوانس طبعاً بتاخد وقت شوية في التسوية احنا الافضل ان احنا نسلقها وتقطعيها حتة صغيرة زي ما هم تقطعها كده هتبقى افضل بكتير يعني هتنجز معاك على طول وايه؟ وايه بقى تعالي فين؟ تعالي انت يا حلوة ايه خلاص اهي سخنت هناخد الزيت هنحط كده بس معلقة واحدة زيت وبعدان ههط سمنة تضغم بس سمنة سمنة بس كده ايه؟ تسيح وهنزل عليها على طول بالبصل والكبد والاوانس والتوابل واخر حاجة هحطها الرز ومية سخنة وانا عايز الروز ده يبقى نص سوى ما يبقاش يعني سوى كامل عايز اوريكو طبعا ايه؟ عبار مرحل سمنة بس كده تتيح وتشد عايز اوريكو الفراخ بصوا نص فرخة انا هحشيها بقى من هنا من المكان ده كده اهو هوسع كده بايدي بصوا كده اهو كل الواسعات اللي انا بعملها دي هي دي اللي انا هحشي فيها الرز لكن هنا ده كل ده مقفول وهنا نفس الحكاية هنوسع كده بالروحة بس مغير ما نبهدر الدنيا وتقدميها على ايه؟ على انها نص فرخة بتعملي منها بقى العدد اللي انت عايزاه زي ما تحبي كده اهو كده اهو نوسع كده ما بين الجلد واللحم تبقى بقى ايه زريفة جدا شكلها حي وقوي في التقديم بتعجبكوا اول ايه اخبارك يا سامنة ايه خلاص السامنة ساحت هننزل على طول البصل اول حاجة كده اهو تشوح بس كده ايه؟ تشويح خفيفة نلبس الجلبزات كده اهو طبعا انا برضو للمرة التانية على التوالي نسيت كوكو اصلا هو قاعد مع انا صامت كده بس يعني ايه؟ بركة برضو يعني ايه؟ وانس زاك يا كوكو كوكو بقى ده جميل قوي ببص له كده ببص الالوانه بتفائل كده اهو ايه دي البصلة تمام ومعايا الطوم خط الطوم البصل والطوم وهنزل بالاوانس وانس مسلوقة متقطعة صغرنون كده ولما تتقطع ثواري يبقى افضل علشان في الحشوة تبقى حالة ومتبقاش حتة كبيرة كده هشوح الاوانس الاول وهي اصلا السوية اهو البصل والطوم يجننوا هخط كمان الكبدة كده هو الريحة الظريفة الكبدة بس كده تلون وهبتجي على طول حط البهارات اول حاجة هحطها على طول الفلفل الاسود علشان ايه اشم ريحته مع السمنة والكلام ده كله لهذا الشكل الظريف كده اهو والملح بقى طبعا هذي الاشياء كده ومعي جسط طيب والسبع بهارات ورشة الشطة رشة الشطة زي ما دايما بقول لكم بتبدي كده طعم يعني خفيف قوي ولسع خفيفة ما نخطش منها كتير بتفرق وتبقى طحفة اخط بقى ايه سبع بغارات او بغارات لحمة يعني الاتنين زي بعض كده شوح وجسط طيب كمان كده هون الله على الروايح فضيعة بعد ما كل ده تشوح انا بالمناسبة على فكرة بعمل نفس الحشوة دي في الحمام بس طبعا بدل الكبت والاوانس بتاعة الفراخ بحط الكبت والاوانس بتاعة الحمام واوقات برضو بدعم كبت الاوانس الحمام لما قاموا بقوا قليلين شوية بدعمهم اكتر بالايه بالكبت والاوانس بتاعة الفراخ نسو بقى يعني الحشوة دي اصلا طحفة كمان لو هتحشي فرخة كاملة لو هتحشي حمام كداب لو هتحشي حمام عادي ما بيكدبش او حتى النص فرخة الظريفة اللي احنا هنعملها دي يعني هي حشوة ظريفة قوي بس كده كدت لها بقى موية سخنة كده هون وعايز اسوي الرز ده نص سوى يعني هسيبه بس كده بتاع ايه تمن دقايق بالكتير قوي عشر دقايق على النار نص سوى لان انا هحشي به الفراخ وهتبقى ايه هتدخل الفرن لسه علشان هي كمان تستوي فالرز دي استوي معاها همام فانا هسيب ده وطبعا بعد ما بيستوي بنهدي النار عليه ونسيبه يبرد ايه خمس ست دقايق كده لحاجة قبل ما نحشي به فرخة فانا طبعا معايا رز هين الرز دي يا جماعة اللي مستوي انا عملها دور عليه اهو يا جماعة عذروني السن بقى الظاهر ايه بصوا عايز اجيب الصينية لانا هحط فيها الفراخ جنبي كده هنا اهو واجيب النص فرخة الضريفة دي كده اهو كده ومعايا هوق الرز اللي ايه اللي برت بقى شوية ده وهدخلوا ايه جوه الفراخ كده بيبقى تحفة كده اهو بقى حشيها حشيها حلوة كده تمام وهدخل الفرن وهدخل الفرن بقى الفراخ تشوي والرز يكمل تسوية معاها ومش هنقفلها ولا هنعمل فيها اي حاجة نسا عايزة ايه اخط شوية كبت وقونس كده الابين فيها ايه وكده لهذا الشكل الظريف كده اهو وبتبقى مقفولة بقى من الناحية التانية لو تخلوا بالكو الجلد بقى من الناحية دي ما بيبقاش مفتوح لان احنا ما سلكناهوش ولا اي حاجة لكن هنا بيبقى ايه مفتوح ونحشي بيه براحتنا ناخد الحلوة دي كمان كده اهو نسلك ما بين الجلد واللحم بتاع الفراخ بصوابعنا كده بالراحة نحاول على قد ما نقدر نحافز على شكل الجلد من غير ما يتقطع كده اهو ونجيب الرز نندخله كده جوه وفي الدبوس كمان يعنو ايه بقى زبطوها يعني تبقى هي ودبة الرز مع الايه مع النص فرخة من الظريفة اوي تمام وكوكو طبعا ايه يعني اكيد اه فعلا اه اه صح يا استاذ احمد صعبت علي نفسه القرابة برضو يعني ايه كده اهو بصوا وما نقلقش بقى ان احنا حشينها احنا مش حشينها كتير اوي ولا حاجة واحنا مش هنحطها بقى ايه تتسلق انتو مهمين قصدي يعني احنا هنحطها في الفرن فمش هنخاف ابدا ان الرز ايه يفك منها او اي حاجة كده اهو وهعمل ايه بقى هحط ملح وفلفل على الفراخ من فوق وهدهنها برضو بحطة سامنة وهندخلها الفرن بتتشوي احنا بس ايه اهو تبقى يا جماعة ظريفة جدا وشكلها كمان حالو دي فراخ طبعا ايه فراخ بيضة مش فراخ بلد احنا ايه مرشلها كده ايه رشة ملح كده خفيفة قوي هاجة خفيفة خالص وعندنا بقى ايه فين الفرشة الفرشة مش موجودة مش مشكلة السامنة بقى دي ولو سايحة شوية يبقى افضل ندهن بيها ايه جلد الفراخ الهو عشان يديها لون حل هدهن 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 لو عايزة تحطي برضو اي بهارات تانية عايزة تدعاكي الفراخ نفسها باي تدبيلة تانية براحتك خالص وتعملي نفس الحكاية زي ما انت عايزة بس انا شايفها كده بصراحة هيلة مش محتاجة اي حاجة كمان بس هدخلها الفرن طبعا انا محضرة اكيد بس هي لسا في الفرن اللي اللي بتتعمل هدخلها اهو طبعا هنا لو الكاميرا معانا تجدينها بقى اللي احنا ايه بصوا لان هي خلاص خدت لون هايل شايفين تمام الكاميرا جايبها ولا ايه اهو بصوا بتاخد اللون ده بتحفة بتبقى جميلة جدا هيلة جدا اهوة بس ايه عليها الفرن عشان تبقى انطلعها وقت التقديم ودي كده خلصنا الاول عندنا فاصل اوكي فاصل صغير جدا وسوف اعود ان شاء الله من قديم بالقديم اوكيكوريد بطارية جودتها عالمية من رمسيس يوسف عطية سانتا مورا رجعت وبتقدم العيلة يعني الحب يعني القلب يعني الدفاع وفي حضن جوردين دوب البرد اختفال عيلتنا في الشتاء فرحانة مرتاحة وداف يانا والسقعات مش فرقة معانا جوردين دوب على طول في قدتنا باقت واحدة من عيلتنا حضنها ودافة لمتنا جوردين دوب في قدتنا جوردين دوب من رمسيس يوسف عطية الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والنكاليف تعمل مظاريف والمظاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود ايوه روحوا رانين هتلاقوا مبادرة تجهيز العرايف لحد نهاية شهر يناير هتلاقوا عروض على قطقم الصيني وادوات كتير منزلية واجهزة كهربائية وكل ما هو متعلق بتجهيز العرايف قبل نفاذ الكمية رانين عشرة سنين ايوه ايوه انت امرأة صعبة ببعرفش عملك حسيت فترات رح تموتة بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر وفقوا علي انا من الشخصيات محسيتش بالنهاية ما منشفى من الجرح مش هتكلم تاني في أي حاجة شخصي اسكتيني مش الحياة من غيرت طلعت أحلى طلعت أحلى طلعت أحلى من دونت كمان أحلى ريم؟ عايزة أين؟ انت بتحبي حالة الحب ريم أكتر حالة حب فزيعة انت ما بتحبي رجالة الحليمين ما قابلتوش برضو قطر الجيل معرى غدا شلوب الليلة العشرة مسافا على النهاية إصحى علينا إصحى علينا إحنا جيدا إحنا كان له نصيب إن هو يقبل في كلية الشرطة ودي كان طبعا بالنسبان وبالنسبان فرحة كبيرة يعني فرحة بيهم كان هو الجيش من هو صغير فرحة كبيرة في رفندم أنا عايز أدخل سينة ودبخوش سلاح الصاحرة قطر عفتا موتا عشانك يا مصر صغرتي يا موولي أميلا ورح تقلت لي فرحة كبيرة ماما أبقى عارصة الجنة ولا أبقى شهيدة هو اللي مات شهيدة بيموت مش نسيهم أبدا ده أولاد وكان اللي أخورا بيهم وفرحة بيهم الحمد لله ربنا استجاب له دعيه وبقى شهيد وأنا دلوقتي بقيت قوم الشهيد شرف لي انا جيت هنعمل دلوقتي الوصفة التانية قالب الرز بالبسلة واللحمة المفهومة لطيف جدا وطبقة كده سهلة خالص مش هاخد منكو اي وقت وخطير بص اه هقول المقدر الاول عشان ايه نشتغل على طول انا معايا كوبايتين من الرز البسمتي معايا كمان كوباية او كوبايتين من البسلة يعني حسب كمية البسلة اللي انت عايزها بسلة فروزن اللي هي مستوية او بسلة فرش طبعا بس ايه تسلوئيها تديها كده نص سلقة ولا حاجة ومعايا كمان نص كيلو من اللحمة المفهومة شوية منكسرات دوعان بك يعني لو حبة ملح وفلفل رشة قرفة ورشة من جسط الطيب وبس خلاص شفتوه سهل جدا وبسيط انا اول حاجة هعملها عايز اعصج اللحمة المفهومة ايه اللحمة عايزة البس ايه الجلفزات كده هون علشان 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 ايه علشان اي حاجة ما عرفش ما عرفش ايه جماعة ما عرفش انا بقول اي كرام كده هونجيب دي ما نحط اللحمة اللحمة فيها نسبة دهل فانا هحطها على طول هشوحها كده على طول في غير ايه اي زيت ولا اي حاجة كده هونجيب كده هونجيب كده هاتبصوا في الطقسة هتبصوا كأنكم كنتوا حطون زيت بالضبط او اي مادة دهنية من كتر مع ايه اللحمة هتلاقيه هنزلت دهنها كلها زي ما بابتوا شايفين كده هونجيب حطلها بقى البصل مادام نزلت الديهن بتاعها بقى نخطلها البصل مصالايا مبشورة ناعم عشان تدوب كده مع اللحمة ما تبقاش باينة قوي واحنا اه بنقدمها تبقى دايبة كده معاها وفي نفس الوقت تبقى ايه اه مدية طعمة طبعا للحفة. كده اهو. حط بقى ملح وفلفل. ملح. كده اهو. وفلفل. تمام. ومعي. جسط الطيب. ومعي القرفة. تنة قرفة كده ضغطة. ما ينقلب. ملل نار. تمام. بهذا الشكل الزريف واللحمة هتتعصج عادي خالص مفيش مشكلة. ولا حطنا لها نقطة زيت حتى ولا اي حاجة. هنستكفي بالدوون اللي في اللحمة. كده اهو. وهو الطبق ده احنا هنركبه على بعضه. هاي بقى زريف جدا وتعمه حالد. تبقى اللحمة كده ايه? تتعصج. نروح نعمل الرز. الرز ده ابيض عادي خالص. بس ماتي. يعني مفوش اي حاجة. هنحط بقى شوية ده. يعني كده معلقتين. معاي الرز البسنتي هحطه. عايزة بقى تسقيب بالشربة اوكي? عايزة تسقيب بمية ومعاها مكعب ملأ اوكي? عايزة تسقيب مية بس ما فيش مشكلة. يعني زي ما انتو عايزين. طبعا لو شربة يبقى احلى حاجة. انا بقى ايه? بدي الرز تقليبة في الزيت. ده بيخليه فلفل ويبقى حالي. اوه. واحطوله بقى ملح وفلفل. ملح. وفلفل. نقلب. وهحط للرز مية سخنة. عادي خالص. وعادي بس اقلق اللحمة دي. خبارها ايه? بحيتها بقى ايه? فضيعة. كنت تسيب مأسنة الارفة طبعا مع البصل. تجنن. عايزة بقى احط مية سخنة. للرز هنا. وهيستوي بالشكل العادي مفيش ابدا اي مشكلة. وده هوا. هغطير وسيبه. ايش حياتي. واللحم خلاص تمام. عايزة اعمل ايه بقى كمان عايزة اشغل العين اللي جوه دي. عايزة بس كده ايه? البتلة اديها كده ايه? تشويحة خفيفة قوي. ما عام على الدين. سيجي اللحمة المفكومة خلاص. كده. وقلم هذي الاشياء. كده اهو. تشويحة المكسرات والبتلة. بس كده ايه? معلقة ديت واحدة. اللحمة هي ايه? ضريفة خالص. هايزة بقى الزيت بس كده يسخن شوية. وهنزل يعني ايه? للبسلة كده. اه ده كويس كده. تاخد لها بس كده كشويحة. ولو فيه اي مية زيادة كانت فيها مكان ما هي طبعا مجمدة زي ما قلت لكم. ايه? فضوها منها. ما تنزلوهاش بالمية خالص. بقى مطي العين. وقلق الرز. انه بقى ايه بتدى ايه? يطلع دخان. هيحبر العفريت كده. ها ها. ايه. واللحمة المفرومة خلاص. فانا كمان معايا لحمة مفرومة تانية. والبسلة احنا ممكن بقى نجيبها هنا كده. عشان ايه? تلون وتشد شوية. وكده. يعني مش تلون تشد كده شدة خفيفة خالص على النار. مع زيه? تل مع بس كده. ولو فيها اي مية تتبخر. تمام? اه تمام يا لابا. معايا ايه بقى بصه? قالب كيك شكله ضريف. ممكن انت لو عندك اي قالب كيك تاني او عندك حتى سنية بايريكس مثلا ترصي فيها. زي ما انت عايزة يعني مفيش مشكلة. بس كده تلسلنا. وطبعا الرز زي ما قلنا هنسويه بالطريقة العادية خالص. انا محضرة طبعا هنا رز عشان الوقت. المستوى اهو رز ابيض. زريف مفوش اي مشكلة. طب ايه ناخد بقى من المعلقة دي. علشان نحط نضبوط. اول حاجة خلص هحطها هو الرز. في الحاجة. خط كده ايه? عشان بقى ايه الرز نعمله نقلبه. بيبقى شكله حالي. اهو. بسلة اخبارها ايه? تمام. ما عايزة البسلة بس كده تشكشت. هضغط الرز كده. معلقة كويس. اهو. كده اهو اقصى قوة فعاص الرز. بوازي الرز. ايه يعني نضغط عليه. ولما بيبقى بارد بيبقى افضل شوية. ما يبقاش سخنة قوي. علشان ما يعجنش. كده. وادل بسلة خلاص. كنو بديها رشة خفيفة قوي كده من الملح. الفلفل. عشان نبقى طعمناها. دينالها طعم كده زريف مع التشويحة اللي هي تشوحتها دي ممكن كمان تشوحوها في حتة زبدة. لو عايزين يعني هو بصوا الطبق كله ايه دهونه بسيطة. يعني ما بكوش قوي حاجات كتير. ما بكوش زيت بقى وزبدة ومتاع يعني ايه تذكروا هذه الحلقة عشان ما حدش يقول لي كله سمنة سمنة وكله زبدة اهو. احنا عملنا اللحمة المفرومة عصتجناها ولا نقطة زيت ولا سمنة ولا حاجة. وخدنا للروس دي معلقتين. وللبسلة ايه? حاجة بسيطة قوي. اه اكلة خفيفة خالصة هي. من الدهون. دهونها قليلة. شده ونحط بقى البسلة. البسلة عملا تجري مني. بس ولا بيهمني برضو. وكل بقى ايه يعني البهاريز اللي بسلة اتشوحت فيها كده دي هتنزل دلوقتي على الرز هتبقى حلوة قوي. كده. هضغط عليه خفيف. وهجيب اللحمة المفرومة فين اللحمة المفرومة يا جماعة. اهي. عشان دي برضو بردة شوية. حاضر. حاضر. واحط عليها اللحمة المفرومة من فوق. وهتبقى حطيرة بسيطة ما حاسة فعلا ان انا ايه? بهدلت الدنيا. اه بصوا بقى وما خافية كانة اعظم. كل الحاجات اللي تحت دي شيلها كده. مستخبية تحت الصينية. كده اهو. بس الدنيا تبقى رايقة. بدون لحوسة وبهدلة. كده اهو. طبعا يا استاذ احمد. استاذ احمد عبد الحميد. المخرج. المخرجنا. مخرجنا العظيم. ايوة. بنا يخليك يا رب. كده اهو. فقط بقى اللحمة المفرومة. كده اهو برضو. وهحط رز تاني كمان. من فوق. وهخلي شوية لحمة مفرومة عشان هحطها برضو على الوش من فوق. الناس اللحمة دي نرفعها من عنار بقى الحسان ايه يعني خلاص. بتقولي الحقوني. كده اهو. كده. قلب رز بسيط جدا وحلو قوي شكله بقى حلو قوي. كما تيجي تعمليه ايه? عالصفرة كده مع الاكل. هيبقى ظريف. هيعملك قلق. حط بقى شوية رز كمان. هنا كده. نقفل بيهم هذا الطبق. ميت الرز كلها اهو. تمام التمام. كده اهو. زي ما قلت لكم انا مكلية لحمة مفرومة كمان علشان بعد مقلبه احطها عليه من فوق. كده اهو. كل الحاجات مستوية وظريفة انت بقى ممكن ايه? تبقي سايبا كده مثلا. ومغطيها وحطها في الفرن. الفرن يبقى دافي يعني تبقي كنت مشغالة الفرن ولا حاجة. وطفيها ودافي. قبل التقديم يكون الحاجات دي كده ترستقت وريحت مع بعضها وتقومي قلبها. تمام. احنا دلوقتي عندنا فاصل. فعلا. طيب خلاص. ماذا اقول بعد ما قال المخرج? ماذا اقول بعد اقول لما قيل? دارش اتكلم حضفك المخرج طبعا يا فندم طبعا يا فندم والله. لا ماليش اي رؤية انا ماليش اي رؤية انا بلا رؤية. شكرا يا سيدا. اه فاصل قصير جدا ان شاء الله وسوف اعود انتظرونا. هذا البرنامج برعاية. الصلاة يا مسلمين الصلاة الصلاة يا موحدين الصلاة الله اكبر 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 الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله 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 أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنتمورة رجعت وبتقدم العيلة يعني الحب يعني القلب يعني الدفاع وفي حضن جوردين دوب البرد اختفى عيلتنا في الشتاء فرحانا مرتاحة ودكيانا والسقعان مش فرقة معانا جوردين دوب على طول في قدتنا بقت واحدة من عيلتنا حضنها دفة لمتنا جوردين دوب بقتميتنا من العمسيس يوسف عطية الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والنكاليف تعمل مظاريف والمظاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصمي كبير ليكم موجود أيوة روحوا رانين هتلاقوا مبادرة تجهيز العرائص لحد نهاية شهر يناير هتلاقوا عروض على قطقم الصيني وأدوات كتير منزلية وأجهزة كهربائية وكل ما هو متعلق بتجهيز العرائص يلا إلحقوا العروض الحصرية قبل نفاذ الكمية رانين عشرة سنين سنتمورة رجعت وبتقدم لما البهدي يملأ بيتي لما السق عادم لأقبتي لما الشيطة يجي والتلقيزي والسيكوري بطانية في الشتاء ما عند اللهية والسيكوري بطانية من الآخر ميامية والسيكوري بطانية جودتها عالمية من رامسيس يوسف عطية الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مظاريف والمظاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم عرض النهاردة من مبادرة تجهيز العرائص من رانين بالتعاون مع نوبال طقم العروسة طقم 13 قطعة لوفلي هارت زاق الطقم سراميك 14 قطعة زاق الطقم ستانلس 13 قطعة زاق شنطة معالق 86 قطعة زاق 3 أجهزة كهربائية زاق الطقم عصير 7 قطعة إماراتي بس 999 جنين رانين عشرة سنين سنتمورة رجعت وبتقدم لما البرد يملى بيتي لما السقع عادم لقبتي لما الشتة يجي والتلجيزي وتسكوري بطارية في الشتامة عند اللهية وتسكوري بطارية من الأخير بيامية وتسكوري بطارية جودتها عالمية من الأمسيس وصفاتية أنت أمرأة صعبة أبعرفش عملك حسيت الفترات رح تموتك بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر توافقوا عليها أنا من الشخصيات محسيتش بالناد ما منشفى من الجرح مش هتكلم تاني في أي حاجة شرح سيني اسكتي مش الحياة من غيرك طلعت أحلى طلعت أحلى سهلا من دونك كمان أحلى ريم؟ عايزة إيه؟ أنت بتحب حالة الحب ريم أكتر حالة حب غزيعة أنت ما بتحب رجالة الحليوين ما قابلتينش برضه قطر الدينة مع رغض شلوب الليلة العشرة مساء على النهام على النهام يا مساء الفل إزيكم عاملين حاجات المواردة بقى خطيرة جداً بصوا أول حاجة بقى إيه هبتدي بيها هتخش المطبخ ساعة زمن بقى خطلها بقى شوية شورة مفيش أسال من كده السوء دلوقتي كله مليان أنواع كثيرة من الدقيق هياخد يعني عشر دقيل ممكن فراخ ممكن لحمة لطيف وهنقدره بشكل حلو قوي بايريكس كوسة بالباشاميل سهل جداً هتطلع مخلصة الأكل وغزل الموعين الاثنين خلي بالكم ما تبهاش بقى على الأطراص بصوا أكفصنا أنا بحضر العفريت السلام عليكم أكل بيتي مع مروة شفعي اليوم الثانية ظهراً على النهار هذا البغمانج برعاية موسيقى 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 أنا جيت أنا عملتش أي حاجة أهي زي ما هي وهنقلبها سوا مع بعض وهنطلع على الفراغ وهنعمل الفروت سالات اللطيفة جداً إن شاء الله تعجبكم فإحنا ممكن نعمل إيه؟ نقدم وبعدين نعمل الفروت سالات صح عشان نقض نفن فيها براحتنا صح كده بص بسم الله بسم الله هنقلب القلب ده بس كده وخلاص استانوا بس إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده اهو اهو ان شاء الله ما يقعش بعض حاجات بسيطة مفيش مشكلة عندنا بقى شوية لحمة مفرومة كده ممكن ايه؟ نحط كده اهو القليل من اللحم المفروم لو تحبه يعني وكده نحط شوية مكسرات وخلاص وما يبقى ايه؟ خلفنا قالب الرز الظريف جداً إن شاء الله وهيعجبكم مكسرات اي حاجة بقى بصوا هنا ايه؟ في زبيب مجفف بقى لونه احمر مع فوزه مع الجمل اي مكسرات عايزين تخطوها حطوها هتعمل بشكل زريف هتبقى ايه؟ الطبق كده ايه؟ فاخر مفتخر او من غير مكسرات خالص مفيش مشكلة بس كده كل بقى ايه؟ الزيادات دي ممكن نشيلها مشان ننمك الطبق ويبقى ضريف عدوا انتوا بقى فنوا كده في البيت وعملوا الحركات والحاجات اللي تخلي ايه؟ الطبق شكله حل مش ملاخضات ولا حاجة وانا بقى ايه؟ احطوا واشيل بقى كل اللحواسة اللي انا لحوزتها دي طويلة كده ها بهذا الشكل الظريف نشيل كل اللحواسة دي هنا اهو وكمان ننظف هذا المكان ننظف المنطقة دي كده علشان نعمل بقى ايه؟ الفروتسالات الظريفة جدا السهلة قوي بس انا برضو ايه؟ نطلع الفراخ صح تيجو نطلع الفراخ الاول ايه رأيكم؟ ايه رأي طلع الفراخ الاول خلينا نخلص خالص من كل الحاجات اهو يا سلام بقى ايه؟ استوت بقى الظريفة وامورة وحلوة اوه نجيب مثلا الطبق الحلو ده دي مايزة حط هنا برضو كده نص واحدة قدامكم هنا تبقى فكلاها ضريف فاحنا ايه؟ ممكن ناخد الحلوة اللي في النص دي وحطها هنا كده ونجيب بقى ايه دول بصو شكلها يجنن ومفتخرة كده ومفذيعة كده هون كده هون ازا شير بقى السخنة دي من هنا عشان نوسع مكان برضو ومعين بقى مثلا ايه؟ بقى دونس بقى ايه؟ ندلع الفرخة ونحط لها اللي بقى دونس اللطيف او الكوزبارة برضو يعني بصوا زي ما انتم عايزينه عشان يبقى شكلها حلو برضو هنا كده هون هون والفروتسلات بقى سهلة خالص انا بس ايه؟ يعني عارفة ان في اطفال بيتفرجوا علي دايما يعني كل الامهات بتبعثلي ان اولادها بتفرجوا علي وبتفرجوا على كوكو اللطيف الامور ده فانا قررت النهاردة نعمل لهم فروتسلات كده لطيفة يشوفوها ويشوفوا الالوان عشان ماما لما تعملها لهم يكلوها لينها كلها فواكه ولذيذة جدا طبعا نحط لها كريم شانتي تحف كده اهو وايه مسلا كده اهو عارفين يا جماعة انا بحب ايه ادلع الطبق شوية معلش كده شوية طماطم لطيفة خالص اهو الطماطم جريت مني يا كوكو بس جبتها برضو كده اهو نحطها هنا نحطها هنا بهذا الشكل الظريف معايزين نجيب برضو ايه شريخ دي هنا كده كده ممكن كمان نحط لها برضو هي كمان تشيري تشيري تماتو خلو بقى الواحد يقض يحدف كده بدل ملف اهو بس جون جبت جون يلا بقى نخش على اللي بعده الله انا طلبت سنرا محدش تقل فيه واضطرة ماضطرة عملك اضطرة حدفة معانا بقى المقدير ايه اي فاكهة عندك في الدنيا هتنفع احنا محضرين طفاح برتقان عينب فراولة كيوي احنا محتاجة سنرا فعلا يا جماعة هجيب الحاجات دي ازاي تعالى يا برتقان والعينب هجيب الفراولة و الكيوي دول ازاي بقى كده يا كوكو بص هفضل لفة لف ماشي يلا بس كده تمام ومعي القرمة الخشب اللطيفة دي هجيب استكينة ونقطع شوية موز نفن خلاص نخلي الحاجة هنا كده جنبي نجيب ايه نحط فيه القشر الحاجات عشان البسكت بعيد علي ننزل المقدير وهي اي فاكهة في الدنيا مفيش مشكلة انا محضر رموز طفاح عينب كيوي عشان لونه اخضر و الكيوي طبعا الولاد ما بيحبوش يكلوه عشان هو مزز شوية لكن احنا لما ندخله بقى مع فواكه تانية هيبقى ظريف وهيتجل اهنين قص دي بهذا الشكل الظريف احنا ممكن ناخد لنا ايه موزايا كمان موسيقى كده هون موسيقى موسيقى ونقطعها برضو عشان الولاد يحبوها ولازم كلهم يبقوا فاهمين ان الفاكهة مهمة جدا جدا لجسمنا والمخنا بايا عشان نفكر كويس وعشان حتى كمان نعرف نلعب كويس اللي مبياكلش كويس بيبقى على طول تعبان ومش قادر يلعب ومش قادر ينام صحته تعبانة لكن اللي بياكل كويس بيبقى خطير واللي ياكل اللي قدرسوه ينفع نفسه والقفة مو ادنين يشيلوها اتنى فيه كده شوية حاجات ما عادش فيها نقطع كفاح كفاح الاحمر نو معايا فراولة زي ما قلتلك وكيوي وعنب وبرتقان كل دي فاكهة ظريفة جدا بس احنا بقى ايه طعمه كعراته غنونة شوية علشان ايه مايبقاش ضخم كده مايبقاش عارفين ناكله بس كده ناخد كتة الاخيرة دي نشيلها كده حاضر برضو اتأخرت برضو هارف بياد باعمل ايه في نفسي ماذا افعل ماينفراش اصلي اقطع الحاجة قبل قبل الحلقة يا جماعة التفاح كان هيسود مواعي دي كلها رايحة في حتة تانية ماتش يا وستسطة جاي جوزي برضو بس انا لقى كده هفضحه بقى خلاص مش مهم يبقى مثلا ايه اصلا لسه صحي من النوم قطل ايه بيكلم واحد صاحبه بقى يقول له ايه يا ابن انا خلاص داخل عليك انا داخل عليك دلوقت اه ده بصلك صحاتش يقول له بقى ان شاء الله مش هيشوف الحلقة دي قطيت عينب رولة كيوي بورتقان ده في ليه البرتقان يعني احنا البرتقانة قشرناها ساهمين علشان تبقى ايه وهي بتتاكل كده بتبقى زريفة فانت تقشريها برضو الولاد ايه هيكلوها وايه كمان احنا كان معنا اه معنا شوية عصير بورتقان العصير اناناس اي عصير شوية كده زمنين تمام عايزة تحطي عصير ابيض حطي بصو بقى وسهلة خالص والالوان فيها زريفة وكل الحلوين هيكلوها انا عارفة انا هروح هنا كده وايه وبقى دية كده هايه هحطه في الكوبايات الحلوة دي تمام علشان كل الناس الظريفة الحلوين اللي بتفرجوا علينا دلوقتي ياكلوا فروتسالات حلوة خالص كده ها الكيوي بيبقى تحفى ياولاد معايا وحنا حطينا عصير بورتقان زي ما قلنا انتم ممكن تحطوا اي عصير تانية خالص مش مشكلة كله هيبقى ظريف كده ها تمام وهنا كمان تحط لها بقى في الاخر من فوق شوية من الكريم شامتيه هيبقى حلو قوي ان شاء الله يعجبكو بتسمعوا كلام ماما وتاكلوا الاكل كله لو سمحتوا كده ها بهذا الشكل الظريف يا اولاد يا حلوين حاضر حاضر يا جماعة والله حاضر يا شباب حالنا اهو وخلصنا خلاص ارلاك كلها مامسكتوا اعمين طب اعمل ايه طب كلها مامسكتوا اعمين ايهو اهو اهو كوباية دي مش مش شكلها مش مليان كده صح خلاص حاضر حاضر تمام حاضر يا جماعة والله بس خلاص اهو خلاص هعمل ايه بقى اخر حاجة خالص هحط الكريم شوية كده من الكريم شامتيه اهو احنا فين الكيس الحلواني اهو خلاص انا فضل لي وقت قد ايه طيب اهو حاضر حاضر يا جا كلهم بزعقولي كلهم بزعقولي ماشي طيب خلاص خلاص يا جماعة خلاص كلهم بزعقولي كلهم بزعقولي كلهم بزعقولي خالكم شاهدين انا خلاص خلاص اخر حاجة ممكن نحطها هي الكريم شامتيه عملنا النهاردة عملنا الفراخ المحشية رز نص فرخة كده محشية رز بالكبد والقوانص لطيفة جدا عملنا قالب الرز باللحمة المفرومة والبسلة الرز البسمتي شوية مكسرات خطير شوية فرود سلات بسيطة جدا الولاد الحلوين هيسمعها كلام ماما وهيكلوها فيها كل الحاجات بطفاحة واحدة وكان فراولاية على بورتقاناية هنعمل القبيات الحلوين هنعمل القبيات الحلوين اشتركوا في القناة 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 احساس جميل انك شايل امن وطن على اكتافك وحاطت كل أولوياتك بعد كل واحد فينا عنده عيلة عيلة بيحبها بيحرصها ويحافظ على سلامة كل فرد فيها عيلة دايماً جواك حتى لو بييد عنك عيلة تقضلها مصالحها ويهم مكرحتها تضحي بنفسك عشانها تحافظ على حاضرها وتأمن لها مستقبلها عيلة وقت ما تحتاجك تلاقيك في أي وقت ومهما كانت الظروف لكن أوقات كثير ظروف شغلنا مش بتسمح لنا نكون جنب عيلتنا بس دايماً بنكون مطمئنين عليها لأنهم جزء من عيلتنا الكبيرة اللي كل واحد فينا أقسم على حمايتها وخدمتها هي يرسلكم اللي بيقديها كل يوم بجدية بمسؤولية وبحب لعيلتنا الكبيرة لأن الوطن واحد والعيلة واحدة الشرطة المصرية في خدمة الوطن هنبتدي دلوقتي كومفتشن قوية جداً بين فريق البنات برس فريق الولاد كل يوم جمعة نصبت المنبأ على ساعة عشر ممكن كمان تكون معنا في الستوديو دايماً يوم الجمعة في بنات وولاد بنات وولاد بنات وولاد مع ألاء جويش اليوم العاشرة صباحاً على النهار هذا البرنامج برعاية خمسة وعشرين يناير عيد الشرطة المجينة هتلقى كل عيلة فيهم ضابط أكيد إخوتنا ورجالتنا يفوتوا في الحديد ونقدمين لمصر شهيد وراء شهيد خمسة وعشرين تاريخ وإشهد يا تاريخ على شرطة نفعي عن مدينة تحت العدنان خمسة وعشرين تاريخ وإشهد يا تاريخ على شرطة ورد في الجنف شعب ورابطت العدنان خمسة وعشرين نصوب يتحطى أي موت قد التلال وينسى أي خطأ وعفزان خمسة وعشرين تعيخ هتفعروا من بيديك رجالة لسه جاية تحت طيب التنزار اشتركوا في القناة 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 ومن كل مكان أهنا وسهنا بيديكوا في حلقة جديدة من لقمهنية النهاردة اليوم اللي أنا بدخل فيه الستوديو بشوف إين المكونات اللي موجودة وبقرر و أنا معاكوا على الهوا و أنا معاكوا في الحلقة بقرر أنا هعمل إيه بالزبط ببقى لسه مش عارف إيه اللي موجود فإحنا مع بعض كده هنستكشف مع بعض المكونات ليه بنعمل كده؟ بنعمل كده عشان ما يكون عندكوا مكونات في التلاجة مختلفة مش كتيرة حتة صغيرة أو قطع صغيرة من مكونات مختلفة نشوف مع بعض إزاي نفكر في إن إحنا نجمع منها أطباق فتعليوا دوقتي بقى نستكشف إيه اللي موجود عندنا نشوف كده شرف شرارة حطلنا إيه النهاردة على التربيزة ممكن نطلع منه أطباق إيه هنا فيه أرنب وهنا فيه مسمياتي كيتينو هنا فيه أرنب هنا فيه بطاطس فيه كمان رز المشكلة هنا بقى أن في بعض المكونات أنا مش هبعارف هي إيه دي غير لما دوقها فتعالوا نستخدم الحواس بتاعتنا كلها دي فاناليا وده أعتقد ده بيكينج باودر هنا فيه حاكتين لونهم اسود لازم ندوقهم بقى عشان نعرف هم إيه دول وبعدها نقرر هنعمل إيه فيه دخل بلسامك ودي سويسوس يبقى أنا عندي هنا خل بلسامك وسويسوس عندي عصير طماطم ومكعبات طماطم فيه كمان هنا رز طويل الحبة فيه خضروات مختلفة فيه طماطم جزر وفيه فلفل توم كرفس مفروم جنزبيل باودر برضو محتاجين لشامه لا ده توم باودر فيه شطة وفيه كمان كمون قرنفل بصل مفروم سامنة وفيه مشرون فيه إيه كمان هنا دقيق ونيشة وسكر وبيض ولبن ورمان متفسص كيوي وبرتقان وتفاح آآ وموز بصوا بقى ممكن نعمل إيه أنا ممكن هنا أستخدم الدقيق والنيشة مع بعض أعمل بيهم عجينة العجينة دي أحط فيها الطفاح وأحط فيها الموز وأقليهم يبقى نعمل هنا ثالت وصفة هاتبقى موز مقلي ممكن نجي من الفاناليا دي هنا هي تساعدنا في طعم لطيف جدا موز مقلي مع المِّن والرمان وفيه سكر حلو جدا موز و تفاح مقلي بصوص الرمان وهو ليكوا زي نعمل صوص الرمان حلو جدا مع صوص الرمان كده خلصنا اول وصفة او تالت وصفة عين عشان ديه حلو فبنخليها في الاخر تعالوا بقى نعمل ايه عندنا رز وعندنا ارنب الارنب هو البروتين الوحيد اللي موجود النهاردة تعالوا نعمل ارنب ايه تعالوا نعمل ارنب بالمشروم هوريكوا طريقة كده حلوة جدا لتسوية الارنب سهلة وسريعة الناس اللي بتحب الارنب هتحب قوي الوصفة دي والناس اللي ما بتحبش الارنب هيبقى نفسها تجرب الوصفة دي فتعالوا نعمل ارنب بالمشروم ارنب بالمشروم ونعمل والفلفل ارنب بالمشروم والفلفل ونعمل كمان رز بالخضروات ورز بالخضروات هحط هنا كمان معاه الطماطم بس هطل على الوقتي فاصل في الفاصل هعمل ايه؟ في الفاصل هجمع المكونات اللي أنا هعملها مع بعض يعني هجمع مكونات الموز المقلي مع التفاح المقلي وصوص الرمان مع بعض وهجمع مكونات الأرنب اللي هيتعمل بالمشروم والطماطم مع بعض وهعمل وهجمع مكونات الرز كمان مع بعض وبالكده هرجع هقول لكم هعمل ايه بزاق استندونا هذا البرنامج برعاية الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والنكاليف تعمل مزاريف والمزاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم موجود ايوه روحوا رانين هتلاقوا مبادرة تجهيز العرائز لحد نهاية شهر يناير هتلاقوا عروض على قطقم الصيني وأدوات كتير منزلية وأجهزة كهربائية وكل ما هو متعلق بتجهيز العرائز يلا إلحقوا العروض الحصرية قبل نفاذ الكمية رانين عشر سنين ايه حكاية ده صور الأسبكية ده احنا في العقد الاثناشر دي لها تصير الأسبكية اصدور تقل نحاسي اعتبر اول واحد قلن موضوع وجود صور الأسبكية يقولوا انت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبة اه حقا ايه اللي جابت يا نصور الأسبكية والدي الله يرحمه وجدت القناعة كانت الغنى فأصبحت بأذيالها ممتسكة فلا زا يراني على بابك ولا زا يراني عليهم الهمة فصرت غنيا بلا درهمن امروا على الناس كأني ملك انت عامل تنويع حلوها محمد الحمد لله باش لازم انت بصول الأسبكية اتعدي تشرب شاي عند أم حبيبة بلد كتير من انت احنا عرصى عم بابا بشخش تشتري كتب منه اه لا اولادي تشتري اه انا عارف الكتب تشتريتو فين ومن مين وعارطه امتك ولسه ما عارطش فيه عدي ايه باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار الليلة الثامنة مساء على النهار هذا البرنامج برعاية يا اهلا وسهلا بيكم مرة تانية رجعنا من الفاصل بعد ما كنا مع بعض كده قررنا واخترنا من المكونات الموجودة اللي احنا هنعملوه النهاردة ايه المكونات دي زي ما قولنا قبل الفاصل دي المكونات اللي شاف شرارة لقاها موجود في التلاجة طلعها حطها قدامنا على الكاونتر عشان نختار مع بعض ونشوف لما نفتح التلاجة ازاي نختار مكونات لايئة على بعض نعمل بيها وصفة من غير ما تكون فيه حاجة في دماغنا مسبقا طيب يلا بقى نشوف هنعمل ايه احنا قبل الفاصل كنا قلين ان احنا هنعمل جانبري كنا قلين احنا نعمل ارنب بالمشرو وهنعمل رز بالخضار وكنا هنعمل موز مقلي وتفاح مقلي تعالوا بقى نشوف هنعمل ده ازاي مع بعض حالا دلوقتي ايه اللي انا عملتو كل انا عملتو بس ان انا شغلت النار على الحلة اللي انا هسوي فيها الرز وفي نفس الوقت الوك والطاصة اللي انا هسوي فيها الجانبري مع الخضار يلا بينا واحدة واحدة كده نخش على المقادين اول حاجة هبطدي فيها منطقيا هي الرز علشان يستوي في خلال وقت تسوية الارنب وفي نفس الوقت بعد كده بعد ما خلص الاتنين دول هخش على طول على الموز المقلي مع التفاح المقلي وهنشوف كده وصفة سريعة جدا وسهلة جدا يلا بنا هيجي هنا في الطاصة الواسعة دي وهحط زيت وهنا برضو هيجي هحط زيت بقى للرز هعمل ايه هبتدي بالبصل عايز بس نتأكد ان الزيت او ان الطاصة سخنة كفاية حالو جدا نجيب معلقة للتقليب ونبتدي بقى ايه نشوح التشويح في من وطرقتين في طريقة التشويح على نار هادية اسمها سويتنج ان انت بتنزل بس المياه الموجودة جوه الحاجة انت بتشوحها من غير ما تديها لون وفيه تشويح تاني على نار عالية وده اللي بيدي لون عسلي او دهبي للبصل مثلا على سبيل مثال انا هنا كده اقلت هاخد الجزر تقليبة سريعة مش عايز غير الالوان نستمر في التقليب شوية من الكرفس ونجعه تاني عشان هستخدمه مع الارنب تقليبة سريعة تعالوا بقى نجيب الملح والفلفل كده خليه جنبينة هنا ملح والفلفل اسود وناخد اربع خمس حبات كده من الطماطم ارشة من الطم الفاودر شطة نقلب تاني وقبل ما اطلع من على النار على طول انا هطلع من على النار دلوقتي هوا دي كل ايه بس قبل ما اطلع من على النار على طول هحطه في الصينة ومفروميني بعد كده هجيب طبق خارجي الطبق ده هحط فيه تشويحة الخضار اللي انا كنت بعملها وهقول لكم ليه حالا دلوقتي بصوا بقى انا هعمل رز بالخضار عايز في النهاية لون الخضار يبقى حلو وما يبقاش مهري ويبقى طعمه حلو في نفس الوقت علشان كده اديت الخضار تشويحة وتطلعته من على النار هضيفه على الرز امتى؟ هضيفه على الرز بعد ما الرز يتشرب تعالوا بس كده نضيف هنا شوية زيت كده حلوين زي الفل هاجي هنا هنزل بالرز يلا مين يلا ان شاء الله محد حاوش وحميد بقلب لغاية ما لاقي كل حباية الرز بقت بتلمع انا وانا بقلب دلوقتي لاحزت ان انا محتاج ازاود شوية زيت كمان فازاود شوية زيت حلو كده تقليبة سريعة ملح وفلفل دلوقتي عشان مش عايز اقلب كتير بعد ما حط الميا حلو جدا زي الفل نجي بقى شوية ماية حلوين كده في حلقة من الحلقات كنا بنعمل رز بالخضار بشكل مختلف عن ده وقلنا في الحلقة دي ان لما نكون بنسوي رز مع خضار بنحط للرز كمية مية اقل من الكمية المعتادة اللي بنحطها للرز السادة وقلنا ساعتها بنعمل كده علشان الخضار نفسه بيبقى في شوية مية فعلشان الرز ما يعجنش ويستوي حلو ما بنزودش مية كتير للرز نفسه عشان ندي فرصة للرز يشرب شوية من المية اللي موجودة في الخضار ده انا هغطي عليه وهسيبه هنا على جنب لغاية ما يتشرب بعد ما يتشرب هحط الخضار بتاعه فخلي الخضار ده هنا وتعالوا نشوف هنعمل بقى الارنب ازاي انا النهاردة هعمل مشروم هعمل ارنب بالمشروم والتماطم تعالوا نشوف ازاي ده هيتعمل يلا بنا موسيقى زي الفل نرجع التقصة دي على النار تاني كنت شلتها عشان كتتسخنت زيانة عن اللزوم هاجي هنا هجيب سكينة واجيب للأستاذ ارنب فيه ناس بقى ما بتحبش الارنب ابدا يمكن عشان شكلها شبه القطة كده شوية سيطعمها حلو ولحمها خفيف جدا المغزية واللحم بتاعها مش دسم ومش تقيل على الهضن بتتهدم بكل سهولة انا شلت برضو الراس بتاعته عشان ما يبقاش الموضوع عنيف موسيقى بلدي نقử aşاpletن مثل نصين أو تلاته فيه نسبة كتده اطارعه تلاته فيه نسبة كتده أطارعه اثنين سوف نقطعها ثلاثة لكي تبقى قطعة أصغر قليلاً هنا الزيت سخن على النار سوف أفتح شقر على الرز وشوف الأخبار الرز يتشرب لسه لا تشرب سنسيبه على النار قليلاً قبل أن أضع الخضر سوف نقفل عليه مرة أخرى سأجي هنا أجيب بولا وحط فيها الأرنب اللي أنا قطعته وبعدين هاخد بقى رشة من الملح فلفل أسود شطة خفيف تقليبة حلوة تقليبة حلوة ثم سأجي هنا سنزل بالأرنب في الزيت السخن موسيقى موسيقى جميلة موسيقى ما زرها موسيقى ما زرها يطلب يا اختبال غير موسيقى 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 من على الجانبين ديس فيه خطعتين كمان من القرنب هنستخدمهم نبص على الرز كمان بصة الرز بدأ يتشرب رز بدأ يتشرب ممكن نديه تقليبة كده خفيفة زي الفل بصوا بقى هنا الرز كده خلاص يتشرب كل ما أنا هعمله إن أنا هجيب الخضار اللي أنا شوحته وحطه فوق الرز بعد ما الرز تشرب ومش هقلب هسيبه كده وهقلب في النهاية علشان مش عايزوا يعجن نجيه بس الغطى ونغطي هجيب طبق تاني وطلع قطع القرنب اللي أنا شوحتها عايزة أعمل إيه بقى دلوقتي هحط بقية قطع القرنب ومعاها في الطقسة هحط المشورم مشورم كامل زي ما هو كده هضيف شوية زيت خفيف كده تقريبة كده سريعة للمشورم المشورم بعده هياخد ريح التشويح حلوة جداً وكمان ريحة من تشويح القرنب نفسه هتدي ريحة خطيرة وطعم خطير كمان وهو على النهار كده المشورم بديله شوية ملح علشان أدبله شوية علشان أطاريه شوية شوية فلفل اسود للتدبيل كمان تقليبة كمان هطلع بقطعتين الأرنب دول كمان الأرنب لا يأخذش وقت في التسوية ما تزودوش تسوية الأرنب علشان أطاريه شوية تقليبة كده محترمة هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب دلوقتي عصير الطماطم واندل به هنا ومكعبات الطماطم تقليبة حلوة حلوة جدا هعمل ايه؟ هاخد دلوقتي قطع الأرنب وحطها هنا الأرنب بالمشورم والطماطم طعمه حلوة جدا أريد أن تجربوه ومعي كده أريد أن تجربوه أحاول كده بس أنزل شوية الأرنب علشان ياخد من طعم السوس ومش عايزة زود مية كتير هحط دلوقتي مية بس مش كتير فهو بس نبت شوية كده من المية اللي نزلت أو الجوس اللي نزل من الأرنب نفسه هاجي هنا هضيف شوية مية بس مش عايز أضيف مية كتير وبعدين هاجي هنا هاجيب الفويل وغطي على الأرنب أبو حميد أبو حميد وحشتني مخرج بس برنامج بي اه بين كشني بس طيب أنا للوقتي ببناعي على رغبات المخرج أحمد عبد الحميد سأطلع فاصل سأطلع فاصل بعد ما كنت خلّصت الأرنب خلّصت التشويح ونزلت المشروم خدت شويحه كمان حطيت الطماطم وكعبات الطماطم وحطيت ثلثة الطماطم رجعت القرنب تاني وكنا متابلين بملح وفلفل وشطة هنا الرز اتشرب وبعد ما اتشرب حطنا الخضار هطلع فاصل هنرجع من الفاصل ده نشقر على الرز بالخضار نبص على القرنب نفس الوقت نعمل الخضاء نعمل الفواكه المقلية اللي هنتفقنا عليها ونشوفها نقدمها زي استنوا هذا البرنامج برعائد الجواز محتاج تجهيز والتجهيز محتاج تكاليف والتكاليف تعمل مصاريف والمصاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصم كبير ليكم مومور مبادرة تجهيز العرائز من رانين عرض النهاردة بالتعاون مع باشا باتشي طقم كساف 30 قطعة مذهب طقم بورجام 6 قطعة باشا باتشي طقم طبق زجاج شكل سمكة 7 قطعة طقم 6 كوب طقم 6 شب طقم عشاء أركبال إماراتي 19 قطعة بـ 1499 رانين عشرة سنين للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية واحد من الناس يواصل مبادرات الخير في كل محافظات مصر ويستمر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ويلتقي بأشهر مربي لثعابين الكبرى في مصر الإنسان بشكل عام مجرد ما بيسمع كلمة تعبان أو بيشوف تعبان بيحصل عنده عملية رعب يحكي عن علاقته بالثعابين التي تعيش معه في بيته بيبدأت إزاي الموضوع ده حكييدي يعني بالله يعني أنا كن عمري تقريباً حوالي عشرة أو حداشر سنة شوفي تعبان ده بعد إذنة ألقى خضر عرض شيق جدا مع أخطر الثعبين السام داخل الستوديو انتظرونا في حلقة ساخنة واحد من الناس مع عمر الليثي غدا العشر مساء على النهار اشتركوا في القناة مصر بتتقدم لينا مصر بتتقدم بينا يا أهلا وسهلا بيكم رجعنا من الفاصل بعد ما كنا حطينا الأرنب مع المشروم هنا في الطاصة وفي نفس الوقت الرز كنا حطيناه يتشرب بعد ما تشرب رجعنا له تاني الخضروات اللي احنا كنا مشوحنها الجزر مع البصل مع الطماطم رجعناها تاني على الرز وهنسيبه يستوي بقى الربع ساعة أو التلت ساعة بتاعته اللي بيستوي فيها الرز في المعتادة تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني احنا دلوقتي عملنا وصفتين ولسه عندنا مكونات تانية موجودة ممكن نستخدمها ونعمل بيها وصفة تالتة وصفة رابعة كمان خلينا نعمل نهارد ده اربع وصفات مش تالت وصفات هنعمل حاجة تالتة كمان او حاجة رابعة كمان ايه الحاجات اللي احنا كتبناها هستخدم البطاطس فيها تعالوا بقى نشوف هنعمل ديه انا في الحقيقة بافكر وان شغال لان الحلقة دي زي ما انا كنت قلت لكم كده في البداية بابقى داخل مش عارف اين اللي موجود اصلا هنا في المكونات وبافكر وان شغال معاكم طيب هاجي هنا البطاطس دي عايزها بالقشر بتاعها وهيقطعها شرايح بالقشر كده زي ما انتم شايفين عايزها شرايح رفيعة شوية لسبب ايه هو السبب ده ان انا عايزها تستوي بسرعة مش عايزها تاخد وقت في التسوية فعشان كده بقطعها شرايح رفيعة نسبيا بصوا دي السماكة بتاعتها بالشكل ده تعالوا ناخد واحدتين كمان ايه سيدي كله برتقال اه ونكمل هنا كمان تاني فيه طاصة بقى انا حطتها على المار بتسخن هقولوكو حالا هعمل بيها هيجي هنا واجيب بس الارنب كده على جنب هنا ونجيب هنا الطاصة اللي بتسخن دي نعلي عليها درجة الحرارة وننجي على درجة الحرارة للارنب تبقى واطية مرة تانية شوية كده من الزيت شوية كده حيبين من الزيت ناخد هنا كده البطاطس دي بالقشر بتاعها تاخد تشويحة كده وريحة حلوة نجيب لها الملح والفلفل ملح والفلفل قسوة درجة كمون صغيرة جداً ما بنزودش كمون احنا في الاكل زي ما احنا متعودين عفوا زي ما احنا متعودين على طول علشان ريحة الكمون ما تضغاش واضغطي على بقية اطعيمة الاكل وبقية التوابل الثانية عشان الكمون بلتجي طعمه قوي جداً زي ده عن اللزوم بيخش على اي وصفة بيخش على اي اكلة بيسيطر عليها ويطعم الوصفة كلها وطعم الاكلة كلها كمون مش عايزين ده يحسن نستمر في التشويح لغاية ما نوصل للون دهبي قبل بس ما التشويح يتم هحط الكرافس وهستخدم هنا الخل لبلسامك والطعمات بدي نستخدمها برضو يلا بينا شاكوين اللون بدأ يحلوه ازاي تقليب 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 من عناية واحمي انت تؤمر اعمل ايه في نفسي اعمل ايه في نفسي ونقلب انا مستبانكوش كده مخرج ماشي حبيبي اخي مرحلك بصوا انا بدأت اوصل للون دهبي ده حلو جداً قبل ما اوصل للون اللي انا عايزه على طول بحط الطماطم والفلفل وصفة حلو كده قرديحي ممكن كمان تتعمل لوحدها طعمها حلو جداً خطيرة تقدروا تعملوها لوحدها وتتقدم حتى تليق كمان قوي دي على عشا مش تاهم تتعمل في غدا ومش تاهم تعملوها بنفس المكونات دي اعملوها بالبطاطس وبواق الخضروات اللي موجودة عندوكو في التلاج شوفوا ايه متباقي عندوكو في التلاج من الخضار تقدروا تعملو بيها الوصفة دي هنزل دلوقتي بقى بشوية من نخلي البلسامك وبعدين هاخد معلقة سمنة السمنة دي بقى هتشعل المسائل خالص هسيب دي كده على نار انا مقطع البطاطس رفايع جداً علشان تستوي بسرعة علشان تاخد دقيقتين كمان وتبقى استوت مش عايزة تفضل على نار فترة طويلة موسيقى يعني بصوا سماكة البطاطس عاملة ازاي ممكن نيجي هنا يا ابو حميد بصوا السماكة بتاعت البطاطس عاملة ازاي رؤياء تستوي بسرعة ما تاخدش وقت ويفضل طعمها حلو موسيقى زي الفل هتلع بجي من على النارد الوقتي حالاً وهبص على الأرنب وباكيا نعمل بقى خضار الفواكه المقلية اللي عنا عليها موسيقى تعالوا نبص على الأرنب الأرنب استوى مش عايز تسوية اكتر من كده بالنسبالي التسوية دي كافية جداً فانا شلت من عليه الغطى وهرفعه برضو من على المرار وهجيبه هنا عند منطقة التقديم علشان هقدم هنا زي الفل تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الخضار في الفواكه شابتين مصير انه خضار موسيقى تعالوا يا أستاذ فواكه هجيب بولا والبولا دي هحضر فيها العجينة اللي هستخدمها علشان تغطي الموز أنا فيه موزايا هاخدها دلوقتي هقليها زي ما هي كده وهوريكم بتتقلي ازاي تعالوا بس نكسب وقت ونحضر هنا طاصة تانية نكرمل فيها التفاح ونعمل فيها سوس الرومان زي ما قلتلكوا كده في البداية نحط دي على النار هنا تسخن ونيجي هنا نعمل العجين العجين انا عايزكم تعمله مقدار دقيق وتلت ونشا تعالوا بس نزود مقدار دقيق شوية مقدار دقيق وتلت المقدار ده نشا انا بعمله بلوايام بس انتم في البيت ممكن تعمله بكوباية بثلت كوبايات دقيق وكوباية نشا او ممكن تقلله عن كده بس بنفس النسبة دي وهاجي هنا هجي المضرب وهاخد بقى ايه شوية من البايكينج باودر رشة فانيلا هخلي اللابن جامبي هنا ورشة ملحة صغيرة جدا مع لقتين سكر هاخلط دول على الناشف كده الأول هحط اللبن وعايز القوام تقيل فهحط اللبن واحدة واحدة دعوت ما وصل لقوام سميك هعايزها عجينة تقيلة طبعاً جامبي هنا شوية ديئ كمان عشان لو احتاج تزود وفي مياه كمان عشان لو احتاج تأخفف لازم بحاطين كورو ده في الاعتبار وما احتاج بس أهم حاجة بنسبالي أدرب لغاية ما بقاش لغاية ما بقى مشايف وحتت المسك في معض قوام ده من الزبالي زي الحلاوة بالزبط حاجة حلوة طبعا جدا مش زي الحلاوة اللي بناكلها بحميد لا خلي بالك دي قالتش قالتش وحشتنا عصماء والله ندي تقليبة أنا كده خلاص وصلت بصوا هو ده قوام اللي أنا عايزه قوام تقيل ازاي هو ده القوام اللي أنا محتاجه في النهاية يبقى قوام تقيل كده خلي ده على جنب هاجي هنا هجيب التفحية ممكن دي نعمل فيها فكرة ثانية ممكن نجيب معلقة أو سكينة زيارة أيهوما أسهل وناخد كده جزء منها من الداخل عندي بس لس حاتة تقشر هنا كده هاجي هنا هنزل بالتفاح على الجزء مش بتاع القشر الجزء التاني وهو عن نار كده هضيفه شوية سكر حواليه السكر ده هي كارمل وهي سيح دلوقتي هنتفرج عليه سوا حالا دلوقتي يعني ما ده يحصل هكون جاي بالموزة هقشر الموزة بعد ما قشر الموزة عايز أروح على طول أشوف التفاح الموزة أي التفاح حلو كده هعمل إيه؟ هاجيب هنا كده العجينة دي وهقرب جنب الزيت اللي أنا مسخنه عايز بس أطلع التفاح خلاص فهاجي هنا تعالوا أحسن نشيلها علشان نحط مكانها كن نجيبهم كده بوحميد تفاح مكرم الكده خفيف لسه بيقرش برضه دوري بوحميد هعمل إيه هنا؟ هاجيب هنا الرمان هحطوا في السمنة اللي عليها شوية سكر هضيف سكر كمان كإني بعمل مربة كده موسيقى موسيقى ننزل بيهم على النار تاني أنا بعمل إيه دلوقتي أنا بطري الرمان وبنزل منه العصير بتاعه بيبقى قوام شبه القوام المربى كده طعمه حلو جدا كمية السكر مش كتير برضو اللي احنا حطناها مش زي المربى أقل طبعا من المربى شوية بس هو ده الفرشة اللي هتبقى تحت الموز المقلي والتفاح المكارملا اللي احنا هنعملها زي الفل تعالوا بقى دلوقتي ندي آخر تقليبة للعجين ده وبعدين نجيب الموزايا نحطها لازم بقدينا بقى نحط الموزايا في العجين نضغط عليها كده وبعد كده ناخد الموزايا زي ما هي كده بالعجين السميك اللي عليها وننزل بيها في الزيت السخر ايه فايدة البايكينج باودور اللي احنا حطناه هنا ليه فايدة عظيمة جداً انه هيخلي الطبقة اللي موجودة فوق الموزة تبقى طبقة مقرمشة وده احنا محتاجينه تعالوا بس نجيب طبقة نطلع فيه شوية الحلوين من الرمال من الرمان دول وننوح نشقر على الموزايا أخبارها ايه؟ شغالة كويس تعالوا كده بحميدة عايزك تبص بصة هنا الموزايا بتتحمر بطبقة سميكة هتبقى مقرمشة قوي بعد ما نطلع من الزيت تمام؟ نرجع حتى دلوقتي انا هطلع فاصل بعد الفاصل هرجع هنغرف الأطباق اللي احنا عملناها النهاردة عملنا أربع أطباق هنعرفوا ونرجعهم ابتاني بعدها نرجع من الفاصل نستمع نعم المزاريف والمزاريف محتاج عروض روحوا لرانين هتلاقوا مبادرة وخصمي كبير ليكم موجود مبادرة تجهيز العرائس من رانين عرض النهاردة بالتعاون مع يونيون اير رانين ويونيون اير بيقدموا لك غسالة 13 كيلو فوق أوتوماتيك سيلفر ب 3999 جنيه وعجان 800 واط حل ستانلس 5 لتر ب 2699 جنيه رانين عشرة سنين انت امرأة صعبة ببعرفش عاملها حسيت الفترات رح تموتي بحسني الصفة اللي اذا بدك اكتر ويفقوا عليها انا من الشخصيات بحسيتش بالنهاية ما منشفة من الجرح هتكلم تاني في اي حاجة شخصية اسكتيني مش الحياة من غيرك طلعت احلى طلعت احلى طلعت احلى سهلا قال لي من دونك كمان احلى ريم؟ عايزة ايه؟ انت بتحب حالة الحب ريم اكتر حالة حب فزيعة انت ما بتحب رجالة الحلوين مقابلتينش برض قطور رجالة مع رغبة شلوب الليلة العشرة مساء عالم عام احلى تكتب علينا الخوف المترجم للقناة 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 هذا هو نعمل نعمل إيبارس نعمل إيبارس هذا هو نحا هذا هو نحا بطاطس سريعة عملنا بالخل البلسامك مع الخضار خليتش مننا وقت او مجهود سريع جدا وسهل جدا تقدروا تعملوها فأي وقت وأي زمان وأي مكان هنا بقى ناخد كده المعلقة شوية كده من الطماطم المشوية الجميلة دي وبعدين وحدايتين من الفلفل بس أنا بحاسي دايما ان شكل الطبق من أكثر الحاجات اللي بتدفع الإنسان إن هو يجرب الوصفة أو يجرب الطبق ده أو يبقى مهتم إن هو يعرف إيه الخطوات اللي قدت لطبق شكله حلو عشان كده تلقوين باستمرار بحاجة قادرة مستطاع أن أنا أركز في شكل التقديم طبق لطيف خفيف ظريف خدش وقت أول ما جهود كده تعالوا بقى نغرف دلوقتي الأرنب وبعدين نغرف طبق الحلو ده مش هنستخدمه خطوص دلوقتي الأرنب يلا بيناف الأول عايز أبتدي بقطع المشغم ناخد واحدة كمان كده وبعدين ناخد بقى خطعة كده من الأساس أرنب نفسه نوقف عليها بقى خطعة تانية تبدي شكل مختلف من الشكل اللي هو لني هل هنسكوت؟ لا هنعمل إيه بقى؟ هنجيب معلقة نفس ممكن نفس المعلقة الكبيرة كنا نعمل بيها بطاطس وننزل بقى بيها بشوية كده من السوس الجميل خصوص تسوية المشروم وتسوية الأرنب الحلو ده ينزل كده حواليها يديها طراوة حلوة كده طعم جميل ناكهات حلوة أرنب بالمشروم والطماطم برضو من حاجات لطيفة جدا ما فضلتش بس غير ان احنا نقدم آخر حاجة هو الحلو اللي احنا عملناه الموز اللي احنا قلناه وكمان التفاح اللي احنا كرملناه هنقدمه حالا في الطبع ده يالا بينا يالا بينا نقدم طبق الموز الجميل هاجي هنا هنزل بالرمان في نوس الطبع زي ما قلت لكم كده وانا شغال الرمان ده هيبه هو شبه كده السرير اللي هتنام عليه الموزة مع التفاح المكرمي واحدة كده نتفاح من الكرمل هنا والتانية نحط دي ولا دي نحط دي ولا هنحطها هنا بالشكل ده كده مطيف وبعدين نجيب بقلموزة المقلية الجميلة دي نحطها هنا كده في الطبع وبعدين ناخد حبات قطع صغيرة من الكيوي ننزل بيها كده هنا في الموزة كده شايفين الحاجة كده شكلها طعم في حد ذاته بابلكوا بقى طعمها هعمل ازاي بص كده نحن من الزاوية دي هلا بينا نحطها في نصف التربيزة بتاعت التقديم تعالوا واباقولكم+. أين نهارده عملت ايه؟ أين نهارده عملت 4 شئات النهارده اليوم اللي احنا بنعمل فيه وصفات ما بنبقاش عارفين مسبقا هي ايه؟ احنا بنخش الستوديو بنشوف ايه الحاجات المتبقية من الاسبوع اللي فات ايه الحاجات اللي موجودة في التلاجة بنحاول نوظفها ونطلع بينها صفر النهارده أنا من المكونات اللي موجودة في البيت أو موجودة في التلاجة بتاعت الستوديو هنا طلعت رز بالخضار عملنا بشكل لطيف جداً الخضار كمان بتاعه مش مهلي طعمه حلو عملت كمان النهاردة أرنب بالطماطم والماشروم كمان عملت بطاطس قطعتها شرايح رفيعة سويتها مع الخل البلسامك والخضار عملت النهاردة موز مقلي خطير قدمنا مع إيه؟ قدمنا مع رومان قدمنا مع تفاح مكرمل كيوي وقدمنا مع سوس الرومان زي ما قلنا كده في البداية دي كان حلقة النهاردة لنمتابعش الحلقة من البداية يقدر يتابعها في الإعادة الساعة ستة صباحاً بتوقيت القاهرة تابعونا كل يوم في نفس المعاد من واحدة الاثنين شوف حضرتكو بكراً إن شاء الله اشتركوا في القناة هذا الدرنانك برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في دورك احمي لالبي بلدنا وانا دوري ان نحن احدودنا لكن وان في مناصر اتنا دي وحد حد انا وانت ودودنا في نفعدكم يا ابطال يا بسانة يا عزيمة اوية تحية من الجيش المصري لرجال الشرطة المصرية موسيقى من موتعك الاسماعيلية وتاريخك محفور بكفاح يا ما ضحك ويا ما بتضحك وبتفدي بكفدي وارواح في نفعدكم يا ابطال يا بسانة يا عزيمة اوية تحية من الجيش المصري لرجال الشرطة المصرية موسيقى 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 صلو موسيقى وعمل السلام عليكم وهيوصولنا عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مصر الوطن في نقطة صغيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سمعت الشمس اشتركوا في القناة 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 صباح الخير اشتركوا في القناة 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 وهضامة الشعب شعب سوري شعب بقوله مهضوم وكله زوء ومضياف كذلك الشعب المصري ابد نكتة ومضياف ومرحب ومستوعب تحس ان فيه حاجات مختلفة تجمع المصريين عن السوريين كمان سوريا لها خصوصية مختلفة وانا واحد من عشاق سوريا قبل وبعد وان شاء الله كمان لما سوريا ترجع اقوى مما كانت سوريا كانت تتميز بخاصية فريدة قبل ما سمي بالثورة السورية سوريا كانت دولة العربية الوحيدة الوحيدة بمعنى الكلمة اللي كان عندها اكتفاء ذاتي دولة اقتصادها قائم على الانتاج دولة لم تكن تستورد شيئا من الخارج كل ما يستخدمه ويستعمله الشعب السوري انتاج الاياد السورية ما يزرع يؤكل في سوريا وما ينتج ويصنع يستعمل في سوريا فتخيلوا احنا منتكلم على الالفنات قبل 2009 و2010 و2011 وكذا سوريا كانت مكتفية ذاتيا وده واحد من الاسباب اللي خلاها في مرمى النيران ده واحد من الاسباب اللي خلاها مستهدفة القوى العظمى في الوطن العربي اذا جازت تعبير زي سوريا زي العراق زي مصر هو ده اللي خلا اطماع الاحتلال الجديد للزمان كان الاحتلال اسمه استعمار دلوقتي الاحتلال الجديد اسمه ارهاب واسمه عمل مخابراتي قذر واسمه اصابع خفية تعبث في المشهد الداخلي للاوطان تبث الفتنة وتبث البلبلة وتبث الاشاعات وتبث الضغينة والاحتقان تحت مسمى حرب اهلية فتنة طائفية طائفية درزية مع شيعية مع سنية كل هذه المسميات الوهمية للأسف نحن العرب ابتلعناها وابتلعنا الطعم ودخلنا المصيضة سوريا في وضع صعب وانا قلبي وفؤادي ومشاعري ومتأكد ان مئة مليون مصري بيشاركوني هذا الشعور مع الوطن السوري حتى يعود ومع الشعب السوري حتى ينتصر ومع المغترب السوري حتى يعود الى وطنه ويعمر سوريا وتعود كما كانت زهرة وراية مرفوعة ابيا لا يمكن لاحد ان يكسرها وانا متأكد كمان ان لسان حال كل سوري سواء في مصر او في كل دولة من دول العالم لسان حاله بيقول بعشئ ارضك يا سوريا اشتركوا في القناة ضع في قيط بالعالي حيو شعبا وأهلية اسمع على قلبي غالي روح وعمري بفتية سوريا اسمع علي بعشا أرضك سوريا موسيقى يا ما عدر بمشينا بإيمان وصبر رضينا ما في قوي دحنينا أسدا ورجالا بيا ضع في قيط بالعالي حيو شعبا وأهلية اسمع على قلبي غالي روح وعمري بفتية سوريا اسمع علي بعشا أرضك سوريا موسيقى 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 سوريا شامي وحلبي وحمصي لسا حلوي اللدئي عتبكي الشزراوي عشت وعاشت سوريا ضع في بيتهم بالعالي خي وشعبه وآهلي اسمه على قلبي ظالي روحي وعبري بالفدية سوريا اسمه علي عشت أرضك سوريا عشت أرضك سوريا رفعوا إيديكم بالعالي خي وشعبه وآهلي اسمه على قلبي ظالي روحي وعبري بالفدية سوريا اسمه علي بعشق أرضك سوريا بعشق أرضك سوريا مش بس السوريين ده لسان حالنا كلنا العرب ونحن المصريين حلوة نحن دي تريد كلامي يقلب شامي ههو باللهجة السورية وإحنا المصريين كمان الحقيقة بنعشق أرض سوريا وطراب سوريا أنا واحد من الناس كنت يعني دائم الزيارة للمدن السورية طبعا قبل المشاكل اللي حصلت في سوريا لحد 2010-2011 كنت تقريبا كل سنة ليا زيارة دائمة لسوريا مرة في دمشق ومرة في حلب ومرة في اللدئية وكل مرة كنت روح سوريا بجد أقول سبحان الله على هذا الجمال الخليط الرائع ما بين البشر والأرض والطبيعة والمية والأثار خليط قلمة يتكرر فيه يعني عظمت وتجلت قدرة الرحمن سبحان الله في رسم صورة يعني نتمنى نتمنى أنها تعود لبهاءها وجمالها وعشان تعرفوا كمان قد إيه الشر بيبقى قاسي وبيبقى محدد في هدفه شوفوا الإرهاب اللي ضرب سوريا نشن على إيه نشن أول ما نشن على الآثار والحضارة السورية زي ما عملوا في العراق دخلوا على الآثار العراقية والحضارة العراقية والمخطوطات النادرة العراقية وخلصوا عليها ده بعد الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كمان حصل كده في سوريا مدينة تدمر هذه القلعة الرائعة من الآثار والكنوز الآثارية والحضارية أصبحت الآن أطلال كل مكان حضري ثقافي أثري بيرفع راس سوريا وسط العالم تم تدميره بقلب وبدم بارد الهدف مش ثورات وديمقراطية وربيع سيبكوا الكلام ده برده أنا مش هزيخش أوه في السياسة بس يعني القلب فيه الكثير ليحكيه لكن هو الهدف هو اغتيال حضارة وقتل أمة كانت المفروض أنها بتباهي بنفسها وبعملها وبثقافتها وبحضرتها باقي الأمم وهو جزء صغير من مشروع كبير اسمه وقد الشرق الأوسط والوطن العربي وتحويله إلى دويلات وكذا ولكن هيهات صمود سوريا وصمود الشعب السوري الأبي يخلينا طول الوقت عندنا حلم وأمل أن سوريا لابد أن تعود وستعود أقوى وأصلب وأفضل مما كانت سوريا بيتقال عليها شام ميلاد الشام وسوريا لما تروحها لازم حتى في ظل الأحداث دي لازم تفتكر ريحة وجمال وطعم ومذاق الشام اسمعوا هذه الكلمات وعيشوا معاها أحلى الذكريات ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها جام جميلة وأحبها واسمها شاء ويمر بي طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شاء ويمر بي طيفها تسكن الأحلام جميلة وأحبها وإسمها سأم ويمر بطيفها وتسكن الأحلام جميلة وأحبها وإسمها سأم شو مرأة راسك شو تدير وناسك ليش هيك فيك صار اجتمع الوجع والنار اكسار وقلك زي النار يا أرض السلام يا أرض السلام عليش هيك الله والملايكة حواصك شو مرأة راسك شو تدير وناسك فيك ضل وفيك من ضل عشق وغراب الكل ومنك ما رحمل فيك حبت خلص الكلام يا أرض السلام عليش هيك الله والملايكة حواصك هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر وضقنا القهر هالكم سنة شو تغيرت فينا الدنيا كبرنا عمر وضقنا القهر مثل الشجر من المهور يوم من الحلي ويمر بطيفها وتسكن الأحلام شميلة أحبها واسمها شاء ويمر من طيفها وتسكن الأحلام جميلة أحبها واسمها شاء وتموت الأشجار ولا بتنحني هي دي سوريا وهي دي خصائص الشعب السوري الأبي الجميل والحقيقة مصر وسوريا علاقة خاصة جدا محدش يعرف تبايعها ولا يفك لغرتمتها إلا العاشق لهذه العلاقة المصرية السورية لدرجة أنه إحنا صغيرين أنا مش عارف الحقيقة ودي سؤال لأول مرة أسأله وإحنا صغيرين وإحنا أطفال واللي في سني يفتكروا كان عندنا لعبة اسمها مصر وسوريا حد يفتكر الحكاة دي الناس اللي في الأربعينات وأول الخمسينات كان اللي في مرحلة العمرية كان عندنا وإحنا صغيرين لعبة اسمها مصر وسوريا كان مش عارفة إيه بتعمل خطوة كنا مصر وخطوة تانية سوريا وبتاعة هو السؤال بقى هل في سوريا كنتوا بتلعبوا سوريا ومصر ولا مش عارفة يعني سؤال برضو للشعب السوري كان عندهم اللعبة دي وإحنا كنا نلعبها لوحدنا أي أن كان حتى الألعاب كانت بتجمع مصير مشترك اسمه مصر وسوريا والتاريخ شاهد على سورية مصر ومصرية سوريا لدرجة أنه في لحظة من اللحظات كانت مصر وسوريا وطن واحد ودولة واحدة والأجال الصغارة اللي مش بيصدق إني يفتكروا معايا لحظات الزعيم الخالد عبد الناصر وهو يعلن اندماج الدولتين في وطن اسمه الجمهورية العربية المتحدة الحمد لله الذي حقق الأمان الحمد لله الذي كانت لعومنا دائما ونحن مزافة من أجل الله هذا الكبرى ولكن عزيلا ولكن عمرنا لحظة الحمد لله الذي حقق أمان شعبة سورية وشعبة مصر ووحدة بين قلوبهم ووحدة بين ألواتهم الحمد لله فبعونه وبعونه صارك اليوم التنهورية العربية المتحدة أيها السلامة إن أولا أقوله بعد انتفاد فأيضا للجمهورية العربية المتحدة هو أن أتحدث إليكم أنتم شباب الجمهورية العربية المتحدة أنتم أمل المتقبل أنتم الأمل الذي تتجه ليه الأخطار وتتجه ليه الأنظار حتى ما استطيع أن نبني ونعمل ونشيد ونسير خدوما لنحقص الأهداف التي طالما نبين بها الأهداف التي تم حصر بالفرية والفيادة والعزة والكرامة والاتحاد اتحاد الوطن العربي لتسبيت بعائم القومية العربية التي تجمع بقيد قلوب العربي جميعا في جميع أركاء الأمة العربية يا على الأيام يعني وأنا أتفرج على الفيديو حسيت أن التاريخ رجع لورا والزمن غير الزمن و بصوا يعني زعيم جمال عبد الناصر له ما له وعليه ما عليه لكن ممكن نختلف على سياساته في الداخل في سياسة الحريات الديمقراطية تعاملوا مع الإخوان وقت اربعة وخمسين وثلاثة وخمسين ومش عارف إيه وأنه مقداش على الإخوان قوي ومتعلق بالزراعة والتقطيع الزراعي واللي تسمى يعني أنه إصلاح زراعي وتعليم وحاجة كتير لكن اللي مش ممكن نختلف عليه في الزعيم جمال عبد الناصر هي النزعة العروبية الكاملة رجل عروبي قومي كما يقول الكتاب حبه وعشقه لوطنه مصر وانتماءه للوطن العربي ونزعات التحرر والاستقلال اللي بثها في كل الشعوب العربية وحتى الشعوب الافريقية اللي مازالت بتتغنى بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر حتى يومنا هذا أعتقد ده لا يمكن أن نختلف عليه ويظل عبد الناصر أيقونة العروبة أيقونة القومية العروبية الحقيقية شايفين في الفيديو عبد الناصر وهو بيتكلم عن الاندماج المصري السوري بمنتهى الفخر وكأنه حقق حلم لأجيال طويلة جدا وأنا أعتقد أنه كان في ذهن عبد الناصر ولو كان أومهله الوقت لو لا بقى العدوان الثلاثي على ناكسة 67 على الدربات اللي الاستعمار طول الوقت حبي أنه يضربها ليه كان هدفه أنه الوحدة دي ما بالمصر السورية تبقى نواه للوحدة الكبيرة كان نفسه يبقى الوطن العربي كله دولة واحدة من محيطه إلى خليجة لكن لا القدر ولا العمر ولا الأطماع ولا الاحتلال ولا الاستعمار أمهلوه حتى يعني يحقق ذلك لكن يظل الحالة العربية دي لازم تظل في أذهننا ولازم تبقى حلم حتى لو بعد الزمن نفضل نجري وراه وما يبقاش أبدا سراب وكمان عمر ما الاحتلال ولا آياد الشر ولا العبث ولا التآمر هتقدر تخلي الآثار والحضارة السورية تتحول إلى سراب يمكن يدمروها يمكن يحاولوا العبث فيها يمكن يحاولوا يشوهوها لكن الأصيل بيبقى والورد بيموت ورحته بتضل فيه هي أحد بلاد الشام والهلال الخصيب إنها سوريا التي تقع غرب القارة الأسيوية يحدها من الجنوب الأردن ومن الشرق العراق ومن الغرب فلسطين المحتلة ولبنان والشمال تركيا وتحتوي سوريا على العديد من الأثار القديمة ذات الإرث التاريخي الذي يعبر عن مدى أهمية موقع سوريا وتتميز هذه الأثار ببناء معماري جميل وقد توالت الكثير من الحضارات قصريبية والأيوبية والمملكية والإزباريتية والعثمانية ولبناء الأثار يعتبرون سوريا مركزا لإحدى أقدم الحضارات على وجه الأرض ففيها كانت بداية الاستيطان البشرية وتخطيط أولى المدن واكتشاف الزراعة وتدجين الحيوانات ومعرفة وتطور الأبجادية وفيها قامت المدن الأولى في التاريخ مثل المملكة الأثارية إبلا في شمال سوريا بنتمبراطورية امتدت من البحر الأحمر جنوبا حتى تركيا شملا وحتى الفرات شرقا مستمرة من عام 2500 إلى 2400 قبل الميلاد إن قثرة الحضارات التي قامت وتقاطعت فوق الأرض السورية والغنى الكبير للمواقع التاريخية التي تعود لكافة العصور والحضارات تجعل سوريا مدخلا وبوابة للتاريخ فقد قامت على أرض سوريا حضارات كثيرة وسكنها شعوب شدة كلما تعمقنا في تاريخ سوريا لمحنا ما يدل على عمق التاريخ كل مكان منها يغني بحضارتي إلا أن الحرب على سوريا بلد الحضارات كانت مواجهة إلى هذا التراث العربي لتنسي الهوية الثقافية والحضارية والإنسانية مشاهد صعبة وخصوصا لما تلاقي الأثار والمباني ذات الطراز المعماري والأثري بتتهدم وبتصلها أياد الغدري بالشكل ده بيبقى مشاهد مؤلمة جدا لكن بعقد الهاء والله بعقد الهاء سترجع لأنه طول الوقت الحق ما بيضيع الحق ما بيضيع ولا يضيع حق وراءه مطالب المنطق والدين والشرع والعقل والتاريخ والزمن أثبتوا أنه في كل الحضارات هناك دورات تذهب الدورة وفي قمة ارتفاعها ثم تنحضر ثم لابد أن تعود وترتفع مرة تانية هي دي دورات الحضارات ودورة الزمن اللي لازم نؤمن بدوليتها لأيام ودول مصر هذه الأيام بتستضيف ما يقرب من المليون سوري الأعداد الرسمية بتقول 500 ألف 600 ألف لكن أنا بقول لك حضراتكم أن الشعب السوري الشقيق اللي موجود على أرض مصر وينزله ضيفا أهلا وسهلا به ما يقارب المليون سوري الحقيقة مصر عمرها ما تعاملت مع اللاجئين بمنطق اللاجئين وعادتهم في معسكرات أو مخيمات أو كذا كما تفعل بعض الدول الأوروبية أو غير الأوروبية وخصوصا لما يبقى المغترب ده أو المهاجر إليها سوري السوريين هنا بيتعاملوا أهل وأحباب وأصدقاء مش حاضر أقول إخوان لأن الإخواننا نحن بيعاملهم معاملة تانية لكن أصدقاء وإخوات وحبايب ووطني ووطنهم وأهلة وسهلة بي وبيهم في هذا الوطن الذي يستوعب الجميع بس لازم الحقيقة وأنا بحي مصر على تعاملها مع الأشقاء السوريين اللي جم لازم الأمانة والعدل تقتضي إن أنا حي الأشقاء السوريين الحقيقة ما يقرب من المليون سوري اللي جم ما جوش عبء على مصر الحقيقة لا دول جم إضافة لمصر وإضافة للشعب المصري كل واحد من السوريين سواء كان جني أو متوسط الحال أو حتى فقير معدم كل واحد جه اشتغل وكل واحد جه ابتدى من الصفر ودلوقتي عندنا رجال أعمال سوريين عندهم مصانع وشركات كبرى وعملاقة عندنا عمال سوريين محترمين في معظم المجالات وعندنا أصحاب أعمال سورية اللي فتح محل أكل واللي فتح محل حلويات واللي فتح محل ملابس واللي فتح حل مخموزات زي المنقوشة والزعتر والجبنة وحاجات الحلوة اللي بيعملوها دي وبتاع طبعا الشاورمة أشهر الشاورمة أبو عمر وأبو مازن وأبو سورية كلهم أبو بس أبو طارق طبعا الاستثناء الوحيدة بتاعنا احنا بتاع الكوشرة لكن في النهاية وتاج الشام طبعا بقى يظل بمبناية كده حلوة هدواءها لكو لكن الفكرة تبقى في الرغبة في العمل تبقى في ثقافة العمل المجروزة جواهم وأحكي لكم على موقف صغير أختم به مقدمتي أنا عايفي أني طولت عليكم بس الحقيقة الكلام لا يطول في حب سوريا أنا ساكن من سكان 6 أكتوبر وفي أحد الأيام شفت بنوتة صغيرة عندها حوالي 13 سنة 14 سنة وقفة قدام أحد المولات الشهيرة وشفتها وقفة وبتبيع علب صغيرة كده واضح أنها هانبين مصنوعة في البيت يعني مش علب بقى شكلها شيك وبتاع علبة كرتوني صغيرة وربطها بربطة بسيطة كده فالبنت جت قريب مني كده وبتاع وقعت لي اشتري مني عم فأنا الأول وهل صعب علي والدنيا برد وبتاع وشكلها صغير وأنا مش عايز مش عارف هي بتبيع إيه ولا كذا فحبيت قديها زي بلد كده بقول اللي فيه الاسمة قلت لها خد يا حبيبتي اشتري لنفسك حاجة حلوة والله بمنتهى الإباء وعزة النفس والكرامة قامت ملجع لي الفلوس وقالت لي شكرا يا عم قلت لها ليه يا حبيبتي قايت لي أنا ببيع حلويات أمي صنعها بالبيت عايز تشتري مني الحلويات أهلة وسهلة لكن أنا ما بأمل تبرعه اللي هي يعني ما بشحتش قدي كده وجعتني الكلمة وحبيبتني في هذا النموذج اللي كله عزة نفسه شرف ودليل على نهج عام لكل السوريين في مصر كلهم اشتغلوا وآكلوا من عرق جبنهم وآيديهم المحترمة صنعت أكل وشرب وإقامة وتعليم ولبس ليهم وأفادوا الاقتصاد المصري فزي ما أنا بشكر مصر على استضافتها للسوريين بشكر سوريين على اسهمهم وإنتاجهم وتفاعلهم مع الشعب المصري شوفوا هذا التقرير عن اندماج السوريين في مصر وعملهم وشقاءهم وإنتاجهم ومنه للفاصل وبعد كده حوريكم نماذج سورية تألقا في الاقتصاد المصري ما أن تأتي إلى ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر حتى تشعر كأنك في دمشق كل شيء من حولك يوحي بذلك الناس اللافتات المقاهي وأسياخ الشورمة وروائح الطعام الشامي التي تميز السوريين أينما وجدوا تأتيك من كل مكان وبشاشة الوجوه السورية تستقبلك على كل باب أهلا وسهلا بكم شرفتونا ونورتونا الجو المصري إجمالا محتاج تنوع والتنوع بتاعنا كمل المطبخ المصري أو كمل الحاجة اللي احنا قصدين نشتغل فيها وكان ده تارجت بتاعنا والحمد لله نجاحنا بالموضوع ده اجتماعيا الناس كلها اجتماعية وحب السوريين وده كان عامل نجاح كبير بالنسبة لنا الحاجة التانية طبعا هنا سوق استهلاكي ما شاء الله عدد ناس كتيرة وده برضو وبساعد قوي بالشغل بتاعنا وبمجرد انتهائك من الوجبات السورية التقليدية حتى تذهب إلى الاستمتاع بمضاق الحلويات السورية أهلين وسهلين فضل عامي أهل وسهلك برني أبو فهد أبرز صانع الحلوى هنا في منطقة الحصري بعد أن ترك بلاده مرغما قبل سبعة أعوام أول ما فكرت أعمل المشروع جيت هنا وعملت دراسة للمشروع وخدت مصنع ووضبط المصنع كله بعد ما وضبط المصنع ابتديت بأيه أشوف فروع أنا عندي دلوقتي الحمد لله فروع هنا في كل مصر يعني موجود في هدايا الأهرام موجود في الموندسي موجود في كل منطقة عندي فرع تاريبا الشركة الكبيرة حلويات يعني ومسطع في المنطقة الصناعية يعني كله مكان ومنصدر لكل العالم يعني نحن منصدر دلوقتي حلويات شرقية من مصر لكل العالم صار أبو فهد شريكاً للمصريين كغيره من السوريين في الحياة وفي نفس الحي أنا مش هقولك أنه هي حاجة صعبة هي حاجة سهلة جداً 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 يعني حتى هنا الحكومة متسهلة معنا قوي المحلات ما فيش عليها يعني أي حد عاوز يأجر محل يأجر محل وعاوز يشتري يشتري وما فيش مشكلة يعني فكانت سهلة وحتى الورق أنا عمل دلوقتي سجلي صناعي وسجلي تجاري وبطاع ضربية وكل ورقي يعني يعني بكل سهولة عملها المصريون ينظرون إلى جيرانهم السوريين بكثير من الإعجاب لما حققوه من نجاح في بلد يتسع إلى الأيد العاملة وبناء المشروعات الصغيرة وتطويرها طبعاً السوريين شاطرين يعني وأنه هما بصراحة أول ما دخلوا مصر بتدوا يعملوا مشاريع ونكحوا فيها هم عارفوا ينجحوا وعارفوا يجبوا فلوسوا ما يستنوش أنه هما يدوروا على شغل أو يعودوا على أهاوي أنا على ما أعتقد لو رجعوا بلدهم عمتاً حبق زعلان لإني خدنا على أكل إحنا ما كناش متعودين عليه زي النابولسية زي الفراغ بتاعتهم زي الشورمات بتاعتهم حاجة بصراع عودون عليها ولا أحد مش عارف هيعمل ليه الناس دي لو رجعت بلدها تاني برؤوس أموال صغيرة وبإرادة كبيرة نجح آلاف السوريين في التغلب على أوجاعهم وإنشاء مشاريع مربحة على أرض مصر مطلعنا من سوريا كانت نفسية والله يتعباني شوي بس لما عيدنا له هنا لأ تغير الوضع ونحن ما استسلمنا للأمر الواقع واشتغلنا وعملنا مشاريع وزبطة أمورنا هنا أول ما أجيت أجيت على سكنت بمنطقة اسمها بنا بمحافظة الأليوبية والله يعني أقلمت شوي فترة على فترة إجباري يعني الواحد إجباري بدأ يمر بشوية صعوبات ومشاكل وهيك يعني بس الحمد لله تقلمت وبعدين أجيت على هون أكتوبر اشتغلت لك ما اشتغلت والله الحمد لله اشتغلت وراتب يعني حلو بكفيني وبكفي يعني الحمد لله عبد الرحمن ياسين قناة النهار هذا البرنامج برعاية موسيقى بس تنادي نتلاقي لكون مليان انت الامل وانت الكيان احلام فين مطروح لو اخر الدنيا وارك نفديك بالروح عشك في قلبي داوي اي بروح ههتف باسمك مهما كان احلام لا 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 دي الوردين ولا يوم معرف بي اهل المستحيل المستيدة مكتبه ملوش مديد بعد التسعين دين الزمان ولو اعيش احكي في تاريخ اكتبه ما يكفنش دا تاريخ مليان بطولات ما تنتسيش في الكون الده عظم مكان محليم اقول واعيد وانغير ويفرح نصرح قلبي عيد لو مش هاشك عكون دين اكيد الاهلي فدوا في المكان محليم 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 وعمر محليم 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 بحسب تقرير أصدرته وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناع المصريتين حول الشركات الأجنبية المؤسسة في الآوينة الأخيرة تم رصد تزايد الاستثمارات السورية في مصر مكرنة بالفترات السابقة التقرير يرصد حجم الاستثمارات في الأشهر التسعة الأولى لعام 2018 وقدر التقرير قيمة التدفقات الرأس مالية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لسوريين في مصر بـ 70 مليون دولار الما يعادل قرابة مليار وربع المليار جنيه مصري موسيقى هذا الشيء عطانا دافع أننا دائما نكون مصنع مشترك في عمال سوريين في عمال مصريين تجربة السوريين في مصر هي تجربة نكحة بسبب أنهم أكتف قوي في عمالهم في المعاملات الإدارية ممتازين جداً في المعاملات الأخلاقية ممتازين جداً وهم دائماً بيبصوا للنجاح موسيقى موسيقى أنا أجيت لهم سنة 2013 اشتغلت عند الأستاذ زهير بسنة 2015 صلي تقريباً 3 أو 4 سنوات تعلمت المصلحة هون وصرت الحمد لله يعني بعرف بأغلب المراحل بالمنابس والحمد لله شوي شوي لسه عم نتقدم احنا تعلمنا منهم حاجات كتير يعني اهم تعلمنا منهم دماغهم بسمنا نشاء الله شغالة في الشغل بالذات ما بيضيعواش وقت بيستغلوا كل شيء موسيقى أهلاً بحضراتكم عدنا بعد الفاصل ومازلنا في هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة جداً تحت عنوان رسالة حب لسوريا هذه الفقرة مشرفني ومنورني ناس من روايح الشام سوريين محترميين أصبحوا رجال أعمال في مصر كل واحد في مجاله فتح تخصص وفتح عمل نجح فيه وأصبح الآن من الناس اللي بيشار إليهم بالبنان والحقيقة هي قصة نجاحات أخرى بتدل على أن السوريين لما بيرتاحوا في مكان وبيحسوا بمشاعر المودة والحب والاستقبال والاستضافة بيتألقوا الحالة كنتوكوا قبل الفاصل على قصص نجاح كثيرة وعلى ثقافة العمل وثقافة النجاح اللي مجروسة جوه كتير من السوريين أشقاءنا اللي منورنا ومشرفنا في مصر خلوني أرحب بضيوفي الكرام اللي مشرفين ومنورين مشرفني الأستاذ زهير سيف مشرفه منور أهلاً وسهلاً أهلاً سيد سامير الحمد لله تمام مشرفنا أيضاً الأستاذ أنس عمر أهلاً بيك زهر مشرفه منور مشرفنا أيضاً الأستاذ معاذ فهد الشعار أهلاً وسهلاً مشرف ومنور أولاً طبعاً مش بحتاج أقول لكم أهلاً بيكم في مصر إن انتو في وطنكو وأعتقد إن انتو حاسين بدا من يوم مجيتو طب الحمد لله هلأك تكلمني عن اللحظة اللي بتريت فيها الاستثمار والعمل في مصر المشوار اللي انت عملته المجال اللي بتخصص فيه وبعدين ندردش بقى في الحكاية المشوار أول شيء بحب رحيب فيكم وتشكركم القناة الرائعة أشكرك وكمان بشكر يعني جهودكم أنه عم تعرفوا السوريين ونجاحاتكم نجاحاتنا فبالبداية بحب ألقي ضوء شوي على موضوع الاستثمار بهالي صار في مصر طبعا معروف لكل الناس الأحداثها اللي صارت المؤسفة اللي صارت بالبلد واضطرت الناس تشوف تطلع البلدان التاني كان اختيارنا هي مصر الحقيقة اخترنا مصر بأكتر من سبب مصر طبعا سوء كبير هذا سبب مهم والسبب الأهم هي الشعب المصري حقيقة اللي نحن منكن له كل الود والحب والوفاء لأنه استضافنا بكل الحب تمام طبعا وكمان ما مننسى أنه القوانين بمصر قوانين بتشجع الاستثمار فالحقيقة كانت البداية يعني بالألفين وطلتعاش وات أخذنا قرار نحن عنا شركة بسوريا أنا وأخواتي قررنا أنه نطلع على مصر فطلعنا بلشنا أول شيء منه مكتب تجاري صراحة ما بلشنا بالصناعة ليدرس الواحد السوء يعني يشوف أمر شيء فبعد فترة اجتمعنا مع بعض أخوتنا كمان السوريين وعملنا شركة صناعة الملابس صناعة ملابس صناعة ملابس ممتاز تمام بأكتوبر صراحة اخترنا أكتوبر في سبب لاختيارنا أكتوبر يعني معلوم لعند الكل أن أكتوبر في تجمع سوريين كان منيح جدا بالخاصة بالبداية صحيح فإننا حالنا بالبداية منشوف هالشباب السوريين هاللي هن يعني إنه ممكن يشتغلوا يعني نلاقي لهم شغل فرصة عمل يعني لا وكمان رئيس الزب يقولوا عندنا مثل هنا الدم بيحن تمام فكان الاختيار بالبداية طبعا أنا جبنا موظفين فنيين من سوريا أسسنا المصنع وطبعا شوي شوي تطور وطبعا هالأصفي الغالبية العظمية من الشباب والصبايا المصريين حقيقة السوريين صاروا إلال سافر يعني أنتوا في النهاية ما عندكوش معيار يعني هو الكفاءة للتعمل السوريين والمصريين أنت بتعملهم معاملة واحدة أبدا هذا هو الأساس عن دمنا أنه أنت المعاملة المعاملة للكل نفس المعاملة اللي مفروض التعامل فيها الإنسان الموظفين ملابس إيه فعندما اللي بتصنعه ملابس جاهزة تمام رجالي وحريمي ومنعمل كمان البيست اليونيفورم تمام نحن بداية أخي تامر منصنع للغير ممتاز يعني منصنع للبرندات التانية منصنع لهم وهلأ عم بيصدد لا معلش شرح لي يعني إيه ببرندات تانية اللي هو اللي بيسميه الضرب ولا اللي هو إيه تأكيد مش الضرب أنا بهزر طبعا لا يعني فيه مثلا ماركات مشهورة هم مثلا لمصر هم اللي بيطلبوا منكو هم اللي بيطلبوا منصنع لهم فهو بيجيب لي المواد الأولية والماركة واوا فأنا بصنع له إياه بعطي أميس أو بانطلون جاهز أو تي شيرت هلأ بالصدد الحالي عم ندرس موضوع أنه نعمل برند خاص فينا بشركتنا ونزلو نطرحه بالسوق ايه شرك اسمها ايه؟ دامسي دامسي للملابس الجاهزة دامسي للملابس الجاهزة بسم الله ما شاء الله إن شاء الله يبقى والبرندة هيبقى دامسي برضو؟ هيبقى دامسي طيب أنا أنا أول الزباين إن شاء الله بس عندكم مقاسي لأننا والله ما شاء الله مقاسي اللي هو سبعة إكس ده عارفوا؟ ما شاء الله حبيبي أستاذ أنا استطدر أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا أحنا أستاذ سامير إحنا كنا في سوريا نشتغل بمواد الغذائية من 93 تمام فكنا منصنع المواد الغذائية اللي هي الكافهات والبسكوت والعصير البودرة والحاجات دي فلما بدت الأزمة في سوريا في 2011 2012 قررنا أنه لازم يكون عندنا مصنع تاني في غير سوريا في دولة تانية غير سوريا لأنه كان عندنا موكلة في بعض الدول الشقيقة وفي حتى في بعض الدول اللي برة يعني فمنفعش انت تقطع موكلاتك لو لا سمح الله حصل الحاجة صحيح فقررنا فعلا طلعنا وعلى كذا دولة فاخر حاجة كان محطتنا سوق مصر فلقينا الجو المناخ في مصري هو يعني سوريا يعني كان جدا حسيت انتو مقتربتوش أبدا أبدا فعلا يعني دي حقيقة فعلا يعني الشعب واحد الروح واحدة الدم واحدة التعامل مع العمالة يعني كأنك في بلدك يعني ما فيش أي مشكلة أبدا حتى الحمد لله احنا يعني بصراحة كان يعني أنا بتكلم بالإيجابيات انه كان في دعم كبير جدا من الحكومة يعني بشكل كبير أنا بالنسبة لي مثلا احنا عندنا شركة فولندا الحمد لله وعندنا في دبي وعندنا في مصر المصنع هنا وفي مصنع في سوريا بسم الله بشكله في مصر كان في دعم كبير جدا أكتر حتى من أوروبا نفسها يعني يا سلام يعني أنا مثلا المعارض الخارجية الدعم اللي باخده من الحكومة في مصر لـ 80% يعني يعني المعرض لما بيكون تكلفته مثلا 12 ألف يورو ولا دولار ولا حاجة بدفع 3 ألف بس يا سلام الحكومة الدعم كله ده وبوصلوا لي البضاعة على باب المعرض على باب الجناح بتاعي شغل فنادي شغل فنادي حاجة فعلا مهم جدا حاجة مهمة في الداخل برضو احنا اشتركنا في معرض فود أفريكا فأخذنا جناح كبير فدعمونا أنه جابوا لي 8 وكلة من أي دولة في العالم قالوا لي أنت اختار أي دولة في العالم يجيب لك الوكيل باتكاة الطيارة بالفندق بكل حاجة خمس نجوم نزلوهم في فندق جانب المطار خمس نجوم على حساب الحكومة فدي كانت فعلا حاجة تشجع جدا 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 فيه دعم للصادرات الفكرهية فيه جراءات الحكومة لدعم الاستثمار سواء الاستيراد أو تنظيم المعارض اعود لاختيار الوكيلات والتوزيع فده فعلا استفادنا منه احنا فود أفريكا يلي كان في شهر ديسمبر اللي فات الحمد لله رب العامين حققنا منه نجاح جدا كبير يعني الحمد لله كان في صفقات بعده انتو ايه بقى المنتجات بتاعتكم احنا شركة اسمائية اوه اسمه مصنع بوليدو شركة بوليدو بوليدو ايوه هي في هولندا بوليدو في دبي بوليدو في سوريا بوليدو في مصر برضو بوليدو كويس فاحنا بوليدو جروب حلو منصنع الباسكوت العصير يعني الكافيهات اه لا نسكفيدي صعبش ايه نسكفيدي نازل يعني نخبط في نس تانية تمام ومنعمل برضو برايفيت ليبل لبعض الشركات التانية حتى في شركة المانية بتعبي عندنا بعض المنتجات اسكوب بتاعك اسم بوليدو اسمه شكويك احنا عندنا شكويك الشكويك الشكويك لعنا مشروب الشوكولاتة وبرضو بسكوت الشوكولاتة يعني كله بي بحكي파 Bethlehem خامت الشوكولاتة موجودة في الشوكولاتة كمشروب وك حتى الشكويك ده مش صعبش اروح الرجل اقول له بديني شكويك الشكويك التييل شوية صح؟ التييل شوية احنا مش المنتج lo الاسم بس اللي يما حدوه بقت لقي يعني هبقى شكويك جدا يعني ف يعني كان في الحمد لله رب العالمين كان في قصة نجاح في مصر إحنا دخلنا على فكرة على أساس أنه إحنا نخدم وكلأنا لبرة يعني كانت صنيعنا هنا لوكلأنا فلما دخلنا قلنا خلينا نجرب السوق المحلي فلاقينا السوق المحلي ما شاء الله مستقيم وسوق كبير يعني أنت تتكلم عن مئة مليون فممكن تستهدف الشريحة والأي بلس والبي أي شريحة أنت عايزها فحتلاقي فيها في مين حيستهلك خصوصا الشعب المصري بيبقى دايما معياره في الاستهلاك الجودة والسعر لو الجودة والسعر مناسبين يقبل إذا ما انت عاوز أنا بسميها المعادلة الصعبة مصري سوق المعادلة الصعبة جيب جودة وسعر وحتاخد السوق كله فدي فعلا محتاجة شغلي كتير بسم الله بشاء الله أنك أنت عايز تحط جودة وخامة عالية وتحط السعر يكون مناسب لكل الطبقات المصرية فدي صعبة شوية لا أوليها علاقة كمان بالدراسة السوق والتنافسية فأكيد أنتوا درسين الحكاية دي وعملتوا تسعير أو برايس ليست مناسبة صحيح بالضبط يلا أستاذ معايز منور ومشرف أنا يعني يختلف شوية عن أخوانا أنا شربت من نيل شربت من نيل من النيل تسع سنين كويس يعني السبعة وتسعين لألفين وستة كنت عايش هنا معنا كنت عايش هنا كويس ورجعت سوريا وعملت شركة وحصلت الأحداث ورجعت تاني وبدأت عمل شركة شركة إيه؟ شركة المواد ده الأدوية البيطارية للأدوية البيطارية ومستلزمة الدواجين آه ده برانش جديد ده آه يعني جديد يعني طبعا ما معروف لك أن أنا قصد مختلف شوية عما هو معروف عن السوريين السوريين دايما طول الوقت ملابس وأكل ملابس وأكل ملابس وأكل وشكوك في مصر لأنه في مصر تربيت يعني تعلمت المهنة دي بأكبر شركات يعني في الوطن العربي شركة هنا مصرية حل وشبت مني لا فرجعت تاني ما قدرتش يعني يعني طلعت لما بدأت الأزمة طلعت لبنان كنت هطلع السؤولية لفيت لفيت وجيت لا ما عرفتش يعني ما عرفتش ما عرفتش عيش أتنغم سبحان الله جيت هنا جيت إمتى سنة كام جيت 2013 خيس كنت عملت شركة في سوريا وطبعا يعني ربنا يعود عجلة حصل حصل وقلنا هنا بدأت من الصفر وانفضل ربنا دلوقتي يعني تعتبر شركة المودة كبرة شركات لأدوية بيطارية بمهورية مصر الميزة أنا بقى يعني مش الميزة اللي بعتبره كشعب كشعب مصري يعني بيتمنى الخير للشعب السوري أحد يعني تسعمل مئة من نجاح أي سوري هنا في مصر الشعب الشعب يعني سبحان الله ما تتخيلش الدعم النفسي والمحبة من الشعب المصري بالشعب والعكس يعني تعالى أي دولة طلع برا تلاقي المصري والسوري أقرب نصلبع يعني يعني أنت أخدت بالك إزاي ده ده رأسي ما لي رجعت فيه وده اللي انجحت بيه ونفضل ربنا يعني إنت دلاتي بتصنع الأنتجة البيطارية بتصنع أدوية أيام في مصنع لحسابي كويس أحد المصانع المصرية إيه أحد المصانع بصنعه أمي والعمالة كلها مصرية ممتاز خمسين عاما ومين اللي بيخد منتجتك بنتنزلها السوق ولا بتتعلمها الحكومة ولا بتصدر لا 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 أنا بنزل السوق المصري لكبرى شركات الدواجن في مصر حلو وللأهالي يعني الطبقات كلها يعني أنت بتبيع جملة وقطاعي كمان جملة وقطاعي ومفضل ربنا مفضل ربنا مفضل ربنا أضفت حاجات جديدة فكر جديد تمام أهي الفراخ طعمها بتغير الفترة اللي فياتل هي يعني 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 فضل ربنا من من أول ما نفكر بالأعشاب الطبيعية للفراخ كانت شركة المودة شركتين عملت منتجات ونجحت نجاح كبير الحمد لله كان عندي تكريم من جامعة السادات من اسبوعين ثلاثة يعني فضل ربنا حجم العمالة عندنا حباك قدي ايه تقريبا؟ يعني عندنا مثلا أنا عندي مهندسين بيطاري مصريين أطباق بيطاري مصريين مندوبين مبيعات مصريين بصنع في مصنع غير حوالي خمسين سبتين عامين شكرا ما شاء الله ما عندك شوريين خلص؟ لا منه يعني يعني الشغلانة دي يعني متخصصة متخصصة منعش كده قلت هي بعيدة شوية عن تقافة العمل السورية التقصصات اللي بيحبوها سبحان الله مجال الدواجن في مصر المجال نفسه الدواجن بيجمع طوائف مختلفة مختلفة يعني تلاقي التاجر تلاقي الصناعي تلاقي مثلا اللي عايز تقوز برب شوية فراخ يعني اللي بيجمع تلاقي لو في حد يعني تلاقي جامع الطوائف كلها لو انتو في سوريا انتو بتحبوش يفرخ او في سوريا مش كده؟ انتو كايفين لحمة لا لا كمان لا لا اسمع من لا بس اللحمة اللحمة لحمة 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 وتلاقي الفرخة مستخباية فرخة هي ادوبك بس بيقطعوها في المشاوي كده في سيخ لكن لحم وكفت اللحمة هي عندهم كيف اكبر بس في مصر الحمام المحشي لا ايو عن نفسك في مصر الحمام المحشي لا هو الاستهلاك المصر في الدواجن يعتبر من اعلى للدور من اعلى يعني هي تعتبر هنا يعتبر الاردن رغم انه الشعب الليل انما كاستهلاك طعم اكبر الشعوب بعدين تيجي السعودية بس بحكم الحج والعمرة اه صحيح صحيح انما مصر الاستهلاك لا احنا الفرخ عندنا مصر استهلاك وعشان كمان الاسعار المغالة فيها شوية في اللحمة في مصر فمعظم الشعب بميل للاستهدام الدواجن يعني بشكل عام بس طبعا يعني الاسعار وكلام ذا بس مصر يعني انا اتعلمت بمصر الدواجن مصر متطورة جدا عني يا سلام مصر اه صدرت كانت بتصدر قبل الفين وستة لا انا مطلق معك اللي صناعة الدواجن تحديدا متطورة في مصر وفيها مرحات كويسة كانت يعني من بعدين لما صار الانفلونزا توقف انما هي من رواة التصدير اه الشركات اللي موجودة في مصر اه برأي تدي خبرة للشركات الاوروبية يا سلام في شركات هنا في مصر عندها مجال تدي خبرة فرصة انه اتعلم منها في بعض الشركات هل نرجع الاستاذ زهير واسأله عن الحالة اللي بتتعاملوا بيها او بيعملكوا بيها سواء المتعاملين في العمل او حتى في الشارع وفي الحياة العامة هل بتتعاملوا بمنطق ان انتوا اجانب مصريين بيعملكوا ان انت اجانب ان انت مستثمر اجنبي 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 دي بيكون غربي بس فيما هي مش ابن البلد يعني هل بتتعاملوا المعاملة دي ولا ما بيش حاسس بالنوعات دي لا بالعكس بالعكس تمام نشعر بمحبة واضحة تمام من قبل الشعاب المصري بالعكس يعني اه بيشعر انه بيحب يعني يحكي معك ويتقرب منك ويسمح حديثة تمام مظبوط لا وانتو كمان اللهجة بتاعتكو كمان محمبة للقلب وتحس ان المصريين كده بيقولك اتكلم عشان انا احب اه 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 انا بجد مش انا بحب اخواننا السوريين والليبنانين كمان اولوهم يتكلموا علشان يسمح اللهجة تمام اه طريقتكم مخضومة بس احنا بينا بتكلم مصري يعني خلاص لا ما خلاص ما لازم يعني بتعلمه خلاص سنين لا وهي الميزة كمان يا سيد انس فكرة انه انت بتكلم يعني القابل الرسمية بتقول خمسمائة ستمائة الف سوري بقدي في مصر بس انا في رأيي ان هم يقربوا المليون يعني لان التعدادات الرسمية بتبقاش عندها حصر دقيق قوي بكل اللي نزح الى مصر او جه الى مصر لكن في النهاية تحس انه السوريين عارف زي السكر في الشاي دابوا وسط المجتمع المصري بسرعة ودي الحقيقة ما اقدرش انسيبها لنا كمصريين في ان احنا يعني مرحبين بيكو لا انتوا استطعتوا بذكاء ان انتوا تندمجوا في المجتمع وما تحسسوناش انه في عنصر غريب جه يعني ركب على سواء الاقتصاد او العمل او فرص العمل بالعكس اشوف مصريين فرحانين يقول لك ده الجنب هنا سوري فاقول له طب ما دخلت فرصة عملك بتقول لي بالعكس ده هو بيشتغل وبيشكلني فالتوليفة دي الحقيقة لازم اشكركم عليها وقل لي عملت المعادلة والله احنا يعني احنا نشكركم لا يعني انا بتقول انتوا اللي سمحتولنا ننصهر معكم لانه انتوا ما شاء الله شعب يعني زي ما قال استاذ زهير يعني بتستوعبوا كل الجنسيات اللي بتقعها دخلت مصر خلاص بتلاقيها خلاص دخلت في المجتمع وعلى طول ما شاء الله بقى كأنه مصري يعني لا هو بس كمان الشعب المصري في علاقة خاصة مع الشعب السوري تمام حقيقة مختلفة عن كل الشعوب حقيقة قديما وليست أوليدة اليوم متطفق معك كدا ده فعلا حقي نحنا يعني في مصري فعلا ما حسناش بالغربة ابدا يعني انا فعلا انا بحس انه انا مصري تماما يعني حتى انا سبحان الله يعني بقعد انا شوف انا حاجات شوية سوري حاجات شوية مصري صحيح عملت ميكس بتحس انه ميكس يعني القصة صارت يعني فلا الحمد لله رب العالمين فعلا مصر شعرنا انه هي بلدنا يعني وهي فعلا واخوانا وحبيبنا فانتم بتتعاملوا باعتبال انتم عايشين كأنك في سوريا مش كأنك واغرام مية في المية مية في المية مية في المية والله انا بس هي سبحان الله انا فيه كان بعض النقاط احنا حكينا الايجابيات كلها حمد لله حاجات بسيطة ايو انا حب بقى المكسرات السوري هي في حاجات بسيطة اللي هي مثلا الدعم بموضوع الاقامات مثلا يساعدونا اكتر انا عندي مثلا عندي عمالة مصريين في المصنع كتير وعندي ادارين مصريين وعندي ادارين سوريين فلما يجز سوريا رايح يعمل اقامة فنروح بتلاقي مثلا بيقول له تعالى بعد شهرين وحننفذ لك بعد ثلاث شهور فدي بتطول كتير ويروح بيقعد مثلا طول اليوم فانت هو عنده شغل ومفوض دي نقطة مهمة يكون اسرع من كده التعامل يكون اسرع من كده عشان ننجز صح بس انا برضه طبعا لانه اللي حاجة بتتكلم فيه ده اعتقد شوية جزء من المراجعات الامنية مصري الكاشط طبيعي صح فزي ما انا بناشد او بضم صوتي لصوتك في انه يتم الاجراءات بسرعة لازم كمان التحضيرات من عندك ويبقى بدري يعني لو انت هتستخدم حد ما تقدمش قبلها بيوم وتقول انا عايز اقامته بكرة ويجي بكرة يعني لازم تديهم فترة لانت تعارفين الاوراق الحكومية مع المراجعات الامنية بتاخد وقت فانا زي ما بدعو الحكومة الاستعجال كمان انت تديهم فرصة شوية ما تقولوش هجيلي بكرة اقولوا عن مسلا حستقدم حد مدير جيجي للأسبوع الجاية او كمان أسبوعين صح فرصة وفرصة لكن انا معاك طبعا انه الوراق لازم يخلص بسرعة صحي موافقات مثلا انت عايز تعمل شركة تانية يعني انا مثلا عملنا المصنع الاول بعدين لما الحمد لله نجحنا حبينا نعمل مصنع تاني فانا اخدت المكان واخدنا كل حاجة وجهزنا الامور فعايزين ناخد موافقة فالموافقات طويلت كتير معقولة لان انا بعتقد ان دلوقتي هاية الاستثمار وفكة الشباك الواحد دي سرعت اه لا سرعت جدا بس مثلا انه احيانا الموافقة بطويل يعني بتيجي شوية بتاخد وقت كاستثمار لأ هما وزيرة الاستثمار رجزا الله خير يعني ما شاء الله انا عملة شغل ممتاز انا دخلت الاستثمار يعني من فترة قريبة لانه المحامي هو بتابع كل حاجة فانا دخلت من فترة قريبة انا حسيت اني انا في سويسرا يعني ما شاء الله عاجة رائعة جدا هو المبنى سويسرا ان شاء الله كمان الخدمات في سويسرا قريبة هو ده صح عندك شوية مكسلات يا سبحان الله يعني يعني خلينا نتفق على حاجة المهضة لو اي 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 نسيا اي حد ناجح يعني لما حد يساعدوا في حاجة مش مش مادي يعني انما اقراءات كبه بتلاقي فيه اعطاء اكتر مفيش نفرة يعني انت انت واحد بلاك ازاي يعني برضو النقطة دي اللي تكلم بها اخنا ليه ليه يعني ليه منقول لانه في ناس زينا كتير وفي ناس ممكن تدي اكتر وفي ناس اللي يوقع طبعا دلوقتي افضل من الاول يعني ان هذا زي ما قال الهيئة الاستثمار عملة شهر وعملة خطط وعملة وعملة وبالفعل يعني فيه تشجيع بس ممكن شوية تأخير يعني ان هذا انت حضرتك اللي احنا بنحربه دلوقتي هو الروتين اللي هو الوقت اللي بيتاخده الاوراق والدماجات والموافقات هيزي بس يعني يعني انا بقصد ايه برضو بس انا عايز اقولك انتو ما تخلص عالش من انتو جيتو في العز تجيينك في العز وقاك للوز وانتو تعالوا بقا في التمانينات والتسعينات كنت شعرك يشيب عشان تاخد خط هو مش موضوع شكوة بقدر ايه يعني النهاردة لا انا بهذر طبعا لا انا عارف انا عارف على فكرة انا بقوله ده كمان دواجب علينا الله يبارك فيه باعتبار حضرتكم مستثمرين فطبعا افادة ليكو والافادة الاكبر لان احنا حبين ومستفدين بهذا الاستثمار فلازم نساعدكم على النجاح حشان احنا نستفيد لا برضو يعني فيه زينا كتير طبعا طبعا يعني النهاردة يعني يروح النهاردة الواحد بعد صلاة الفجر عشان ياخد دور يعني ده غير هيئة الاستثمار عشان يقدم يعني عربما يجي الموظف ساعة تمني من صلاة الفجر وبرده ساعة وانما يروح يجي دور ويقول تعالى بعد اسبوع يعني بتبقى ايه لأ يبهت اسمك بس انا بجلدك اه قد لي اسم الموظف لا هو لا عفونا مش على دي يا مولانا هي دي العناصر لا العناصر التي يجب انها تحارب فكرة الناس اللي ما بتستغلش بالشكل الكافي الناس اللي بتأثر في اداة عملها لانه مش بس بيدور نفسه بيدور بيدور نحنا نفسنا في ناس يعني في ناس ممكن ايه تنفر طبعا وخاصة اللي ما يعرفش مثلا اول خطوة ايه او كلام من ده لا انا معك كبابة انه انا طول الوقت في برنامجي بشجع المستثمر انه يكون صوته عالي بس بالحق طبعا انه يكون صوته عالي انه يطلع يقول يا جماعة المصلحة الحكومية دي فيها تأخير المصلحة الحكومية دي موظفينها مقصرين انا تعاملت مع الناس دي واخروني وضروني في شغلي لازم يبقى صوتك عالي بكير عشان بتفدنا هذا دور الاعلام الصح طبعا الاعلام الصح وهذا دور حياتي انتم مشكورين على هذا الموضوع لا انا طول الوقت مش سياستي ان انا اغطي على الاخطاء بالعكس ان انا انور على الخطأ عشان اصلا النهاردة حضرتك انا برأي والله انا لسا نتكلم من موضوع ده لو انا راجل تاجر انا برأي السوق المصري مش من اكبر اكبر سوق بالوطن العربي الحمد لله اكبر من الخليل وستهلك يعني سوق طبعا سوق زي ما تفضلت اللي هي المعادلة الصعبة الجودة والسعر ودي بتحصل يعني بالاتقان يعني دي يعني اي ممكن اي بس النهاردة يعني لما الاقي تشجيع شوية في بدأت دلوقتي احنا بنقول برضو ايه المكسرات مقارنة من 3-4-5 دلوقتي بدأت ايه رؤية اوضح بدأ يعني يعني فيه النهاردة يعني عارفين الخطوات عمالين يمشي لانه من اول كان قرأوا كل شوية قرأوا تخبطات دلوقتي بدأت بس فيه اجراءات ممكن تنفر الواحد يعني انا فيه فيه خمسمائة مستثمر برا مش بس شرط سوء يعني ممكن اي حد بس نهاردة عشان موافقات امنية بيروح على دولة تانية هو الروتيني خف؟ يعني لا يعني مع شوية تسهيرات يعني زي ما هو تحضر الروتين ده هو عدو التسهيل يعني زي ما قال الاستاذ تامير يعني انه انت لما بتوصل صوتك لفوق يعني واحد موظف غلط معك انا والله حصلت معي وكذا مره يعني انا حصلت معي حاجة في هيئة الاستثمار مثلاً موظف دخلت ان المحامي هو بيوصل كل حاجة بس فيه حاجة معينة قالوا لي لازم انت تحضر بانتحضر انت تصل علي المحامي كنت انا نزلت وخلصت اموره دخلت على الموظف ففيه ورقة كانت مقصة انا جاي من اكتوبر حلو على صلاح سالي فبيقول لي فيه ورقة دي قلت له المحامي قال لي الورقة كله جاهز قال لي دي صورة وانا هجيب لك الاصل قلت له انت عامل الورقة وانا الاصل ان شاء الله التعصورة دي هجيبها لك حلو المرة اللي جاية عشان ما ترجعنيش الى اكتوبر فقال لي لأ اخد ورقك وطلع برها بالطريقة دي يعني انا في صراحة اتضيقت اتضيقت جدا طبعا طبيعي اخدت الورقة بقلمه وقلمة ورقك بره فانا ازعكتي جدا ازعكتي جدا فطلعت لان انا مبهور بالجمال بتاع الهيات السمار موظف كده بيعمل كده فانا اتضيقت رحت على قسم الشكاوي انا عايز اشتكي على موظف الفناني قال لي ده مانصيبه عالي شوية قلت لي معليش مين انا عايز اشتكي عليه قال لي ده مع رئيس الاسسمار قلت لي أنا جاهز قال لي تفضل معي والله طلع معي واحد محترم دخلنا على رئيس الاسسمار قلت له انا كذا كذا وعندي شركات كذا كذا انا مستثمر وانا مبسوط اللي معمول عندكم وحصل معي واحد من خلال وحصل كذا قال لي انا لا 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 ما يفعش اداني ورقة اكتب كل اللي حصل معك وكتب لي رقم تليفونك والإيميل وإحنا هنعالج الموضوع والله تاني يوم بعتولي إيميل واتصلوا بي وعلى طول وقالوا لي عملوا ايه والإجراء ايه وحصل ايه أنا انبسط جدا بعتت لهم كتاب شكر والله من هولندا اتصلت لهم بعت لهم هذا النجاح بدأت بس لما نقولت لو كان الاستاذ انس زعل ومشي اولا ما كانش خد حقه رقم اتنين كان العنصر ده كمل وعمل كده مرة اتنين وتلاتة معنات تانية لا اصر واحد بتكلم ايه يعني انت قلت احنا بقى شربنا من نيلها يا ريس شربت من نيلها يعني انا بقصد لا انا بقصد انا النهاردة لو انا في لو النهاردة انا ليا فيها خير لازم اقول انه في حاجة ايه نفسي تتعمل صوت الحق يجب ان يكون احنا لما عندك حق صح زعى بقى على صوت واحنا كاعلم معاك وفضل فالنهاردة انتو لما يعني يبقى فيه تشجيع بالنقطة دي يعني هتلاقي معظم الناس بتشتقي بالنقطة دي بس النقطة دي خلي بالك ما فيش عاجة تانية يعني ايه هتلاقي فيه ناس هتيجي من بدأ لما تروح بره هيفتحوا استثمارات فيه ناس يعني فيه ناس او بدايتها لا احنا بحكم متفقين طب انا انما هنا احنا تلاقي ميني فعلا يستجيب هيا دي النقطة هيا دي النقطة هيا دي النقطة يعني نقطة دي زكرة وهنا سوق جميل جدا السوق المصري جميل جدا الحمد لله هو جميل بوجودكم تشرفتوني ونورتوني وانتو نماذج محترمة الله يباشر وحنا حبينا ان احنا نظهر هذي النماذج للناس عشان تعرفوا انتو تعبتوا بتفيدوا نفسوكوا واستثماراتكوا بتفيدوا كمان الاقتصاد المصري ومشغلين عمالة مصرية وبترعوا ايو قد كونوا بتزعروا العمالة مصرية ايو بص زي ما هم منشتكوا لو حد اجتكالي منكوا ربنا اعزك مش اهل مش عمالة اهل اهل انا مخافش غير من الكلدين لا خلي لا خلي لا خلي لا لاني ما يقدرش لا انا مقصر انما هما هما سبحان الله يعني حاجة بص انتم عمركم احتبوا نجحين غير لما يبقى الجروب ناجح ومجموعة العمل ناجح وانتم بتحبوهم وهم بيحبوكم هو دي دايما معدلة النجاح انا بشكركم وشرفتونا وانتم من اهلكم وانتم دايما نجحين وتخوضين شرف ليا شرف ليا شرف ليا شرف ليا شكرا سيب حالكم مع هذا التقرير فيه نماذج كبيرة في الصناعات وفيه كمان نماذج هيلة في الحلويات والمخبوزات والشاوربات وكل حاجة اخرها نروحوا كده شموا الاول وبعدين نرجع ندقوا بقى بعد الفاضل يعتبر المطبخ السوري من المطابخ العريقة والاصيلة في الوطن العربي ويتميز بتنوعه نظرا لاختلاف طبيعة كل منطقة في سوريا حيث ان كل مدينة من المدن السورية لها اطباق تميزها وتشتهر بها وذلك جعل المطبخ السوري غنيا بمكوناته وتنوع اطباقه وحتى حلوياته ايضا فتعتبر الاطباق والاكلات السورية من اكثر الاطباق شهرة حيث تتميز الوصفات السورية ببساطتها وسرعة تحضيرها بالاضافة الى انها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة ويوجد في كل مدينة اكلة شعبية خاصة بها يضم المطبخ السوري قائمة كبيرة من الاطعمة منها الكبة والتبولة والحمص وورق العنب والفتوش والشاورمة والمجدرة والعديد من الاطعمة الاخرى اما لائحة الحلويات تكاد لا تنتهي ومن اشهر الحلويات واكثرها شهرة البقلاوة وهي عبارة عن عجينة منتفخة مملوئة بالمكسرات المغطة بالعسل او بشراب السكر تشمل عداد تناول الطعام في سوريا ثلاثة وجبات رئيسية هي الفطور والغداء والعشاء وغالبا ما تكون الوجبة الوسطى هي الوجبة الرئيسية هذا البرمامك برعاية تم نباشا والرات اتمنى في السلام كتفف كتفك ومعك في اي مكان بس اتادي نتلاقي الكون مليان انت الامل وانت الكيان احلام في المطروح لو اخر الدنيا وارك نفتيك بالروح عشقك في قلبي داوي اي بروح ههتف باسمك مهما كان احلام لا 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 دي الورقين ولا يوم عرفت يا احلي المستحيل انفس كده مكتبه ملوش مديد بعد التسعين دي من زمان ولو اعيش احكي في تاريخ اكتبه ما يكفنش ما دريخ مليا بقطولات ما تتتسيش في الكون انت عاصم مكان احليم اقول واعيد ونغيره يفرح نصرح قلب عيد لو مش هشك عكون بيت اكيد الاهلي فدو في المكان احليم 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 وي معك يا اهلي في الساقة دي افتكر طفل او ست او راجل مريض ما عندهمش سقف او ما عندهمش شباك او ما عندهمش غطر فكر بجد بمغازيات فروة الرأس مع قوة البنبو الطبيعي لشعر عشر مرات اقوى ومية في المية بدون اشرا لا شيء الاخ فيه جير جديد بمغازيات فروة الرأس اشتركوا في القناة بموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة ما تطفص كده واستنى لما نشوف الأكل ويعرضوه علينا بس الريحة قاتلة والشكل انتوا عارفين المسألة بيقول العين بتاكل قبل الفم العين الحقيقة مش قادرة تصبر على الجمال اللي أنا شايفه وأتمنى دلوقتي الكاميرا لما تستعرض الأوبن بوفي المفتوح اللي موجود دلوقتي أنا وعدت حضراتكم قبل الفاصل انه هذه الفقرة عن تقلق السوريين في مصر في مجال المأكلات والمخبوزات والمعجنات والمنقوشات كل حاجة آخرها قات السوريين الحقيقة عظيمين عظيمين فيها وطبعا طبعا سيخ الشيارما الهناك ده ده له فقرة كاملة عن نروح لها هناك كمان شوية بس خلوني لأول أشكر مطعم تاج الشام اللي مشرفنا ومنورنا وهو اللي مقدم لنا النهار ده هذه الباقة الرائعة من المأكلات الأستاذ أبو فراس اللي مشرف ومنور اخر النهار أهلا وسهلا والله مجسرت والشباب بيعطيكم ألف عافية شكل وأداء وإنتاج طبعا أستاذ أبو فراس بس يعرفنا الأول بالشباب الجميل اللي حيطعم النهار ده إن شاء الله الشيف نورس الشيف مقبلات بارد الشيف أنس الشيف غربي أهلا وسهلا الشيف مهران الشيف منقيش وبيتزا طبعاً والشيف أبو جمال ومساعده طبعاً أهلا وسهلا والشيف محمد حمادي برضو الشيف شاورمة طبعاً طبعاً أبو محمد شيف مشاوي شكله بعضه يعني في اللقب الجسم نحس منه أقول اللهم صلى على النبي بسم الله من شاء الله طبعاً نحن دلوقتي بنشتغل هنا بالمقبلات هنعمل كم طبق مقبلات نحن عملنا طبقين كده كويس هندخش على السلطات والتبولة المائدة السورية مشهورة دايماً بالمقبلات والمزات البردة والسخنة تقريباً صح لا مش تقريباً أنا أعكيل هو لبنان وسوريا مظبوط بلاد الشام مشهورة دايماً بالمزات الساخنة والبردة والمقبلات اللي ممكن جداً تكفي قبل ما تخش على الطبق الرئيس صحيح صحيح تمام كمان أنتو عندوكو قسم معجرات ومخبوزات أشهرها إيه يا أبو خرص نحن تقريباً المنائيش عندنا المنائيش اللي كانت هي بالبداية الأمر زيت والزعتر والجبنة تقريباً دي اللي كانت بعدين مع التطور بقى والصفيحة طبعاً باللحمة مع التطور كده أو إيه الفرق بين المنقوشة والصفيحة المنقوشة مش دخلها أكل محل عندكو أقول له كذا يقول له عاسفة أقول له والله ما بعرف الفرق بينهم أو صح أو مقاربين أه الصفيحة بيتخلها لحمة يعني كل شيء داخله لحمة نسميه صفيحة أما المنائيش ما غير لحمة منقوشة جبنة جبنة زعتر حلوم في كتير حاجات يعني بالنسبة سبانغ تمام أي حاجة داخلها لحمة روحت لصفيحة ممتاز ممتاز وبتعملوا كمان بيتزا أه نعمل بيتزا والبيزاية اللي بيعملها دي uh out lalea سبوا بالكسات لمشكل البيزائي اللي بعملها دلوقتي اسمها تاج الشام اللي احنا عاملينها باسم المكان اه اه اللحوم هي مشكل لحوم اللحوم زي عن ايكم مصر برضو اه طبعا فياكل اللحمة محصولش وفيه البزاية الثانية خضار طبعاً اللي هي فصول طبعاً بقى قسم المشاوي عندكو ده ده بتاعت أبو محمد بقى ياسين هندوقنا احنا مع بعض ان شاء الله هندوقك حاجة بس انتو عندكو انتو بسموها الكفتة كفتة انتو الكفتة لحنا عنا كباب دايماً الفرق مختلف الطويل ده ايه كباب عندنا انتو عندكم هي الكباب اللي هي الشقف كباب الصغير الشقف ايوة لحنا عندنا اسمها شقف والكفتة اللي عندكم عندنا اسمها كباب طبعاً الشيش هو الشيش طوء ده معروف بس الحمام ده بتاعنا بقى انا جبتهم مقصود عشان لحنا دخلنا بمفعام تاج الشام الشرقي مصري والسوري مع بعض يعني بإمكانك تيجي انت تطلب اي أكلة مصرية هتلاقيها موجودة ان شاء الله بتاكش وده ده شبه كريسبي اه فراخ كريسبي اه فراخ كريسبي دي فراخ مخلية طبعاً من الصدور اه اه طبعاً ليها تتبيلة خاصة وبعدين تطحن بس دي مش سبيسي دي عادية لا في سبيسي في من نوعات اه طبعاً عايزها سبيسي بتتعمل بتتعمل سبيسي الزنجر اه تمام وبتتطحن كده وبعدين بتتقلاء وبتطلع بالشكل ده ممتاز انتو بيسموه الجات نظر؟ جات 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 هما عندنا طبق الصلطة بيبقى تعرفين في مصطبق الصلطة الصغير كيزا هما بيحبوا ممكن لو انا استعرف تجيب مش عافية سبيها ايه بس هما الجات اه كمية الصلطة اللي هي زي ما هي كده بص بتلاقي الخص زي ما هو ايوة اللي انت جابه الت instalه ماء زي ما هي الجزر زي ما هو الدفك ده ايه ده ده كرومأحمر كرومب أحمر اه كرومأحمر والكروم الأبيض اللي قدامه كرومب أحمر والكرومب الأبيض الفل粉 health الفل الفل زي ما هي اه ده فلفل الألوان اه لكم ما يميز المائدة السورية والمطبخ السوري دايماً إنه العين صح؟ طبعاً. العين لازم تأكل وتشتهي وتستمتع قبل الفم ما يستمتع كمان. أنتوا كمان مشهورين بقى ده المكدوس صح؟ ده المكدوس السوري اللي هو عبارة عن مش عارفت بشايفه ولا أهو. أهو. أطلع لك سنة فوق أهو. هو عبارة عن بتنجان. بص. هو ده المكدوس. ده اللي هو محشي البتنجان هو بتنجان محشي عين الجمل. هو فلفل. يا خبار ربي. بزيت الزيتون. تلووش. حدق لكم دلوقتي حنقلكوا الطعم حالاً بس احنا بس بنعمل استعراض أول يام. مكدوس وده زيت زيتون. وده زيت زيتون. ده عنصر مشترك عندك في كل الأكل. أكيد. أكيد. زيت الزيتون ده تقريباً مفيش طبق بيأخلوا من زيت الزيتون. أكيد. وزيت الزيتون آه له فوائد كتير كبيرة. صحيح. صحيح. آه ولحنا بنستخدمه آه تقريباً دلوقتي على الصباق الزيت تجيبها الكاميرا بس. آه الكاميرا اهو. بص اهو. اهو جنبنا اهو. آه شيف نوار اسمه ايه? آه نورس. ايه نورس دي جبتها من يل الاسم ده? والله ما عرفش اهلي. نورس. نورس ده الطائر? ده طائر النورس. آه طائر. آه اكيد آه. سلام. بصوا طبعاً حمص ناعم. حمص ناعم ازاي كده? نسبحها. اهو. 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 كده بصوا لتشكيلة مع الزيت الزيتون. لازم زيت الزيتون. لا وانا عجبني انه الطبق فيه يعني وفرة من زيت الزيتون بحيث ان اللي بيحب كمان يبقى يعني اهو بالعيش يغمس وياخد بالضبط بالضبط. طيب انا ناكل بقى ولا ايه؟ طبعاً بس عاوز تتكلم على زيت الزيتون معلش. اه تفضل. اه تفضل. زيت الزيتون اه طبعاً انا برأي صيدلية بحاله. صيدلية بحاله. اه يعني اه فوائد كتير اه طبعاً اه للشعر للجسم لا اه هو اكتر حاجة بنستفيد منه بالطعام. تمام لا انا من الحاجات اللي بتفرق معايا كمان في المعدة انه بيسهل الهضم جداً وبيخلي فيه سيولة في المعدة. بالضبط. ما بقاش فيه عسر هضم او انتفاخ. حتى بيعمل ويخاية من امراض السرطان بالنسبة لآآ آمين يا رب. اه لا لا. عشان انا انصح فيه بس انه نكسب اليخاء ده وننصح بالزيت الزيتون. صح. لانه فعلاً هو مفيد كتير مفيد. مصبوط. انتو كمان الرمان بتستخدموه كتير. بالسلطات. بالسلطات والمقبلات. وحتى وحتى بالفرن اللي احنا بالمنقيش فيه حاجات بنحطها داخل السباني عندنا بنحط له الرمان. واساعات بتستخدموه هو ده بقى دبس الرمان. ده دبس الرمان. شخص. هو من نفسه من الرمان يتعمل دبس. اه بتعمل دبس. ده بتعملوه بساعات باللي هو سودة جاج. اسمها ايه? سلطات جرجير. لا. سودة جاج. سودة. الكبدة هي الكبدة. سودة. 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 سودة بتعملوها بدبس الرمان. كمان المقانئ بتعملوها كمان بدبس الرمان. الفتة تقريبا اه في حاجات من لها. بتحط لها ديبس رمان? اه. اه. اه اوكي. بسم الله من شاء الله. انا انت عملت بيتزا خلاص? اه عمل بيتزايتين واحدة. واحدة اللي هي تاج الشام. اه. واحدة خضار. واحدة خضار. بسم الله من شاء الله. انت جاي بالحركات يا انس عندك? زي الفل. هناك مليان اهي. دي دي. مدروزة لحم. اه. دي مدروزة لحمة اه? ايوة. ودي اه خضار على كيفك. اه. وبروكلي ده البروكلي ده اه. ده احنا تاج الشام منزله على فكرة ما ما يحدش بيعملها دي. اه دي جديد. احنا منزلين اه. اه اه. بيبقى طعمه حلو? اوي. يا سلام. او الله. انت الشاور ما عندك ايه? جاهزة. تمام? جاهزة. بص انا بحب اللي هو المحروف المحرمش اللي عنا. واخد بالك انت? انا ايه. انا حجي هنا بيجهز سندوتشات ايه? ده اه برجر. برجر. برجر يعني اه يعني الغربي كمان متوفر عندك سندوتشات البرجر. اه هم طبعا الكريسبي والزنجار والبرجر. طب صبت لنا كده شكل بقى سندوتش برجر. حط البرجرية مع الحركات. حروح انا بمفرص مشوار كده وجاين لك على طول. يلا. يلا بي. زكا بمفحمل. افهمل ايه امر? اتنور. اعطينا 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 اعطينا. هتدواقونا بقى ولا ايه? اه. يلا بينا. انت ورق العنب عندكم مقبلات. اه. متعارف وقف مصر عندنا ورق العنب. محاشي. محاشي وبيتتاكل سخن وفي الحلة. لا احنا بقى ايه. لكن انت الورق العنب عندك مقبلات. اسلام اليك. اه. افع شاك بيرا شوية. اه. ده عن جانب. اه. اه. نديد. اه. ايه. ايه رأيك طبعا. ام. بصوا. ورق العنب. سهل واحد. على عكس مصر. احنا بنحب في مصر. السخن الورق العنب بيبقى خفيف. الورق انا بقى خفيفة. والرز والحاجات اه. والرز والحاجات اللي فيها هتمقى كتير. هنا في المقبلات الورق كتير. وطعمه حلو. لاني طبعا الورق حلو برض معموم بزيت الزاتون. اه طبعا. طعم الزاتون باين فيه. اه. اه. والحشو لايل بس اه باينة فيه. وفيه خضار. فيه خضار حلو. ع ballot. دي. اه الصابعي. دي الله! حلو أوه! ده سمبوسك! ده من المناقش سمبوسك! آه! بس لا! هي بالمنعيش! كمان! حلو أوه! بص حضرتك! دي سباني! دي محشية سباني! دي سباني! شايفين ولا ايه! تمام! يعني هيا الفكرة انه الحشو هنا بقى بكتير محيا! يعني أيوة! حلوه اوه! بص بقى هي بتاكل بتبقى رطيفة ازاي? ألفة اهامة يا رب! كيش تم ازينك! عايز اقول لكم ان انا ما بحبش سباني خط! بس طعمها هنا مختلفة وحلوة أنا حابب أزوّقك الكوبابة بقى الكوبابة ها طيب هنستحى تدوء كتير أستاذ تدعشي مني طالص بلّي يجوح لحنا وليستعمل هنستوها كده طيب بلّيش عاكل وليستعمل طيب هيك الكوبابة حد بقى المشوى بقى دي جنبي هنا عشانا حني احتاجها أيوة تستقل قولي بقى الكوبابة دي بتتعمل ازاي لأن الكوبابة السوري مختلفة خالص على الكوبابة المصرية طيب هي طبعا بص الأول أديني واحدة سليمة بص هنا الكوبابة حجمها قد ايه أولا لأن احنا عندنا بنعملها صغيرة شوية وبتبقى غمق عن كده من احنا في مصر بنعملها بتطلع بني محروق هنا بتبقى حجمها كبير ولونها يعني زي ما انتو شايفين كده أميل على الزهر يعني على الزهر شوية أو جولد شوية دهب شوية كده تمام وجوه بقى الحشوة دي بقى الحشوة اللي داخلها لحمة مع بصل أما بالنسبة لـ فضل بالنسبة لـ او ماشي بالنسبة للعجينة بتكون برغل مع لحمة تفرم ويتحط اللي بهارات وتتقرص كده ويتحط اللي الحشوة اللي احنا شايفين هادلوقتي حلوة فيها بصل كتير فيها بصل ولحمة والبصل منديها طعم حلوة قوي والبرغل طعم وباين البرغل طعم وباين طبعا طبعا مش عجب مهمة جدا دي التابولة صح التابولة اه التابولة دي مفيش ست بيت مصرية حاولت تعرف تعملها وعملتها طيب لحمة بعض اللي دلوقتي حيعملوها كلهم ان شاء الله اه لانه يعني الفاتوش شوية بنعرف نعمله الحمص بالمشعب ايه زبطا الا التابولة دايما بتطلع عندنا برسيم مش عارف ليه فا ياليه تقول للناس وست البت هتحبك جدا لما تقول لها التابولة خلطتها وزبطتها ازاي ازاي الفارمة تبقى كده والميكس لانه بتعملها لنا ستات بيوتنا الحقيقة بتبقى عايزين نتفش شيفنا ورس اه اه قول لنا بقى كيفية تصنع التابولة وانا داخل في المشروعات كده جنبك ماشي الاهم شي بفارمة تابولة لما بتفرم البقدونس ما ترجع عليه مرة ثانية ما ترجع عليه تمام فارمة واحدة فارمة واحدة يتكون نعمة وما ترجع عليه لان متل ما عم بتحكي بيطلع مثل البرسين اه يعني بيتـ بيمشي في بعضه تمام تطلع المية بتاعته تطلع كل المية بتاعته بتخليوني تسكوا في بعضه صحيح وبندورة نعمة بصل ناعم وبرغور راح بندورة اللي هي الطماطن الطماطن نعمة نعمة الناس ما تشوف حجم البندورة اللي انت بتكلم عنها يلا خليه يا طيب مشاولين قرب بقى جدا لنحط اي كلوز من عندك بصتوا حضراتكم الطماطن قد غير يعني اصغر من الحموصة والبقدونس ايه وبصل وبصل ناعم اه البقدونس مقطع رفيع بس مش مسك في نفسه وبصل ناعم وبرغل برغل تمام شي اللي بيتحط الاول فاي 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 ايه اول حاج بتحطها ايه هي البقدونس الانصر الاساسي عنصر اساسي فيها اوكي بنحط الطماطن والبصل والبرغل البرغل طبعا بيكون منقوع اوكي تمام وحمض وزيت زيتون ومرض حمض هو الليمون تمام زيت زيتون ورشة نعنى او اذا في نعنى عفرش يعني بيطلع كتير طيب ممتاز هاي كل التبولة ممتاز طيب حمضو بقى استنى المشاوي طيب بس المشاوي حطلعك فاصل احضر اصبر بس علشان المشاوي دي بقى اسمها الشقف صح علشان انا باكل بيدي بقى فهل يعني ايه 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 اكل ما يحراش غير الله الله هاي اللي اقرقوا بصوا من القطر اوه اوه بص 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 انتا عزاي؟ بم؟ أفضع بقه! افضع بقه ! طعفة! طعفة! في هنالتصحيلة يا! هيا! عزيمة! عزيمة! اللعنة تسابوه لجلوه زي! طيب أنا هطلح على لكم فاصل عشان أنا حسس إن فيه 140 مليون عين مضروبة في الآخل اللي أنا باكله لحد ما دوق الكفتة واستطعمها وارجعونا بعد الفاصل نأخدكم بقى في القسم اللي هناك ورحلة كده عند الشهور ما إن شاء الله اشتركوا في القسم هذا البرمامج برعاية الحمد لله بفضل ربنا ثم تبرعاتكم خلصنا وشغلنا المرحلة الأولى والتانية من مستشفى الصعيد للسرطان مستشفى شفى الأرمان وبنعالج المرضى وكمان بدأنا في بناء وتأسيس المرحلة الثالثة وعشان نقدر نكمل محتاجين دعمكم وتبرعاتكم علشان صعيد بلا سرطان شارك بسهم الشفى في زكاة أو صدقة أو صدقة جرية سهم الإطعام 60 جنيه سهم تأسيس المرحلة الثالثة 100 جنيه سهم إقامة الغرفة وعلاج اليوم الواحد 200 جنيه سهم العلاج الإشعاعي 250 جنيه سهم العلاج الكيماوي 500 جنيه شارك بسهم واحد أو أكتر أو باللي تقدر عليه مستشفى شفى الأرمان صعيد بلا سرطان إن شاء الله اتبرعوا التصل دلوقتي على 19.455 يصلك من دبن لحد باب البيت للإعلان على شبكة تلفزيون النهار الوكيل الإعلاني ميديا لين الاتصال على الأرقام التالية انت أمرأة صعبة ببعرفش عملي حسيت الفترات رح تموتي بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر توافقوا علي أنا من الشخصيات محسيتش بالندم ما منشفى من الجرح مش هتكلم تاني في أي حاجة شخصني إسكتيني مش الحياة من غير اتطلعت أحلى اتطلعت أحلى أحلى وسهلة أولي من دونت كمان أحلى ريم عايزة أين أنت بتحب حالة الحب ريم أكتر حالة حب فزيعة أنت ما بتحب رجالة الحليون ما قابلتوش برض أطور الدل مع رغض شلوب الليلة العشرة مساء على النهار اشتركوا في القناة أمنك رسالتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاوي في أثناء الفاصل مشاوي رائعة وبيتدوب في البق وأثناء الفاصل نورس نورس عمل لنا الفتوش بس الحقيقة الفتوش أنا خدت مهزر قبل الفاصل وبقوله استنتات عندنا بيعرفوا يعملوه بس لما شفت الفتوش ده عرفت أنه فتوش غير فتوش فتوش المدام عندي يعني فتوش هبعيد عنك يخليك تيجي بالمأزون وانت واقف الفتوش هنا أولا الفكرة في العيش العيش برضو ده مش سهل ده ده من بتعملوه من العيش مع الشامي بالضبط ويتقطع ويتقلم لأننا عندنا بنعملوه من العيش الشامي بتاعنا التخين شمال ما بطلعش حلو أنتو تعملوه من الشامي الرفيع العيش الشامي اللي عندكم هون المصار ما بينزل بالزيت أيوة صح بس منزلته بالزيت رح تشرب كل الزيت مصبير بيطلع هش صح هاد سوري بينزل بالزيت مثله مثل البطاطة يعني بيطلع مقرماش صح بيطلع مقرماش ومش شالب زيت كتير وبيبقى خفيف مصبور وانت راشش على الوش نبس الرمان نبس الرمان مع رمان كتير مع ده الخص اللي هو كابوتشا ولا خص لا كابوتشا هو كابوتشا لأ اصلاحنا عندنا في مصر في كابوتشا وفي خص في الاتنين مختلفين شوان بعض مشاكل كراح الكابوتشا اللي هي بشكل مدورة ويرور كده طويل فكابوتشا وطماطم ورمان وخيار وفلفل ألوان وفلفل ألوان وفي الشجرة دي اللي مش عفل دي بالتزوية بقى زينة 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 احنا بناكم لحياة الشباب بتوع الغرب عملوا فينك اهو مش عب بقى هتعافت سوفوا لا خليك مقبولة انت بوراست اهو ده انا خدس مش اتحاول عن نسل عملوا سندويتش بيرجر يتاكل لوحده بصوا المنزر هي خليني اه يعني اقول لكم حاجة مهمة لها علاقة به ده بجد يعني أنا واقف مع الشباب بقالي حوالي دلوقتي ساعة تسببوا إن إحنا طلعنا معاكم نص ساعة بس إحنا واقف مع الشباب حوالي بقالي ساعة وهم بيجهزوا بيحضروا بخلاف إنه العين والشكل والسيرفينج والتقديم يفتح النفس ونضيف وحلو بس كمان لازم اعترف إنه في اهتمام ونظافة في كل مراحل التحضير يعني من الاول كلهم لابسين جوانتيات ونظيفة وحتى مفرص في النصر المالجوانتيات ادمت شوية وبقى عليها زيت ومجعب ايه وبتاع الليهم غيروا الجوانتي او الكفاز اللي هم لابسينه ده عشان يبقى فيه نظافة التحضير الحاجات وهو بتتقطع بشكل نظيف وبتتحط بشكل محترم فالنتيجة في النهاية بتبقى لطيفة خدوا لكم قدامكم مثلا ما يقارب العشرين صنف مثلا لو قلناها جزافة كنا ما عدتشها بس قدامكم عشرين صنف ومع ذلك هتلاقي الترابيزة نظيفة والفرن نظيف وجاء طاعة التجهيز اللي وراء عند الشباب سواء الغربي هنا او المقبلات او حتى عند البيتزا تلاقي الدنيا نظيفة احنا عندنا ست البيت المصرية تخش تعمل بيد قملت تلاقي الريسبشن تزبل فما بالك بقى عشرين صنف بيتعملوا والديكور لسا نظيف وبتاعنا انتعارفين الديكور عندنا هنا في النهار عهدة فلازم يرجع النظيف زي ما هو فالحقيقة لازم يعني احيي فيهم هذا الكلام وانا مش بقولها بس عشان امدحهم لكن انا بقولها علشان اوضح سر التميز يعني اللي عايز يتميز واللي عايز ينجح واللي عايز يبعليه اقبال من الناس والناس تحب اكل وتتردد عليه وتكرر الزيارات لازم يهتم بكل تفصيلة صغيرة يعني بصوا حضراتكم هنا مثلا طبق اللي هو اللي بتسمعون مخللات والمخلات اه ده اللفت وده الخيار حاني مش عارف انتا جاي معايا ولا اقا اللي ايه اه اه يعني بالمنظر ده زي ما انتم شايفين بصوا الطبق يفتح النفس الوحده انا عارف ان انتم عايزين تنطوا من الشاشة ويعني تاكلوا معايا بس انا في حاجة اه المكدوس المكدوس اه ده المكدوس صح ده اه ده المكدوس انت قطعته اه بالضبط صح اه معلش انا انا حابب اخليه ادوقه انا هدوقه طبعا بس انا هدوقه اه اقول لنا المكونات لانه احنا عندنا البتنجان يا اما بيبقى له علاقة بالبتنجان المحشي روز يا اما البتنجان اللي هو عندنا جنان عارف انت البتنجان ده لكن المكدوس ده ما بدعملوش شوف الله هو المكدوس يعني بالنسبة للسوريين كلهم مونة يعني بيعملوا مونة وبيخزنوا للشتوية بيخزنوه تمام يعني أول شي بيسلوا البيتنجان بيتملح بيسلوا بيتملح بعدين اللي حطت صوفي ميتو بتكون الحشوي جاهز زي جوز وفلفل ومل يعني هو أقرب إلى أنه بيتخلل تماما صح؟ تمام يعني هو طعمه بيخلل وحطت لك جنبه الطماطم المقطع والبصل المقطع بحيس اللي عايز يضيف الإضافات بس هو طعمه بتنجان مخلل بس مش بالطريعة بتاعتنا بالزيت الزيت زيتون طبعا برضو لا أنتو عندكم زيت زيتون ده ما بيهزرش هو بيتخلل بزيت الزيتون بس حرق شوي لا مش حرق يعني عارف اللي هو يعمل لك صدمة كلا جوة لو يفوقك حلو طيب احنا تمام 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 أنا بس مش عايز أعدي صنف أنا بقول لك هو طبعا عدنا كده ودوقنا احنا ورا لقنا طبعا فكرني بس للشراكل ده البابا غنوج المتبل عندكم أولا أنتو البابا غنوج عندكم مختلف أه كمان أنا عاوزك تدوق حاطر حاطر أنت البابا غنوج عندكم ما بتحطولوش طحينة لا ده اللي بتطحينة بقى ده عندنا اسم المتبل هنا ده أيوا هو ده ده البابا غنوج اللي احنا عارفينه كمصريين بالزبط ده انتو بسببينه ايه؟ متبل متبل اه لكن البابا غنوجل بتاعكم غير بقى بتاعنا خالص ده اللي هو بتنجان بس بس بتنجان اه بتنجان وخضار يعني اه لكن ما فوش طحينة ولا حضار خضار نعمة مع دبس الرمان اه طب ممكن ندوق ده اه طبعا عشان بس ايه؟ هقول للناس هو طعم البابا غنوجل مصري بس تخيلوا معايا أنتو شايدين منه الطحينة هو الشباب الورا كاميرا مالكو كده بحرك له والله يصبر بصين لي بصة مش عاجباني اه طيب احنا قدنا كده انا بصراحة من كترة حلاوة البرجر مش قادر امدي ايدي عليها عشان ببوصي شكله بس انا متأكد انه كمان طعمه حلو ان شاء الله احنا كلنا الوراق العنب بس متهيق لي نسيت طعمه فما فاش حاجة لو فاتت واحدة كمان اه عشان بص الحاجات اللي نسيناها من الربع ساعة دي نفتكيها العنب الابيتيزر ليفتح النفس طبعا لبعد الوراق العنب اه الحياة فرخة شواية مش عالفحم انت شايفين فرخة عديه لا لا خلاله يعني اما الفرخة دي حامل نا هي اما بسم الله ما شاء الله يعني انت تغيبينها ولا فين بصوا الفرخة عاملة ازاي بس هو الاهم من من الحجم الله ما صلى على النبي يعني دي شمرت ده شمرت ايه اسمها ايه التانية الحال عتقية ايوة العتقية بس اكتر منها عتقية اكتر ما يميزها اللون يعني بصوا عندنا اللون يفتح النفس وتحس انها بتبرق الفرخة بتبرق اولا فيها اللون الغامق اللي يدل انها مستوية كويس ثانيا اللمعة اللي فيها دي اللي هي تشهل نظر وتخليك تحب يعني تعمل جريمة دلوقتي بس بس مش عالف عاملها ازاي انا دوق بقى الفرخة دي ولا دوق الفراخ اللي انت جبتهلي اللي هي ماشي الكريسبي الفراخ الكريسبي اه تلصح بعضي اول والله الاثنين تحدوق دي وحدوق دي ان شاء الله طيب ناشي حار بص دي دي بفاش حض لا بخلية هفش على قطول طاعدة نص بقى بتبقى حالو ازاي لما ايه ده في الاصل اجناح ده ولا ايه لا ده صدر اه ماخشو فرخة اه وماخشو فرخة مم مم حشة بالزبط حشة وكريسبي جدا من برا بالزبط وطرية جدا من جوه بس دي عايزة ايه بقى اه طبعا ما اوزة تمية اوزة اه طمية والله انت بنحلان بصفة ديني بقى التمية الهنك دي لانها فعلا عايزة حاجة جديد حمودة ايوه ايوه لاني يكوني البزاعة في التمية يا خبراب يارد يا خبراب يارد عظيمة وهي وإه ممتازم ممتازم طيب اه اسم اه هم TRNM بقى. اه خش عالشورمة. انا حاجين يا اشوف في راس ما انا بتلقش عليك. صحيح. فضل. حاضر حاضر. سابوا عليكم. بصوا هنا يا شباب. مع الشباب اخلي دي بس هنا. اه. مسي قادر يحلوه بصراح. بصبر حاجينة. هنا انت عامل دي فت في شورمة. صح? ايه اللي تحت? حبيب قلبي ده بيض. بس ما ترميك حكولها اغتاني. ايه رز وعيش محمص. رز? رز وعيش محمص. وعيش محمص. اه بتيجي كده. وعالوش. اه ده ده اللي بتقدم فيه. ده التكاوي. التكاوي. كده بتيجي رز كده. اه وعيش محمص عالوش. وتفرش فوق شورمة. دي شورمة جاج. نعم. وفي طوع الشورمة الاحمر. تمام. طيب. طيب. بقى انت اضحكت علي. قلت لك بحب المحروق. عايز حاجة زي المحروقة دي كده. حتة اللي هي ايه? عارف الترطوفة بتاعت صنينة البسموسة. زيها كده. هي دي اللي يتبين طعم الشورمة. السلام. دي بقى الشورمة سيخ يديك من عالسيخ. على فوقش. اه. البقى احط لك بقى طباطم وبصل وبتاعه تلاقي في النهات الشورمة هي القليل. لكن الشورمة سيخ دي اللي هي على خد بالك انت. بيتبقى يا خبرة بيض على الجريمة. خبرة بيض. بس انت لازم يبقى جنبك اه هو ده. قد يستعقول لك اوعى. بقاش تباية. واوعى. ميبقاش فيه الخيار الصغير للمقطع ده. لان حبيب قلبي. يا جماعة انا في الجنة. يعني الحمد لله. لو الجنة مش عارف هيبقى فيها. ملزة وطاب حلو كده. ده ايه بالانس ده. ايه? جزر. حشو بطن بقى الفضل. انا رجبة هزار زبون لك شورمة. باول نظر ايه انا انا محتاج نظر احاجة اول معده. انت الشورمة. على مزاج الزبون. طبعا. اللي يقول لك عايز عسيق سك. صح. او عايز بنحشو. وممكن تحط برندورة وممكن تحط اه بقدونس. اللي اللي حصل بالطلب. ايه يعني انت بتشكله ساندوش زي ما هو عاوز. هو الساندوش بطلع اه بشكل عام. ام. تمية ومخلت. ده ده. ده اه. واللي عايزي يضيب حاجة. يزوط حاجة بتزوط فرق مش مشكلة. طبعا ايه. والساندوش بتعمله في العيش اللي هو الرقيق السوري. صار اه. اللي هو انت عملت انا ساندوش. عملت لك. دي وجبة عربي اكسترا. تيجي معها كبة. اه. والشورمة ديه. ودي العربي العادي. بتقدم كده للزبون. ايه الفرق بين ديو دي مع ريش? دي مع كبابة. هي هي. يا ولا. هي نفسي اه. يا دي الاكسترا يعني تبطلقوا ببايا في اللبايا. كده يعني متعت انت. اه. والتيجي الساندوش يعني فيها كمية اكبر من دي. دي الاكسترا. اه طبعا. دبل. دبل ده يعني دبل. دبل. دبل 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 دبل. اه. لكن اله. وده العادي ده الكلاسك. ده العادي اه. تمام. وفيه عن ديوكو ان انت بتعمل ميكس. لحمة وتجاج. طبعا ساندوش شاني جانب بعض. واحدة يعني. وممكن مش تاندوش ممكن تديني طبق. ممكن اه. شاورمة بس. زي دي. نصها لحمة ونصها فتة. من غير حاجة. اه. زي الربعة. واجبة يعني واجبة. واجبة شاورمة. ومعها العيش والتمية والحركات. بالضبط. كمان. بيطلع طبق كمان متزين زي ده. ده حاجة عظيمة. انا الحقيقة عايزة افترس الحمام ده. بس اه. مش قادر. بجد مش قادر. وعايزة اقول لك الله انت ابن حلال بصفي وفاهمني. ابن حلال وفاهمني. لان الشيورمة اللي قال. عارفين اللي هي دي كده? يا خبر رب يال على الجمال. انا ممكن يا بات جنب السيخ الشيورمة ده. لو عندش مشكلة. اولا دفع. نمنا اتنين ممكن كل ربع ساعة يقطع لي واكل. عظيمة. وقت تتحب. والله العظيمة. انت اسمك كريم ايه? محمد. انا حبيتك يا محمد بجد بعد السيخ ده. بجد تتحب بعد السيخ ده. بصوا اللي شايفين انت فيه يعنيه كابلة ايه? بصوا. بصوا اللون من بره. خش 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 عليها ما تتكسيفش. خش عليها ما تتكسيفش. خده باشا. اوه. دي انا رب ياض عليك وعلى حلوتك تعالى بقى. بص بص بصوا اللون من بره. واللون من جوه. بص. حدف دي. يا خبر ربي تسقيفة بقى للنبي. طيب. نظرا لان انا حيتم انتهكي حالا دلوقتي. والكنترول حيجي يولع فيها رسمي. انا مش هادف اقول لكم ايه? بس دي من احلى الحلقات اللي عملتها في حياتي. الله يخليك. الله يخليك. وانا كل حلقاتي بالمنظر ده حبقى في حجم مع عمر القديم قريب. لكن بجد تسلم ايديكم. متعتونا وغزتونا ونورتونا. انا بشكر محل طاج الشام وبشكر ابو فراص وبشكر كل الشباب. الله يخليك. يعطيكم الف عافية. الله يخليك. يعني مش غريب ومش آآ آآ مستغرب آآ نجاحكم وإقبال المصريين عليكم. الله يخليك. لان انتم بجد ناس بتحتنم نفسكم وبتحتنموا شغلكم. الله يخليك. وبتحبوني فجبتولي احلى اكل بطريق. اه طبعا لحنا كمان آآ منشكركم قناة النهار اللي استضافتنا. لا وانتو شرفتونا يا ابو فراص والله. الله يخليك ربنا يخليك. واي وقت البيت بيتك. اي وقت تحب يجيب الشباب وتيجي. زوء الباب رجلة تخش. لا تصريح ولا انت بالزال. الله يخليك. نورتونا وشرفتونا. الله يخليك. وبقول لكم. اننا مش قادر اتكلم. اصبحوا على قرار في خير. وحسبتوا مع سيخ الشوارع. صباح الخير. سوريا. صباح الخير. يا أرض الخير. جمسك مين ينفية. سوريا يا أرض العز. ما بترجع إلا لله. ما بتنضم وما بتنهز. منصورة باسن الله. اسمعت الشمس. يا همس همس. صباح الخير. سوريا. صباح الخير. يا أرض الخير. سوريا شربتها. اشتركوا في القناة هنّا يا شعب تهنّا بمحبة وطنّا انجيلي عاني القرآن طائفيّي معنّا هنّا يا شعب تهنّا بمحبة وطنّا انجيلي عاني القرآن وطائفيّي معنّا سوريا يا بيت الكن الدنيا فتحت بابا إلا الخاين والمحتل ممنوع يدوز اعتادا سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا صباح الخير يا أرض الخير جمسك هيّا يا سوريا هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة 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 شايف شايف تقصد عيني ينادي بقى على صوت الله أكبر ينادي وكل من بعده يكبر فيناك يا مصر تموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخفيني ارمس لعك وسلم نفسك فداك يا مصر تموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخفيني فداك يا مصر تموت عشانك وأرضك تعيش وطار ولدك راجعك يا أمي ما تخفيني يا أمي ما تخفيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا البرمانك برعايت أهلا وسلم بكل بيشوفونا على القناة النهار وفقرة جديدة ومفيدة إن شاء الله من إزاي الصحة هنتكلم فيها النهاردة على تأخر الإنجاب عند الرجال وهنتكلم على سبب مهم جدا في تأخر الإنجاب هيعرفها إلى دكتور مصطفى أمين استشاري جراحة الزكورة والعقب مستشفى دار الطب وعضو الأكاديمية ألطبية الأمريكية لما جينا يا دكتور اتكلمنا قبل كده في أسباب تأخر الإنجاب قلنا إن نقطة التشخيص نقطة مهمة جدا وبعض الأمراض ممكن تكون بسيطة وحلها بسيط وإن شاء الله لها حل وتؤدي إلى تحقيق حلم الإنجاب وهنتكلم النهاردة عند مرض الدواني عايزين نعرفها للناس ونقول إيه أسبابها وتشخصها وطرق علاجها ومدى تأثيرها وعلاقتها بتأخر إنجاب عند الرجال بالضبط هو لازم نحط في اعتبارنا إن الشخص ده لما يجي العيادة بيتفحص كليناكيا بنقدر نحس العيوب اللي عنده بنقس حجم الخصية بنقس درجة الدوالي الدوالي دي بإما جريد وان بتبقى ممكن تصاب كليناكا ما نشوفهاش وما نحسهاش قوي بنعملها بالألترا ساوند بنكتشف ممكن جريد تو تقدر نحسها بالياد كليناكالي وبنعمل الألترا ساوند بنشوفها وعدد الأوريدة المنتفخة جريد سري بتبقى برؤية العين بدون مفحصها في دوالي خصية طب إيه تأثير دوالي خصية؟ إيه هي دوالي خصية؟ دوالي خصية عبارة عن ضعف في جدار الأوريدة مولود بيه الضعف ده في عوامل مؤسرة قدت إلى انتفاخ الأوريدة إيه زي ما إيه؟ بعد البلوغ اللي انشغال في الأمور الجنسية القصارة بيحصل احتقان الاحتقان ده بيؤدي إلى تمدد الأوريدة تمدد الأوريدة ده بيعمل لإيه؟ فيه صمامات بتمنع رجوع الدم إلى الخصية هي مفروض البلوغ دم الشرياني يغاز الخصية وبعد كده يحصل الدم الوريدي يطلحها فوق الصمامات دي حصل لها خلل بيحصل حاجة اسمها ريفلاكس ارتجاع ترجع طب درجة حرارة الدم هنا درجة إيه؟ الجسم الخصية مش عايزة درجة حرارة الجسم عايزة أقل فوجودها بصفة ومستمرها عشان كده بتدي له ألم دراجين جبين بيسميه يعني ألم آآ مزعج لأن الخصية المحتقنة خاصة اليسر لأن دايما دوالة تبتدي في اليسر طب ليه؟ بأسباب تشرحية لصعود الأوريدة فبالتالي هنا بيتأثر بيحصل ارتجاع الدم ارتجاع الدم ده بديني حرارة مختلفة وفي نفس الوقت بيمنع المصنع تأثر فبتالي تقلل الحج فتقلل إنتاج الحيوانات المنوية وتديني برودكت يعني منتج ضعيف يعني ممكن حركته أقل تشوهته أكتر عدده أقل فعشان كده لما احنا بنحصل نتجه إلى عملية الدوالي بيش من فراغ المجرد عملية حالات كتيرة جدا بيحصل لها إنجام بعد كده أنا العدد قال الشخص ده ممكن يكون كان طبيعي وأنجم لكن العدد بقى أقل الحركة بقت أقل لأن أنا اتأثرت في الميكانيزم بتاعة التاكوين الحيوان حجم الخصية خاصة اليسر لما بعمله قط رساون بتبقى أقل فإذا الدوالي من ضمن المؤثرات اللي هو يعني لو قلنا 37% من سبب تأخر إن جاب عندي رجال نقول دوالي الخصي والنتائج بتاعتها بتبقى هيلة جدا يعني أنا بديله هل لازم عملية؟ لازم عملية لأن العلاج الدوائي لا يحل المشكلة لحصل تمدد فصعب إنه رجعه فبالتالي ربط الأوريدة اللي بترجع الدم بديله ثلاث شهور حاجات أنت أكسيدانت بايتامين ميلفر ثلاث سابليمنت بعض مدعمات للخصية يتحسن الحركة تتحسن العدد في خلال ستة شهر حالات كتير جدا بيجوه اللي حصل لها إنجاب فإذن الدوالي من ضمن المؤثرات فهي ما نستهترش بيها كعمل يقولك طب ما فلان عنده دوالي وأنجب هو فلان اللي عنده دوالي ده كان عدد عنده ستين مليون لكن قال بقى عشرين عشرين ينجب حصل إنجاب لكن في مستقبلا ممكن يقل ما حصلهش إنجاب طب ما ممكن يقول ما يعملش العملية بس يعمل حقن مجهر يا دكتور يعني ده بديل مصر قوي يعمل حقن مجهر بس هو عايز الدوالي بتخليني طبيعي لما أنا أفرض عملت حقن مجهر أنا بنصحب قدامك حلين نعمل الدوالي وناخد فترة علاج ولا تعمل دلوقتي حقن مجهري هو اللي بيختار حسب إمكاناته المادية بمسر إمكاناته المادية مش قادر يعمل حقن مجهري فبالتالي بيضطر إنه هو عايز يبقى طبيعي دايما يقولك أنا عايزة أبقى طبيعي بنحاول معه حتى لو هو عمل حقن مجهري بيعمل له عشان مستقبلا يتحسن وعشان كمان استخدام نوع لسبرم بيبقى أجود حتى في الحقن مجهري بيبقى أجود فبالتالي اللي عملت دوالي ضرورية لتحسين الحالة العامة بتاعة الحيوان منوي نفسه تمام؟ تمام طيب إحنا بنشخصه إزاي إذا قلنا بالألتراساون وتحليل السائل منوي الأول ده فرس تيب دايما بنقول عليها فبنحل السائل منوي وبعدين بنضطر بنشوف إحنا كلينكيا إن في دوالي ببعاته يعمل ألتراساون بيجيلي بنشوف درجاتها وبنحدد له الوقت المناسب لإجراء العملية وبعد كده بيمشي معايا ثلاث شهور منشطات بيتحسن بيحصل حالات كتير جدا إنجام طبيعي أوكي طيب هل مثلا ليها وقت معين نقدر نعملها فيها بتاخد وقت قد إيه ممكن شخص يعمل حقن مجهري ويعمل دوالي لو هو دلوقتي فكرته بس نجاب على الطفل وبعد كده العلاق قد إيه خطة العلاق بتختلف من شخص الآخر هو ده أنا بدي له هذه الأفكار وبقول له أنت قدامك دلوقتي تعمل حقن مجهري يصلح عايز تبقى طبيعي يبقى ممكن بعدي هنعمل لك عملية الدوالي والنشط ونشوف استجابتك ونشوفك عشان مستقبل أن تبقى طبيعي عايز يبقى هو ينتظر ويقدر يعمل الدوالي وياخد مدعمات ونشوف نرقبه كل ثلاث شهور حالات كتيرة جيدة تتحسن ويحصل لها إن جاء فهو الاختراض بتبقى راجع عليه حسب إمكانياته حسب المتوفر أما كعملية عملية بسيطة من العملات الصغيرة هي لإما بناخدها من المنطقة الإرابية أو منطقة تحت الإرابية فبالتالي بنجيب المنطقة الأمامية من الاسبرماتيك كورد اللي هو الحبل المنوي ونسلك الجزء الأمامي وبناخد دايماً إلى أنتير روبارت اللي هو الجزء الأمامي ويتم ربطه واستقصر خلاص؟ دي بالنسبة للأوريدة ناخد بالنا من الفاس ديفرنس اللي هو أهم حاجة اللي هو الأنبوبة المنوية اللي بتنقل فبالتالي ده يبقى في أدينا مسكينه ناخد بالنا من أهم حاجة اللي هو الشريان اللي بيغزة الخسر إن لو تربط هيحصل ضمور الخسر فناخد بالنا ويعني حكمة ربنا إنه موجود مع الفاس ديفرنسي الأنبوبة المنوية ناخد بالنا ونسلك المنطقة الأمية ونقدر نربط وهي من العملات البسيطة تاخد شربع ساعة نص ساعة بيروح في نفس اليوم ويبتدي كرسي العلاج معنا وحالات الرسبونسي بتبقى هيلة يعني شكرا دكتور مصطفى أمين استشاري جراحة الزكورة راكم مستشفى دار التب وعضو الأكاديمية التبية الأمريكية بتمنى تكونوا استفادتوا بموضوع النهاردة ربنا رب يديكم الصحة نشاهدكم فقرات مختلفة هذا البرنامج برعاية بعد نجاح باهر لمركز فيزيك بالسعودية الآن بمصر مفهوم جديد للعلاج الطبعية والتأهيل وعلاج الألام لأول مرة بمصر تقنية العلاج بالتكار واللزر عالي الشدة للإصابات الرياضية قياسات متطورة للوقاية من الإصابات وحدة تهيل الأعصاب والأطفال ذو الاحتياجات الخاصة معاً لصحة أفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تغير حياتها بس بيجي بعد كده أنك خلاص اقتنعت من قامة علمية كبيرة أنك خلاص هتقامل العملية الفكرة بقى إيه هي العملية اللي أنت هتكرر تعملها علشان تغير حياتك دايماً بنقول أن تحويل مصغر للمعدة هو أهم العمليات وهو رقم واحد طيب فيه ناس ممكن يكون مناسب لها التكميم وممكن يكون مناسب لها البلون لكن هنا يعني مرحلة اختيار العملية برضو ده مش قرار تقدر تعمله لوحدك محتاج طبيب عنده خبرة علمية كبيرة وقادر أنه هو ياخد القرار بعد عدد كبير أو محترم من العمليات الجراحية اللي أثبتت نجاحها وبتهيأ لي وجود الحالات الفعلية اللي كانت موجودة معانا في الستوديو كان لها عامل كبير في يعني عامل الأمام بالنسبة لكم أنه أنتوا تطمنوا أن عندنا دكاتر شاطرين أول حاجة وعندنا يعني نسب نجاح مشرفة وحالات من الواقع خلونا النهاردة نسأل ضفنة هنبتدي سنة جديدة إزاي وإحنا مقرارين إن احنا نغير حياتنا يا ترى إيه هي العملية المناسبة اللي نقدر نختارها علشان تغير حياتنا طبعا هيجاوب على السؤال ده المتميز دائما والمختلف والعالمي الأستاذ الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر أستاذ جراحات السمنة والسكر بكلية الطب جامعة تعهين شمس رئيس الربطة العربية لجراحات السمنة والسكر عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا بوسي كل سنة وانت طيب وسنة جديدة سعيد عيب إحنا طبعا لو جينا جمعنا عدد الحالات اللي حضرتك يعني مش قادرين نحصرها كلها لكن ما نقول 7000 أكتر من 7000 عملية تحويل مصغر 10,000 عملية تكميم ألاف من التدبيس وبلون المعدة وغيرها من العمليات تغير طبعا لنحت الجسم بالشفط والفيزر والليزر وكل ده لما نيجي نقول إيه هي العملية المثالية بدون تحيز لتحويل المصغر للمعدة إحنا نبتدي سنة جديدة في ناس كتير مقررة من البلان بتاعتها إن هي تغير حياتها وأولها شكلها فلازم إحنا برضو نحطهم على الطريق الصح من وجهة نظر أستاذ الدكتور أحمد السوكي إيه هي العملية المثالية وهل فعلا في عملية مثالية كل الناس تقدر تستخدمها ولا لا هو الحقيقة السؤال ده تايما بيبقى أهم سؤال بنجاوب عليه في أول مقابلة مع المريض لأن دي بداية سكة النجاح وهو الاختيار الأمثل للعملية المناسبة للمريض حسب طبعا الغذائي وحسب صحالته الصحية وحسب الأمراض اللي بيعاني منها العملية اللي هتريحه والعملية اللي هتدينه النتيجة اللي هو عايزها من غير أي مضاعفات ممكن تدعي تمام الحقيقة واحنا عادين مع المريض في الأول مبقاش عندنا أي اختيار مسبق يعني ما عندناش أي تحيز العملية عن أخر لكن بعد ما ببتدي نتكلم مع المريض قلح أتى التحويل المصغر التحويل المصغر لما بنحتر بنقول خلاص هو التحويل المصغر يعني لما قعد أناقش مع المريض ويقول لي طب أنا خايف أن أنا زود كذا طب أنا خايف أقول له خلاص إذا ببقى تحويل المصغر وريح نفسك وريحني لأن دي اللي أنا هبقى متطم أن أنت مش هتعرف طبوازة لكن مش معنى كده زي ما حديك شفت إحنا عاملين عشرة طرف عملية تكميم و7000 تحويل مصغر يعني مش دايما بنلجأ للتحويل مصغر لأحيانا بيبقى التكميم مناسب على قد المريض في حالته ويحقق له نفس النتيجة وساعتها بنقول طالما العملية من خطوة واحدة وبنستيب واحدة تدينا النتيجة المثالية والمريض مايرجعش تاني في الوزن لأن فيه نقطة فنية في إجراء التكميم تخليه مايرجعش تاني في الوزن لأن لو تفتكري التاريخ بتاع التكميم عملنا حلق عن كده سوى آه الحقيقة إجراء العملية نفسه فيها نقطة تانية مهمة جدا لأن التكميم لو إحنا خدنا بالتاريخ اللي فات إحنا بيجينا الناس من العالم العربي كله لأن التكميم كان جف في فترة من السنين اتعامل بالغزارة وبدون اختيار بيجينا عدد قوية جدا لإعادة أن احنا نعمل التكميم اللي بالتحويل لأن المريض أصلا ببساطة أصبح محب للحلويات أو المعدة وسع التاني وبالتالي كان اختيار العملية الخطأ هو اللي أدى أن النتيجة ما تستدمش وبالتالي اختيار العملية حاجة مهمة جدا لما بيجي لي مريض مثلا عنده سمنا فقط مش مدمن حلويات ما عندهش ارتجاع في المريء أقول له لا خلاص خليك في التكميم تمام خصوصا لو هو حياته فيها درجة من النشاط المعقول يعني عنده درجة من الحركة والأكتيفتي يبقى هيقدر يحافظ على نتيجة العملية والجزء الثاني اللي يخصني أنا كجراح طريقة إجراء العملية أنها ما ترجعش تاني بإذن الله أو ما توسعش تاني أوكي التحويل المصغر لما يجيني مريض يقول لي أنا بحب الحلويات أنا بأكل شوكولات أنا بأكل تورتة وجاتو كتير مش معنى أنه بأكلها كل أسبوعين مرة كتير لا بس في ناس بتأكلها أسبوعيا في ناس بتأكل شوكولاتة كل يوم في ناس آه تأكل كل يوم شكر اتحقي في ناس بتحط سكر كتير في العصير في الشاي في النسكافي الكلام ده بقوله لا لو أنت شايف أن أنت مش هتقدر تحكي في الحاجات دي يبقى نختار التحويل يبقى فيه نقط معينة ممكن نختار البلون لمريضة أو مريض وزنه عايز 20-30 كيلو وعنده درجة من الإرادة لو إحنا ديناه ودفع نعمله البلون يبقى ساعتها حققنا الترجل بتاعنا أما ناس لو ما عنداش إرادة زي حالتنا كده ده تحويل مصاجر على تقول طبعا رأي سوز الدكتور أحمد سوكي أنا شخص يوم بصق فيه وتهالي أنتوا بعض الخبرة طوية والحالات اللي شفناها أكيد عندكم ثقة تمة بس تعالوا نشوف عندما يجتمع الخبراء العالميين مع سوز الدكتور أحمد سوكي هيكون إيه رأيهم في العملية المثالية أو العمليات المناسبة لتحويل الحياة مش هنقول نحن نقضي على السنة لأ عشان نغير حياتنا وتكون أحسن سؤال أخير كيف ترى الفرق في التأثير عن الأمراض الأيضية بين التكميم والتحويل المصغر للمعدة أيهم أفضل وله نتيجة أطول فعندما نتكلم عن مريض اكتشف مرض السكر من النوع الثاني عند القيام بالتحاليل أو مريض يعاني من السكر لمدة سنة أو سنتين دون الحاجة لإستخدام الأنسلين فإن عملية التكميم قد تكون حلا أما بالنسبة لمرض السكر لمدة طويلة من 20 أو 25 سنة مع استخدام الأنسلين والسكر التراكمي مرتفع 12 مثلا فإن عملية التكميم لن تكون مجدية فيجب أن توفر له عملية تحويل المصار أو أي من العمليات الأخرى وكما قال الدكتور السكي فإن هذه العملية لها تأثير قوي كما يمكن التحكم في جوانب كثيرة منها لتناسب كل مريض سؤال أخير سيد ميلر ما هي العملية برأيك التي تستطيع المحافظة على نزول الوزن هل هي عملية التكميم أو التحويل المصغر للمعدة؟ كما ذكرت كما ذكرت فكلت العملية تاني لهما تأثير قوي لعنى إنقاص الوزن أو التأثير على السكر أيهما أقوى؟ هي بتسأل على المدى الطويل لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بسهولة فهذا يعتمد على المريض نفسه من حيث جناته عادته الغذائية ورغبته فهذه العمليات دائمة ويجب أن يتم اختيارها بعناية بين المريض والجراحة ولكن حسب المعلومات المتوفرة لدينا أثبتت الدراسات أن عملية التحويل المصغر بالمعدة تقدم نتائج أفضل من حيث المحافظة على الوزن أو التحسن السكر على المدى الطويل بمقارنة نتائج عملية تقدم نتائج عملية التحويل المصغر للمعدة وتكميم المعدة من ناحية تغثرها على الأمراض الأيدية والسكر ماذا تعتقد سيدي؟ هل تفضل التحويل المصغر أم التكميم للتحكم في هذه الأمراض؟ لو كنت تتعامل مع السكر خاصة فإن التحويل المصغر للمعدة هو الأفضل وقد قابلت العديد من المرضى الذين قاموا بإجراء عملية تكميم المعدة وأدى هذا إلى تحسن في حالة السكر إلا أن هذا التأثير مؤقت ومرتبط بالنزول في الوزن والمشكلة تكمن في أن نسبة الفشل بعد التكميم نسبة تكون عالية لأنه في الواقع أن المعدة بعد فترة تتمدد وتتسع مرة أخرى مما يترتب عليه رجوع المريض في الوزن وبالتالي حالة السكر إلا أنه في حالة التحويل المصغر حتى لو زاد المريض بعض الوزن فإنه ما زال يتمتع بخطوة تحويل الطعام من المعدة والذي ما زال يتحكم في السكر لذلك فإنه في حالات السكر أفضل عملية التحويل عن التكميم شفنا كمان من التقرير يعني بروفيسور كوباسكو بيتفق مع نفس رأيه أساس دكتور أحمد السبكي ودي حاجة بتهيألي يعني بتشرفنا كلنا أن احنا يعني بالنفس العالمين ويمكن أقوى منهم عشان ما ينبقاش فيه تحاقص طب لو حابين نتكلم على كل عملية على حدة المشاهد اللي بيشوفنا دلوقتي اللي قرر يعني العايز يقول إيه مصدر قوة كل عملية وإيه المناسب لي برده؟ مهمي مصادر القوة هي اللي هتقول له أنت رايح فيه خلينا عشان ما نقولش أن احنا متحزين للتحويل نبدأ بتكميم المعدة بالمنزار تكميم المعدة بالمنزار عملية قوية جدا أثبتت نجاحها في الفترات من سنة 97 من أول ما ظهرت هي ظهرت كتجارب لسه في الأول لكن في المونتريال في كندا الحقيقة عطمدت كأحد أفضل العمليات وده كان سنة 2014 زي ما حدك شايفة العملية بتجرب المنزار طريقتها سهلة وهي إن احنا بنصغر جزء من المعدة ومنشيل الجزء من المعدة اللي بيزود الشهية ويقلل الحرق وبالتالي أول نتيجة المريض أو المريضة بيحصل عليها بعد العملية إن الشهية بتقل تماما والحرق بيتضاعف عشر أضعاف هو ده اللي احنا عايزين بالضبط شايفوا حديكي الجزء الأوبة بتاع المعدة الأوبة بتاع المعدة دي هي سر المشاكل كلها اللي في المعدة وبالتالي العملية لازم تتضمن استقصال الفندس بتاع المعدة اللي هو يبقى لازم نبدأ من تحت الجزء اللي احنا عزلنا ده هو اللي احنا بنسميه الجزء الضار من المعدة الجزء اللي بقي ده الجزء المفيد من المعدة أو الجزء اللي ما بيطلعشه هرمونات مضر العملية تبدو سهلة زي ما حضرتك شايفة ان احنا شايفين سايبين تيوب من المعدة بيعدي فيها الأكل ويكمل عادي خالص من بداية الأمعاء لآخرها وبالتالي مفهوش أي نقص فيتامينز مفهوش أي مشاكل في التغذية بعد كده ما يميز التكمين سهولته أو سهلة جدا حتى تكنيكيا سهلة جدا بالضبط الأدوات الحديثة خد بيها لحضرتك هي اللي خلت العملية دي سهلة طبعا لأنه مش بنقص ونخيط زي زمان لا فيه أدوات حديثة هي بتقفل وتقطع وتعمل التقام فوري والحقيقة نقطة الأدوات في نجاح هذه العملية وتجنب المشاكل نقطة مهمة جدا لأن احنا بنأكد أن الأدوات لازم تكون الأدوات الأصلية الأدوات للاستخدام الواحد اللي بيحصل في بعض الأماكن من أن احنا هنعيد استخدام الأدوات من مريض لآخر لتقليل تكلفة العملية المريض لو يعرف المشاكل اللي ممكن تحصل له هو مش هيوافق عمره يعني احنا مش بنخدم المريض بالعكس احنا ممكن نقدره ننقله فيروس ننقله ممكن الأدوات ما تشتغلش وتقطع وما تقفلش المعدة ويحصل مشكلة تسريب رهيبة يعني الالتزام بالمعايير الدولية مهمة جدا عشان نقول نجاح بدون مضاعفات بإذن الله طريقة إجراء العملية نفسها كمان وإن احنا ما نضيقش المعدة ونخلي المريض يرجع وإن احنا مش نسيب الحتة اللي ممكن ترجع توسع في المستقبل فالمريض يرجع يدخل تاني يعني فيه تكنيكال بوينتس على الجراح مهمة جدا عشان يضمن ان العملية تكون دائمة النجاح أكيد ونقطة مهمة المريض الدكتور بينقشها مع المريض قبل العملية وهي انه ما يكونش محب للحلويات قوي مش بنقول له التزم هو لو أصلا بيحب الحلويات نعمل له تحويل ونراح نفسه لأن مش المفروض لما نعمل عملية المريض نقول له انت مطالب منك بعد العملية كذا وكذا وكذا ما زيرتاح بعمل عملية بالضبط هو جاي عشان ما تقول لهش اعمل دايت او ان انت ممكن ترجع تدخل تاني لو لا اخبطت في كذا الكلمة دي بتدايق المريض خالص تمام ده التكميم بالمنزار بالضبط نروح لحاجة تانية هانو اختار مثلا مين بلون مثلا ولا حب تختار ايه يا خلينا نقارنه بالتحويل بالتحويل المصغر للمعدة على اساس ان هم عمليتين بيقدم اجراءهم بالمنزار تمام واخد ايبال حضرتك التحويل اول خطوة فيه هي زي التكميم المعدة اللي هي ان احنا بنصغر المعدة وبدل ما بنشيل الجزء اللي احنا شلناه لا احنا بنعزله من غير ما نستقصله ودي بتبقى نقطة مريحة للمرضى ان هو ما بيشيلش حاجة من جسمه لكن خدنا نفس الفايدة ان احنا عزلنا الجزء المضر وبعدنا الهرمونات اللي بتزود الشهية وتقلل الحرق في المريض لا شهيته بتقل خالص والحرق عنده بيزيد عشر اضعاف زي التكميم الخطوة الاولى هي اللي شبه التانية بالضبط اللي التعملت من شوية في التكميم بالمنزار بالضبط المعدة صغرت بس شايفة الخطوة اللي تحت بقى ادي اول خطوة هي معدى صغرت والمعدة بقيت المعدة موجودة الخطوة التانية اه بالضبط هي عمليتين في بعض العملية الاولى زيها زي التكميم الخطوة التانية في نفس العملية هي اللي بتضيف الامان للمستقبل من ان المريض يكون بيحب حلويات يبقى مهما اكل الاكل بيصب بعد مسافة معينة بنختارها حسب وزن المريض من بداية الامعان تمنع امتصاص 70% من النشويات والسكريات والدهون يعني المريض لو بعد سنتين ثلاثة زي ما بيحصل في التكميم المعدة بتوصع شوية في التحويل بتوصع شوية هي نفس المعدة التكميم لو المعدة وسعت زيادة يرجع يزيد في الوزن طب والتحويل التحويل لو المعدة رجعت وسعت هو عنده خطوة اخرى باكب اللي هي عدم امتصاص 70% من الاكل اللي هيكله ما هو هو هياكل ما هو عشان كده هتشوفي او شوفتي في الريبورتس بتاع المرضى لما بيقول انا باكل كل حاجة انا باكل حلويات انا بشرب عصاية وما بتخنش ما بعملش كنترول على اي حاجة وبخس لغاية ما وصل للوزن المثالي وثابت مع انه بيأكل كميات بيأكل انواع المفروض الشخص العادي بيحاول ما يأكلهاش وهو في امان برضو ما بيتخنش فهي دي النقط اللي بنقول لا ساعتها نتحيز للتحويل ونعمل تحويل مصغر عشان المريض ده ميرجعش يدخل تاني في المستقبل اوكي هو دايما التحويل هو اللي بيفوزي انا من وجهة نظري لو انا عندي المشكلة دي هلجأ للتحويل عشان اكل براحتي ومرجاشتي بانتي محبة للحلمية اه كل انا منحب لأكل طيب خلينا نتكلم بقى امتى ألجأ بقى للحاجات اللي هما بيقولوا عليها التظبيطي عشان ازبط شخص ازاي شفط الدهون بالفيزر والليزر وهل باللون المعدة برضو ده للناس اللي هي عايزة تخص عدد كيلو جرامات قليل او عندها مناسبة معينة ومش الوفورويت مثلا بالضبط مش لازم مناسبة احنا بنقول المريض او المريضة اللي وزناها يزيد مثلا نشرين كيلو وبدأت احساسها بانها تعمل دايت فرومزة ستارت وضعيفة ومش عارفة تبدأ او بتبدأ وتكسل او الحرقة عندها قليل شوية فما بتخصش كويس فعايزة دفع ومش عايزة تعمل عملية فعايزة حاجة وسط بنقول ده اختيار البلون ودايما الكلام ده بيحصل في السن الصغير البنات مثلا في الجامعة في الكلية اللي دي اللي هي دوبت بتحافز على وزناها بس نسيت نفسها شوية بعد حمل زادت عشر خمستاشر عشرين كيلو مش عارفة تخصهم يعني البلون يقدر يلعب في الرقم ده اه وثلاثين كيلو ممكن حلوة البلون عملية مميزة الحقيقة ومش عملية بالضبط بالضبط هي اكتر ما يميزها ان هي بتتم بالمنذار ومن غير مخدر وبدون اي مشاكل صحية ممكن والمريض يعملها في نص ساعة ويروح ودي برضو بتشجع الناس انه هيعملها مفيش تغدير هو بياخد منوم بسيط يعني كل الحاجات اللي بتقلق الناس الحقيقة مش موجودة طب انت قلتلي ممكن عشر خمستاشر كيلو ممكن اكتر ازاي بتحكم فيه في الوزنة عن طريق اختيار نوع البلون مناسب ولا لايت ستايل هو برضو احنا بنختار البلون زي ما قلت لحدك لحد يكون عنده درجة من الاكتيفتي والنشاط بنت بتروح الجامعة بتتحرج بتروح نادي برضو حاولت تعمل دايت مرة واثنين فعارفة يعني ايه الكنترول بالزبط المريض لو قدر يلتزم بالنظام اللي احنا ندهوله مع البلون هو ما يبقاش نظام غذائي دايت لكن بنقول ان احنا بنتجنب حاجات بنساعد بدل من ناكل حلوات كتير لا ناكل فاكهة ناكل بروتين كتير ناكل ناشويات برضو في المعقول مافيش مشكلة مش نظام غذائي حاد لكن المريض لما بيساعد نفسه بلايف ستايل في الاكل والرياضة مع البلون ممكن يخسر غاية اربعين كيلو مش تلاتين بس لو هو ضعيف في القرآن ممكن يخسر عشرين كيلو ويكتفي بكده ممكن مثلا يبقى المريض عايزة تخسر تلاتين كيلو او عشرين كيلو وبعدين البلون بتقعد ست شهور تيجي في نص الوقت تقول انا كده كويس انا مش عايزة تخسر اكثر من كده نشيل البلون يبقى هي برضو حاجة كنترول دا حاجة زي الحاجات اللي احنا بنحبها تيكاوي السريعة اللي تدينا النتيجة من غير اي اكسترا ولا عملية ولا تخدير وللا اوزان المتوسط الوقت دايما بيعدي معك بسرعة بس طبعا اكيد هنتكلم عن شفط الدهون والفيزر والليزر دي الناس بقى اللي هي عملت كل حاجة بس ببقى فيه شوية حاجات كده اللي هو عايدين نشفوتها ان شاء الله بشكرك جدا يا دكتور ودايما بتنورنا وان شاء الله للسنة الجديدة نعمل مع بعض حلقات قوية ومختلفة بشكر ديفي اللي دايما بنستفيد منه هو رقم واحد في جراحات السمنة والسكر في مصر وفي الشرق الاوسط وعايزة اقول كمان النهاردة اتكلمنا عن كل عملية على حدة وان شاء الله دايما برضو اختيار الطبيب له دور كبير جدا بشكر ديفي اللي دايما بستفيد من خبرته العالمية رقم واحد في مصر وفي الشرق الاوسط الاستاذ الدكتور احمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر واستاذ جراحات السمنة والسكر بكل تطبيق جامعة عين شمس رئيس الربطة العربية لجراحات السمنة والسكر وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر بتمنى تكونوا استفادتم من الحلقة ربنا يا ربي اديكم الصحة شفقوا فقرات مختلفة وزايا صحة هذا البغمانج برعاية بعد نجاح باهر لمركز فيزيك بالسعودية الان بمصر مفهوم جديد للعلاج الطبيعية والتأهيل وعلاج الالام لأول مرة بمصر تكنية العلاج بالتقار واللزر عالي الشدة للإصابات الرياضية قياسات متطورة للوقاية من الإصابات وحدة تهيل الأعصاب والأطفال ذو الاحتياجات الخاصة معا لصحة أفضل يا مزا يا خير على كل ما يشوفونا النهاردة وفاقرة جديدة من فاقرات ازاي الصحة مشاهدين يعني النهاردة بنتكلم عن موضوع مجهن جدا بيخص كل بنته وكل ست عندها مشكلة في البشرة حقيقة مشاكل البشرة من أكتر المشاكل اللي بتسبب قلق نفسي كبيرة جدا عند المنطقة خصوصا ما بيظهر عندها بعض الندبات وبعض المشاكل اللي بنكون يعني مش عايزين نمشي في علاج طويل بندور دايما على الحلول السهلة والحلول البسيطة واللي بتجيب نتيجة بسرعة النهاردة نتكلم عن التصبغات وبديل الفيلر وبديل الباطكس وكمال المشاكل اللي ممكن تظهر على قشنا ممكن تجعيد عدم نظرة في البشرة والغمقان اللي ممكن يكون في مناطق كتيرة جدا من الجسم وكمال عند الشفايف وكمال حب الشباب اللي بيظهر مكانه ندبات بتسبب لنا مشاكل كبيرة جدا هنتكلم في كل الكلام ده أكتر كمال مع دفنا اللي بنورنا دفنا النهاردة دكتور محمود محمد روزيكا ومدير تقطيط ألتن بيوتس عندكير أهلا بيك يا دكتر منورنا أهلا وسهلا أخبارك إيه؟ إزاك يا مرحب الحمد لله تمام زي من قلت في الانترو إن في مشاكل كتيرة جدا بتظهر على الوش أو في البشرة بيبقى في تصبغات طبعا إحنا بنبقى المشكلة مش عايزين نخد فترة طويلة في العلاج إيه الحل هنا وكمان عند الشفايف وفيه كمان الهالات السودة إيه اللي ممكن يكون بيعالج ده؟ يعني الفكرة كلها دلوقتي إنه هو مشكلة التصبغات أو مشكلة التجعيد دي بتقرق ناس كتير جدا إن كان رجال أو سيدات يعني فطبعا لازم تهتم بالجلد أو بالبشرة يعني لأن دي سر الجمال السيدات أو رجال يعني الجلد فهو دلوقتي فيه تكنيك جديد اسمه إيفول تكنيك إيفول بيعمل على التفتيح بيعمل على الرجنوفيشن النضارة العالية دي مشاكل كبيرة جدا يعني ممكن يكون فيه سيدة عندها مثلا قدر علم الجمال بس بتعاني من شوية تصبغات أو عدم نضارة من البشرة بالضبط فهو التكنيك إيفول طبعا بنصح به جدا لأنه هو بيعمل على التفتيح بتعمل على النضارة بيعمل على كوردينتك الإسكن تنصيق للجلد بيعمل على شد التجعيد بيعملك نفس فعلية الفيلر أو البوتوكس كمان ويمكن أحسن يعني هو الإيفول دلوقتي ودي شهادة حتى هو موجود معنا هنا على الشاشة فعلا التكنيك بتاعه سهلة جدا طبعا زي نقطة حضيك هو العلاجة تصبغات والتفتيح العالي والنضارة العالية جدا وكمان إنه هو بيعمل شد التجعيد وبيعمل بنفس فعالية الفيلر بيعمل فوليوم للخدود وفوليوم للشفاف يعالج كمان الهالات السودة لها ناس كتير أو بيعانوا منها من سن صغير كمان وهو كمان مش يعني البروتوكول بتاعه سهل جدا أو التكنيك بتاعه سهل تكنيك إيفول إنه هو بتعمل بالدرما رولر الأول ده جهاز لتحفيز الكولاجين هاي طبعا وبعدين هي بتحط تين بافس أو عشر نقط من الإيفول وتسيبه لمدة عشر ساعات بعد كده بتلاقي النتيجة تبتدي من تالت يوم بتلاقي النتيجة بتاعتها يمكن أحسن من الفيلر وأحسن من البوتوكس وأحسن حتى من جلسات الليزر كمان لأنه هو الفكرة كلها ممكن الفيلر ممكن البوتوكس ممكن الليزر ممكن حتى البلازمة بيحصل ليه سهل إيفكت أو ليه أعراض جنبية لكن الإيفول طبعا المواد الفعالة اللي فيه كلها ناتشر طبعية يعني من الأسكوربال بالميتيت للايكوليك لألف أربويتين يعني كنبونان كتير يمكن لها حصرة لعرق الفكرة كلها إن إيفول تحت إشراف علم أجانب وعلم أمصريين طبعا وصل للإكسلنت ريزلت ومفيش أي يعني طوبر منيمايز السهل إيفكت مش سهل إيفكت خالص يعني يعني طبعا ممكن للفيس بالواجهة ممكن للشفاف زي حضرتك ممكن للهالات السوداء ممكن كمان بقى دين مفاجأة للمناطق الحساسة اللي هي المناطق الزيز اللي هي السنسف اللي هي الاندر آرم البكيني بتوني السايد ممكن للبادي المناطق الخشنة اللي هي اللي بتبقى في الكوع والرقب والدهر ده بيساعد على الملمس يكون الملمس الطبيعي ما يكونش فيه أي مشكل ما باش فيه حب خالص حب الشباب بيعالجوا الأكني سكارز الندبات برضو بيعالجها بسرعة جدا يعني مش مسألة إنها بتشوف النتيجة في وقت بعيد لا ده من ثالث يوم تبتدي تشوف نتيجة وبتحتفظ بالنتيجة فترة طويلة جدا يعني ممكن توصل يعني هي البوتل ممكن توصل إنها بتكافي معها سنة بتعمل جلسة كل شهر مرة تمام كده بتلاقي نتيجة طبعا بيرفكت بس هي تركاية بس إنه هو طبعا لو في المواطق الحساسة أو في البادي هي بتلفه بالستريتش رول عشان ما يطلعش في الهدوم أو كده يعني وبتلاقي النتيجة طبعا بيرفكت والرول ده بيساعد على المتصاص أكتر بيزود الأبزولشن طبعا وبتلاقي نتيجة كويسة جدا يعني جميل جدا طيب حضرتك ذكرت إنه النهاردة إنه إفول معانا تكنيك سريع وبيغني عن حضرتك قلت مثلا الفيلر والبوتوكس وجلسات الليزر وجلسات البلازما طب فيه ناس يقول لك أنا يعني طب أنا أضمن منين المنتج ده يعني فيه ناس كثير يقول لك أنا مثلا إيه هو ده مثلا مرخص من وزارة الصحة أنا أجيبه إزاي كل الكلام ده أنا أرسل سؤالك حلوة أنا طبعا بنصح كل الناس إنهم يشتروش حاجة غير ما تكون مترخصة من وزارة الصحة هو طبعا مترخص من وزارة الصحة نتائج بتاعته بيرفكت لأنه هو طبعا ما بنصحش أول حاجات المستوردة أو كده إن ساعة حتى بتلب بالضد بتلب بالغمائن أو كده لأنه هو حاجات المستوردة دائما بتلائم البشرة بتاعتهم هناك طبعا يمكن أنا وإنتكلمنا قبل الحلقة يعني موضوع فعلا مهم جدا الكريمات المستوردة فعلا بتلائم فعلا البشارات اللي هناك والحرارة اللي موجودة هناك في الشمس عندهم طبعا لكن هنا طبعا الشمس يعني بتفرق مع الكريمات بتبقى ملائمة للجسم المصري أو للبشرة لازم تعدى لو ذات الصحة وذات الصحة هتبقى فهمة ده يناسب إيه بالضبط يعني يناسب البشرة اللي هنا أو كده فهو طبعا بتخش لصيدرات كبيرة حتى وتجيب حاجات كتيرة على الفاضي وما بتليش نتيجة كويسة لكن الإيفول يغنيها عن الفيلر يغنيها عن البوتوكس يغنيها حتى عن جلسات البيلنج أو البلازما لأنه هو نتائجه سريعة جدا وكمان هو بيستخدمه في البيت بتظهر نتيجة بعد قد إيه تقريبا يمكن تبتلي من ثلاث يوم طبعا الميزة كمان هو بتستخدمه في البيت بنفسيها يعني مش هتتعب إنها تروح جلسات أو كده لا شايف نتيجة قدام عليها ويمكن أحسن وقتة ممكن يتحط في الليل طبعا لا ده مش فرقة يعني هي بتقعد في البيت مثلا تيجي مثلا ساعة الظهر مثلا كده تعمل الجلسة بتاعتها وباستهام حاجة تقعد في البيت مثلا عشر ساعات هنا واضح صورة قبل وبعد في تجاعت في الجبهة واضح إنه هو علاجها بشكل دي دي برينكلز طبعا نحن بناخد الحالات دي من دكاتة يعني برضو ميزة كبيرة جدا نحن شغالين مع أكبر دكاتة الجلدية والتجميل اللي موجودين في مصر ويمكن في الوطن العربي كله والعالم كمان بس هو الفكرة كمان هنا أساس الجامعة كتير بيشدوا به يعني دي الدكتورة برضو بتستخدم حالات القبل والبعد بينها في الصورة بين تالت يوم بتلاقي النتيجة دي في الدي برينكلز يعني لو خلت العامت كمان استمرت عليه مثلا شهر ولا حاجة بتلاقي الموضوع دي اختفى تماما طبعا ولأي حد عايز يحصل على إيفول يا دكتور طبعا يحصل عليه من خلال الأرقام عن طريق الأرقام الأرقام وعن طريق الفيسبوك ألتين بيوتي أن كير وطبعا السائب بتاعنا www.ألتين داش بيوتي دوت كوم بس طبعا بنصح به جدا لأنه هو يغنيك زي موطر حضريك على الفيلر والبوتوكس أحسن كتير جدا من الفيلر والبوتوكس والبلازما والليزر أحسن كمان هم ليهم وقت معين يعني 6-7 شهور وخلص ده سنة ده الإيفول بيعدك سنة كاملة محتفظة بالنتيجة بتاعك جميل جدا طيب في ناس بيعانوا يا دكتور من المسامات الوسعة اللي هي بتبقى موجودة تحت العين شوية أو حوالين الأنف بيعانوا من المشكلة دي وكمان بتظهر أكتر لما بنحط مثلا مكياج أو كده وفيه بيبقى حب الشباب بيبقى ليها برضو ندبات طبعا أنا أنا بنصح للسيدات عندك عيوب ما تخبهاش كتير بالمكياج يعني احنا فيه ممثلين ممكن بيستخدموا الإيفول يعني في الآخر ممكن تطلع في التيفي أو كده يعني ما بتحطش مكياج مش حبة أنها عايزة لهو الجمال الرباني تبرز طبعا جمالها الطبيعة طبعا هو الإيفول بيقفل المسام تمام كده لأن نزوة الحديقة هو تفتيح نظارة عالية جدا بيعملك نفس أو أحسن من فعالية الفيلر والبوتوكس والبلازما وكمان بيقفل المسام فبيعمل زي تنصيق للجلد كله وكمان الشفاف هو بيعمل تنصيق للشفاف وبيعالج الهالات السوداء ووضح هنا برضو قدامنا على الشاشة في بيكور وأفتر دكتورة هابا لكن برضو فيه تصبغ ووضح جدا كان يعني فيه اسمرار شوية وكمان فيه بورز هي بين المسامات المسامات طبعا الواسعة والأكنس كارز بالضبط كده الحفر تمام كده وفي نفس الوقت حصل التفتيح دي برضو من ثالث يوم تبتدي تشوف النتيجة بتاعتها هذا هو سريع جدا النتيجة بتاعته وفعال جدا وفي نفس الوقت السيف لأبعد حد آمن جدا انت قلتلي النهاردة معلومات جميلة جدا قبل الفقرة قلتلي الكريمات المستوردة يمكن ما بتلقمش البشرة المسرقية قلتلي طبعا معلومات قيمة جدا حبّة ان حضرتك النهاردة تضيف لكل الناس النهاردة اللي بيشوفونا عايزة نصايح كده ازاي نحافظ على مشروطنا طبعا تهتم بال يعني من الصايح لانا الفيتامين طبعا لو هي مثلا ببتدأ فيه جلد خشونة في الجلد أو كده يعني تبتدي تاخد فيه زينك أو فيه فيتامين ايه لو ابتدأ يبقى فيه مثلا في الشفايف مثلا أشرف أو كده وإسمرار ممكن شوية اه تبتدي تاخد فيتامين بي 12 تمام كده ممكن حقا أو راس عادي وممكن لو فيه مثلا شوية تأشرف شعرها تبتدي تاخد الأوماجا سري تمام او ابتدأ بشعرها فيه هش شوية برضو تبتدي تاخد الفوليك أسد البوع الزرق الساعات تبقى موجودة جدا عند الناس برضو دي برضو بتبقى نقص في الفيتامين سي فطبعا برضو من الحاجات المهمة جدا إن هي طبعا تاخد فيتامين سي ومش كل يوم هتاخد لمون هي أو تشرب لمون طبعا ممكن تاخد كابسولات فيها فيتامين سي أو مثلا تاخد حاجات فيها حديد والله مش قادرة تجيب الكابسولات دي أو كده ممكن خلص الشاب لمونت برتوقان السمك مهم جدا الكبدة مهمة جدا طبعا السمك المشو يعني كل الحاجات دي فيها طبعا مرتفيتامين بتلاقي بتفيد البشرة وبتفيد الجسم كمان يعني بتلاقي لو حتى هي جسمها في وجع أو كده دي بيبقى نقص فيتامين دي برضو بنصحها طبعا بالمية المية مهمة جدا مهمة جدا للبشر فلازم طبعا من اتنين لتلاتة لتر في اليوم اللي هو معدل اتناشر لخمستاشر كوب من الماء مثلا وفي حاجة أنا عايز السيدة المشاهدين يحفظوها اللي هو يبقى قبل وبعد وقبل قبل قبل النوم المية بتبعد عن السكتات الدماغية والسكتات القلبية بتتجنبها يعني وبعد الاستيقاظ يعني ومتصحة من النوم يعني تاخد كوبات المية برضو اللي هو بيساعد على تنشيط الأعضاء الجسم وطبعا قبل الاستحمام كمان بيساعد على ضغط الدم دي برضو من الحاجات الكويسة وبرضو قبل الاكل بنص ساعة دي تفرق معها برضو انه هو بيساعد على عملية الهضم فبرضو في حاجة كمان هي طبعا صفحة ألتن بيوتي أن كير لو دخل على الصفحة فيها عندنا دايت أونلاين يعني هي ممكن تعمل تخسس نفسيها من خلال الصفحة على فيسبوك ممكن تدخل تعمل دايت أونلاين عادي جدا دايت أونلاين وفيها طبعا حاجات للشعر معلومات يعني بتكون موجودة معلومات وفيه برودكت برضو ممكن نقلل في حلقة تانية يعني كمان حاجات كويسة جدا بتلاقي نتيجة كويسة في الحالات اللي هي تصفحة الشعر العادي والمزمن جميل جدا أكيد كل أستاذ مشاهدين والدرائج والحاجات اللي هي الشعر المجاعدة جميل جدا مجد يا دكتور أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا شرفتنا وكمان قلنا معلومات قيمة جدا أكيد استفادوا بينها أستاذ مشاهدين مشاهدين كده بنشكر بضفنا اللي كان منوارنا النهاردة دي في وضفكم كان دكتور محمود محمد روزيك مدير تخطيط مركز ألتن بيوتان كير بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معنا مشاهدين استنونا وفقرات متجددة دايما من ازاي الصحة هذا البرنامج برعاية بعد نجاح نباهر لمركز فيزيك بالسعودية الآن بمصر مفهوم جديد للعلاج الطبعية والتأهيل وعلاج الألام لأول مرة بمصر تقنية العلاج بالتقار واللزر عالي الشدة للإصابات الرياضية قياسات متطورة للوقاية من الإصابات وحدة تهيل الأعصاب والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة معا لصحة أفضل موضوع جديد وفقرة جديدة عايزين النهاردة نتكلم عنها يمكن الفقرة دي من أهم الفقرات اللي بنقدمها في الزي الصحة لأن في فئة كبيرة جدا جدا من الناس بتعاني من مشكلة الانزلاق الغدروفي مفيش بيت في مصر والوطن العربي مفيش واحد على الأقل بس من أفراد العيلة بيعاني من انزلاق غدروفي أو حصل له انزلاق غدروفي خلينا نقول ان الانزلاق الغدروفي ده ممكن يبقى شخص وقع أو حصلت له حدثة أو شال حاجات تقيلة أو قعد بطريقة غلط أو نام بطريقة غلط وغيرها كتير يعني بيبقى فيه أسباب كتير جدا جدا دور العلاج الطبيعي النهاردة بقى فعال وفائق للغاية يعني العلاج الطبيعي بقى فائق حتى ونقول كده انه بقى أحسن من الجراحة في بعض الأوقات أو في بعض الحالات بيجيب نتائج مزهلة النهاردة احنا جايين علشان خاطر نتكلم عن مشكلة الانزلاق الغدروفي بشكل عام هنقول مع بعض ايه هو الانزلاق الغدروفي امتى الانسان ممكن يصاب به ايه هي الأسباب اللي ممكن تؤدي لمشكلة الانزلاق الغدروفي وكمان طرق الوقاية أو كيفية الوقاية من المشكلة دي في سنة مبكر أو في سنة متأخر أو في جميع الأعمار من أول 8 سنين لغاية 65 سنة فيما فوق لكن اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي اللي مشرفني ومنعورني النهاردة في ستوديو إزاي الصحة الأستاذ الدكتور رفيق المأمون محمد ردوان مدرس العلاج الطبيعي جامعة القاهرة استشاري إصابات الملعب والعمود الفقري مؤسس مراكز فازك للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي مساء الخير يا دكتور أهلا وسهلا مساء النور يا حضرتك وأهلا مساء المشاهدين إزاي الصحة الحمد لله صحة تمام الحمد لله الحمد لله دكتور خليني الأول أبدأ مع حضرتك بمشكلة الانزلاق الغدروفي ممكن أنا قلت في الإنترو بتاعتي أن مشاكلها كتير ممكن تبقى حادثة ممكن يبقى حد قعد غلط نم غلط أم غلط شال حاجات تقيلة بطريقة غلط وغيرها بقى كتير ممكن كمان يبقى وقع طب أنا عايزة أسأل حضرتك هو فعلا في حاجة اسمها انزلاق غدروفي نتيجة أنا لمت نومة خاطئة أو شلت حاجات تقيلة أو حصلت لي حادثة ففجأة الغدروف يتأثر هو بكل تأكيد الإجابة نعم خليني بس اسمحي لي أقولك أن انزلاق الغدروفي ده أصبح فزاعة عند مجتمعنا العربي ومن أهمية الموضوع ده إحنا في مركز فيزيك عملنا تخصص قائم بذاته لمشاكل العمود الفقري اللي بتشمل انزلاق الغدروفي وألام أسفل الظهر وغيره بس هي في الحقيقة الناس بتتوهم من كلمة انزلاق الغدروفي طبعا الانزلاق الغدروفي بكل بساطة عشان ما نستفدش في شرح معظم الناس عارفاه هو أن الغدروفي اللي بين الفقرات اللي احنا شايفينه حضرتك ده فيه طبقتين طبقة من برا كده بيسموها زي الحزام وحاجة صلبة شوية ومن جوة عبارة عن مادة جيلاتينية لما المادة الجيلاتينية دي تقدر طبز يعني تطلع كده من الجوانب بالزبط تضغط على الأعصاب الطرفية اللي ماشي من هنا ولو الضغط أعلى شوية بتضغط على النخاع الشوكي اللي ماشي من وراء وطبعا كل ضغط معين له مشاكل بيحس بها الشخص اللي هي التنميل في الأطراف ومشاكل الرجلين وعرق النسا طبعا هو اسمه النسا عشان هو بينسي الناس من كتر الألم بتاعه اسمه عرق النسا عرق النسا يا قدي دي تاني معلومة في حياتنا وحضرتك كان يتصحح لنا في زي الصحة عرق النسا عشان بينسي إيه؟ من كتر الألم بتاعه بينسي الإنسان همومه ومشاكله وحياته كلها وبيفضل تركيز الإنسان في الألم ده صح ويقرى في التقرير إن فيه ديسك بلج ديسك مش عارف إيه تسود الدنيا في وشه آه ويبدأ طبعا موضوع الاستنزاف إنه ده لازم جراحة آه وإيه الحق إعمل الجراحة بدري وإيه هتتشل أي وقت لسه يقول لحضرتك قبل الشلق آه وده كله كلام عاري من الصحة تماما لانزلاق الغضروفي ده زي وزي أي حاجة آه هو بيحصل نتيجة لأسباب كتيرة جدا آه إحنا في مركز فيزيك مثلا بنحصر الأسباب دي علشان كل سبب من ده له علاج لو بصنا للمجتمع المصري هنلاقي نسبة 30-35% وزن زايد وزن زايد على العمود الفقري بيبدأ يعمل المشاكل دي طيب ما في ناس بره وزنهم زايد لأ إحنا في مصر آه بنقعد فترات طويلة جدا أيو ما بنهتمش بالرياضة ما بنهتمش بالحركة فكل ده بيبدأ يأثر على الانزلاق على الغضروف ويخليه يبدأ في مرحلة من التأكل الإشاعة دي يا دكتور آه هي ناحيتين أنا عايزة أفهم من حضرتك إيه يعني هو أنا عايزة أشير للإشاعة دي معلش حيسيبوها شوية طبعا لأنه هو ده آه المغزى اللي إحنا جايين نقوله ونوصله للناس هنا إن إحنا في مركز فيزيك عندنا علاج فعلا لإن نقدر نشيل الضغط اللي كان موجود بسبب الغضروف لو حضرتك بصتي على الصورة اللي على الشمال هتلاقي نفس اللي هنا ده الأحمر ده هو الكتلة السودة دي وهي ضغطة على اللي عليها السيركل الحمر اللي عليها السيركل دي دي عبارة عن حالة انزلاء غضروفي وضغط على الأعصاب الطرفية وضغط على النخاع ولم يتعرض لجراحة بل مر بمراحل تجربة علاج طبيعي بأجهزة حديثة جدا إحنا بنوفرها في مركز فيزيك الأجهزة دي بتقوم بدور الجراح لكن بدور مشرط بدون ما نفتح ولا نشرط إن إحنا نعمل إيه نفك الضغط اللي موجود ده عن طريق الأجهزة دي وقادي النتيجة اللي هي بعد ما عمل العلاج وشفنا القصة دي ده فيه كتير جدا من اللي بيتفرجوا علينا النهاردة هتبستوا قوي من الكلام ده إحنا لأن يعني الجراحة دي بالنسبة لهم زي ما نقول بابا هو في الحقيقة بوعبا لأن الأبحاث العلمية كلها اللي اتعاملت في السنوات الأخيرة أكدت أن بعد خمس سنوات من سيرفي تعمل على ألف حالة أن نتائج الجراحة بترجع تاني زي نتائج العلاج الطبيعي بالضبط ومش بترجع تاني مش بترد وبترجع تاني للسادة المشاهدين أكتر من صورة بالأشعة لأنني أنا واحد من الناس ما كنتش مصدق أني أنا ممكن بعن طريق الأجهزة الحديثة المتوفرة عندنا في المركز أني أنا أغير في شكل اللي بيظهر في الأشعة وفي الرانين المغناطيسي وكنت زمان بقول المرضى كده أنا هشيل الأعراض والألم هيروح وكل حاجة لكن هيفضل الشكل ده ملازم لك في كل أشعة تعملها لكن النهاردة لما استخدمنا الأجهزة الحديثة اللي هنشوفها جهاز الشد المتخصص اللي بنسموه سباين دي كومبريشن وإحنا في الحقيقة حرصنا أن نحن نوفره في مركز فيزيك لأن مشكلة الانزلاق الغضروفي دي زي ما حدك تفضلت ما فيش بيت بيخلو منها وما فيش بيت شاي الهم أنه هيعمل جراحة وهيقعد في السرير وهيعمل عليك طبيعة بعديها طبعا وبعد خمس ست سنين هترجع له تاني والناس اللي عملوا جراحة يقولوا للشخص التاني ما تعملش عملية إن شاء الله تفضل بالقلم ده فإحنا النهاردة التكنولوجيا الحديثة طبعا بنشكر التكنولوجيا دي إن هي قدرت توفر لنا بعض الأجهزة اللي نقدر من خلالها إن إحنا نعالج مثل هذا الشبح اللي بيواجه ناس كتير حضرتك دي أشعات اتعملت قبل وبعد ومدة العلاج الطبيعي بتاعها كانت لا تتجاوز الشهرين أنا كنت عايزة حالة نقول لحضرتك أنا خدت بالي من الديت اللي هو اللي فوق في بعض الإشعات اللي اتعرضت يعني مدتها قليلة شهرين أو أربع شهور يعني ده لما نقول إن الواحد طول شوية مزبوط مدتها شهرين فعلا أوكي ولقينا النتائج دي نتائج عملية بتظهر في أشعة الرنين طبعا أشعة الرنين بتتعمل بعدها بفترة يعني من ثلاث شهور لست شهور علشان يكون كل الفليوتس والمية اللي طلعت نتيجة دي بدأت تتلاشى وتروح والغضروف بدأ يرجع شوية عن الوضع اللي كان ضغط فيه الإنسان طبيعيا ما بيحسش بأي أعراض كانت عنده قبل كده يعني التنميل اللي كان في رجله بيروح الألم اللي كان بيعاني منه بيروح ألم الظهر بتروح وقادي طبعا صورة بتبين الصورة دي مهمة جدا وحبت أجيبها لسبب اللي هو بيشيل هم لما أكبر هعمل ايه ويكون عنده نزلات غضروف أوه إنت لما تكبر غضريفك كلها بتتاكي إحنا لما بنكبر معدلات الخشونة عندنا دي تجميع بتزيد بتزيد فإنت كده كده الغضروف بيتلاش نشاطنا البدني بيتلاش الله اللي بيضحك علينا ويقول إن لو ما عملتوش العملية دلوقتي هتتشلوا أوه ولو ما عملتوش العملية دلوقتي هيحصل حاجة لا إحنا بنقول لك إحنا كمركز متخصص في الموضوع دوت مركز فيزيك بنوفر أحدث الأجهزة اللي ممكن تشيل الضغط ده وما يبقاش فيه مشاكل مستقبليا حتى اللي شايل هم إن الحاجات دي مستقبليا لا إن مستقبليا حوالي 70-80% من المشاكل اللي موجودة في العمود الفقري اللي بتظهر في العشاعات ما لهاش أي أعراض على الإنسان هي طرق العلاج الطبيعي إيه هي؟ طرق العلاج الطبيعي متعددة جدا أول حاجة فيهم في الانزلاق لو إنه عامل مشاكل على العصب الطرفي اللي هو ده أول حاجة أنه بندخله على جهاز الشد جهاز الشد ده مدته نص ساعة جهاز متخصص جدا زي ما احنا شايفين بندخل الصوفت وير المشكلة وبنأنهي فقرة ربعة خمسة خمسة أول واحدة حتى لو كان على أكتر من ليفل الجهاز ده أوتوماتيكلي بيبدأ يزبط نفسه بزوايا معينة زي ما حضرتك هتشوفي وبيبدأ يحصر الفقرتين دول في الزاوية دي علشان يبدأ يعمل الشد والشد ده غير مؤلم لو تشوفي حضرتك بدأت ترفع لزاوية معينة هتشد مثلا الفقرة الأولى والتانية والإنسان بيبقى نايم مرتاح معاه السيفتي لو حصل أي حاجة ويبدأ يشد ما بيحسش حتى بالجهاز في الفترات الأولى نتائجه مذهلة جدا الثقافة بتاعت الجهاز ده يمكن منتشرة شوية في الخليل يعني احنا في فيزيك السعودية عندنا جراحين قبل يعني بيكونوا مقررين الجراحة لكن يقولوا للمريض روح مركز فيزيك أعمل لنا الجهاز ده عشرين جلسة قبل ما نعمل الجراحة لأن حالات كتيرة جدا جدا الحمد لله عدت مرحلة الجراحة بالعلاج الطبيعي طيب وسائل العلاج الطبيعي احنا كده تتكلمنا عن الطرق والأجهزة وقلنا امتى بيكون العلاج الطبيعي ده هو اللي بيجيب نتائج أكتر من الجراحة أو يمكن هي دي الحاجة الأولى اللي الدكتورز حتى كمان بينصحوا بيها البيشنط لما بيجي لهم لو عايزين بقى نتكلم على وسائل العلاج الطبيعي المختلفة للانزلاق الغدروفي ايه هي؟ طيب احنا بدأنا مركز فيزيك في السعودية يمكن من حوالي ثلاث سنوات تمام؟ اوكي بدأتوا في السعودية الأول بدأنا في السعودية الأول المركز الرئيسي في السعودية استقبلنا مثلا بالتعداد حوالي ألف حالة ألام ظهر ما بين انزلاق الغدروفي وخشونا في الفقرات وألام في العضلات أيا كانت تشخصها نجحنا فيها مع نسبة 85% بنتائج تقارب 90% لدرجة أن في خلال كل السنوات ده المريض مرجعش تاني بنفس المشكلة بدأنا في مصر قريب بس بنفس الفكر وبنفس الأجهزة وبنفس الكفاءة اللي شغالين بيها يعني صف مميز حاصل على درجات كبيرة في التكنيكس اليدوية اللي احنا هنشوف أجزاء منها دي عشان يقدر يوفر النوع ده من الخدمات العلاجية للمريض اوكي الخدمات دي بتتناوم ما بين أجهزة وما بين شغل يدوي إن أنا أبدأ عن طريق بعض بعض الحركات لو أنت حظيك تشايف الفيديو اللي ظهر ده بعض الحركات اللي أعملها أو التمرينات اللي بتبقى متخصصة على بعض السراير اللي تساعدنا على كده إن احنا نفتح الفقرات دي عن بعض أنا كل الهدف بكل بساطة عشان الجمهور يبقى أعرف أنا محتاج أفتح ده عشان الضغط يتشال من على العصب ومحتاج أبني ثابت للعضلات ببدأها من العضلات العميقة اللي هي الداخلية اللي مسكة هنا إلى العضلات السطحية اللي مسكة بره عندنا في المركز قدرنا نوصل لنتائج مزهلة جدا مع الحالات دي ومنها لعيبة كورة عشان الناس اللي بتقول ممكن ده ينفع مع بعض الناس اللي ما بيعملوش مجهور في لعيبة كورة دلوقتي بدون ذكر أسماء بيلعبوا وعندهم منزلاء غضروفي وعارف يعني يلعب يلعب وينط ويعمل جمب ويجري يعني بيعمل مجهود أعلى من ناس كتيرة جدا فبالتالي لأ وكمان أنا ملاحظة كمان أن الناس اللي دلوقتي اللي بتتعالج حتى في الفيديو معظمهم رفيعين يعني مزي الإشاعة اللي يمكن درجة شوية أن موضوع الانزلاء الغضروفي ده محصور نحن الناس اللي وزنوهم كبير دي إحدى الطنوات اللي احنا بنعليجها دلوقتي إن بنلاقي واحد جاي لنا سنه 24 سنة وعنده انزلاء غضروف دي حقيقة طبعا ده من إيه ده من الأوضاع الغلط من النومة الغلط من شيء للحاجات الغلط التقيلة اللي حضرتك بتقولي عليها من عدم الاهتمام بجسمه من عدم الاهتمام بالمواد الغذائية بتاعه تبدأ تضعف أنسكته ويبدأ يوصل للمرحلة دي بس التمارين دي حلوة قوي يا دكتور يعني مريحة التمارين دي ما بينت الواحد يتمنى يعملها حتى هو مش عند انزلاء نحرك بيها المدى الحركي طبعا لان احنا عندنا دايرة كده لازم نكسرها ان قلة الحركة وتقلص العضلات والألم لازم نكسر كل السيركل دي لازم احنا في مركز فيزيك نبدأ بالتحريك علشان نبدأ نفك موضوع الحركة اللي فيها تيبس ايوة وبعدين بعد كده نبدأ نأول عضلات ونشد العضلات اللي فيها تيبس وبعدين بعد كده نوصل لمحالة السبال تقويات زي؟ بالجهاز أو بالحركات دي؟ تمرينات بس بتقنيات حديثة زي ما حظيك بتشوفي كده ده عبارة عن تحريك يدوي مثلا للفقرة التالتة والرابعة لازم وضع الرجل يبقى معين ولازم التمرين يبقى بشكل معين عشان أبدأ أحرك الفقرتين دول وأخلي المدى الحركي زيل وحتى التحريك بيكون في الليفل اللي بيخلي الدسك ده يبدأ يرجع تاني يعني أنا كأني بخدم بعد ما عملت جهاز الشت ببدأ أخدم عليه في المركز علشان يوصل لأخصى درجة ممكنة من عدم الضغط على الأعصاب الترفية دكتور أنا مشاختين فقرتسي مع حضرتك طبعا قبل ما تقول لي كده طرق البقايا أو تقول لي النصايح لمشاهديننا النهاردة اللي بتفرجوا علينا علشان نقي نفسنا من مشكلة الانزلاق الغضروفي دي طرق الوقاية تنحصر في حاجات محددة اعرف السبب وزنك زيت نزل تعال لنا نزل برضي احنا عندنا قسم للتخصيص الموضعي والعام تمام عندك مشكلة بتظهر في القعدة يبقى القعدة بتاعتها غلط عندك مشكلة في النوم يبقى النوم غلط دي احدى الطرق اللي بنرشحها للناس اللي بتعاني من الانزلاق في النوم ان يحط مخدة بالرجلية ولما ييجي يقوم من السرير لازم ما يقومش مرة واحدة دي من الكوارث عليك سألتني مرة واحدة يصحى من النوم يلاقي فيه نزلاق اه لان العضلات تبقى مرتخية والجسم ساكن في وضع الزيرو يجي يقوم مرة واحدة 20% من النزلاق الغضروفي بسبب الموضوع ده ودي الاعدات دي كوار الجيم ودي الاعدة اللي احنا يريد المشاهدين كلها يجيبوا الكوار دي في بيوتهم ويبدأوا يعودوا عليها نصف ساعة في اليوم ويعملوا عليها بعض التمارين ان شاء الله يكون بس بيهز نفسه على الكورة بدل ما الاعدة تبقى استاتيك دي دعوة من المركز خلي اعدتك ديناميك لان الحركة هي العلاق العلاق في الحركة وشكرك جدا يا دكتور رفيق على وجودك معايا في ازاي الصحة انا طبعا مش عايزة انسى ان انا انوه عن حملة القوام السليم اللي بيطلقها مركز فازك من باب المسؤولية الاجتماعية للطالبات وطلاب المدارس والجامعات من سن 8 سنين لسن 14 سنة التسجيل هيكون من خلال الرابط اللي موجود على الشاشة والهدف هو الاكتشاف المبكر لكل مشاكل العمود الفقري اللي موجودة لابنائنا الطالبات والطلاب بشكرك جدا يا دكتور رفيق على وجودك معايا في ازاي الصحة شكرا جزيلا فاندم يا رب السادة المشاهدين يكون استفادوا من الحلقة دي بشكرا حضرتك كان معنا الاستاذ الدكتور رفيق المأمون محمد ردوان مدرس العلاق الطبيعي جامعة القاهرة استشاري اصابات الملاعب والعمود الفقري مؤسس مراكز فازك للعلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي وكده مشاهدين تكون خلصت فقرتنا لسه معنا فقرات مختلفة من ازاي الصح بحفظ اللعنة هذا البرمانك برعاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وف الواحة بطال ماجریش لما نس له يصصفوا فيهم كان واقف違 haber build عليهم أهل إخواتي أموت وسطيهم رجالة مترحمة عليهم يلي رايح الوحد حاسب على خطوتك أصلي شو شامت هناك كان بيحرص حضرتك أحمد جاد المصر بجد إلي شجعته ومن أشحد من زي محمد وحيد راجل جد وقلبه حديد قالوا رايحين مش راجعين تاني واستشهدوا عشان أنت تعيش هذا البرنامج برعاية لولي يا لولي عاوزين نلعب عاوزين نكتب عاوزين نتنطط على تقول نفرح ونزقتط ونطرتش ولا عمده كلام هيقول يلا بينا نلعب ونفكر نتكلم ونزع هيرا نتشقلب هيرا نتنطط أنا وبنات وولاد مع بعض يا بنات يا ولاد صباح الخير يلا هف هف اسحوا فوقوا كده وفوقوا النهاردة عندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها مع بعض وأنا متأكداً كمان بعد لما الحلقة تخلص فيه من نوكو هيعمل حاجات مع موما وبابا كمان في البيت ويجرب ويبعث لنا على صفحتنا قبل ما نبتدي أي حاجة كده احنا عارفين ان شايفينه دلوقتي قدامنا ده الكاس التاني مع لولي يا ترى مين هياخد كاس برافو احنا عارفين من كان فيه متسابقين أربعة كانوا معينا من الأسبوع اللي فات وكان فيه فوت وكان فيه حاجات كتير قوي على الأسم قاس بتحصل وعلى الفيسبوك وكان فيه سباق جامد جداً بين الأربع بنات وولاد قبل ما نفتكرهم تعالوا الأول فيه ولد صغير اسمه ياسين هو صغير جداً معرفش مثلاً عنده سنة ونص أو حاجة جميل بعث لنا صورته أولاً مرسي جداً يا ياسين انت بعث لنا صورتك طبعاً بابا وأمامهما اللي بعثوها بس ابتسامتك حلوة قوي يا ياسين إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يا رب لما تكبر تبقى دايماً كده وشك مليان ابتسامة كمان النهاردة عندنا حاجة حلوة عندنا عدميلاد بنوتة جميلة اسمها فجر اللي هي دلوقتي حالاً زمنها قاعدة وبتتفرج علينا وهنقول لها هابي بيرد داي تو يو يا فجر سامن طيبة كمان يوم الاتنين اللي جاي في عدميلاد برضو ملك الاسبوع كله عدميلاد فين من فين صورة ملك عاديين بدو نقول لها هابي بيرد داي ملوكة ونغني لها بقى هابي بيرد داي تو يو فلق فجر وملك هابي بيرد داي تو يو فجورة وملوكة إن شاء الله يا رب تبقوا كل حاجة نفسكو فيها تتحقق انتو كمان لو حد منكم اللي بيشوفونا دلوقتي يا ميلاد وقريب ببعتولنا بسرعة صورته على صفحوتنا على الفيسبوك والبنات وولاد واحنا على طول هنعمل كده نحتفل مع بعيد ميلاد البنات والولاد الشاطرين فيه كمان سؤال لولي الإسبوع اللي فات كان فيه سؤال وفيه بنوتة اسمها هانا هي اللي كذبت في سؤال لولي وهتبقى معينا في حلقة النهاردة وهي اللي جوبت على السؤال الإسبوع ده كمان فيه سؤال لولي سؤال لولي ده فكرته ايه؟ هو سؤال بس السؤال مش محتاج إن احنا ندور على إجابته غير من حتة واحدة بس جو الحلقة فخليكو مركزين اختاروا كويس وركزوا في كل الحلقة عشان تعرفوا إجابة سؤال لولي وتكتبوها على صفحتنا على الفيسبوك أول ما الفوست ينزل على طول بعد شوية ونختار منكو بالقرعة حد ييجي معانا أو بنوتة أو ولد ييجوا معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله سؤال لولي في الحلقة دي اللي هنركز قوي وندور على إجابة جو الحلقة هو إيه الطريقة اللي احنا بيها نقدر نحافظ على البيئة البيئة بتاعتنا الأرض حوالينا في طريقة احنا هنتكلم عليها النهاردة هي اللي احنا بنتكلم عليها وقصدنها في سؤال لولي بنساعد بيها ونحافظ بيها على البيئة تعالوا بقى نفتكر مين الأربع بنات وولاد اللي كانوا معانا الأسبوع اللي فات وكان الفوت جامد جداً ليهم وهنقول لهم برافو كبيرة هم الأربع تعالوا دور الأربع اللي كانوا معانا الأسبوع اللي فات احنا هننده بقى على البلياتشو البلياتشو همتو ما عليش عندي برد بقى عشان هو اللي عارف الإجابة وعارف مين اللي كسبت عائلة يا همتو يا طرح يبقى مين هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة اهمتوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على النهر اشتركوا في القناة من دونك كمان احلى ريم اي زاين انت بتحب حالة الحب ريم اكتر حالة حب غزيعة انت ما بتحب رجالة الحليون مقابلتينش برضو اشتركوا في القناة في واحد من الناس نجم الكوميديا طلعت زكريا مع ابنائه امي وعمر في حوار انساني مختلف اللي انت تربيت عليه وربتهم عليه هم متربيين على القناة يتحدثون عن حياتهم الشخصية والخاصة بعيدا عن الفن وعن اهم اصعب المواقف التي تعرضوا لها بياخد رأيي جدا طبعا ان هو صديقي الصدوق وصحبي انا بحكي له كل حاجة بصراحة ما بيحبش الكلام قاليني الكلام جدا وهي دي جدا جدا دي حاجة الناس تعرفوش عن ده انتظرونا في حوار جريء ومختلف مع عائلة فنية جدا في واحد من الناس مع عمر الليثي الاثنين العاشرة مساءا على النهار هذا البغنانج برعاية ايه حكاية ده صور الاسباكية ده احنا في العقل الاثناشر دي لها تصور الاسباكية اصبور تقل نحاسي اعتبر اول واحد قلن موضوع وجود صور الاسباكية يقولوا انت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبها اه حكاية ايه اللي جابك يا نسول الاسباكية والدي الله يرحمه مولدت الخناعة كان دي الغنى فاصبحت بأذيالها ممتسكة فلا زا يراني على بابك ولا زا يراني عليهم الهمك فصرت غنيا بلا درهمن امر على الناس كأني ملك انت عامل تنويع حلوها محمد الحمد لله بس لازم انت في صور الاسباكية تعدى تشرب شاي عند امه حبيبة فالك كتير هنا انت في مرسع عم بابا تخش تشتري كتب هنا اه لا اولاد تشتري اه انا عارف الكتب تشتريته فين ومن مين وعارته انت ولسه ما عارتش فيه عدي ايه باب الخلق مع محمود سعد في اخر النهار الليلة الثامنة مساء على النهار هذا البرنامج برعاية اصحى لنا اصحى لنا احنا لنا احنا لنا كان له نصيب ان هو يقبل في كلية الشركة ودي كان طبعا بالنسبان وبالنسبان فرحة كبيرة يعني اصحى لنا كان هو الجيش من هو صغيره اصحى لنا يا فندم انا عايز ادخل سيناء ويبخش اسلاح الصحر افسامت عشانك يا مصر صغرتي يا مقولي يا امير راح تقلت لي اصدقى ماما ابقى عارسة الجنة ولا ابقى شهيدة واللي مات شهيدة بيموت مش نسيهم ابدا ده اولاد انا الهاخورة بيهم وفرحانة بيهم المتقصود سابقين في الارض الحمد لله ربنا استجاب له دعيه وبقى شهيدة وانا دلوقتي بقيت امو الشهيدة شرف ليه موسيقى 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 انا نلاقوه ترى مين اللي كسبك بص بص انا هقولك بص بص انت فوض قصلا انت عارف ان فوض ان انا اللي مش عارف ايه ده بص بص سنشعولك انا روح انا اقول بقى قبل ما نقول الاجابة او نقول نعرف مين اللي كسب من الاربعة عايزين نفتكر ان اي حد ممكن يدخل معانا في برافو يبعت لنا فيديو ليه يقول لنا هو ليه هنقوله برافو هو شطر في انا متأكدة ان كلكم شطرين في حاجات كتير او قلولنا حاجات بسيطة منها وتاخدوا عليها البرافو الكبيرة اللي هياخدوها النهاردة المتسادقين اللي معانا يقول بقى المتيجة اللي كسب معانا في برافو هياخد تاني كاس لولي التوقم مصطفى مروان ايه يلا مصطفى مروان اوه ازايك هامل ايه استنى بقى انت مصطفى وانت مروان اه انتو ازاي شعب بعض كده انتو شعب بعض ولا مش شعب بعض شعب بعض طب في المدرسة بيطلخبطوا فيه بينكم اه بجعلت؟ اوه ده حكولي موقف كتير بستعال تعالوا عشان انتو عارفين انتو تسبتوا الكاس ايه الكاس ده تعالوا بقى عشان نبتدي نستعد على طول ايه من المشرة اطلع اطلع فوق خدول انتو مجبار اصلا انتو ضعبطوا مني يلا بقى عشان قبان ان انا صغيرة قولي بقى قولي يا مصطفى الاول ايه اللي بيحصلة في المدرسة مين بيقولك ان انت مروان فجأة؟ بساعد مراه قاعد يعني المدرسة بتدخل بتقول انت مصطفى انت مروان وهو مصطفى بقول لا بقول لا انا مصطفى وهو مروان بو انت با بتعمل ساعدها؟ ساعد في البراكل مستر بيقولي ازاك هوا مصطفى بقول لا بقول لا 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 بروان لانه نبهوس بقى الحس عشان تبعي انت مصطفى ولا مروان اكتبوا بقى يفتا تمسل بتمش بيفتا كده انا مروان يلا مستعدة للنشرة ممكن تعودوا على روكابكم ممكن تنزل كده مصامر مين إن أنا بني إن أنا طويلة مش عارفة ليه ما عندنا عندي يعني خمس سنين أصغر منه جاهز للنشرة قول لي بقية مصطفى إيه أول خبر معينا النهارة اللي فيه راجل فرنساوي السفر بقى سير فيها ساقعة وفكر في السويد اللي هو يفتح فندق اللي هو يعني مش حيطان زي اللي في البيوت فكر يبنيه كله تلج و و طب الراجل ده لما بنى الفندق القتال ده قتال كل الحيطة بتاعته مفيش حيطة ولا سرير ولا طربيزة كل حاجات حوالينا تلج طب دي مش ممكن تسيح يا مروان آه ممكن تسيح قولي كده أقولي الناس هتعمل إيه علشي الشمس كل يوم بتطلع الشمس كل يوم بتطلع فأكيد إيه اللي هيحفظ بقى التلج طب هم أكيد هم عارفين يحلوا المشكلة دي دول بقى لهم 30 سنة عاملين القتال ده الفندق ده يعملوا إيه؟ كل يوم بيجيبوا طلج ويبنوا وفي الصيف بيجيبوا كل الطلج اللي يصح ويبنوا الفندق من أول وجديدة أنت عندك حق فعلا القتال ده في الصيف بيصيح دايما في شهر 4 وبعدين يجوا على أول كده ديسمبر يبتدوا بقى يبنوا تاني السنة دي بيقالهم 30 سنة كل مرة يبنوا ويهدوا طب تفتكروا بقى تفتكر يا مصطفى لما بيبنوه مرة تانية بيبنوا بنفس الطريقة بلا بيغيروا بقى شكل القودة الـ مثلا مرة عملوا السرير صغير مرة عملوا قدير شوية لا بيعملوا زيم هو زيم هو ساعات على الفكرة بقى بيعملوا مسابقات والنهاس بقى اللي بتحب تغير التغير تلعب في التلج وتتقدم في المسابقة دي وممكن يعملوا قودة مثلاéeً شكل قطة يبقى السرير شكل قطة يعملوا بعض أشخاص في التلج لعبتوا بالتلج قبل كده لاعبت يا ماروان؟ لا 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 عبتوش؟ ولا أنا؟ أشعرف حد فيكو لعب بالتلج اللي بيسمعونا دلوقتي؟ أشعرف طيب ده كده أول خبر يلا أقولي بقى يا ماروان أول تاني خبر معنا النهاردة إيه في النشر؟ المعرض الكتاب فتح السنادي فتح السنادي هو فعلا المعرض الكتاب اليومين دول إحنا كمان شايفين قال لا بص أهو بقى شفتوا هو هو ده الفندق اللي كله تلج بص بدل التربيزة اللي إحنا حتصندينا عليه هم عندهم تلج هوا بص والكبيات تلج كل حاجة إيه للكمبيوتر هو الوحيد اللي يشتلج حمد الله بص الإزاز كل حاجة تلج واو ممكن تفكر تروح؟ ممكن تفكر تروح يا ماروان؟ تتحبش؟ سويد بايدة سويد بايدة طبع أنت عارف السويد فين؟ مين عارف السويد فين؟ مين؟ سويد فوق 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 أوروبا بس في شمال أوروبا فقرت أوروبا ماشي؟ ده كده ليه الفندق نروح بقى تاني المعرض الكتاب قولي بقى أنه إيه؟ أنت بتقولي أنه فتح السنة دي هو فتح فعلاً أنه دائماً مواظم السنين بيفتح في أجازة نص السنة مش أنت أخذت الأجازة؟ اه طيب قولي بقى معرض كتاب إيه؟ وبقاله خمس سنين بيفتح نعم مش بقاله خمس سنين مصطفى عارف بقاله خمس كم سنة؟ خمسين سنة خمسين سنة بحالهم من زمان قوي من قبل أنت تتويد وقبل أنت تتويلد بكتير قاله كتير هنروح زي ما اتفقنا معرض الكتاب إن شاء الله الأسبوع الجاي لنحدد معاه ولسه عمتاً معرض الكتاب موجود ممكن تروحوه لغاية يوم 5 فبراير فلسه قدامنا كتير الأسبوع الجاي إن شاء الله نتفق مع بعض وإحنا في الحلقة ونروح مع بعض ونقابل كل البنات والأولاد بصحابنا إن شاء الله قبل بقى أنهم نتأخذوا بالكاس بقى وتروحوا بقى وكده في بقى متسابقين جداد برضو هنقول لهم برافو حل؟ تعالوا نبتدي بقى بالمتسابق رقم واحد اللي هي فريدة تعالوا نشوف فريدة هنقول لها برافو ليه أنا اسمي فريدة عندي وانت بسنين وبحب بانت بسكي جوان وبحب لولي قوي 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 وإيه وشجعاني وقولولي برافو رقم واحد فريدة مين بعد كده؟ مين بعد واحد؟ رقم اثنين عمر برافو عمر تعالوا نشوف هنقول برافو لعمر ليه؟ هبقى بطل جمهورية مصر وابقى أنه بايح مرن شوية ليه فتقوليني برافو ما شرحته عشان أبقى بطل جمهورية مصر واو رقم اثنين عمر مين تانية مصطفى معانا رقم ثلاثة ملك تعالوا نشوف ملك هنقول لا في حلقة أكل لا ملك 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 يلا يا ملوك أنا ملك عندي 12 سنة بحب برنامج بانات أولاد جدا وأنا بحب برنامج جدا جدا يا لولي وبحب برنامج جدا وأنا هوايت مفضلة أحب أرسم وأحب أغني وأحب أعمل فوزير في ناس كتير أحب أعمل فوزير وحقل لها وأحب أعمل مقالب في ناس كتير قوي وأنا شقية جدا جدا ولذة ويا رب تختاريني وانا بحبك جدا جدا يا لولي وأنا كمان بحب جواي أم إد shoes إي عالمدة كلنا اللمزين والله إنت ألمتut ؟ لا لا معتقيتش معتقيتش لم يعرفش وإنت يا مصطفى تفتكر إي ? مين شقي أكتر؟ ؟ 00, not every one طيب .. هو من بعد بعد؟ بدأ اسمع الكلاف إي عشان كده عشان كده أقول لكم برافو برد لازم تبحشاثتين حتى لو أشتقية مين بقى بعد رقم ثلاثة رقم أربعة أحمد رقم أربعة أحمد يانا نشوف أحمد اسم أحمد رامي أحمد سامي أنا عندي سبعة سنين أنا عايز أشتغل في موسفل بلافو أشاب أتكلم إنجليش كت كل الناس بتغني يا بتاعدي يا عمري مفهمت الحقيقة بس ده 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 شعرفها يا حاجة بس هاي مهمة يعني بحاول 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 طيب دول الأربعة زي بقى نختار مين فيهم اللي هيكسب زي مصطفى مروان كده وهنقول له براف كبيرة اختاروا بالرقم احنا قلنا رقم واحد فريدة رقم اثنين عمر رقم ثلاثة ملك رقم أربعة أحمد احفظوا الرقم وبعثوه في ميسج على الرقم اللي بعد كبيني دلوقتي حالا تحت اهو أو اتصلوا كمان على التليفون برضو تبدلوا ورا التليفون لغاية ما تلاقوا اللي فيه أرقام سجلوا الرقم اللي انتوا عايزينه يكسب عشان يكون معانا الأسبوع الجاي التلاتة اللي كانوا مع مصطفى ومروان هم كمان يستهلوا برافو كبيرة جدا صح؟ صح؟ تعال بقى نخليهم يجوا فين التلاتة اللي كانوا مع مصطفى ومروان مريم وليان وفيروز الثلات بنات برافو نزيلوا بقى قالوا نزيل من تتاعي ازايك ازايك انت انت مريوما صح؟ مريم وليان صح؟ شوتي عرفتك لوحد ازاي؟ ازايك فيروزا عملا ايه؟ انا مكسوفة ولا ايه؟ نعم شاطور طيب احنا عايزين يا همتو كلهم برافو كبيرة جدا بكلهم شاطرين قوي ليهم حاجة حالو؟ اه بس انت ممكن نلف كده تعال اه انتو عارفين ان انتو وكلكم كسبتوا في برافو عارفين؟ طيب احنا عارفين هنكسى باية؟ تعالوا بقى تعالوا من نشوف هنكسر ايه تعالوا معنى الحربة تعالوا الاول شاهدات التقدير مصطفى الاول اقدر يا مصطفى شكرا ممكن بس نلف تعالى كده اه تعالى كده اه عايزين بقى ايه؟ عايزين نلف كده عايزين نلف اه بين مروان اه بعدين فيروز فيروزا فيروزا بعد فيه؟ لايان وماريان شكرا شكرا فاكرين الاوتال اللي احنا قلنا عليه اللي معبول بالتلج ده؟ مانيا صاحبتنا راحت بقى سألت كمان الاطفال تانين من مصحابنا هممكن يروحوا الفندق ده ولا لا هنشوف هم قالوا لها ايه؟ ماشي بس الاول ناخد الهدية مصطفى المروان بيتكو والبنات بقى الحلوين شكرا 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 نلف بقى عشان تتصوري يلا همتو متاخدش فدية ممكن بقى نديهم كمان الحاجات من همتو همتو جايب حاجات كتير قوي المصطفى وماريوان وفيروز ومريم ويلايان علشان يقولوهم برافو كبيرة جدا تعالوا بقى نشوف مي صاحبتنا لما راحت ثالت الاطفال على القتال اللي كنا بنتكلم عليه بتاع التلج ده اللي كله تلج الاطفال قالوا لها ايه انشوف طاق فضاء ا lean اتخاذ التي نحنة في السويت انا وانتاً راحنا في السويت فيه في سويت بيت تلجميك عاميعني لفندق كبير كده تلجميه رائق الماضي. حلو. كميل. تخيالي الفندق ده هيكون عامل ازاي. هيبقى كبير كل حاجة بالتلجة وهيبقى وهيبقى واسع وفيه حاجات كثيرة قوي طبعا. عامله ومتحف. وعمل مثلا هتزالج مع البطاريك. هو الفندق ده لونه وازرق. وسقف بتاعه طويل. وبصنوع متلج. وفيه سلم وفيه قدامه 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 فيه بيسينة. كبير. وكله من التلج. وساكله حلو. نوع بيوتفول عاستلجة ومعالعفي. فلايفي. لونه ابيض فاحمر. وسقف بتاعه واطي. وفيه بصين. وفيه حتة للتلج والزهلاء. هاعمل فيه متاهة. وهجي منس. وهربي جائزة في نص المتاهة دي. والراجل هياخدها. اللي هيلاقيها. هياخدها لي وهيبقى كسبان. الفندق كبير. وهيبقى بيلمة. وبيلمة. وهتبقى لقوم شكله. شكله حلو. هذا العيس كريم كتير جوان. تخيالي كده هوتبنى ازاي. تعالي نفكر مع بعض هوتبنى ازاي. بالتوب والالوان. والتلج فين. والتل. اه وفي تل. لازم يدبني حلو. يعني يكون حلو. ويكون ما يقعش. فحلو قوي. يعني مصنوع من الايس وهو كبير قوي. ومسلا اختارها زي ماتيريا او حاجة. مثل تحط في الايس. مثلا تخليه صالد. ودايما جابد ما يقعش. موسيقى الفندو ده هيبقى موجود في الصيف. لا في الصيف التلج ده ينزل. ما يبقى شوال في فندو ولا حاجة. هو ازاي هيبقى. مش هينفع يبقى في الصيف. لانه من التلج. فلو في الصيف هيسيح. لا اصلا التلج بيسيح. لما بنسيبه كده بيسيح. فبالحرب مع الحرب بيسيح. اوه هيكون موجود في الصيف. اوه عشان ليه هيبقى سيح. عشان الجو في الصيف بيبقى حار وممكن يسيح. ممكن لو قعدنا جواه يبقى الجو حار بس من جواه سعر. هنرجع بقى من السويت. بشير نعمل بقى باي باي هنا. اشتركوا في القناة. بيك 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 هيمتو قد اتنير. مصططة واحدة بمصطة ستير. خليك جنبي ومضي المططة. انتي حسلف من فوظ البطة. أحمر أفضر أشفر أسلق المصصصة. ده بيك هيمتو. بيك هيمتو مصصصة ده بالكس جامبو. ما بتخلاص ش من هيمتو. أنت أمرأة صعبة أبعرفش أعملها حسيت الفترات رح تموتي بحسني الصفة اللي إذا بدك أكتر وفقوا عليها أنا من الشخصيات محسيتش بالنجا ما منشفة من الجرح هتكلمتيني في أي حاجة شرح تصيني اسكتي مش الحياة من غير تبلعت أحلى تبلعت أحلى لو سهل أولي من دونك كمان أحلى ريم عايزة إيه أنت بتحب حالة الحب ريم أكتر حالة حب فزيعة أنت ما بتحب رجالة الحليمين ما قابلتينش برض قطور رجالة مع رغض شنوب الليلة العاشرة مساء عالم عام اشتركوا في القناة أحمد شوشة دا زيه مفيش أحمد شوشة دا زيه مفيش وإف الواحة بطال مجريش وإف الواحة بطال مجريش لما نسلوا يصفوا فيهم جنواف بيرد عليهم أهل إخواتي أموت وسطيهم رجالة مترحمة عليهم يلي رايح الواحة يلي رايح الواحة حاسب على خطوتك أصلي شوشة متهناك كان بيحرص حضرتك أحمد جاد المصري بجد أحمد جاد المصري بجد اللي شجعته ومالأسحد اللي شجعته ومالأسحد بتزي محمد واحيد راجل جد وقلبه حديد قالوا رايحين مش راجعين تاني واستشهدوا عشان انت تعيش واستشهدوا عشان انت تعيش يلا نبتدي الكنز مع بعض وفريق الكنز النهاردة اللي معانا محمد عبد الرحمن ومريم انتو شايفيني من الشاشة متشوفونيش خالص عايزين نركز خالص في الكنز المشكلة دلوقتي للتلات ولاد والبنت واقعوا فيها والولادين والبنت واقعوا فيها هي ان فيه ساحر شرير عنده بيحب يعني كل حاجة وحشة فاخر حاجة عملها وحشة انه هو خلى الغابة كلها ليل بس ما بقاش فيه خالص نهار الساحر بقى الطيب عنده جوهرة الجوهرة دي بتخلي اي حاجة يعملها الساحر الشرير تبقى كنها متعملتش خالص يعني بيبطل اي حاجة يعملها ساحر الشرير فالساحر الشرير عشان عايز ان الدنيا كلها تفضل على طول ليل راح خبى الجوهرة من الساحر الطيب مهمتك انتو تلاتة انتو دلوقتي تتساعدوا الساحر الطيب وتلاقوا الجوهرة اللي جوه الخزنة في الآخر يلا اهم حاجة تنطلقوا دوروا في كل حتة وكلموا مع بعض وانتو فريق واحد بس يلا بينا للحمد عبد الرحمن مريم جو يلا دوري يا مريم دوري دوري كل الناس دلوقتي بتتفاقي ده ايه السرعة دي ايه ده ايه ده فيه حاجة بتحصل بسرعة كده ومن الوقت بيشوفوا كل الدولين فتحوا الدولاب اللي فيه رقم اللي كان فيه دايما بنحب بنخبسي حاجات بس المراضي كان مفتوح كملوا كملوا فيه اكيد حاجة تانية ما فتحتوهاش كمل يا محمد كمل في الحتة اللي انت كنت واقف فيها دي مش ممكن تكون فيه حاجة ما خدتش بالك منها وانتو بتفتحوها او ضرفها ما فتحتوهاش اصلا دايما بنفتكر كده لو انتو بتتابعوا دايما الكنز ان فيه بداية البداية دايما عالصبورة اللي على الحياة مريم ليه بنوشوش مش عايزين نسمع صوتكو عايزين نسمعو إذا بحست عني وجدتني وإذا تحشيت اللون الأحمر بداخلي عرفتني يعني ايه تفتك إذا بحست عني وجدتني ما بيبقى دوري عشان تلاقي الحاجة اللي وجدتني ده دوروا كويس ارجعوا تادي دوروا بنفس المكان الأولاني اللي انتو كنتو بتدوروا فيه أكيد في حاجة ما خدتوش بالكم منها بتاحوا كل الحاجات كل الألواني كل الدورة محمد ممكن يكون لاحية أو قرب يلاقي الحاجة لسه 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده مكتوب ايه ممكن مسمعكو قلولنا بتقولوا ايه ولا لقيتوا ايه لا انا دي لا دور لا دي حاجة قديمة لا سيبوها سيبوها دوروا تاني دوروا تاني بقيت افتحوا كل الحاجات اكيد في حاجة ما فتحتوهاش فيه ضرفة حمرة مثلا ما فتحتوهاش او بورتغاني احي يعني شوف فيه ضرفة نستوها دي افتحوا كل الأحمر فتحتوه خلاص دي دي فيها حاجة هو اللون الأحمر فين ده دي فيها حاجة ده لا ما مفتوحة فتحت افتحوا كل الدورة لايتي حاجة لا طيب فين الباقي فين حاجة الحمد لله و ايه ده ده ايه اذا اتخشيت اتخشيت انا ده خلاص اخر دي نفس الجملة اللي كانت فين حفا بورت طيب معناها ايه بقى اذا تحشيت اللون الأحمر بداخلي عرف تاني يعني ايه جوا الورقة فيه حاجة هنشيل منها اللون الأحمر فهيبن لنا حاجة الورقة فيها ايه طيب مريم بتحاول تفكر الولاد رحين فين وصيبين مريم دلوقت خليكم مع مريم ساعدوا مريم انتوا فريق واحد مريم قاعدة بتفكر الجملة يعني ايه تحشيت اللون الأحمر بداخلي عرف تاني اتنين هيعمل ايه يعني هيعمل ايه يا مريم وليلي اقري كده دي عبارة عن ايه طيب ارقام فيها ارقام دي يلا يا محمد 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 وعبد الرحمن ممكن تخليكم مع مريم اتنين خليكي بقى من الشمال اكين ده رقم رقم مكتوب بالانجلش فهنقراه من الشمال اليمين وهنشيل اللون الأحمر سبعة اتنين ثلاثة خزنة اتنين ايوه ده ايه بقى ده ايه ده اه هو الرقم اه من اليمين اتنين طيب اتنين في نا اتنين فين السبعة الصاب بحثنين اتنين سبعة اه دي سبعة من الس اتنين سبعة سبعة ciوبة صوس اكام خمسة 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 تلاتة بني volcanpe تلاتة تلاتة 12 12 إ Docker ciao entonces 123 احنا نشيل الرقم هلينك كلنا كده شوفوا الرقم كده نمسكوا الرقم وشيلوا الأحمر منه سبعة اتنين فتحت لا قولوا طيب الرقم تاني كده واحد يقول الرقم والتاني يكتبه على الاف تلاتة خمسة سبعة سبعة اتنين هاي مفتحتش مفتحتش تاني تلاتة مفتحتش ازاي تلاتة تاتة خمسة اتنين اتنين خلوا بالكم لازم الرقم يبقى على الخط الأحمر اللي في القس مفتحت 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 مفتح طب حد يروح عند الخزنة وعبد الرحمن خليك مع الحروف وقلوه من الجيم تساوي ايه وكده ايه رأيكم حد يروح عند الخزنة ما تنسوش ان بعد ما نكتب راوكا مع الخزنة لازم ندوس على حرف الايه خليك بقى انت راح فين يا عبد الرحمن مش تقول لهم الحروف ومحنتوا يستحلتوها الجيم تساوي ايه الجيم عادر واحد أخص ألف ب ت ت يبقى الس أربعة يبقى الجيم خمسة خمسة؟ اه صح صح نكسب أول حاجة خمسة؟ اه جيم خمسة ايوا والحاء 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 الساء الأول الفاء مش موجود فاء لا الساء ألف ب ت ساء اه الساء بثلاتة أربعة؟ صح يبقى خمسة أربعة خمسة أربعة بعدين الخاء خاء الجيم الجيم خاء سبعة سبعة برافو يا محمد والألف واحد واحد والذال الزال ألف الزال الزال والجيم والحاء والخاء والكام والذال هنزوج كده عشرة لا 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 تسعة ايوا تسعة ودوسوا على حرف الايه ايه اه يالله فتحت دوسوا حرف الايه؟ ايه دوسوا حرف الايه؟ هيت فتحت هيت 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 كتبنا هيت هيت انا بساعدكم قبل اتجارة رابطة موسيقى 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 يا 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 أخيراً في ده الجوهارة؟ هين اللي خدها؟ طي تعالوا بقى تعالوا قولي بقى قولي يا الأول عبد الرحمن إيه الموضوع اللي كان صعب جدا في الموضوع في الكنز المراد ما كانت شفاعة صعبة ما جيش حياة صعبة خالص؟ طب يا محمد إيه اللي كان صعب؟ شيء فقط يا سلام طب إيه اللي كان صعب في الورقة دي في الأول خالص؟ لا أعشان كان بس في الحاجات الحاملة دي حشان ما يكون نرش على الكنز ما في النرش يعني أه معتنين كيب قلت حشايت النون الأحمر يعني نشيل النون الأحمر يظهر لنا طب إيه اللي كان هيحصل بقى لو أنتم ما كنتوش نقيته الجوهرة وساعدتوا السحر الطيب يلاقي الجوهرة بتاعته يا مارينا كان السحر شغير كان هيغلق طيب بتخليه يكبر طب يا محمد حيات تحصل ليه لما كنتوش لقيت الجوهرة وديتها للسحر الطيب ما كناش وما كناش وما كناش وما كناش الشمس جد وكانت الدنيا هتبقى ظلم على طول شاطر إنت يا عبد الرحمن هتبقى السحر الطيب بعد كده إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ طيب كان فيه بقى اليومين اللي فاتوا دول تعالى كده كان فيه مفاجأة ما عاربش كان عيد ميلاد حد؟ عل المياد عل المياد ميان عل المياد مين؟ أدماني محمد؟ يا سلام عيد ميادك تميت كم سنة؟ تمانية تمانيا بحالهم؟ طيب وبعدين عدمالك عملت فيه ايوم عدمالك؟ هذا ما عملتش الجنة ما عملتش اساعة ملاد؟ لسا عاملو من جمعة هتعملو لسا من جمعة؟ ماشي ما تجيب بقى عيلتك بقى وييجوا ماشي اوكي تعالى بقى ننده كده ممكن نقول لكلنا ننده على كلاون هيمتو عشان هو عامل مفاجأة ممكن؟ يلا يا كلاون هيمتو يا كلاون هيمتو يلا بسرعة يلا يا همتو همتو جاي بإيه لمحمد طرطة عشان نقول هاتي بردي لمحمد كاكي باشا ما نلعب دلوقتي حافزين نغني ولا مش حافزين مش انت متقنين من نظارة هاتي بردي بقى ممكن بقى حطها هنا كده مين ده اللي عارف صحيح يفتح الماجيك بوكس مين فيكو اللي عارف عبد الرحمن برافو عبد الرحمن شاطئ عبد الرحمن يلا يلا كل بقى كل صحابنا كمان اللي بيشوفونا دلوقتي احضروا معانا العيد الميلاد ومتنسوش ان انتو كمان لو اي حد فيكو عيد ميلاد قريب يبعتلينا على طول على صفحتنا على الفيسبوك بنات وولاد وعلى طول تبعتولنا واحنا هلا طول على طول هنجبكو معانا ونحتفل معاكو احنا كمان بالعيد ميلاد اي رأيكو احنا وهمتو والكلاور والولاد والبنات اوكي؟ هافي بيرد دي تو يو هافي بيرد دي تو يو هافي بيرد دي تو محمد هافي بيرد دي تو يو هافي بيرد دي حيوا هافي بيردRR هافي بيرد دي هذه queزوبة فتات محمد محمد كسون طيب عايزين ان نهمتو يجبلينا حاجات حلوة بقى لولاد يلا هامتو طيب يلا يلا يا محمل كرسون طيب تبس انو كمان عشان هم كانوا شطرين في الخن طوال مريم هتاخد كدية حلوة وكمان أستاذ عبد الرحمن كرسون طيبين هنوح بقى نفتكر مين الاربعة اللي كانوا اللي هيدخلوا بقى معنا في برافو محتاجين تصوتكم الاسبوع ده علشان نشوف مين الشطرين جدا تعال اهمتوا تعال اهمتوا بسرعة دي من حاجات الحلوة بتاعتهمتوا الحلوة مصاصة بقى وشوكولات وحاجات كده حلوة قوي هنشوف بقى مين الاربعة اطفال اللي هتعملوا لهم تصويت وفوت الاسبوع ده افتكروا كويس قوي انو ممكن انتو كمان تكونوا معنا في برافو سؤال لولي ايه الطريقة اللي ممكن بيها نحافظ على البيئة والاجابة هو الحلقة يلا بيها موسيقى انا عيسي خريدة عاجزة وانست سنين وحب الراف اهب عبطى الجمهورية مصر وحريفة طولين برافو ما شرحته انا ملك عندي شداصر سنة بحب برنامج بانات وولاك جدا احب ارسم واحب اغني انا اسمي احمد رامي محمود سامي انا عندي سبع سنين انا عايز اشترك في مصابقة برافو انا عايز اشترك في مصابقة برافو مسدسين ادي حسل في اموبوز البتا أعمر أفضل أشفر أجل المصاصة ده اندي جهمت ومصاصة ده بالاكس جام� ما بتخلص من همته الساعات والشجور والسنين مهيا الا لحظات بتعدي علينا قبلت مواضيع ومشاكل كتير قويز وح stamina حização وان دعنا عسيور يا رب أغذقنا خير في عيالي التطورات اللي بتحصل في سن بقى المراهقة إحنا فاكرينهم صغيرين لأ نفرض حمايتها ونصيتها على أولادها بشكل صار القهر بيجي مع قلق نفسي شديد وفي حال ضياع الولاد هي آثمة إيه الحاجات اللي المفروض نعملها استقبالاً من الشهر الكريم تجي نصطلع مع ربنا فنصطلع مع كلامه أحكام النفقة كلها بسبب الاحتباس دي حاجات صغيرة أو يمكن نعملها ونلمي بيها درجات كل يوم ان تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة هدايا ملفوفة ونستنيانة في كل خطوة وكل اكتسامة وكل حرف كل حتة حوالي اسأل مع دعاء من الاثنين إلى الاربعاء الثالثة مساء على النهار ترجمة نانسي قنقر يلا نبتدي بنات بيرس ولاد بنات ضد ولاد بتبقى كزا لعبة بنلعبها وفي حاجات كتير قوي بتقف قدامنا لازم نفكر ازاي نحلها كفريق علشان احنا فريق واحد أو تيم واحد ما تنسوش كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي وبتشوفنا دلوقتي وصحين وفوقته خلاص ركزوا سؤال لولي الحلقة دي هو ايه؟ هو ايه الطريقة اللي بنقدر بيها نحافظ على بيئتنا على كل حاجة حوالينا هتعرفوا جوة الحلقة بس تركزوا نشوف بقى البنات والولاد فريق الولاد اللي معانا النواردة مروان ومصطفى وافوقاد وفارس صح كده؟ صح فؤاد وفارس فعالي бокر هناك وبالفقد الكبير وفارس الصغير فريق البنات البقى معانا النواردة un عيان هنا لكسبت من سؤال لولي على فكرة في الحلقة اللي فاتت وقوشا وفي الاخر فيروز فيروز وليليا انا الاول فكرة ايه سؤال لولي اللي كسبت فيه للمروز اللي فتت اللعبة اللي بتحرك الجسم بتحرك كل عدلات الجسم بتحرك كل الجنبالز جرافو شطرة انت كنتي عارفة ان انتي هتكسبي ولا ما كنتيش متخيلا من القرع عن فطار ورقة كده تطلع هنا لا عشان تصدق كنتيش عارفة يلا عشان كل الناس بقى ايه تيجي هنتدي بقى الايه اللعبة دي همتو احنا شايفين حاطة لنا باسكت الباسكت دي وراكو كل واحد فيكو في باسكت للبنات وباسكت للولاد والناحية التانية برضو في باسكت عند البنات وباسكت عند الولاد صح؟ طيب اللون اللي هناك عند فريق البنات ايه؟ اخضر والكور اللي جوه؟ احمر طيب ايه اللي هيحصل بقى لو روحنا الناحية التانية في البوكس اللي وراهم بس لفوا كده ها لفوا كده الخورة تعالي بس كده تعالوا كده ها اللون احمر والكورة خضر احنا بقى في البيت دايما 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 ممكن نشنته بس يعني ناس كتير منحط اللعب في حتة مفوض منحطهاش ومفوض منحط نرجحها في حتة تاني فاحنا بقى هنعمل اكن الكور دي محطوطة في مكان مش بتاح واحنا لازم ان احنا نحطها في حتتها صح؟ فالكورة الخضرة لازم تروح فين؟ هناك وكورة الحمرة اللي هناك تروح هنا نفس الموضوع برضو فريق الولاد اللون اللي على البوكس هنا لونه ايه؟ يلو الكورة الحمرة واللون اللي برا؟ زرق صح؟ بلو ونفس القصة هنا بقى الكورة لونها ايه؟ بلو زرقه واللون يلو يلو عايزين بقى ايه؟ نستعد ان احنا نرجع لحاجات مكانها بس قبل ما نبتدي في حاجات هتقابلنا مشاكل ما يفعش ان احنا نمشي عادي كده شوائز؟ مفوض ان احنا ننط هنعدي الاول دي كده بعدين ندي حال؟ هنا بقى هنعمل ايه؟ واحد كده ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مش هنعدي على دي هنمشي كده بعدين نرمي دي بعدين ناخد واحدة من هنا نرجع بيها بنفس الطريقة واحد واحد هيبتدي فريل بنات او البنت هتبتدي فريل ولاد او الولد هيبتدي هيبقى فيه قدامك وقت هنشوف الوقت ده مين اكتر فريق هينقل كور يرجحها مكانها عندكم هنا كور عايزين هتروح هناك وكور النات وادوها هنا ماشي؟ جاهزين؟ جاهزين هتبتدي هتبتدي وانت هتبتدي هايزين نركز هناخد كورة؟ لما نزفر مستعجلة يلا واحد اثنين ثلاثة هالله ايدا 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 أربعة خمسة فيه تلات داية بدقة بسرعة بقى لا يلا بسرعة واحدة وقفلي ايوا كشي جوه يلا تعالى خد واحدة وتعالى ارجع بنافس الطريقة واحد اثنين ايوا مش فخال أكمل ثلاثة اه ارجعي نفس الكث ايوه ابدأ اللي بعده يبتدي يلا على طول ايوه نطي بسرعة اللي بعده يلا استاعدي يلا يا هنه يلا يا مصطفى خد ما كنت قران كرة عشان تبقى جاهز يلا البنات تركز البنات تركز المنات مسيطرين شكلهم ولا ايه هوبا ايوه فاضل دقتين يعني البنات بايا كده هو بس ماشي بس الموم ان احنا نرجع اللعب مكان حتى في الاخر همتوا كمان بيعلمنا ان احنا نحط الحاجات مكان حطت لنا لون الحاجة اللي احنا مفروض نحط في حاجات مكان اخدر 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 لا اخدري انت هتودى هناك الايه الخضرة هو حد ياخد اللون الغلط يلا اخدوا كده اخدوا كده يلا البنات فين البنات عاين بيدوروا على الكور يلا 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 احنا فاضلين ايه فاضل دقيقة ونص هنشوف الكور ايه اللي راحت يلا 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 يا مصطفى وهنا راجع دلوقتي يلا يا هانا برافو هنا بالكرويتي بس ماشي يعني يعني هانا عدي مومن رجع الكورما كانت 20 تانية قربنا خلاص تصفر يلا برافو يا قوشة عشرة تسعة سبعة تستة تلاتة اتنين واحد خلاص يعني خلاص رجعيه بقى مكان خلاص تعالوا بقى نعد فريه البنات الاول تعالوا فريه البنات نعد بقى مفروض كم كوره يبقى ايه احمر ولا اخضر تعالي كده يا هانا تعالي كده بدا يا قوش عشان كله يبقى تعالي يا فيروس قديم تعالوا عيد انتو قلولي يلا كم كوره خضره واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة تلاتة ستة سبعة سبعة خضره طيب نشوف هناك بقى الاول تعالوا الولاد اه تعالوا لفوا 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 فواد 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 تعالوا كده يا مروان تعالى لا لفوا كده انتو شبانوا الناس كله عايزين تشوفكم في البيت اللي بيتفرجوا شوفوا انتو شاطرين يلا نعد تسعة يبقى هنا المين اللي كسب؟ الولاد تعالوا نشوف بقى ناحية التانية تسعة ستة الولاد كانوا اسرع بردو واحد تسعة بردو عشان تبقى روحتوا وديت كان فضلك واحدة بس صفرة تلاتة تلاتة ازاي احنا بنعدة ايه؟ تلاتة بقى خمسة ستة ستة سبعة سبعة زي هناك يبقى تسعة سبعة صح؟ اش احنا اخذنا الحاجات من هنا وودنا هل؟ هاي نفس العدد صح جدا؟ تعالوا بقى الهبة دي بقى فايدتها ايه؟ ايه اللي استفدنا منها تكتنوا كده؟ استعالوا بقى كده؟ eternal life ان احنا نرجع برافو تعالى يا فؤاد يا فارس اقول لي يا فارس انت استفدت ايه بقى هفهمت ايه من اللعبة دي؟ إلا انا احضت كل حاجة مكانها صحبرافو ايه تانية هناك؟ إلا انا محضط ايي حاجة في مكانها إلا انا محضط اي حاجة في مكانها عشان chicos انت للغبط ش للغط fibers يبقى في مكانها عشان إحلنا ايها تانية؟ انت فايروز؟ وليه فايروس انت بتعملي ايه في لعبك بتحطيها مكانها ولا بتحطيها ملخبطة حطيها مكانها بجد؟ يعني اقولك برفو كبيرة؟ طاع؟ طيب وانت يا اقوش برضو؟ يعني مفيش مرة وكده وانا محطيها مكانها وانا محطيها مكانها وانا مفيش حد ماما بتقوله رجع الحاجة مكانها يا فؤاد يا فارس فيش حد بيقوله كده خالص كلهم بضطرين هي لعبة كمان بنتعلمين ان احنا نبقى مركزين علشان كده لما احنا هنا احنا نط توضط الناط فعيزين نودي القرية وعيزين في نفس الوقت معدل الحاجات الي احنا بتقابلنا في رجلنا دي فامنش عايزين ندوس عليها ونننغلط فدفق من كتر ما احنا مركزين موك النغلط فحنا نحنا دايما نتعاود ان احنا نعمل اكثر من حاجة في نفس الوقت ببقى مركزين في اي حاجات نعدل ويحنا مشينا وانا نبقاش حاجات وفي نفس الوقت إن احنا لازل نرجا عن حاجات مكانه صح ؟ تعالوا بقى استعدوا للعبة التانية فريق البنات ضد فريق الولاد هنشوف هيعملوا ايه في لعبة مهمة انتو اللي تكتبوا بقى مراضي في تحدي جامد هنشوف هنشوف احنا ليسا ما خلصناش بنات ضد ولاد هنشوف اللعبة التانية جاهزين جاهزين يلا جاهزين اللعبة بقى اللي دلوقتي هنلعبها مع فريق البنات فريق الولاد لعبة ممكن جدا جدا للعبة في البيت وكمان نساعد ماما وبابا ونساعد كمان البيئة بتاعتنا عادة دايما دايما يعني لما بيكون في حاجات استعملناها وعايزين نرميها بنرميها فين؟ بسكت حاجات كله على بعض على بعض على بعض وتفي الاخر الراجل بيجي ياخد الحاجات دي بيتعب جدا جدا خيان يقول با انه ايه الحاجات الهاتب نرميه في البيت قبل مسطح نرمي في البسكت احنا بسكتو عملنا اربعة بسكتظ باسكت للإزاز الإزاز اللي هو زي ده حاجات اللي هي بتتكسر اللي احنا دايماً ما هو بتقول لنا هاخده بالكو عشان ما تتكسرش عشان كده الدنياها دايما مسؤولية الكبير بتاع الفريق وبعدين المعدن المعدن اللي هو زي ايه اللي هو الحاجات الحديد أو الكان اللي هي حديد اللي هي ما ينفعش في الطبق بس ممكن لو فتحنا تعوّرنا فاليزا مناخد بالنا بيز وبعدين الورق الورق يعني ايه؟ ورق كارتون صح يا فيروز زي ده زي ايه؟ زي ده كارتون زي ده هبايت عاية زي الورق بالضبط بتاع كورات والإيه؟ وآخر حاجة البلاستيك البلاستيك كباية بلاستيك مع علاقة أو شوكة بلاستيك كبايات برضو بلاستيك كل الحاجات دي كبلاستيك البلاستيك بيتطبق برضو عامل زي الكارتون بس بيتطبق غير طبعاً غير الورق العاجب بتاع الفريق خلاص اللي احنا نعمله بقى ان احنا نتعوّد من دلوقتي ويضعوا كل حاجات في مكانها ده يساعد ان احنا اول حاجة مايبقاش فيه تلوث عشان لما احنا بنحط الحاجات فوق بعضها حاجات كلها مش نزيبة فوق بعضها بيزود التلوث في البيئة وتاني كمان حاجة مهمة جدا ان احنا هنساعد ان الحاجات دي تروح ويرجعوا ويستعملوها تاني في حاجات تانية ويستخدموها في حاجات تانية ويصنعوها ويحطوها في صناعات كبيرة تانية هنبتدي بقى كل واحد من فريق البنات ومن فريق الولاد مسؤول عن حاجة مادة من الحاجات اللي احنا ايه حاطينها جاهزين؟ احنا نستيدي طيب مفهوض ان احنا نحط كل حاجة في مكان يلا هنبتدي ثريتو ثاني نصفر نصفر انت كنت عايز تقولي لي ايه يا ابنو نبتدي بسرعة انا نستي يلا ثريتو وان جو احنا قولنا الكبير نمسك الازاز بالراح برافو يا فيروز نركز بقى حاولي تيجي مرادة من هنا ماروان دايما نحط الحاجات بالراحة عشان بالزات الازاز اه برافو هنا الازاز برافو هنا كمان بيحط الصفيح حاجات المعدن الكارتون والورق والبلاستيك باردو برافو هنا بيحطوا صح جدا اما حاجة اللي بيحط الازاز عشان احنا قولنا الكبار هم اللي بيحطوا الازاز ما ترزعش حط بالراحة ده احنا ايضا ده الوقت ده ايضا الولاد بقربت بخلص انا خلص لا ادي ادي تحقيق بلاستيك انا خلصوا الوقت هم الولاد خلصت اصرع فعلا من البنات بس الاتنين شطور بس المهم يكون قسمناه صح المهم ان احنا قدام نخلصوا في دقيق ايه شطورة دي تعالوا بقى نشوف احنا عملنا ايه هنا بقى بس ممكن نلف من نديش زي ما قولنا ظهرين حاجات كلها الازازة هاي اتحطت في صندوق مكتوب عليه ايه ازاز صح ايه لا مش هنعد احنا الحاجات الاشئة الحاجات البقى الي هنا المكتوب عليها ايه معدن اللي هي كل الحاجات اللي هي معدن اللي هي الكان اللي احنا شايفينها ايه كويس برافو هنا كمان الكارتون اه ايه ده بقى ايه خبطة هنا حد حط البلاستيك مع الكارتون مش انا اللي حطيتهم ها مش مشكلة طب في ايه اتاني بلاستيك هنا جاي غلط في كوباية دول في كوبايات دي دي كوبايات بلاستيك دي عامل زي الورق دي عامل زي الورق تعالوا نروح الناحية التالي بس زي بقى ما اتفقنا مش عايزين نوفر ممكن نيجي كده كل واحد ديجي كل واحد ديجي على جم تعال يا فارس هنا كلها ايه زي ما اتفقنا هنا كله معدن هنا في ايه معدن معدن كله برافو كله بلاستيك ورق برضو في واحدة بلاستيك جات هنا غلط طي بحطها وبعدين كل البلاستيك مزبوط طي تعالوا بقى نرجع تاني مكاننا هنا بقى تعالى تعالى عاملتو تعالوا كده زي بزا فارين ولاد الاول تعالى فين فارس انت راه فين يا فارس يلا يلا يا فؤاد نليفوا بس كده ممكن نقف كده عشان كلككوا تبانوا البناتك كمان نوسع بس البعض تعالى قولولي بقى إيه اللي كان حاجة صعبة في الحاجات اللي احنا أسمناها دي لا فيش حاجة صعبة اللي احنا منتلغو اللي احنا منتلغو اللي احنا منتلغو اللي احنا منتساعد الناس ومنتحط كل حاجة في مكانها طب انت ممكن تعمل كده في البيت واح تقول لماما تعالى نفسه للحاجات من الاول سعاد ممكن اعمل ايه رأيك يا فارس في الكصة دي ايه رأيك في الموضوع ده كانت سهل ولا سعب سهل عرفت تجيب الحاجات الكارتون بسرعة عارفوا برافو طب قولي بقى انت كمية فارس فؤاد اه انت فارس عايش فؤاد مفارس ها قولي يا فؤاد انا عرفت اللي احنا نحط كل حاجة مكانها ونساعد الناس تعالى تعالى نحط الحاجة مكانها حانا بنحط الحاجات مكانها بقى يا هانا لما نروح بقى نرميها من غير من لخبطهم فوق بعد كده هيحصل ايه مش هاتنقل في البيت واش الكارتون مش هاتنقل في البيت الايه التلوث يعني ولا ببرا البيت كمان عشان لو احنا حطينا الكل على بعض ممكن يعمل امراض اللي برا وجوه صح عشان كل حاجة مكانها ببعض هنبوزها اكتر لما حطناهم كل واحد لوحده هيجي دلوقتي وحد مصنع تعالى هي logsانا هيجي دلوقتي با Kennedy b track طبعا ببني هاتنقلategory plan ممكن يعمل بيه حاجة تاني ممكن يعمل بيه ايه؟ ممكن يعمل بيه ايه مثلا مثلا ما ن quieresعامي تعالوا ويتعالوا كده تعالوا كده نونا عن 어� different ايه؟ مثلا نعمل بها تقبا بلاستيك ممكن نعمل كوبا بلاستيك ما هي تقبا بيه بلاستيك ما هي تقبا بلاستيك اصلا كوباية زي ما هي كده يخسروها ويحطوها لا هي هترجع ممكن ترجع تانية كوباية بس الاول هترجع باتخش المصنع ويحطوا عليها حاجات وانا في الاخر تبقى كوباية تانية بس مش مش تبقى نفس كوباية وشوكم عالق وشوكم عالق فلاستيك زي اللي احنا عملناها صح صح الان صح يا فيروز صح فريق الولاد هو اللي كسب بس انتو الاثنين برضو دايما نوما شاطرين هو دايما لشو نوما كمان كانوا فريق مع بعض فريق البنات تعالوا بسرعة بقى ناخد الهضية من همته يلا بسرعة همته 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 الولاد الاول فين الاول استاذ فارس واستاذ فرء وانت عشان اخدتوا الواحدة هنمره لي فاتت هتاخدوا بس واحدة المرة ذي وبعدين بقى البنات الحلوين ممكن نلفنا اخدت الازر انا اخدت اه انا انا مخدتش ولا اوشACE تعالوا بقى لفو كده لفو انت خدت انتم الاثنين خدتوا ه industries الاسبوع ده في برافو عشان تختاروا منهم اللي انتوا عايزينه يكسب يبعتوا الرقم على الارقام اللي بينا عدوكوا على الشاشة واختاروا مين اللي عايزينه يكسب وتعالوا بقى استنوا نشوف مين بعد كده هيكون المغامرة الشجاعة اللي معانا النهاردة انا اسمي فريدة عزي وانتب سنين وحب الراف احب عباطل جماريك مصر وعليفة تقوليني برافو انا ملك عندي شدوسر سنة بحب برنامج بانته ولك جدا احب ارسم واحب اغني انا اسمي احمد رامي محمود سامي انا عندي سبعة سنين انا عايز اشترك في مصابقة برافو عشانها بتكلم انجليش جود هذا البرنامج برعاية براحب بحضراتكم يوم جديد وبكرة ان شاء الله احلى احرصوا على البر البر باب للجنة لازم كل زوجة تفهم انها هتتحاسب على تصرفاتها البيوت تبنى على التودد وعلى التراحم وعلى حسن الحشرة احنا تربين على العادات وتقاليد معينة ليه معرفناش نوصلها لولاد اعرف حد صاحب مدرسة عمل حصة اسمها الاخلاق وجاب حد منه بس كتير تتخيل انه اللي بتلقاتي نهاية الدنيا لو انت بتتعامل مع ربنا زي ما بتتعامل في دنيتك هتلاقي ترقب في الايجابة لو قلت طب انا ايه اللي يبسطني بتلاقي اجابة لو فرحنا نعم اجعله خير وبنعديه سريعا لكن لو حزنا بنتمادة ونعيش بحسن ناس كتير جدا متخيلين انه رب الفعل العليف هو ده اللي هيجيب بي حقه سيدنا صلى الله عليه وسلم تعلمنا من صيراته ان الصوت المرتفع علامة على الحلطة الضعيفة اشوف حضراتكم بألف خير سلموني وبكرة احلى مع لمياء فهم عبد الحميد اليوم الثالث مساء على النهار ايه حكاية ده سور الاسباكية ده احنا في العقد الـ 12 دولات السور الاسباكية يقولوا انت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبة يقولوا انت السيدة الوحيدة اللي عندك مكتبة ايه اللي جابك يا نسول الاسباكية والدي الله يرحمه ولدت الخناعة كانت بالغنى فاصبحت بأذيالها وامتسكة فلا زا يراني على بابك ولا زا يراني عليهم الهمك فصرت غنيا بلد الهمن امروا على الناس كأني ملك انت عمك تنويع حلوها ومحمد الحمد لله بس لازم انت في سور الاسباكية تعدي تشرب شاي عند أم حبيبة بلد كتير هنا انت؟ نور ساعم بابا بس خش تشتري كتب هنا اه لا اولاتي بتشتري؟ اه انا عارف الكتاب ده اشتريته فين؟ ومن مين؟ وعارطه انت؟ ولسه ما عارتش فيه قدي ايه؟ باب الخلق مع محمود سعد في آخر النهار الليلة الثامنة نساء على النهار هذا البرنامج برعاية الجمهور في الاستاذ بيش اللعيب برقم 12 جمهور طول عمره نمبر ون الكرة بالنسبة للمصريين فرحتهم الكبير قوي اللي دايما نمبر ون نمبر ون في الدوري فرق كتير جدا بس كل موسم لازم يبقى فيه فريق نمبر ون ونجمنا هنا في الاستوديو نمبر ون نمبر ون مع ابراهيم فاير من السبت الى الاربعاء الحادث عشر مساء على النهار المغامرة الشجاعة اللي معانا النهاردة في بنات وولاد هي أروى زيكي أروى الأول الحمد لله تمام احنا من شوية كنا مع بنات وولاد بنعمل معانا حاجات كتير بقى من بلاستيك وكرتون وحاجات كده وبنعمل حاجة اسمها إعادة التدوير اللي هي مفروض انها هنفصلهم انت بقى لما بعتلي على الفيسبوك قلتلي انا كمان بعمل إعادة التدوير اشرحيلي بقى بتعملي ايه بعمل حاجات يعني مش مستخدمة يخليها ديكور كده وليلي مثلا ايه اول مرة حاجة قلت ان انت يعني سحتي من النوم كده قلت انها لقيت كوباية قلت تستعمليها ولا إيه اللي حاصل اه كانت في جاكن بتاع الغسيل فكان نمو مع ترميه فقصناه وبقى شكل حل وجبنا سبري ورشناه وبقى شكل حل لا انت معاك ايه في الحاجات اللي معاك ايه اه ده اه ده الفيل اه الفيل ده اصله كان جيركن صابون او غسيل يعني طب بتستعمليهم في ايه بقى دور ديكور اتعطيهم ديكور ودير ليه مكان ممكن تخطي فيه حاجات اه طب انت اصلا بدأت ده كان اول حاجة تعمليها الفيل اه لما بدأت بقى تعملي الفيل مين اللي قالك يعني ماما مثلا قلتلك احنا بقى رأيك ما تستعمليهم ولا انت الواحد دك ماما برضو شجعتني كتير ومدارسين في مراسة ساعدوني اكتر وعملت حاجات كتير وبعد كده عملت بقى ايه من قماش عشان عايزة اطلع فاشن ديزاينر لا استاني مراحب الراحة علينا لا لا الاول نبتزي الاول بل ما نخش على الفاشن ديزاينر البداية اصلا مين اللي اكتشف يعني ماما اللي اكتشفت ولا المدارسين ماما والمدارسين كمانا طب ايه اللي حصل في المدرسة انا عارفها كده العصورة قالتلي ان فيه حاجة ليه علاقة بان اختك كانت مفوت تعمل حاجة فانت اللي عملتها له اه الموجهة بتاعت اختي كانت طلبة حاجات اختك صغيرة نيش هيا في قولة ابتدائي فطر حاجات فانا عملت لها فعجبتها بقى الموجهة وكده وشجعتني اطلبت حاجات انها اختك اللي تعملها ولا ان انت تعمليها انا عملها ويعني اختي برضو استعبني فيها علشان تبقى ليها اه وبعدين ايه عجبتها او فقالتلي تكملي طب ايه بقى اللي وريني بقى انا عايزين كده بنتشوف انت عملت ايه بقى ايه شنطة الاول هم ايه 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 دي كانت من جيب دي جيب كانت جيب هم ويه ويه فاعي بقى شوية فاعي حقا يحقق على رجل كده ويه كارتون اه للا لشان ظهر الشنطة هه والعينين دي تبع اه انت جبت العين ولي زقتيها اه زي الفراشة مردنا كده والسوس خدتي وقت قد قيديفة عشان تعملي شنطة لا مش كتير بس عشان بس الخياطة هي اللي تاخد وقت كتير بس أنت اللي بتخياطي وتشدومي الإدرة والتعادي تعملي كده يعني خدت تبمسها في الشنطة عشان الخياطة كتير فيها قاعدت معاك يقدر ممكن أسبوع كده طبس حلو بردو شاطرة وليها بردو مقلامة بتاعت عملي شنطة يعني ايه بحاجاتها دي مقلامة بردو نفس الجوب حلوة اوي من نفس الجوب طب انت لما كتت تجربة كانت صغرت ولا كان إلا حصلت لأ كاش مستعملة ما كنتش بتستعمليه طيب ايه فكرت تعملي ليه ليه خطرت انت تعمليها شنطة كانت كبيرة فجاتلي الفكرة انها تكون شنطة فعملتها بها تدكور بردو طبس ايه مش دكور يا ممكن حد يستعمليها شنطة استعملتيها ولا لسه لا لسه طيب انا عارفة بردو سمعت كده سمعت كده من بعيد ان في حاجة حصلت قبل كده كنت انت عايز تعمليها بموما قلتلك لأ وبعدين انت صممت انت تعمليها حكيلي بقى من الأول كان في فستان جاكت فموما قالت جاكت ولا فستان لا كهوها جاكت اه وأنا حاولت فستان انت عايز تعملي فستان اه كانت عندنا مناسبة فأختي كانت عايزة تروح بفستان وللوقتي كان قصير فمو قالتلي انا عايزين نعمل ده فستان فبطرها الموما ممكن اعمله حتقيتلي لا اه بوضي فنوحا عند التارز خبط طبعا بقى يعني ان هنببو وزي جاكت و هنببو في فستان ولا جاكت نوحا عند التارز و رحنا عند التارز قال لنا لا 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 ينفعش خالص يتعمل يتعمل ميش لو اتعمل هاي بوضي فانا كدت خلص مو قالتلي لا لا اتعملوش عاي بوضي ففجأة انا عملت باردو ايه اللي حصل بقى لما عملتين انت عمتين من وراها اه موها فجأة جدا و عجبها جدا وراحب اختي وراحب بفاق اذا ما زعقتش يعاني انت عمتين حاجة حاجة حالوة فرحة انت عمتين حاجة حالوة واختك راحت في الاخر المناسبة اه ايها كده اختي انا فستان اكتل عملتوا ولا مقلتش عاجة لأ انا اعجابها اعجابها بجهب كان لونه ايه اللى اه هنروح نشوف لسه زيب بعد شوية واللي بقى تانية ايه حاجات التانية بتاعتك باردو اللي انت عملتين دي كانت من علبة تليفون فممكنت تتحط المنزيل تتخرج من هنا علبة تليفون او كرتون يعني اه وفعيها مستل فوق عشان الناس كلها تشوف ايوا ممكن تتتخرج كده انت خارنطية عشان تخطي المنديم فتتخره كده لأ وعملتها كمان بقمش رمضان يعني عشان تبقى بردو ديكور انتي كنت تعملها في رمضان ده اه الله حلوة قوي وحطتي بردو ديكور وردة تحت وحاجات طيب وإيه تاني ده تصميم الكامل بتاعتنا شبهه وده ده كانت الفكرة بتاعت طانت يدفعية بردو عشان تبين ده عبار عني بقى طانت هي اللي اقترعتها طانت هي اللي فعملناها وهي طانت قلبتك هاي حد قلبتلك تعملي ايه بقى هي قلت لنا ممكن عشان كان فيه جلاد فقلت لنا ممكن استخدمه ونعمله كده وعملتها انا وهي اه ده جلاد استاني بس استاني ده جلاد هو اللي تعمل منه الواردة وده بتاعت صندوق البيض صندوق البيض؟ اه يعني ده كان اصليه كارتون يعني وانتو علونتوه واو والعصايا دي عمل ايه؟ دي ششتاوك دي ششتاوك اه طب ويه بقى ده؟ ده كان خشب خشب وانتو اللي عملتوه لفتوه اه حلو اوه الفكرة الجلد اللي احما ب يعني عَاه انتو ده كنتو كانت كيتو هيترن ياني ؟ اه حلو اوه طب وايهتاني انا شاوف عمعك بشير كده وشانطة حاجات كتير اوه حاجات كتير اوه ده لان انا اول واحدة هعمل معاك باخ لازم تعمليلي شانطة انا كمان ولا حاجة ايه؟ ماذا اعملت فيها؟ هذه كانت الطائية بتاع الزمان خالص طائية؟ طائية ايه ازاي؟ بتاع الزمان خالص الطائية بتاع الزمان صودة بس برض ولا يلون كده لون على تغير توقيت كده لون هي كده هي كده وبلا بلا فرس دماش فديكت شنطة قديمة تستخدمش فرفتها عليها وده دي برض بتاع الشنطة انتي خدتي سلت شنطة تانية وحتة من شنطة تانية واللي حطتي بقى عليها الحاجات اللي هي اللي العم زيتيرتر عشان يبقى شكل برض يعني دماغ برض دماغ برض يقاروك طب ايبقى شنطة حمرة اللي انت جايبها المدى دي الحاجات اللي انا استخدمها؟ بتستعمدي ايه؟ مقص بقى وخيط وحاجات كده ولا بتستعمدي ايه؟ اي مقص؟ اهه هلع يعني برضو ديزاينر قد الدنيا وصد الشام اه مصد الشامع والخيط والشامع دي كل حاجة بقى ده الخيط؟ الخير وده كاتر وكاتر كمان بس طبعا ده لازم نستعمله بواحنا مركزين ايه عشان محدش نتعور كباربة طيب وليلي بقى انت بتقولي ان انت نبسك تكوني فاشن ديزاينر ايه؟ بقى حكيلي قصة دي طبعا واضح يعني ان انت بتحب تعملي حاجات فكده بس بس ايه اللي خلاك تتحسي ان انت عاية تكوني فاشن ديزاينر؟ بحب اصمم الفستين بحب اشكالها جدا فالحاجة بعمل فستان كده انت عايزة تعملي فستاني انت مثلا فيه استايل معايي انت حبي تعمليه او عايزة تبقي مختلف عن اي حد يعني لأ مختلف لأ مختلف اه؟ لأ مختلف اه؟ لأ مختلف اه؟ لأ شمع اللي بقى حكيلي ايه بحب التصميم دقيق وبيق شكل حظ يعني فيه تصميم وضت نظر الزقتي مش عاجباني انت بتتتتاري الحاجة اللي انت عاجباك اه بس ما بختاش وابتتيلي في الناغي افكار من حاجة مقديمة فو عملها يعني الاول من البداية خالص ان حاجة قديمة انت بتستعمليها وقالين كاراتي انت تستعمليها تاني فبنتيجي بقى الفكرة طيب ايه اكتر حاجة انت بتحبي اوي 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 يعني مبسوطة ان انت عملت تسيه الفستان الفستان طيب قبل ما ننروح نتفرج على الفستان تعالي ننعب لعبة في الكوتشينا بتاع بنات وولاد اختاري اختاري ورقة اختاري ورقة كتيرة اهو اختاري ونشوف بقى السؤال اللي هيجيلك ايه دي اقري عليها مكتوب ايه اطلب من لولي تعمل اي حاجة حفا ايه اطلب من لولي تعمل اي حاجة اتحكمي عليها اكيد عرف الشايد اه يعني اكتر ورقة كالنفسي محدش يلاقيها خالص طيب اطلوبي مني عمل اي حاجة اعمل ايه ايه ايش عارفة ايه يعني ايه اختاري يعمل ايه اه ممكن اختار حاجة تاني يعني يوم تيجي لحد ما يبقاش حد عايز يعمل معا اللي بيشوفونا دلوقتي في البيت مفيش حد فيك وعايزني يعمل اي حاجة تحكموا علي اي حاجة يلا اختار افراد اختصت نفس الورقة لما تجبر يكون بابا وماما او هتعمل ايه لأولادك لو عملوا حاجة غلط لما تجبر وانتي بقى لتكوني بقى ماما هتعمدي ايه بقى مع أولادك لو عملوا حاجة غلط يعني مفيش ضرب عقاب مسلا عقاب بس من غير ضرب اه طب ولو بقى بنتك خدت برضو الجاكت من ورا ماما وعماليته هتتبستي ولا هتبقى سعلينا لا هتبست مدام هي اعملت حاجة حلوة طب ولو كان باز حاجة برضو خلط مدام هو بش مستعمل مدام ايه اخباي يعني ما عليش اموم تكون جربت ايه طب تعالي بقى معايا كده وليه ايه احنا بنتمشة كده انتي مبسوطة في حتة ان انتي تعمل حاجات بايدك وبالخيط وتفصيل وكده ولا شايفة انه لازم يبقى معاكي حاجات تانية تساعدك لا عاجلني بس ايه حاجات اكبر بقى يعني نفسك في ايه مثلا ايه اكتر حاجة نفسك فيها جدا مكنة مكنة تفصيل مكنة خياطة ممكن تعملي بيها ايه لما اتبع معاكي مكنة خياطة مكنة عام فستين اكتر فكرت تتبيعي الحاجات ولا لسه لا لسه طب فرجيني بقى على الحاجات بتاعتك كده وليلي بقى كل حاجة كده امسكي حاجة حاجة وليلي اسعملت فيهم ازاي ده فستين والجاكت بتاعه اه 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 لا ده فستين مش ده فستين مش ده بتاعه طيب ناق ليس ده فستين لا ناق ليس ده فستين اه ده فستين اه ده فستن اه لا ده الجاكت نصash nom件 نفرج لناس برضه ايه فستين من تحت مان ده و damn هو ده من فوق اه اوكي على الفستين الى تحت ده اه حلو غوي طيب والحزان بيتوي وده انا مرمط بحيارة به وفي الصواة هناك اه اوكي وده الوحد olutions issues ماشي. في هنا برضو حاجة بالجينس دي اي بقى. مريالة مطبخ. كيف? شطرة قوي جدا. انتي اللي عاتلي بقى تحطي الحاجات دي. طب دي كانت اي بقى ده كان سالوبات ولا كان جينس ولا كان لا كان منطلون. منطلون برافو. وانتي اللي جالك الفكرة ان انتي تحطي ده بداي على جنب وتحطي هنا في يونكا وانا فراشة وكده. ولي برو عليك. ودي برضو بس دي بقى ماشي من الشريعة. وده جيب بانطلون برضو. اه. اجيب بانطلون تاني احجبتي حتى تسي هنا. حلو قوي. وده شريك ستان. عشان يبقى التربت من ورس. خبب ان انتي بقى تبقي فاشن ديزاينر قد الدنيا. فا اهو. يعني احنا نديكي بقى الفورصة انتي هتبقي فاشن ده عشان بدل الدبابيس. واتعامل. قوليني بقى ممكن استعمل السكارف ده ازاي مسلا. ممكن اه. تشعمل مبسوط قوي. دايما بيجي لنا البنات واليولاد اوما بيعوضوا يلبسوا وانا مش بلبس حاجة بمورد انا اللي علبس الحاجة. او عامل ايه? ايش حاجة فرصة. ايش? او عاملش حاجة فرصة. حلو قوي وبعدين. ممكن نشترك كده. اه. ويضع اللحزام من هنا. اه اه. ويبقى انت حط ده كده. اه فيبقى حركة. اه. اه. ده حلوة. حلوة الفكرة. ويبقى تحتيه بقى تفتك تحتيه بقى حاجة غامقة او حاجة ملونة او حاجة هتبقى عملة ازاي. لا حاجة ملونة عشان ده غامق. اه صح. خلا. حلو بردو الفكرة جده. ممكن يتعمل ممكن تسكارش كده. حلو بردو. طبع لو انتي بقى من نفس حتة هتعملي بسم بها حاجة تحب تعملي بها ايه مثلا فستان ولا تعملي بها جوب ولا تعملي بها ايه لأ ممكن فستان يبقى كده ويتقيت على الرقبة من هنا اه اكيد كده ويتخيط من هنا ومن هنا ويتلبس كده ايه يبقى الواسع الواسع ده اللي بنشوفه دايما التحفة يا رب تقولوا متخيلين يعني له هيبقى كده اه كده صح؟ بس يبقى متخيط من عالجيني متخيط من هنا وفي فتحة من هنا والأفقت حياني حوالة الفكرة اوه برافو عليك يا أروه توي advised والداءال فستان آه ده فستان اللي حضرت بي أختك 위해서 في السكب ده كان الجاكت سوف تعملِف ستان آه الجاكت اللي صنع عابلنا released اه يا أقي اللي حضرت بيؤmare أحدك المناسبة الله بص بص الفيونكا يعني فضيع الفيونكا اللي هو هارضي وarms واو سرتات كمان واو الله يا جماعة حلو وقوي حلو وقوي بربو عليك يا روح يعني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يا ربي تبقي أكبر بقى فشان ديزاير بس تحطلب من الكلم الصغير ما تبقيش غالية والنبي ماشي عشان نشتري منك كتير طبعا حياتك حلو وقوي تعالي بقى نتصور مع بعض وكمان قبل ما نتصور مدالية بقى المغامر الشجاع النواردة يلا لشان ايه تعب لك معنا وكده بربو عليك عايزة كمان نديك هدية احنا برضو وهمتو كمان هيديك حاجات حلوة عشان انتي برضو فشان ديزاين العد الدون واو همتو كمان هيدينا حاجات حلوة كتير عشان تدي بقى لأختك وعشان فستان اه شكرا احنا خلاص بقى الحلقة للأسف جريت 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 بنات ومنات خلاص حلقة بسرعة برافو أروح على فكرة في تكرو كان ايه سؤال لولي سؤال لولي كان ايه الطريقة اللي بنساعد بيها وبنحافظ بيها على بيئتنا أروح بتعمل حاجة بتحافظ بيها على بيئتها وكمان في بنات وولاد يما كانوا ضد بعض البنات ضد الولاد عملوا كمان حاجات بتحافظ بيها على بيئتنا الحاجات دي كتبوها لنا بقى على صفحتنا على الفيسبوك على طول هتلاقوا بوست في سؤال لولي عشان تيجوا معنا الحلقة الجاية على طول باي 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 يلا اشتركوا في القناة 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 وبكرة أحلى مع لمياء فهم عبد الحميد اليوم الثالثة مساءً على النهار ترجمة نانسي قنقر يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أمواتا 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 ويستبشرون أمواتا فريحين بما آتاهم أمواتا ويستبشرون أمواتا ويستبشرون أمواتا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أمواتا أمواتا ويستبشرون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأيضا أن الله لا يضير أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر النظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان الله واتبعوا رضوان والله واتبعوا رضوان رضوان بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله الرحيم العزيز العليم حميم 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 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم اشترك 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 به هم رضوان ولجم رضوان انه أشترك موسيقى 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 فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء رحمة وغل من فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعة كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعة كل شيء رحمة وغل من فاغفر للذين تابوا وغل من فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات وقيم السيئات وقيم السيئات ومن تقل السيئات يومئذ فقد رقمته وذلك هو والفوز العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضاء وللآخرة خير لك من الأولى والضاء ألم يجدك يتيما فأغى ووجدك ضاع الألفادا ووجدك عائلا فأرانا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين آمين وهكذا مشاهدنا الكرام استمعنا إلى آيات من الذكر الحكيم استهلالا لشعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ هاني الحسيني لحظات ويرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير وهكذا مشاهدين الكرام رفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومزلنا معكم ننقل لكم على الهواء مباشرة شعير صلاة الجمعة لهذا اليوم من مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث تحتفي وتحتفي المصر بأعياد الشرطة المصرية وأذكر حضراتكم مشاهدين الكرام بأن يحضر معنا صلاة الجمعة وزير الداخلية لواء محمود توفيق وفضلة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضلة دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وكذلك عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وضباطها وكبار قادة وزارة الداخلية بعد قليل مشاهدين الكرام سنستمع إلى خطبة الجمعة ويلقيها فضلة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويتحدث عن بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات وكما تتبعون معنا في هذه الصورة الحية التي ننقلها لكم على الهواء مباشرة فهناك عدد كبير من كبار قادة القوات المسلحة وضباطها جاءوا يشاركون إخوانهم رجال الشرطة صلاة الجمعة ويشاركونهم أيضا لاحتفال بأعياد الشرطة المصرية وكأنهم هنا وأتدون معنا عميقا لنا جميعا وكأنهم يؤكدون ولسان حالهم يقول إننا جميعا في خندق واحد وإننا جميعا فداء لمصرنا الحبيبة مع تطور الأحداث التي تمر بها مصر مشاهدين الكرام في عصرنا الحالي تزداد التحديات وتتعقد وهنا أتحدث تحديدا عن ملف الإرهاب وابتلين به من جماعات تأخذ من الدين ستارا لاستباحة الأموال والأعراض والأوطان هنا كان لزاما علينا أن ننتبه إلى تنشئة أبنائنا على حب الوضع الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله القائل في كتابه العزيز ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ويقول صبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يوزقون أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله وعسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله أي لا يقاح والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسكة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فإننا في حال تستدعي مزيدا من شكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا صبحانه من استعادة نعمة الأمن والأمان بفضله وقامه ومنه ونستطيع أن نقول من خلال الواقع الذي نعيشه إن مصر 2019 بفضل الله عز وجل قد استعادت الدولة والدين معاً استعادت الدولة والدين من حيث نعمة الله وفضله بالأمن والأمان بالنقلة النوعية الحديثة في كل المجالات في مجال الكهرباء في مجال الطاقة في مجال الإسكان في مجال الطرق في مجال البنى التحتية في مجال استصلاح الأراضي في مجال العاصمة الإدارية الجديدة التي ستكون عنواناً لمصر الجديدة الحديثة المتقدمة المتطورة تطوره بإذن الله تعالى حتى معارض الكتاب الذي تم افتتاحه مؤخراً يعد نقلة نوعية حضارية مما يؤكد أن مصر تتطور وتتقدم وتنتقل إلى عصر جديد في كل المجالات وإن كان هذا قد حدث فهو أولاً أولاً الفضل أولاً لله وحده فهو صاحب الفضل والمنة فالفضل لمن قال أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين ثم نأتي بعد ذلك إلى تحليل الأسباب إذ وفق الله عز وجل وهيأ وقيض لمصر قائداً حكيماً لهوية وحكمة محب لوطنه استطاع بفضل الله أن ينجو به إلى بر الأمان من العواصف التي ضربت كثيراً من دول المنطقة بل ومن دول العالم فغفق الله لمصر قائداً حكيماً وجيشاً وشرطةً يحميان ويبنيان جيشنا وشرطتنا جيشنا الوطني وشرطتنا الوطنية لا يحميان فقط بل بفضل الله عز وجل يحميان ويبنيان وهذه ميزة كبيرة فإن كان من واجب كل جيش أن يحمي ومن واجب كل شرطة أن تبني فإذا أضيف إلى الحماية البناء والإسهام في التعمير فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ثم مع ذلك شعب واع عظيم متحبر بعلمائه وكتابه ومفكيه وإعلاميه وكل وطني فيه أضعك حجم المخاطر فصبع واحتسب حتى ننجو جميعاً ببلدنا إلى بر الأمان هذا عن استعادة الدولة أما عن استعادة الدين فهو استعادته من الجماعات والتي حاولت أن تختطفه وأن تذهب به بعيداً عما شاعه الله عز وجل لأننا تعلمنا أن الأديانة جاءت لسعادة الناس لمصالح البلاد والعباد يقول الحق سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الأديان لم تأتي لتعاست الناس ولا لشقائهم بل جاءت لسعادتهم وقد أقال العلماء حيث تكون المصلحة فسمت شعب الله وقد أكدنا في مؤتمرين الأخيب بحضور موسلين من أكثر من أربعين دولة من مختلف دول العالم وفي محافل دولية عديدة أن مصالح الأوطان أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وأن حفظ الوطن يجب أن يضعج في المقاصد العامة الكلية للتشعية فإذا كان العلماء قديماً قد قالوا إن المقاصد الكلية هي الدين والنفس والعقل والمال والعرض قالوا ذلك لأن أحداً من الجماعات لم يكن يشكك في مكانة الوطن ونقول لا يوجد وطني شريف لا يوجد وطني شريف ليس على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله وإذا كان الإنسان المتدين والشريف معاً شبابهم وشيوخهم مسلحهم وأعزلهم كل وفق إمكاناته واستطاعاته والدور الذي يكلف به حتى لو فنوا جميعاً يجب على أهل الوطن أن يدافعوا عنه حتى لو فنوا جميعاً في سبيل الدفاع عن وطنهم ولو لم يكن الدفاع عن الوطن مقصداً من أهم مقاصد الأديان لقالوا لهم أن ينجوا بأنفسهم وبدينهم ويتركوا الوطن وهذا ما لم يقل به أحد على الإطلاق ولذا أكدنا أن شأن الديني وأن القيام على أمر المساجد والدعوة من الولايات العامة التي لا يجب أن تطاك لا لأحزاب ولا لجماعات ولا لجمعيات فكما قرأ العلماء في الولاية الولاية العامة لإس الدولة الولاية على الجند لوزير الدفاع الولاية على الشرطة لوزير الداخلية الولاية على الطضاء لوزير العدل الولاية على الأسواق لوزاعة التنوين أو التجاهة وفق ما تقره شؤون كل دولة فالولاية على المساجد أيضاً المُعبَّة عنها بالولاية عن الصلاة هي لمن يسند إليه ولي الأمر إس الدولة أو الحاكم أمر العناية على المساجد ومن هنا نقول إن مصر بفضل الله عز وجل 2019 قد استعادت الدين والدولة وهي في طريقها بإذن الله إلى بناء وتقدم فمصر اليوم ليست مصر الأمس وسنرى بفضل الله ورحمته مصر الغدي إن شاء الله سائلين الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وأختم خطبة الأولى هذه بقول شوقي لنا وطن لنا كلمة لنا وطن لا يعيها إلا من فقد الوطن كالصحة تاج على رأس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى لا يعرف قيمة الوطن إلا من افتقد الوطن لنا وطن لنا وطن بأنفسنا نقيه لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتديه إذا ما سالت الأرواح فيه بزلناها كأن لم معطي شيء نقوم على الحماية ما حينا نقوم على العمارة ما حينا نقوم على البناية ما حينا ونعهد بالتمام إلى بنينا وفيك نموت مصر كما حينا ويبقى وجهك المحمي حيا نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وأن يحفظنا ويحفظ حضراتكم جميعا توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية طباط القوي بين الأمن والرزق بين الأمن والاقتصاد فبلا أمن لا دولة ولا اقتصاد ولا حياة ويقول رب العزة أولم نمكن لهم حاما آمنة يجب إليه سماعات كل شيء يحمل إليه ولو لم يكن هناك أمن لما حمل الناس متاعهم إلى مكان الخوف بل إن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أسكن زوجه وولده عند البيت الحرام قال كما جاء في صورة البقعة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا دعا له بالأمن أولا قبل رزق لأنه بلا أمن لا يكون هناك لا إنتاج ولا استصمار ولا حياة فقال سيدنا إبراهيم كما حكى القرآن على لسانه رب اجعلها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا بعد تحقيق الأمن وازق أهله من الثمارات وفي صورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا لما جاء سيدنا إبراهيم في المرة الأولى لم يكن المكان بلدا فسأل الله بدعوتين الأولى أن يكون بلدا والثانية أن يكون آمنا فلما أصبح البلد بلدا دعا له بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا دعا بالأمن قبل الدعوة بتجنيبه وأبنائه عبادة الأصنام رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من زريتي بواد غير زيزاع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وزقهم من الثمارات لعلهم يشكرون انظر في النص بدأ بالأمن وانتهى بطلب الرزق لأنه بلا أمن لا يمكن أن يتحقق لا بنيان ولا عمارة كون ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمس أو من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده وقوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافيرها والسرب الشق أو النفق في الأرض أو الجبل كأنه يقول حافظ على وطنك ولو